ودار بينهما حديث عجيب أريد أن أقرأ عليكم هذه المحادثة الرائعة هذه يجب أن نقرأها عليكم حتى لا يفوتنا شيء منها ماذا دار؟ هذه المحادثة أو هذا الحوار بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وبين أمه ذات النطاقية رضي الله عنها هذه المحادثة تبين لنا كل ما فعله هذا الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن عوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب القرشي من بني عبد العزة ماذا قال رضي الله عنه لأمه الصحابية الجليلة رضوان الله عليها قال لها يا أمة خذلني الناس حتى ولدي وأهلي فلم يبق معي إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع أكثر من صبر ساعة والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا فما رأيك الله بن الزبير كان عمره اثنان وسبعون عاما وكان عمر أمه أسماء ما أتعام لما قال لها ذلك قالت له أنت والله يا بني أعلم بنفسك إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فانضله فقد قتل عليه أصحابك ولا تمكن رقبتك يتلعب بها غلمان بني أمية وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك وإن قلت كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين وكم خلودك في الدنيا القتل أحسن فقال يا أمة أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبونني قالت يا بني إن الشاة لا تتألم بالسلخ فانض على بصيرتك واستعن بالله ابن الزبير ما سمع ذلك من أمه دنى منها وقبل رأسها فقال هذا والله رأي الذي قمت به داعيا إلى يومي هذا ما ركمت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله أن تستحل خرنة ولكنني أحببت أن أعلم رأيك فزدتيني بصيرة مع بصيرتي فانظري يا أمة فإني مقتول في يومي هذا فلا يشتد حزنك وسلم الأمر إلى الله فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكر ولا عملا بساحشة ولم يجر في حكم الله ولم يغدر في أمان ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد ولم يبلغني ظلما عن عمالي فرضيت به بل أنكرته ولم يكن شيء آثر عندي من رضا ربي اللهم إني لا أقول هذا تزكية مني لنفسي أنت أعلم به ولكن أقوله تعزية لأمي لتسلو عني قالت أمه أني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حسنا إن تقدمتني وإن تقدمتك ففي نفسي أخرج حتى أنظر إلى ما يصير من أمرك قال جزاك الله يا أمة خيرا فلا تدعي الدعاء لي قبل وبعد فقالت لا أدعه أبدا فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق ثم قالت اللهم ارحم قول ذلك القيام في الليل الطويل وذلك النحيب والضمأ في هواجر المدينة ومكة وبره بأبيه وبيه اللهم قد سلمته لأمرك فيه ورضيت بما قضيت فأثبني في عبد الله ثواب الصابرين الشاكلة لا شك إنها محادثة رائعة بها حكم وأمور نعم هذه من ضمن أيضا الأشياء التي يجب أن تدرس في مناهجنا أيها الأخوة في دروس الأدب ولا في دروس التربية الدينية الإسلامية نعم نعم بعد هذه المحادثة خرج أسد قريش عبد الله بن الزبي رضي الله عنه لكي يقاتل القتال الأخير يقول عنه شيخ من أهل حمص في جيش الشام وكان هذا الشيخ الحمصي من ضمن الذين قاتلوا عبد الله بن الزبير في قتاله الأخير يقول رأيته يوم الثلاثاء وإنا لنطلع عليه أهل حمص خمسماء خمسماء من باب لنا ندخله هذا الباب ليدخل منه باب من أبواب الحرم لا يدخله غيرنا فيخرج إلينا وحده في أثرنا ونحن منهزمون منه فما أنسى هذا الشيخ الحمصي يقول فما أنسى أرجوزة له يقول إني إذا أعرف يومي أصبر وإنما يعرف يوميه الحر إذ بعضهم يعرف ثم ينكر هذا الرجل الحمصي لما سمع هذه الأرجوزة قال أنت والله الحر الشريف يقول هذا الحمصي فلقد رأيته يقف في الأبطح ما يدنو منه أحد حتى ظننا أنه لا يقتل من شدة شجاعته وجبروته وبطولته وقوته لكن بعد ذلك أيها الإخوة الكثرة تغلب الشجاعة هذه قاعدة دنيوية معروفة فرموه بآجرة والآجرة هي حجارة البناء رماه بها رجل كندي من السكون فأصابته في وجهه فسال الدم من وجهه رضو الله عليه وتكافر عليه وقتلوه قتله رجل مرادي من قبيلة مراد ولما وصل خبر مقتله إلى الحجاج الخبيث سجد شكرا لله ثم ذهب ومعه طارق بن عمر إلى حيث جثة بن الزبير ووقف عليه فقال طارق بن عمر ما ولدت النساء أذكر من هذا فقال الحجاج الخبيث تمدح من يخالف طاعة أمير المؤمنين فقال له طارق نعم هو أعذر لنا ولولا هذا ما كان لنا عذر إنا محاصروه وهو في غير خندق ولا حصن ولا منعه منذ سبعة أشهر ينتصف منا بل ويفضل علينا في كل ما التقينا نحن وهو فلما بلغ عبد الملك بن مروان ما دار بين الحجاج وطارق بن عمر لم ينكر ما قال الحجاج الخبيث أرسل برؤوس عبد الله بن تبير وعبد الله بن صفوان وعمار بن عمر بن حزم إلى المدينة المنورة فنصبت الرؤوس وحتى شاهدها الناس ثم أرسل بالرؤوس إلى عبد الملك بعد مقتل عبد الله بن تبير أيضا فلما أرسل الرؤوس إلى عبد الملك ودان الأمر إلى الحجاج دخل حجاج الخبيث إلى مكة فبايع القراشيون عبد الملك بن مران وأصدر أمره بتولية طارق بن عمر على المدينة المنورة ثم إن الحجاج أمر بصلب جثة عبد الله بن الزبير فأرسلت أسماء إلى الحجاج أسماء بنت أبي بكر رضوان الله عليها أرسلت إلى الحجاج أن ينزله فأبى الخبيث ولم ينزل إلا بعد أن أثاه أمر عبد الملك بذلك ولامه عبد الملك بن مران على صلبه وقيل ظل جسد عبد الله بن الزبير مصروبا لأكثر من ثلاثين يوما وصلب معه الحجاج الخبيث كلبا وقيل سنورا يعني قط وكان من ضمن الذين قاتلوا مع عبد الله بن الزبير عبد الله بن مطيع العدوي القراشي قائد المهاجرين يوم الحرة وكان قد فر ولم يقتل في من قتل من أهل مدينة وقاتل يرحمه الله حتى قتل وكان يرتجز قائلا أنا الذي فررت يوم الحرة والحر لا يفر إلا مرة واليوم أجزي فرة بكره ولما قتل عبد الله بن الزبير كبر جند الشام فرحا فقال عبد الله بن عمر انظروا إلى هؤلاء ولقد كبر المسلمون فرحا بولادته وهم يكبرون الآن بقتله وهؤلاء يكبرون فرحا بقتله وبعد صلب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه مر به عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال السلام عليك يا أبا خبيب أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا ولقد كنت صواما قواما وصولا للرحم أما والله إن قوما أنت شرهم لنعم القوم الله وكبر الله بن عمر رضي الله عليه ويقال بأن الصحابية الجليلة اسماء بن أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن أختها وزوجها وابنها عاشت بعد أن أنزلوا ابنها بخمسة أيام وقيل بل عشرة أيام وكان الحجاج الخبيث قد أمر بأن تلقى جثة عبد الله بن الزبير بمقابر اليهود الحجاج الخبيث 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 أمر بأن تلقى جثة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بمقابر اليهود ذكر ابن الأثير في الكامل وغيره من المؤرخين أن الحجاج أرسل إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها لكي تأتي في حضرته فلم تحضر فأرسل لها قائلا لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك أمره مئة سنة صحابية جليلة ذات النطاقين ما هو تاريخ الحجاج؟ الخبيث ما له تاريخ مجرم أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك أمره مئة عام فلم تأتيه فذهب الخبيث إليها متشفيا وقال لها كيف رأيتني صنعت بعبد الله فقالت رأيتك أفسدت على ابني دنيا وأفسد عليك آخرتك وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فأنت هو نعم أورد أيها الأخوة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في مسنده أن الحجاج بن يوسف دخل على أسناء بنت أبي بكر الصديق بعدما قتل ابنها عبد الله بن زبير فقال لها إن ابنك ألحد في هذا البيت وإن الله عز وجل أذاقه من عذاب أليم وفعل به ما فعل فقالت كذبت كان برا بالوالدين صواما قواما والله لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في ثقيف كذابا الآخر منهما شر من الأول وهو مبير الكذاب الأول تعرفونه طبعا مختار الكذاب مختار بن أبي عبيد الثقفي والكذاب الآخر الذي هو شر من الأول وهو مبير الحجاج بن يوسف الثقفي والمبير كما يقول ابن منظور في لسان العرب هو المهلك الذي يسرف في إهلاك الله فراوى ابن الأثير في تاريخه يعني ابن سيرين أن عبد الله بن زبير قال ما شيء كان يحدثنا به كعب يعني كعب الأحبار إلا وقد جاء على ما قال إلا قوله فتى ثقيف يقتلني وهذا رأسه بين يديه يعني رأسه المختار ثم قال ابن سيرين ولا يشعر ابن الزبير إن الحجاج قد خبئ له كعب الأحبار من الحميريين كما تعرفون اسمه كعب بن ماتع الحميري كان عالما من كبار علماء اليهود أسلم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجاء إلى المدينة في عهد فاروق عمر رضي الله عنه وحاربه الفتوحات الإسلامية في الشام كان يروي الكثير من الروايات الإسرائيلية من كتب بني إسرائيل توفي في عهد النورين عثمان بن أفان رضي الله عنه أما ابن سيرين فهو الحسن بن سيرين سيد من سادات التابعين الإمام البصر الكبير أبوه سيرين من سبي العراق وكان أبوه مولى للصحابة الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه توفي الحسن بن سيرين في سنة عشر ومئة من الحجرة ماذا بقى أيها لعبد الملك بن مران قتل الضحاك بن قيس الفهري وعمر بن سعيد بن العاص الأشدر وقتل عمير بن الحباب السلمي في الحروب القبلية واستسلم له زفر بن حان في الكلابي وقتل مصعب بن الزبير وعبد الله بن خازم السلمي ثم ها نحن نشاهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقتل أيضا في حصار الحجاج نحن هذه تقريبا يعني معظم الأمور الآن دانت إلى عبد الملك بن مران ثم إنه في سنة ثلاثة وسبعين نصب عبد الملك بن مران أخاه محمد بن مران واليا على الجزيرة وأرمينيا وفي هذا دليل على إنه إذا انطفأت الفتن واجتمع شمل المسلمين فإنهم يوجهون قواهم وجهودهم وطاقاتهم إلى أعدائهم بينما في أحوال الفرقة يقول الإخوة لا يجنون إلا الدمار ولا يحصدون إلا الخراب في سنة أربع وسبعين عزل عبد الملك بن مران طارق بن عمر عن إمارة المدينة منورة وجعل عليها الحجاج بن نوسف وكان الحجاج الخبيث لا يقيم وزنا لأحد من أهل المدينة منورة بمن في ذلك أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم بل وحاول إذلال بعضهم مثل الصحابة الجليل ألس صحابة الجليل خادم الرسول صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك بن النظر الخزرج الأمصاري خادم النبي عليه السلام وكذلك الصحابة الجليل سهل بن سعد بن مالك الخزرج الأمصاري رضي الله عنه عندما حاول بل أذلهم عندما ختم في عمقيهما رضي الله عنهما بالرصاص والختم مثل الوسم لا حول ولا قوة الأبنى وكذلك فعل مع الصحابة الجليل جابر بن عبد الله بن عمر الخزرج الأمصاري عندما ختم على يده رضي الله عنه وفي سنة 75 تصدى محمد بن مروان لغوم الذين خرجوا من جهة أرمينيا وتحديدا من صوب مدينة مرعش وهي من مدن أرمينيا وفي هذه السنة أيضا تولى إمارة المدينة المنورة يحيى بن الحكم بن مروان في سنة 74 توفي بشر بن مروان ويبدو أن وفاته كانت في أواخر هذه السنة وإن كان هناك قول بأنه توفي في سنة 73 ولكني أرجح للقول الأول وكان بشر بن مروان قد أرسل قبيل وفاته بالمهلب ابن أبي صفره الأزدي لقتال الخوارج فأرسل عبد الملك كتابا إلى الحجاج بن يوسف في المدينة المنورة بولاية العراق فسار الحجاج بن يوسف من فوره وسار معه 12 رجلا على الإبل ودخل الكوفة في النهار في رمضان من سنة 75 وقيل وصل الكوفة قبل رمضان وذهب من فوره إلى المسجد المسجد الجامع في الكوفة وصعد المنبر في هذه القصة وأنشئتم هذه الرواية سوف أجمع لكم ما ذكر في الكثير من كتب التاريخ والأدب ثم أقرأ عليكم ما قاله الحجاج حتى لا يفوتنا جمال العبارات وقوتها لهذا الطاغية خبيث سوف أقرأ عليكم خطبة الحجاج بن يوسف لأن بها بلاغة ما بعدها بلاغة تميز بها هذا الوالي الجبار المبيث وسوف أنقل لكم ما قاله الطبري في تاريخه عن هذه الأحداث لأنها مهمة وفيها تفسير للكثير من الأحداث التي تمت في ولاية الحجاج مارة الحجاج على العراق قال الطبري لما صعد الحجاج المنبر وكان معتما بعمامة خدز حمراء متلفما بطرفها فلما جلس على المنبر لم يتكلم وطال سكوته فظنوا أنه ومن جاء معه ظنوا أنهم هؤلاء من الخوارج متلثم ومعتم على المنبر ودخل هكذا بقوة ولا يتكلم فتناول محمد بن عمير بن ضابئ التميني حصن ليرميه به ليرمي الحجاج فلما اجتمع الناس قام الحجاج وكشف عن وجهه وتمثل ببيت لسحيم ابن وثيل الرياح التميمي وقال أنا ابن جل فطلع الفنايا متى أضع العمامة تعرفوني ثم قال أما والله إني لأحمل الشر محملة وأحذوه بنعله وأجزيه بمثله وإني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لأنظر إلى الدماء بين العمائم واللحاء قد شمرت عن ساقها تشميرا ثم أنشد متمثلا بشعر الحطم ابن هند البكري قائلا هذا أوان الشد فاشتدي زيم قد لفها الليل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر وضم قد لفها الليل بعصل بي أرعى خراج من الدوي مهاجر ليس بأعرابي ثم قال وإني والله يا أهل العراق ما أغمز كتغماز التين يعني لست بلي ولا يقعقع لي بالشفنان الشفنان هو الجلد اليابس إذا حرك يخرج منه صوت والحجاج يعني بذلك إني لا أخوف وإني والله يا أهل العراق ما أغمز كتغماز التين ولا يقعقع لي بالشفنان ثم قال وقد فررت عن ذكاء وجريت إلى الغاية القصوى إن أمير المؤمنين عبد الملك قد نفر كنانته ثم عجم عيدانها فوجدني أمرها عودا وأصلبها مكسرا فوجهني إليه فإنكم طالما أوضعتم في الفتن وسننتم سنن الغي أما والله لألحونكم لحوى العود ولا أعصبنكم عصب السلمة ولا أضربنكم ضرب غرائب الإبل إني والله لا أعد إلا وفيت ولا أخلق إلا فريت فإياي وهذه الجماعات وقيلا وقال وما يقول وفيما أنتم وذاك والله لتستقيمن على سبل الحق أو لأدعن لكل رجل منكم شغلا في جسد من وجدت بعد ثالثة من بعث المهلب تفكت جمه وأنهبت ماله يعني ثلاثة أيام من بعث المهلب من يجدهم في الكوفة بعد ثلاثة أيام يقتله وبعد هذه الخطبة النارية المرعبة المليئة بالوعد والوعيد نزل الحجاج عن المنبر وخرج من المسجد ودخل منزله وفي أثناء خطبة الحجاج أخذ الحصاية تساقط من يد محمد بن عمير بن ضابئ التميمي وهو لا يشعر من هول ما سمه ولما كان اليوم الثالث من قدوم الحجاج سمع تكبيرا في السوق فخرج ودخل المسجد وصعد المنبر ثم قال يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق ومساوي الأخلاق إني سمعت تكبيرا ليس بالتكبير الذي يراد الله به في الترغيب ولكنه التكبير الذي يراد به الترهيب وقد عرفت أنها أجاجة تحتها قصر يا بني اللكيعة ويا عبيد العصى وأبناء الأيام ألا يرضع رجل منكم على ظلعه ويحسن حق ندمه ويبصر موضع قدمه فأقسم بالله لأوشك أن أوقع بكم وقعة تكون نكالا لما قبلها وأدبا لما بعدها فلما فرغ الحجاج من كلامه قام إليه الخبيث عمير بن ضاب بن الحارث البرجمي ثميمي وعمير هذا أيها الأخوة ذات تذكرون كان قداس أمير المؤمنين عثمان بن عفتان رضي الله عنه بعدما قتل وهو ممدد على سريره قبيل الصلاة عليه فكسر ضلعين من أضلاعه رضي الله عنه فأوقعه الله في يد الحجاج بعد أربعين سنة فقال عمير أصلح الله الأمير أنا في هذا الجيش وأنا شيخ كبير علي وهذا ابني وهو أشب مني فقال عنبس بن سعيد بن العاص الحجاج أتعرف هذا قال لا قال هذا أحد قتلت أمير المؤمنين عثمان قال الحجاج يا عدو الله أفلا إلى أمير المؤمنين بعثت بديلا ثم أمر بأن تضرب عنه وأمر مناديا ينادي في الناس إن عمير بن ضاب أتى بعد ثالثة بعد ثلاثة أيام وقد كان سامع النداء فأمرنا بقتله ألا فإن ذمة الله بريئة من من بات الليلة من جند المهلب قالوا فتوافد الناس فوقف للالتحاق في المهلب عبر له في تلك الليلة عبر الجسء أربعة أهلاف فقال المهلب قدم العراق اليوم رجل ذكر اليوم قتل الأدو وكان عمير بن ضاب من سادات بني تميم في الكوفة ولكن هذا الحجاج لا يعرف بني تميم ولا غير ولما قرأ عليهم وقرأ عليهم القارئ كتاب الخليفة في مرة قرأ عليهم القارئ كتاب الخليفة قال أما بعد سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله فقال له الحج جاء في قطع يا عبيد العصر أي سلم عليكم أمير المؤمنين فلا يرد راد منكم السلام هذا أدب ابن نهية أما والله لا أؤدبنكم غير هذا الأدب يبدأ بالكتاب فلما بلغ إلى قوله أما بعد سلام عليكم يقولون نحا الله الرعب أحيانا ترى يقولون لا يقولون لم يبق منهم أحد لا قال وحلى أمير المؤمنين السلام رحمة الله أي خاف وكي لما تولى الحجاج بن يوسف العراق أرسل بالحكم عيوب الثقفي أميرا على بصرة ثم إن الحجاج ذهب لزيارة البصرة وفي البصرة خطبهم وتوعدهم وأمرهم باللحاق بالمهلب لقتال خوارج وأراد أن ينقص من أعطياتهم له الرواتب فثار عليه عبد الله بن الجارود العبدي من بني عبد القيس ودار بينهما قتال شديد في رستقبات وقتل عبد الله بن الجارود وجماعة من أصحابه فأمر الحجاج بإرسال ثمانية عشر رأسا من رؤوسهم إلى المهلب في رام هربز البصرة في ثورة ابن الجارود قتل أيضا عبد الله بن أنس بن مالك فغضب الحجاج الخبيث على الصحابة الجليل أنس بن مالك بن النظر الخزرج الأنصاري رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه فلما دخل البصرة أخذ مال أخذ مال أنس رضي الله عنه ولما جاءه أنس بن مالك قال له الحجاج لا مرحبا ولا أهلا بك يا ابن الخبيثة فلن توله يا الحجاج الخبيثة ما نقدر نقول عن أمك يا ابن الخبيثة لكن أنت خبيثة لا مرحبا ولا أهلا بك يا ابن الخبيثة شيخ ضلالة جوال في الفتم مرة مع أبي تراب يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومرة مع ابن الزبير ومرة مع ابن الجارود أما والله لا أجدر لنك جرد القضيب ولا أعصبنك أعصب السلمة وما أقل عنك قلع الصنقة أبو تراب هنا طبعا يقصد به علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذهب إلى المسجد فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجده نائما وجد علي نائما على التراب وقد التسق التراب بجلده فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم ينفض عنه التراب ويقول اجلس أبا تراب نعم لما سمع أنس ابن مالك رضي الله عنه ما قال الحجاج بمن يعني الأمير ابن الخبيثة وأنا وأنا بمن يعني الأمير بهذا الكلام قال إياك أعني أصم الله صداك طبعا في ظل هذا البطش والظلم من هذا الجبار الطاغية الحجاج بن نوسف لم يكن أمام أنس بن مالك رضي الله عنه إلا الكتاب إلى عبد الملك بن مروان يخبره بما صنع به الحجاج وبما توعد وسوف أقرأ عليكم الكتاب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج لكي تعرفوا بلاغة الخليفة طبعا الحجاج بليغ ولكن عبد الملك أبلغ كما هو معروف للملك بن مروان بليغ في غاية البلاغة حزم فكتب عبد الملك بن مروان خليفة الأموي الخامس الحجاج كتب له قائلا أما بعد يبن أم الحجاج لم يقل له يبن بن نوسف وهذه طبعا عند العرب شكيمة بالغة عند العرب فإنك قال له فإنك عبد طمت بك الأمور فعلوت فيها حتى عدوت طورك وجاوزت قدرك يبن المستفرمة بعجم الزبيب لأغمزنك غمزة كبعض غمزات اليوث التعالب ولأخبطنك خطة تود لو أنها تود لو أنك رجعت في مخرجك من بطن أمك لكلمة بعد كبيرة ولأخبطنك خطة تود لها أنك رجعت في مخرجك من بطن أمك أما تذكر حال آبائك في الطائف حيث كانوا ينقلون الحجارة على ظهورهم ويحتفرون الآبار بأيديهم في أوديتهم ومياههم أنسيت حال آبائك في اللؤم والدناءة والخلق وقد بلق أمير المؤمنين الذي كان منك إلى أنس بن مالك جرأة وإقداما وأظنك أردت أن تسبر ما عند أمير المؤمنين في أمره فتعلم إنكاره ذلك وإغضاءه عنك فإن سوغك ما كان منك مضيت عليه قدما فعليك لعنة الله من عبد أخفش العينين أسك الرجلين ممسوح الجائرتين ولولا أن أمير المؤمنين يظن أن الكاتب كثر في الكتابة عن الشيخ إلى أمير المؤمنين فيك لأرثل من يسحبك ظهرا لبطن حتى يأتي بك أنسا فيحكم فيك فأكرم أنسا وأهل بيته واعرف له حقه وخدمته رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقصرن في شيء من حوائجه ولا يبلغن أمير المؤمنين عنك خلاف ما تقدم فيه إليك من أمر أنس وبره وإكرامه فيبعث إليك من يضرب ظهرك ويهتك سترك ويشمت بك عدوك ولقه في منزله متنصلا إليه وليكتب إلى أمير المؤمنين برضاه عنك إن شاء الله والسلام لما وصل كتاب عبد الملك بن مران إلى أنس بن مالك مع إسماعيل بن عبد الله مولى بني مخزوم وقرأ ما فيه ثم ذهب إسماعيل بن عبد الله إلى الحجاج وسلم كتاب الحجاج فلما قرأه الحجاج تغير وجهه وعرق جبينه كما يقولون وأخذ يقول يغفر الله لأمير المؤمنين ثم إن الحجاج التقى بأنس بن مالك رضي الله عنه ورحب به واعتبر إليه مما بدر منه في حقه فقال له أنس بن مالك رضي الله عنه ما شكوت حتى بلغ مني الجح وحتى زعمت أن الأشرار وقد سمان الله أنصار وزعمت أن أهل النفاق ونحن الذين تبوأوا الدار والإيمان وسيحكم الله بيننا وبينك فهو أقدر على التغيير لا يشبه الحق عنده الباب ولا الصدق الكذب وقال له كلام ثم قال له فوالله لو أن النصارى على كفرهم رأوا رجلا خدم عيسى بن مريم يوما واحدا لعرفوا من حقه ما لم تعرف أنت من حقي وقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين وبعد فإن رأينا خيرا حمدنا الله عليه وأثمينا وإن رأينا غير ذلك صبرنا والله المستعى نحن هذا ما دار بين الصحابة الدليل أنس بن مالك والحجاج ابن يوز الحجاج بعد هذا الدرس الذي لم يتوقعه من عبد المالك بن مروان رد ما أخذ من أنس بن مالك رد عليه كل ما أخذ منه نعم ويعني كف عنه وإلا أنه كما تعرفون ما كان يقيم وزنا للصحابة بعد جرأته على عبد الله بن جبير وعلى أسماء من أبي بكر صديق رضي الله عنها وقصفه الكعبة من منجنيق وحصاره الكعبة مدة سبات أشهر حجاج جبار طاغي أيها الأخوة نعم دارت حرب بين جيش المهلب ابن أبي صفر العزدي ومعه جيش عبد الرحمن بن مخنف قاتلوا الخوارج وتمكن الخوارج من قتل عبد الرحمن بن مخنف فأرسل الحجاج عتاب بن ورقاء ليحل مكان بن مخنف وأمره إذا اشترك في القتال أن يطيع المهلب وهذا الأمر لم يعجبه ولكن ماذا يصنع بالحجاج وأوامره أهد عبد الملك أيها الأخوة أهد عبد الملك بن مروان خليفة الأمو الخامس كان عهد اضطرابات سياسية خطيحة تطاع كما رأينا أن يقضي عليها ولكن كانت هناك أيضا اضطرابات أتقل خطورة عن تلك التي قضى عليها هذه الاضطرابات كانت نتيجة لحركات ولثورات قامت بها فئة قليلة باسم الدين يحملون أفكارا منحرفة بصورة خطيرة ويؤمنون بعقيدة مضطربة ويملكون جرأة ما بعدها جرأة في تكفير المسلمين بمن في ذلك عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما هؤلاء هم الخوانك أو الحرورية كما يسمونه في ذلك الوقت يسمونهم الحرورية كما قلنا نسبة إلى بلدة حروراء في الحراق ومن أهم تلك الثورات الخارجية ثورة صالح بن مسرح ثميمي وصالح بن مسرح بن بن مرئ القيس بن زيد منات بن ثميم وهذه الثورة كانت وقودا للثورة الخطيرة جدا التي قادها الخارجي شبيب بن يزيل بن نعيم الشيباني وكان صالح بن مسرح ثميمي قد حج في موسم سنة خمس سبعين وحج معه أتباعه الخوارج ومن ضمنهم شبيب بن يزيد وفي بلد الله الحرام عزم الخبيث شبيب بن يزيد على اغتيال عبد الملك بن مروان ولكنه بفضل من الله لم يتمكن من ذلك ولكم فقط أيها الإخوة أن تتصوروا ماذا كان سيحدث لو اغتيل عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي ولي أمر المسلمين لقد رأينا ما حل بالأمة الإسلامية من شرور وفتن وقتال مروع بسبب النزاعات السياسية حتى استتبى الأمر لعبد الملك بن مروان فماذا تعتقدون سوف يحدث لو اغتيل بهذه الصورة وهو أمير المؤمنين وهو أمير حج هذا الموسم نحن أيها الأخوة نريد أن نتوقف هنا في هذه الليلة حتى نكمل لكم تسلسل أحداث التاريخ السياسي للدولة العموية ولعلكم شاهدتم أيها الأخوة أن ثورات الخوارج لم تنقطع نعم لقد دانت الأمور لعبد الملك بن مروان في اللقاء القادم واجزاكم الله خير على حسن استماع بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء الطيب وفي هذا الجمع الطيب المبارك إن شاء الله وذلك لمواصلة الكلام عن التاريخ السياسي للدولة العموية ونحن أيها الأخوة نلتقي بكم اليوم في لقائنا الثاني عشر وكالعادة قبل أن نبدأ بالكلام عن أحداث هذا الدرس نريد أن أذكركم أهم الأحداث التي قيلت في اللقاء الماضي تكلمنا في اللقاء الماضي عن قتل بحير بن ورقاء الصريمي تميمي انتقم منه صعصة من حرب العوفي تميمي بسبب تحريضه لأمية بن عبد الله على قتل بكير كما قلنا في تلك الأحداث وذهب له رجل كما قلنا من الأبناء اسمه صعصة بن حرب العوفي تميمي وتمكن من غدره وقتله إنهم قتلوا وأيضا تكلمنا عن ثورات الخوارج الأزارقة قطري بن الكجاءة أرسل جماعة من أعوانه إلى الأهواز وتقاتلوا مع جيوش الدولة وحزموهم الدولة ألحقت بهم الحزيمة ثم بعد ذلك ثورة عبد الله بن ثور البكري أبو فديك في البحرين وأيضا تصدت لهم الدولة وتمكنوا من هزيمتهم وقتلوهم قتلوا أبا فديك تم قتل هذا الخارج وأيضا كان من أهم الأحداث التي تكلمنا عنها في الحلقة الماضية مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الصحابي الجليل وبعد حصار شديد من الحجاج لمدة سبعة أشهر ونصبه المنجنيق في مكة حول الكعبة وقصف الكعبة بالمنجنيق فرماها بالمنجنيق وتنكيله بالصحابة بعد أن قتل ابن الزبير وطلبه وتنكيله بالصحابة لما ختم أعناق بعضهم أنس بن مالك ختم جابر بن عبد الله وضع الله عليهم ثم قدوم الحجاج ابن يوسف إلى الكوفة وما قال من خطبة نارية تهديدية توحد بها أهل العراق دين كثر شرهم وخبثهم وخروجهم على الدولة فما كان ينفع معهم من وجهة عبد الملك بن مرغان خليفة الأموي القوي إلا أن يرسل إليهم برجل قوي شديد البطش مثل الحجاج حتى يضع حدا لعبثه وتكلمنا عن يعني على الرغم من ذلك لم يرضى عبد الملك بن مرغان على الحجاج وتهدده وتوعده لما أساء إلى أنس بن مالك رضي الله عنه كما قلنا في ثقائل ثم توقفنا عند ثورات الخوارج صالح بن المسرح التميمي عندما ذهب الحج وحج معه يزيد بن شبيب الشيباني أراد يزيد أن يقتل عبد الملك بن مرغان الخليفة كان عبد الملك هو أمير الموسم نعم أراد أن يقتل الخليفة وتوقفنا عند هذه الأحداث والأخوة صالح نتكلم في أحداث هذه الليلة نقول صالح بن مسرح التميمي هو أحد منظر الخوارج كما نقول في أيامنا هو أحد منظر الخوارج وعلى طريقتهم كان عابدا زاهدا ولكن بفكر منحرس تبرأ من عثمان وعلي رضي الله عنهما والتف عليه جماعة منهم يعلمهم القرآن والفقه على فهم الخوارج وكانوا يتوافدون عليه فقال لهم إلى متى وأنتم تنتظرون وحرضهم على الخروج على الدولة فقرروا الخروج هناك طبعا تفصيلات كثيرة ذكرها المغرقون أعرضت عنها حتى لا أطيل عليها ولكنها إن شاء الله لن تخل بسياق الموضوع حاله تفصيلات الكثيرة التي أعرضنا عنها إن شاء الله لن تخل بما سوف نقول نحن وحدد الخوارج مطلع شهر صفر من سنة 76 لثورتهم وخروجهم ووفد شبيب بن يزيد على صالح بن مسرح في بلدة مها دارة ومن دارة بدأت ثورة وخرج صالح بن مسرح هذه ربما تكون حلقة هذه الليلة أو درس هذه الليلة درس هذا اللقاء سنخصصه لثورات الخوارج تقريبا إذن خرج صالح بن مسرح سدعت ثورة من دارة وخرج صالح بن مسرح بمئة وعفرين رجلا فقط نعم إنهم قلة ولكنهم يؤمنون بمذهبهم الباطل ولما علم بخروجهم أمير جزيرة محمد بن مروان بن حكم أرسل إليهم عدي ابن عدي ابن عمير الكندي عدي ابن عدي ابن عمير الكندي من بني الحارف ابن معاوي ابن ثور الكنديين فسار إليهم من حران في ألف فارس وانظروا إلى ما ذكر الطبري في تاريخه إمام الطبري في تاريخه يصف هذه الأحداث بدقة فماذا قال عند وصفه لحال جيش عدي ابن عدي قال الطبري وسار إليه عدي وكأنما يساق إلى الموت ففاجأهم الخوارج وهزموهم طبعا لما مئة وعشرين يخرجون لهذه الآلاف الفارس لكن آلاف وكأنهم يساقون إلى الموت يعني مرعوبين لا يردون قتال طبعا لما فاجأهم الخوارج هؤلاء المئة وعشرين هزموهم ودخلوا معسكرهم دخلوا معسكرهم وفر عدي ابن عدي ومن معه حتى أتوا محمد بن مروان ثم أرسل لهم محمد بن مروان جيشا في قيادة خالد ابن جز السلمي كان خالد ابن جز السلمي يقودها جيش مكون من 1500 فارس وأرسل لهم أيضا الحارف بن جعونة من بني غبيع بن عامر بن تعصى بمثلهم يعني أصبحوا الآن ثلاثة ثلاثة مقاتل لقتال هؤلاء الشرين وفي آمد وقع بينه قتال شديد ولكن لم تكتب الغلبة لأي من الطرفين فانسحب الخوارج واجتازوا أرض الجزيرة والموصل حتى وصلوا الدسكرة لما علم الحجاج بن جوسف ثقفي أمير العراق لأن الخوارج وصلوا الدسكرة بعث إليهم بثلاثة آلاف مقاتل بقيادة الحارث بن عميرة بن مالك بن حمرة بن ذل مشعار الحمداني هذا هكذا ذكره الحمداني في كتابه الأكليل الحمداني هكذا ذكره في كتابه الأكليل ذكر نسب الحارث بن عميرة قال بأنه الحارث بن عميرة بن مالك بن حمرة بن ذل مشعار الحمداني والحارث بن عميرة من أشراف الكوفة والتقى الخوارج مع جيش الحارث بن عميرة في قرية المدبج من بلاد الموصل وكان مع صالح بن مسرح تسعون رجلا فقط وتسعون رجلا يهلقه انظروا ودار بينهم ختال شديد قتل به صالح بن مسرح فأخذ الخوارج جثة واجتمعوا في حصم قريب من مكانهم وبايعوا شبيب بن يزيد أميرا للمؤمنين حسب معتقدهم الفاسد ثم ان هؤلاء السبعين خارجيا بقيادة شبيب بن يزيد خرجوا من الحصن ليلا وهاجموا جيش الكوفة الذين تفاجعوا تماما بهذا الهجوم غير المتوقع ووقع الاضطراب في المعسكر وجرح الحارث بن عميرة فحمله رفاقه وفروا إلى المدائن وكانت هذه المعركة في جمادة الأولى من سنة ست وسبعين فار الشبيب بن يزيد ومن معه إلى الموصل وانضم إليه تلامة بن سيار بن المضاء الشيبان بن workers وشيبان هنا شيبان بن سعلبة بن عكاب بن صعب بن علي بن بكر بن وائل وليس بني عمهم بن شيبان بن ذهل بن سعلبة بن عكاب بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ثم شبيبا ذهبо إلى أمه وأخذها معه وقال أبقيها معي في عسكري فلا تفارغني عبدا حتى أموت أو توم وأخذ شبيب وليس معه إلا عدد قليل من الرجال يعيثون في تلك الأرض فسادا وأخذوا يتنقلون بين الموصل وأذر بيجان فأرسل إليهم الحجاج بن عوسف سفيان بن أبي العالية خفعمي على رأس جيش كبير وأمره أن يذهب إلى الدسكرة لما نقول كبير كبير بالنسبة إلى عدد جيش الخوارج وأمره أن يذهب إلى الدسكرة ويقيم بها إلى أن يأتيه جيش الحارث بن عمير الحمداني وأصدر الأمر إلى جيش الحارث بأن يلتحقوا بسفيان بن أبي العالية في الدسكرة وكانوا في المدائن والكوفة فتوجهوا إلى الدسكرة تعجل سفيان بن أبي العالية في التحرك للحاق بشبيب من دون أن ينتظر وصول جيش الحارث بن عمير وأعتقد بأن قرار بن أبي العالية كان قرارنا صائبة لماذا؟ لأن من مع شبيب أقل بكثير من من مع ابن أبي العالية وحتى لو وصل إليهم الحارث بن عمير بمن معه فلن يغنوا عنهم شيئا لماذا؟ لأن الرعب قد استقر في قلوبهم بعد هزمتهم الأولى على كل حال التقى جيش سفيان بن أبي العالية مع شبيب ومن معه في مكان اسمه خانقين وعند اللقاء فر معظم جيش بن أبي العالية ولم يبق معه إلا قرابة مائتين من رجاله صمدوا معه فترجل هذا القائد شجاع عن فرسه وقاتلهم فتشجع جنده ولذلك كان هم الخوارج وهم من المتمرسين في القتال كان همهم قتل سفيان بن أبي العالية أمير الجيش وانقض عليه سويد بن سليم الشيباني وكان شجاعا وتقاتل مع سفيان بالرماح ثم بالسيوف ثم تصارع بالأيدي وفي أثناء ذلك انقض عليه ما شبيب ولكن أحد رجال الأمير أعطاه برذونا والبرذون نوع من الخيول سوف اتصادفنا في هذا التاريخ والتواريخ الإسلامية كلها كلمة برذون البرذون نوع من الخيول وفر من ميدان المعركة بعد أن أثخن بالجراح وذهب إلى مهرون وأقام بها وكتب للحجاج بما حصل فكتب إليه الحجاج يثني عليه على شجاعته وقال له في كتابه إليه لما كتب له الحجاج قال له إذا خف عنك الوجع فارجع مأجورا إلى أهلك فر بما فعل وطلب منه أن يستريح طبعا يرجع إلى أهله أمر الحجاج ابن يوسف ثورة ابن أبجر ابن نافع ابن العرباب الدارمي السميمي بقتال شبيب وأمره بأن يتوخى الحذر ويحسن المكيدة فسار ثورة يلاحق شبيب حتى لحقه بالنهروان ولم يقم مع شبيب إلا أكثر من مئة رجل بقليل وحاول سورة ابن أبجر بثلاثمائة رجل انتخبهم من جيشه أن يباغت الخوارج ولكنهم كانوا على حذر فهزموا ثورة ومن معه وفروا حتى وصلوا المدائن فتبعهم الخوارج ولكنهم داخلوها قبل أن يلحقوا بهم فرماهم الناس بالنبل وبالحجارة من فوق السطوح فذهب شبيب ومن معه إلى تكريت وانتشرت في أثناء ذلك شاعة بين المحاصرين شاعات من أول موجودة هذه الشاعة تقول بأن شبيب سوف يهاجمهم بالليل فوقع طبعا الذعر في قلوبهم وفروا إلى الكلام بعد هزيمة ثابع جيش فسير الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق جيشا ثالثا لقتال شبيب هذا جيش ثالثا وجعل عليه الجزل بن سعيد بن شرحبيل بن عمر الكني وأوصاه بأن لا يعجل عجلة الخرق ولا يحجم إحجام الواني الخرق فسار الجزل بن سعيد إلى شبيب في أربعة آلاف مقاتل صوروا يهلو أربعة آلاف وكان حذرا في مقاردته لشبيب ولم يكن مع شبيب إلا مئة وستين رجلا تقريبا ما كان معه إلا هؤلاء مئة وستون رجلا كانوا معه وكان جيش الكوفة نازلا في دير أزدجر وحدثت هناك مناوشات لم تسفر عن شيء ثم إن الجزل لحق في شبيب إلى النهربان وذلك بعد أن نفه الحجاج على تباطئه في الاشتباك مع شبيب وأرسل سعيد بن المجالج ليكون أميرا بدلا عنه لابد من تطدي الخوارج بكل عزم وقوة وإصرار لأنهم على الرغم من طلتهم كانوا يثيرون الاقتراب في الدولة وينتج عن ذلك أن يصاب الناس بالخوف وبالذعر الشديد وهذا يؤدي إلى اضطراب اقتصاد الدولة الذي يعتمد على الخراج خراج الذي يجبى إلى بيت المه بيت مال المسلمين ومعظم الخراج يعتمد على الزراح والمزارعين لا يستطيعون العمل في ظل الرعب الذي أوقعه الخوارج في قلوبهم سعيد بن المجالج لم يكن له علم بحرب الخراج وكان قد حاصرهم في مدينة اسمها قطيطيا مدينة اسمها قطيطيا فخرج إليه شبيب بمن معه وقال لجماعته عليكم بأمير الجيش هذا التكتيك الناجح وتمكن الخوارج من هزيمة جيش الكوفة وثبت سعيد بن مجالد تقدم إليه شبيب وضربه بالسيف على رأسه فقتله وانهزم الجيش وقتل منهم الخوارج الكثير وفر المنهزمون إلى الجزل وكان قد أقام فيلم عسكر في بقية الجيش بأمر سعيد بن مجالد فلما وصل المنهزمون إلى الجزل فرجل عن فرسه وقاتل الخوارج كعادتهم قتالا باسلا وأصيب الأمير جيش العراق الجزل بجراح بالغة ولكنهم حملوه إلى المدائن وحلت الهزيمة بجيش الكوفة وفروا إلى مدينتهم إلى الكوفة بعد أن أوقع شبيب بن يزيد في الحزيمة سلوة أخرى بجيوش الحجاج عبر دجلة وسار إلى الكوفة حيث مقر الحجاج بن يوسف أمير العراق فأرسل إليه الحجاج ألف فارس عليهم سويد بن عبد الرحمن سعد الثميمي قال الطبري أن هذا الجيش قال نفس الكلام قال فخرجوا للقاء شبيب وكأنما يساقون إلى الموت ثم إن الحجاج ابن يوسف والأخوة جهز عبد الرحمن بن قطن بن عبد الله بن حسين ذي الغصة فخرج بجيش من أهل الكوفة وهم في غاية الذعر وأسكر بالسبخة في القرب من الكوفة وقام سويد بن عبد الرحمن السعدي بمطاردة شبيب وشبيب يعيث في كل أرض يمر بها فسادة بل حتى العراب من قومه في الصحراء لم يسلموا من شره وبطشه قرر الحجاج أن يذهب إلى البصرة واستخلف على الكوفة عروة من المغيرة من شعبة ولكن عيون الحجاج أو استخبارات الدولة أبلغوا عروة من المغيرة بأن شبيب يريد أن يهاجم الكوفة فأرثل للحجاج يخبره بهذه الأنباء الخطيرة فعاد الحجاج من حوله إلى الكوفة ودخلها مع صلاة الظهر ووصل شبيب إلى السبخة من صلاة المغرب ثم تحرك وأصحابه من السبخة ودخل الكوفة ودخل سوقها ثم ذهب هذا الخارجي الذي لم يجد من يقفها عند حده إلى قصر الإمارة وضرب باب القصر بعمود كان معه ولعله عمود الحديد الذي كان يقاتل به ذكر الطبري في تاريخه إن رجلا قال بأنه شاهد ضربة شبيب بباب القصر قد أثرت أثرا عظيما ثم ذهب الشبيب إلى المصطبة ولعلها مصطبة القصر ثم قال وكأن حافرها بكل خميلة كيل يكيل به شحيح مقدم أبد دعي من ثمود أصله لا بل يقال أبو أبيهم يقدم يعني بذلك الحجاج أبد دعي من ثمود أصله يعني بذلك الحجاج بن يوسف الثقافي أي إن ثقيفا أبو قبيلة ثقيف ليس بقسي بن منبه بن بكر بن حوازن وإنما من بقايا ثمود الذين أبادهم الله العرب البائدة هذا طبعا غير صفيح ثم ذحل شبيب ومن معه إلى جامع الكوفة وقتلوا جماعة قتلوا جماعة من الذين يلازمون المسجد ثم ذهبوا بعد ذلك إلى دار طاحب شرطة الحجاج ففر منهم وهو شيباني اسمه حوشب ثم إنهم انظروا إلى هذه أيها الأخوة مؤلمة هذه جدا مروا بمسجد بني ذهل الشيبانيين فلقوا ذهل بن الحارف وكان هذا الرجل يصلي في مسجد قومه فيطيل الصلاة فلقوه في الطريقة عائدا إلى منزله فلما عرادوا أن يقتلوه قال اللهم أني أشكو إليك هؤلاء وظلمهم وجهلهم اللهم أني عنهم ضعيف كلامة عظيمة اللهم أني أشكو إليك هؤلاء وظلمهم وجهلهم اللهم أني عنهم ضعيف فانتصر لي منهم فقتلوه ثم غادروا الكوفة وتوجهوا إلى المردمة المردمة جبل بني عامر المردمة يعني الجبل يسمى مردمة أحيانا نعم ذهبوا إلى المردمة جبل بني عامر كل ذلك حدث أيها الأخوة في الليل وبعد هذه الأحداث المثيرة أمر الحجاج بن يوسف المنادي فنادى في الناس فتوافدوا عليه وكان أول من جاءه أثمان بن قطن ومعه مواليه وجماعة من أهله وطبعا الآن خلص جهز الحجاج بن يوسف أربعة ألوية لقتال شبي أربعة جوش لقتال شبي بعث بشر بن غالب ابن مالك بن جناد الأسدي في ألف رجل وزائدة بن قدام الثقفي في ألف رجل وأبا الضريس مولى بني ثميم في ألف من الموالي وأعين مولى بشر بن غاربان في ألف رجل هذا الآن ستة تالف ثم انضم إلى هؤلاء محمد ابن موسى بن طلح ابن عبيد الله تيم القرشي محمد ابن موسى بن طلح هذا نقول لكم وكذلك أرسل الحجاج مع هؤلاء القادة أبد الأعلى ابن عبد الله ابن عامر ابن كريز العبشمي قرشي وزياد ابن عمر العتكي العزدي محمد ابن موسى بن طلح كان في طريقه إلى سجستان أولاية التي نصبه عليها عبد الملك بن مروان وكان عبد الملك قد أمره بأن يمر بالكوفة وكتب إلى الحجاج بأن يبعث معه بألفي فارس ولكن الحجاج في هذه الظروف طعبة شديدة طلب من محمد ابن موسى أن يقاتل معهم الخوارج ثم يذهب إلى ولاية ففعل محمد ابن موسى وبن ضمام عبدالأعلى ابن عبدالله ابن عامر وزياد ابن عمر ومحمد ابن موسى ابن طلح يكون في هذا الجيش سبعة من عمراء الجمه جيش به سبعة قاتل جيش كبير وتجنب شبيب ومن معه لقاء هذا الجيش الكبير وسار نحو القادسية فأرسل وراءه الحجاج بألف وثمانمائة فارس عليهم زحر وقيس وأمره الحجاج بأن يطارد شبيب وأن يقاتله متى ما التقى به ولما تواجه دار بينهم قتال أما التقوا وتواجه دار بينهم قتال وهزمهم شبيب كالعادة وقروا من ميدان المعركة وكان زحر قد جرح وسقط عن ظهر فرسه وظنوا أنه قتل وفي الليل أفاق من إغمائه فقام ودخل قرية ووصل بعد ذلك الحجاج يعني نعم ليخبره بما حد أراد الخوارج أن يهاجم جيش القادة الأربعة وكان الحجاج قد أرسل رسوله لينجر قادته بأن شبيب في طريقه لمهاجمتهم وقال لهم بأنه إذا نشب قتال فإن أمير الجيش هو زائد بن قدامة ثقف وكان جيش الكوفة نازلا في روذبار فاستعدوا للقاء شبيب ومن مخ ابتدأ الخوارج القتال فهاجم فهاجم سويد بن سليم ميمنة جيش الكوفة وعليها زياد بن عمر العتكي العزدي فصمدت له ثم كر عليهم الثانية فصمدوا ثم الثالث فكسرهم أزمهم وقاتل زياد بن عمر الخوارج قتالا بطوليا وجرح جراحا كثيرا ولكنه نجى بنفسه بعد أن انكسرت الميمنة ثم هجم الخوارج على الجبهة التي يقف فيها عبدالأعلى عبدالله بن عامر فهزموه وفر والتحق بزياد ثم اتجه المنهزمون إلى حيث جبهة محمد بن موسى بن طلحة وانضموا إليه ثم هاجم مصاد بن يزيد الشيباني أخو شبيب هاجم ميسر جيش الكوفة وعليهم بشر بن غالب الأسدي فانهزموا وثبت أميرهم بشر بن غالب في خمسين من رجال واستبسلوا في القتال وقاتلوا حتى قتل الخوارج واصلوا هجمهم فهاجموا جبهة أبي الضريس فهزموهم حتى ألجعوهم إلى الجبهة التي يقود هاعيا مولى بشر بن مروان فهاجمهم الخوارج فكسروهم أيضا حتى ألجعوهم إلى جبهة أمير جيش الكوفة زائدة بن قدام الثقفي فترجل زائدة عن فرسه ونزل معه الكثير من المقاتلين وقاتل الخوارج طيلة الليل ثم شد شبيب على زائدة فقتله وفر أبو الضريس وأعين وعند الفجر أمر شبيب ابن يزيد الخوارج بالتوقف عن القتال وأن يدعو بقية المقاتلين من جيش الكوفة إلى بيعته فبايعهن بايعهن يريدون أن يعني يكفهم شرق كان الوقت فجرا وفي أثناء ذلك أمر محمد بن موسى مؤذنه بأن يؤذن للفجر وكان قد صبر ولم يفر معه جماعة من القاتلين بقيت معه طبعا الميدان معركة كبيرة جدا يقول فلما تفسر شبيب عن هذا الأذان قال ما هذا الأذان أذان لا يؤذن إلا بأمر أمير الجيش كما هو معروف أمير يعني فلما استفسر شبيب عن هذا الأذان قالوا له هذا محمد بن طالح فقام شبيب وأذن في أخطابه وصلى بهم فجر ثم شد شبيب على محمد بن موسى ومن معه فهزمهم وقاتل محمد بن موسى حتى قتل ولم يكن شبيب يريد أن يقتل محمد بن موسى فطلب منه أن يغادر المعركة ولكن محمد بن موسى بن طالح أبى إلا القتال فبرز إليه البطين أو البطين نعم البطين ثم قعنب ثم سويد ولكنه أبى إلا مبارزة شبيب وترجاه شبيب أن يغادر قال له إن لك جوارا كان جارا له في الكوفة ولكنه أبى إلا القتال فبرز إليه شبيب وكانت بيد شبيب عصاه الحديدية التي ضرب بها باب القصر عصاه ثقيل جدا قضيب من حديد ثقيل جدا فضربه بها على رأسه وكان يلبس على رأسه بيضة من حديد خوذة حديدية فهشم رأسه ثم كفنه ودفنه واشترى شبيب من الخوارج ما غنموا من معسكر محمد بن موسى بن طلح بن عبيد الله وأرسله إلى أهل محمد بن موسى وقال الخوارج إنه جاري في الكوفة ويجوز لفتولة ذهى ويجوز أن أهب ما غنمت لأهل الردة راهو ويجوز لفتولة ذهى ويجوز أن أهب ما غنمت لأهل الردة راهو يعني هذا الخبيث شبيب رأس بحال محمد بن موسى لأنه جارة وليس لأنه مسلم وإنما هو عند شبيب رجل مرتد نعم انتهز الذين بايعوا شبيب طبعا فرصة قتاله مع محمد بن طلح وفروا شكل الحجاج بعد ذلك أيضا جيشا قويا في عدده وفي عدته مثل باقي الجيوش التي شكلها قبل ذلك ولكن المشكلة أيها الأخوة لا تتمن في العدد والعدد وإنما في الإرادة والعزيمة وكان عدد المقاتلين في هذا الجيش ستة آلاف مقاتلين وأمر على هذا الجيش عبد الرحمن بن محمد بن أشعف بن قيس الكندي وأمره بحرب شبيب فراح يطارده وإذا نزل خندق عليه ووضع الحراس حتى لا يباغته من الخوارج وأنهكت هذه المطاردة جيش الكوفة ثم إن الحجاج أرسل عثمان بن قطن ليكون أميرا على هذا الجيش بدلا عن عبد الرحمن بن محمد بن أشعف أتدرون كم كان عدد الخوارج كان عددهم مئة وواحد وثمانين رجلا عددهم مئة وواحد وثمانون رجلا في مقابل ستة آلاف ولكنك هؤلاء ستة آلاف تحسبهم جميعا وقلوبهم شكا عبر شبيب نهر اسمه نهر حولاية والآن لنرى ما قال غالب المؤرخين ماذا قالوا غالب المؤرخين أيها الأخوة ذكروا بأن قتالا في غاية القس ودار بين الطرفين وصمد أمراء جيش العراق وقاتلوا قتالا باسلا ولكن الله قضى أمرا كان مفعولا قتل القادة كان عثمان بن قطن قد ترجل عن فرسه وقاتل حتى قتل أما عبد الرحمن بن محمد بن أشعف فإنه فر مع أحد رفاقه وطلب من رفيقه بأن ينادي في الناس أن يذهبوا إلى دير مريم ثم أمر شبيب الخوارج بالكف عن القتال وأن يرفعوا السيف عن المشات المشات الجيش يسمونهم رجالة الجيش الرجال يعني المشات وأن يعرض عليهم بيع فبايعوهم وكان من بقى في الجيش ومن سبقهم في الفرار قد انهزموا إلى الكوفة ولما وصل ابن الأشعف إلى الكوفة اختبأ خوفا من الحجاج ثم بعد ذلك أخذوا له أمانا من الحجاج فأمنه ماذا يصنع كل القادة ينهزمون هكذا أخطار شبيب مع الحجاج كثيرة وطويلة وبها تفصيلات متشعبة لكن نقول بعد هزيمة جيش عبد الرحمن بن محمد بن الأشعف استنفر الحجاج بن يوسف ومعظم أهل الكوفة شيبا وشبانا فخرج له خمسون ألفا كما يقولون أمر عليهم عتاب بن ورقاء التميمي وأرسل معهم الصحابي الجليل زخرة بن حوية التميمي رضي الله عنه وزهرة أيها الأخوة بن حوية رضي الله عنه من بني جشم بن الحارث بن كعب بن سعد وزهرة بن حوية حتى نذكركم بتاريخ هذا الصحابي الجليل زهرة بن حوية رضي الله عنه هو الذي قتل الجالي نوس القائد الفارس الشهير في معركة القادسية التي جرت في شعبان من سنة خمس عشرة من الهجرة وكان زهرة على مقدمة جيش المسلمين الذي يقوده الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الحجاج أرسل معهم زهرة بن حوية التميمي لكي يستهدون برأيه وكان شيخا كبيرا جليلا طاعنا في السنة لا يقوى على الغتاء وكذلك أرسل الحجاج معهم قبيصة بن والق التغلبي ثم كتب الحجاج للخليفة الأموي الخامس عبد الملك بن أروان يطوب منه مددا من جيش الشام جند الشام لأنه حسب رأيه لا خير في جند الكوفة فأرسل إليه عبد الملك بن أروان بأربعة ألاف مقاتل عليهم سفيان بن الأبرد الكلبي وحبيب بن عبد الرحمن المدحجي على رأس ألفين من المقاتلين وصار جيش الكوفة والكبير هذا في عدده والتقوا مع الخوارج في مكان اسمه سوق حكمة وكان ذلك في سنة سبع وسبعين وكان مع شبيب ستمائة مقاتل فقط وعند أول لقاء فر الكوفيون وكان من ضمن الفارين أيضا عبد الرحمن بن محمد بن الأشعف الكندي ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قوس الهمداني وفي هذه المعركة قتل عتاب بن ورقاء التميم قائد الجيش وقتل الصحابة الجليل زهرة بن حوية رضي الله عنه لم يرحم الخوارج الخبثاء شيبته وسابقته في الإسلام زهرة بن حوية بطل من أبطال الإسلام قالوا بأن الخوارج وطأوا زهرة بن حوية بخيولهم وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم من مجلسه كان جالسا فأخذ يذب بسيفه فجاءه الفضل بن عامر الشيباني وقتل كان الخوارج أيها الأخوة قد قتلوا قبيصة بن والق التغلبي قتلوا قبيصة بن والق التغلبي وكان شيخا أيضا كبيرا جليلا واستمعوا أريدكم أن تستمعوا لهذا الحوار بين شبيب بن يزيد ومن معهم الخوارج حتى تتعرفوا على فكر هؤلاء المارقين من الدين لما قتل قبيصة بن والق التغلبي تصايح التغلبيون ذهدوا كثيرا على مقتل هذا السيد التغلبي الكبير قتل قبيصة فقال شبيب قتلتم قبيصة بن والق يا معشر المسلمين ثم قرأ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ثم قال شبيب هذا مثل ابن عمكم قبيصة بن والق أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم جاء يقاتلكم مع الكافر ثم وقف يخاطب قبيصة القتيل ويقول ويحك لو ثبت على إسلامك الأول سعت انظروا إلى هذا الفكر الخطير منحرف فإذا كان هذا فعلهم مع الصحابة رضوان الله عليهم ومع أبطال الإسلام فماذا تتوقعون منهم مع عامة المسلمين هؤلاء هم الخوارج أيها الأخ نعم لما وصل جيش الشام المهزوم إلى الكوفة فعد الحجان ابن يوسف ثقفي على المنبر وقال أما بعد يا أهل الكوفة فلا أعز الله من أراد بكم العز ولا نصر من أراد بكم النصر اخرجوا عنا ولا تشهدوا معنا قتال عدونا الحقوا بالحيرة فانزلوا مع اليخوز والنصر لماذا ينتصر هؤلاء الخوارج على الرغم من ضلالهم المبين هذا السؤال يسأل نعم دائما ينتصرون ما فيه أبدا ولماذا ينهزم أمامهم أهل الكوفة على الرغم من كثرتهم سوف أروي لكم هذه الحادثة التي ربما توضح لكم الفرق بين الطرف يقولون في أثماء تنقل شبيب في البلاد نزل بالقرب من بلدة اسمها سورة فقال الجماعته أيكم يأتيني برأس عامل سورة أمير سورة نبي رأس أمير سورة طبعا يذبحون كافر عندهم فخرج التنفيذ هذه المهمة خمسة من أصحابه دخلوا على عامل سورة وقتلوه وجاءوا برأسه وأخذوا ما وجدوا من مال وعادوا إلى شبيب فلما سألهم ما الذي أتيتمون به قالوا جئناك برأس الفاسق وما وجدنا من مال جئناك برأسه وما لقينا مال جبناه وكان المال محمل على داب موضوعا في البدر البدر يعني الأكياس فأخذ شبيب ابن يزيد حربة وقال أتيتمونا بفتنة للمسلمين وآخذ يخرق البدر بالحربة وطرد الداب فنفرت والمال يتنافر من البدر المخرقة هذا يرينا أيها الأخوة نهو على الرغم من ضلالهم المبين أيضا كانوا ذخهادا في الدنيا في الوقت الذي يقبل خصومهم من أهل العراق على الدنيا وملد ذاتها ولذلك فإن الخوارج عند اللقاء يقاتلون من أجل الشهادة أو النصر بينما جيش العراق وهم من المتنعمين بنعيم الدنيا في بلدهم العراق الغني بخيراته ومن المتدمرين على الأمويين في الشام لأنهم ليسوا بأهل طاعة لولي الأمر الخليفة في دمشق أهل العراق لقاتلون ويثرون عند اللقاء ولذلك لما جاءهم جند الشام المعروف عنهم طاعتهم المطلقة للخليفة الأموي تطاعوا أن يهزموا الخوارج ويشتتوا شمله نعم شبيب تقدم إلى الكوفة بقواته يريد أن يهاجم هذه هي المرة الثانية التي يهاجم فيها شبيب الكوفة ونزل شبيب ومن معه في مكان اسمه حمام أعين نسبة إلى أعين مولى بشر بن مرهان وكان الحجاج موجودا في الكوفة أرسل الحجاج بن يوسف إلى شبيب بن يزيد قوة من ألف رجل عليهم الحارث بن معاوي بن أبي زرعة فقفي فبادره شبيب بالهجوم وقتل وهزم أصحابه ففروا إلى الكوفة ثم عبر يزيد الجسر ونزل باستبخة هذه وأقام معسكرة وفزع أهل الكوفة لإدفاع المرة دخل عليهم مدينتهم ففزع أهل الكوفة لإدفاع عن مدينتهم عن بيوتهم فوقفوا بسلاحهم وكامل عدتهم يحمون مداخل السكك المؤدية إلى بيوتهم وكذلك فعل رجال الحجاج ثم أن الحجاج أمر أحد مواليه واسمه أبو الورد فخرج بقوة من الجند لقتال شبيب ولكن شبيبا أيضا هزمهم وقتل أبو الورد ثم أخرج له الحجاج قوة أخرى على رأسها غلامة طهمان فهزمهم أيضا شبيب وقتل طهمان ودخل شبيب الكوفة مرة تان المرة الأولى التي ضرب بها باب القصر بعمود الحديد فتذكرون نعم وهذه المرة في هذه المرة دخل شبيب الكوفة لكي تبر زوجته غزالة بقسمها وكانت مرأته غزالة قد أقسمت أن تصلي في جامع الكوفة ركعتين تصلي في الأولى بالبقرة وفي الركعة الثانية بآل عمران فضرت بقسمها طبا هذا منتهى الشجاعة جنونية ليه لكن هذا ما حد لكن الحجاج قائد أيها الأخوة هذا صبيث قائد على خبثيل أنه قائد كبير ما في شك خدا لما رأى الحجاج ما حل بكتائبه وقبل أن يدخل مع شبيب والخوارج بالمعركة الفاصلة دعا الحجاج أهل الرأي والمشورة إلى مجلسه وقال لهم أشيروا علي فلم يتكلم منه أحد هيبة الحجاج مخيف من يقدر يكلم لم يتكلم منهم أحد وتقدم رجل وقال إن أذن لي الأمير تكلم قال له الحجاج تكلم فقال إن الأمير والله ما راقب الله ولا حفظ أمير المؤمنين ولا نصح للرعية الكلمتين ثم عاد الرجل وجلس في مجلسه جلس على كرسي فقال الحجاج من المتكلم فخرج الرجل وإذا هو قتيبة من مسلم الباهلي فقال الحجاج ما سبق أن قاله له في المرة الأولى فقال له الحجاج وكيف ذاك قال إنك ترسل بالرجل الشريف وتبعث معه رعاعا من الناس فينهزمون عنه نعم ترسل بالرجل الشريف وترسل معه رعاعا من الناس الرعاع هؤلاء ينهزمون عنه ويستحي هذا الرجل الشريف فيقاتل حتى يقتل فقال له الحجاج فما الرأي قال له قتيبة بن مسلم الباهلي الرأي أن تخرج إليهم بنفسك وكأن هذا الرأي يهلخ وقد وافق الحجاج فقال له اذهب واختر لي مكانا مناسبا لإقامة معسكر ثم اتني فذهب وجاءه من الغد بعد أن اختار له مكانا مناسبا لإقامة معسكر وخرج الحجاج ومعه جيش الشام للقاء الخوارج في المعركة الكبيرة ونشر الحجاج لواء الحرب وخرج بجيش الشام وسار إلى السبخة التي يقيم بها حيث شبيب بن يزيد والخوارج ثم جلس الحجاج على كرسي ثم خطب في جند الشام قائلا هذه المعركة الفاصلة جند الشام لأن جيش الشام جيد يا أهل الشام أنتم أهل السمع والطاعة والصبر واليقين لا يغلبن باطل هؤلاء الأرجاس حقكم غضوا الأبصار شوفوا الآن غضوا الأبصار واجثوا على الركب واستقبلوا القوم بأطراف الأسنة ففعل جيش الشام ما قال لهم الحجاج فجثوا على الركب وشرعوا رماحهم وهذا دليل على عزمهم على الاستقتال وهاجمهم شبيب بفرسانه وأخذ يشن عليهم الغارة فلو الغارة وهم ثابتون في مواقعهم لا يتزحزحون بل وجعلوا يردون الخوارج ويتقدمون وحاول معهم شبيب بكل طريقة ولكن كل ذلك لم يجد نفعا مع جيش الشام ولم يزد شبيب ومن معهم الخوارج الخبثاء إلا خذلانا وخيبة أول مرة يشاهدون قتال مثل هذا القتال وازداد ضغط جيش الشام على الخبيث شبيب بن يزيد ومن معه وأخذوا يدفعونهم ولما رأى شبيب بن يزيد ذاك القتال الشديد الذي لم يعهده من قبل راح في أصحابه ليستقتلوا فترجل نصف من معه عن خيولهم وقاتلوا قتالا جنونيا ولكن جيش الشام بفضل من الله صمدوا له وفي هذه اللحظات الحرجة طلب خالد بن عتاب بن ورقاء التميمي من الحجاج أن يأذن له بالهجوم على معسكر شبيب وكان خالد بن عتاب يريد أن يسعر لمقتل أبي حتاب بن ورقاء فأذن له الحجاج فهاجمهم خالد بن عتاب وقتل مصاد بن يزيد أخو شبيب وهو من زعمائهم وقتلت غزال امرأته وقطعوا رأسها وأحرقوا المعسكر فلما شاهد الخوارج النار في معسكرهم انهزموا ولاحقهم المسلمون يطاردونهم الخوارج حجعان نعم هذا صحيح ويقاتلون بمثالة وهذا أيضا صحيح ولكنهم يهزمون إذا كان من يقاتلهم بمثل صمود وشجاعة جيش الشام أرسل الحجاج ابن يوسف أيها الأخوة ثلاثة ألاف من جند الشام بقيادة حبيب ابن عبد الرحمن الحكمي المدحجي وأوصاه الحجاج بأن توخى الحذر حتى لا يباغته شبيب ومن معه من الخوارج ونزل حبيب ابن عبد الرحمن في الأنبار وبث الحجاج بين الخوارج من أنصار شبيب بأن من جاءنا منكم فهو آمن وهذا عدى إلى انشقاط بين شبيب ومن معه وتركه الكثير منهم ولم يبق معه إلا كلاب أهل النار وحاول شبيب ومن معه أن يباغتوا جيش الشام ولكنهم كانوا على أتمل استعداد لهم ونشب بينهم قتال شديد قتل من الخوارج ثلاثون ومن الشاميين ما أهل ولم يتمكن شبيب من زعزعة سقوفهم فانصارف عنهم وقد أصيب الخوارج بانكسار شديد لأنهم لم يعرفوا قتالا مثل هذا القتال واصل الخوارج المهزمون طريقهم لكن الحجاج بن يوسف يا أخوة أكرم القادة والجنود إكراما بالغا على البسالة التي أبدوها في قتالهم للخوارج ثم جهز الحجاج بن يوسف الثقفي جيشا لحرب شبيب بن عزيد وأمر عليه سفيان بن الأبرد الكلبي ثم كتب الحجاج إلى عامله على البصرة الحكم من عيوب من الحكم من أبي عقيل الثقفي لأمره بأن يرسل إلى سفيان بن الأبرد الكلبي أربعة آلاف مقاتل من أهل البصرة مددا له فأرسلهم إليه وأمر عليهم زياد بن عمر العتكي الأزدي والتقى سفيان بن الأبرد وشبيب في جسر دجيل وعبر شبيب الجسر إلى حيث سفيان ومن معه وكان سفيان بن الأبرد قد نزل برجاله واستعدوا القتال فكر عليهم شبيب والخوارج أكثر من ثلاثين كمرة هجم على جيش سفيان أكثر من ثلاثين مرة كروا عليهم أكثر من ثلاثين كرة وجند الشام ثابتون في مواقعهم لا يتزحزحون ثم أخذ جند الشام يتقدمون ويدفعون الخوارج باتجاه الجسر وتقاتلوا أشد اقتال اقتال الرهيب حتى سحب الخوارج عند حلول الضلام وعبروا الجسر وطرب في روايات عديدة كيف سقط من الجسر شبيب لكن اضطرب حصان شبيب على الجسر وسقط شبيب في الماء وغرق ويقال بل كانت جماعة من الخوارج من أنصار شبيب هم الذين قطعوا الجسر فاضطرب الحصان وسقط بالماء فعلوا ذلك لأنه قتل الكثير من قومهم فاتفقوا على أن يأخذوا بثائرهم منه وذلك عن طريق قطع الجسر به ففعلوا ولما سقط بالماء وكان دارعا يلبس درعا ثقيلة لم يستطع أن يخرج من الماء فغرق وفي الصباح أخرج الشاميون جثته هلك هذا الخارج الخبيث المجرم عن 52 سنة كان عمره 52 عاما أمه سبية الرومية أسلمت بعد ذلك نعم هذه أحداث مثيرة أيها الأخوة من ثورة الكوارج في قادها شبيب بن جديد الشيبة في سنة 77 كان خروج مطرس بن المغير بن شعبة وكان الحجاج قد أمره بأن يذهب إلى المدائن واليا عليها ولكنه خرج على عبد الملك بن مروان وعلى الحجاج بن جوسف بتبب أنهما كما يقول جبارين تستأثرانا بالفي جبارين يستأثران بالفي يعني الأموال التي تجب ويأخذان بالضمنة ويقتلان على الغضب ولم يكن ابن المغير على عقيدة الخوارج مطرس ابن المغير بن شعبة لما خرج لم يكن على عقيدة الخوارج ولكنه كان من الخارجين على الدولة من المفارقين الجماعة فأرسل فأرسل إليه الحجاج أرسل إليه لقتاله أرسل له عدي نوتاد الإيهادي أمير الري وأمده برجال وكان جيشه مكوّم مما يقارب ستة ألاف رجل وكان مطرس إن المغيرة قد ارتحل برجاله ونزل في نواحي قم وقاشان وأصفهان أو أصبهان كما يسمونها كانوا يعني يسيرون بتلك النواحي وخرجوا بتلك النواحي وهناك دارت معركة كبيرة وهزن مطرف ابن المغيرة بن شعب ومن معه وقتل مطرف قتله أمر بن هبيرة الفزاري أمر بن هبيرة هذا سوف يكون له شأن في تاريخ الدولة الأموية كما سوف نتكلم بعد ذلك في هذه السنة أيضا أيها الأخوة كانت حروب المسلمين مع الخوارج الأزارقة من أتباع قطري ابن الفجاءة المازني التميمي وكانوا يسيطرون على كرمان والمهلب يحصرهم ويلاحقهم ويضيق عليهم الخناق وكان المهلب يسيطر على فارس ودارت بينهم معارك طاحنة ولكنها ليست فاصلة وقاتلهم المهلب بجيرفت فكان اسمه جيرفت لأكثر من سنة وجيرفت هي مدينة كرمان أو عاصمة كرمان واستاء الحجاج من المهلب لأنه لم يحسم القتال مع الأزارقة وبعث إليه للبراء بن قبيصة يحثه على القضاء عليهم فلما شاهد البراء قتال المهلب معهم قاد وأخبر الحجاج بذلك أن المهلب قد بذل أقصى ما عنده في قتال الخوارج نعم لم يتوانى في قتالهم ثم يهلكوا حدث أن رجلا من الأزارقة بني ضب اسمه المقعطر قتل رجلا من الأزارقة فجاء الخوارج إلى قطري ابن الفجاءة وطلبوا منه أن يسلمهم المقعطر طلبوا منه أن يسلمهم المقعطر ليقتلوه بصاحبهم ولكن قطريا أبى وقال إنه تأول فأخطأ طبعا فتواهم رهيبا فالأطول طلع الفتوى ما يقدر يقول ما أعرفه ما أدري هذا عيب ما يثقون فيه لا ترد لازم طلع الفتوى فقال طلع فتوى قال تقتل رجل كيف يعني تأول فأخطأ في التأويل ورفض أن يسلمهم إياه فحدث بينهم بسبب ذلك انشقاق خطيث حدث انشقاق خطيث في صفوف خوارج وبايعوا رجلا منهم اسمه أبد ربه الكبير وهو من بني تميم من بني عوف بن كعب بن سعد ولم يبقى مع قطري بن الفجاء إلا قرابة الربع منهم وتقاتلوا فيما بينهم قتالا شديدا لمدة شهر تقريبا ثم ارتحل قطري بمن معه إلى قبرستان وانتهز للمهلب هذه الفرصة العظيمة فقاتل عبد ربه ومن معه وسحقهم وقتل من الخوارج ما يقارب الأربعة آلاف وقتل عبد ربه الكبير دعيمهم وسبى المهلب نساءهم لأنهم قبّحهم الله كانوا يسبون نساء المسلمين هذا شفروا إلى الفتنة التي أحدثوها يكفرون المسلم فكفرت المسلم أعرفت أصبح كافرا تستحل دمه وماله وعرضه لا حوله ولا قوة الله كانوا يسبون نساء المسلمين ولذلك سبى نساء المهل بن أبي صوت أرسل الحجاج بن يوسف بعد ذلك جيشا بقيادة سفيان بن الأبرد الكلبي سفيان بن الأبرد الكلبي هذا قائد كبير من قادة جيش الشام أرسله لقتال قطري بن الفجاء في طبرستان أرسله الحجاج وأمده بإسحاق بن محمد بن أشعث وكان على رأس جيش في طبرستان هذا إسحاق بن محمد بن أشعث ولحق قطري بن الفجاء ومن معه في أحد شعاب طبرستان تحق بهم في أحد شعاب طبرستان ودار القتال بين الطرفين وتفرق عنه أصحاب عن قطري ثم إنه وقع عن دابته وطقط في أسفل الشعب ولحقوه وقتلوه روايات عديدة قتله رجل كردي تعرف الكلام الكثير هذا لا نريد لكن نقول إنه سقط عن فرسه وسقط في أسفل الشعب ولحقوه وقتلوه وأرسلوا برأسه إلى الحجاج الذي أرسل بالرأس إلى عبد الملك بن مروان ثم واصل سفيان بن أبرد تقدمه إلى عبيدة بن هلال وقد تحصن بقصر في مدينة قومس هذا عبيدة بن هلال وحاصرهم حصارا شديدا حتى اضطرهم إلى الخروج والقتال فقضوا عليهم وأرسل برؤوسهم إلى الحج هنا أيها الأخوة بعد هذه الأحداث المثيرة حقيقة يعني متعبة حتى في في الكلام عنها يعني وإثارتها الحقيقة وهذه من أخطر الثورات ثورة شبيب ومن معه وتلاحظون أيضا هناك قطري بن الفجاء أيها الألفجاء أيها الأخوة قطري بن الفجاء وهناك شبيب بن يزيد هذا الشيبان هذه من أخطر الثورات ثورة شبيب بن يزيد قتل المسلمين وروعهم وألحق يعني طرابا وخرابا ودمارا في الولايات الإسلامية يعني في العراق وفارس وكان شره على المسلمين وخطره كبيرين يعني كما تشاهدون كان شره كبيرا وكان خطره كبيرا يعني نعم كان شره وخطره على المسلمين كبيرا لا شكي نعم فبعد القضاء على هذه الثورة كأن الأمور هدأت من ناحية ثورات الخوارج وسوف تلاحظون أنهم لم يخرجوا بعد ذلك إلا إلا لما ضعفت الدولة الأموية هكذا أيها الأخوة نلاحظ أن عبد الملك نمران خليفة الأموي الخامس قد بسط سيطرته على الولايات الإسلامية وسيطر على أطرافها وثبت ولاته هناك وسوف نتوقف هنا أيها الأخوة أجزاكم الله خير على حسن استماعكم وعلى صبركم معنا في متابعة هذه الأحداث المخيرة وإن شاء الله سوف نلتقي في موعد يحدد لاحقا لتكملة الكلام عن التاريخ السياسي للدولة الأموية وبارك الله بكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء طيب مبارك وهذا اللقاء هو اللقاء الثالث عشر الدرس الثالث عشر من دروس تاريخ السياسي للدولة الأموية وإذا تذكرون في الحلقة الماضية والأخوة تكلمنا كان معظم معظم ما تكلمنا به عن الخوارج وفورات الخوارج كلاب أهل النار فتكلمنا عن ثورة صالح بن مسرح تميمي صالح بن مسرح تميمي عندما تنظر إليه كان رجلا عابدا زاهدا كما يقولون ولكن له معتقد خبيث معتقد الخوارج صالح بن مسرح تميمي تبرأ من ذي النورين إثمان ومعثان رضي الله عنه الصحابي الجليل والخليفة الراشد الثالث وتبرأ من علي بن أبي طالب رضي الله عنه صحابي الجليل خليفة الراشد الرابع فكانوا يأتون عنده خوارج يأتون عند صالح بن مسرح ويأخذون منه الفقه قلنا الفقه على طريقة الخوارج لا شك إنه نوع سيء جدا نوع ضال من أنواع العبادة التي يكفرون بها المسلمين كفرون الصحابة كبار الصحابة ما بالكم باقي المسلمين هم فقط على صواب والبقية على ضلالة هذا حسب معتقد وبالتالي إذا كفروهم يستحلون جماءهم وأموالهم وعراضهم نعم تواجهوا معه يوش الدولة لكن لم يهزموه في البداية وبعد ذلك التقوا به في مكان إذا تذكرون كما قلنا اسمه المدبج من بلاد الموصل وفي هذا اللقاء قتل صالح بن المسرح على صالح بن المسرح التميم عم وكان جيش الحجاج بقيادة الحارث بن عميرة الحمدان لما قتل صالح بن المسرح بايعوا شبيب بن يزيد الشيباني ولقبوه بأمير المؤمنين وكانت هذه الأحداث إذا تذكرون في سنة ستة سبعين من الحجرة شبيب عندما تولى قيادة الخوارج ألحق بالجيوش التي كان يرسلها الحجاج بن يوسف أمير العراق الجيوش هذه التي كانت مشكلة من أهل العراق ألحق بهم شبيب هزائم عديد ودخل الكوفة مرته وعندما التقى بهم في إحدى المعارك معركة سوق حكمة التي جرت في سنة سبع سبعين قتلوا الصحابي الجليل زهرة ابن حوية تميم وقتلوا قبيصة ابن والق التغلبي كان ذلك في سنة سبع سبعين ما رحم ماضي زهرة بن حوية تميم الصحابي الجليل بل قتل الجالي نوس كما قلنا وأمام هذه الهزائم لم يكن أمام الحجاج بن يوسف إلا الاستنجاج بالخليفة في دمشق ابن الملك بن مروان خليفة الأمو الخامس فأمده بجيش من الشام واستطاع الشاميون أن يوقفوا انتصارات الخوارج شبيب من معه بل وألحقوا به هزيمة وهزيمة كبيرة ولما فروا تبعوه وفي مواجهة له سقط بفرسه من على جسر دجي وكان ذلك في سنة سبع وسبعين وهلك وأراح الله سبحانه وتعالى المسلمين من شر من شر هذا الخارجي ثم بعد ذلك كانت لجوش الدولة حروب مع الخوارج الأزارقة وانتهت بمقتل قطري من الفجاء في أحد شعاب طبارستان التقوا معه سقط عن فرسه أو تردى به فرسه فسقط فيه من علن وقتلوه كان ذلك أيضا في سنة سبع وسبعين وقطري هذا من الفجاء المازن الهميمي له أشعار جميلة جدا في الحماسة ولكن هذا لا يمنع أنه ذو معتقد خبيث نعم في سنة سبع وسبعين من الهجرة أرسله عبد الملك بن مروان ابنه الوليد على رأس جيش لجهاد الصائفة إلى بلاد الروم والصائفة هي الجهاد في الصيف كما قلنا وكان ملك الروم هو الامبراطور البيزنطي ليو نتيوس هو الامبراطور البيزنطي ليو نتيوس ليو نتيوس نعم والصائفة كما قلنا لكم هي الغزوة التي تتم في الصيف كما وسبق وأن أشرنا إلى ذلك في أكثر من مرة وفي السنة التالية لسنة ثمان وسبعين جعل عبد الملك بن مروان عمه يحيى الحكم على رأس قوة الغزو التي ستغزو بلاد الروم ماذا يعني هذا هذا يعني أن جبهة شام ليست مثل جبهة العرام فجبهة العرام تليت بالخوارج الخبثاء وشرورهم التي عانى منها المسلمون وهذا جعلهم لا يلتفتون إلى أعدائهم أما جبهة شام فإنها كانت متحدة بعيدة عن الخوارج وأن شرورهم ولذلك التفتوا إلى أعدائهم أعداء الإسلام من المشركين ولكن عندما ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين من أهل الشام بالطاعون الذي حل بهم في سنة تسع وسبعين لم يكن هناك غزو لأن الطاعون فتكر نعم عبد الملك بن مروان خليفة الأمو الخامس بعد أن شاهد الأداء الرائع الذي قام به الحجاج بن يوسف في تصديه الخوارج وقضائه عليهم قام في سنة ثمان وسبعين بالملك بعزل أمية بن عبد الله ابن خالد ابن أسيد ابن أبي العيص ابن أمية عن خرسان وألحق أولاية خرسان وكذلك سجستان بالحجاج وبذلك أصبح الحجاج أميرا على العراق والمشرك أمير العراق يعني بأنه واليا على البصرة والكوفة والمشرق هذه البلاد الفارسية خرسان وما جاوارها من بلاد الترك وقام الحجاج بن يوسف بعد أن أوكل إليه الخليفة هذه المهمة الجسيمة قام بإرسال نوابه إلى خرسان وسجستان هو يبقى في العراق في الكوفة ولكنه يرسل بنوابه إلى خرسان وسجستان وأيضاً تولى المهلب أرسل بن المهلب خرسان جعل خرسان المهلب من أبي صفرة القائد الححير العزدي وأوكل إلى عبيد الله بن أبي بكر الثقى في سجستان وفي هذه السنة أيضاً كان غزو المسلمين على بلاد الروم وكان أمير الغزو هو يحيى بن الحكم عم الخليفة عبد الملك ابن مروان ابن الحكم في سنة تسع سبعين أصاب الطاعون بلاد الشام وهلك الكثير من أهل الشام ونتج عن ذلك توقف الغزو في هذه السنة سنة تسع سبعين توقف غزو أهل الشام نعم أما في بلاد المشرق فإن عبيد الله بن أبي بكر قام بغزو رتبيل رتبيل ملك الترك شهير هذا وكان ذلك بأمر من أحجاج فخرج جيش من أهل البصرة تولى قيادته عبيد الله بن أبي بكر وخرج جيش آخر من أهل الكوفة بقيادة صحابي جليل دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الجيش كان بقيادة الصحابي الجليل الذي سوف نكلمكم عنه شريح بن هاني الضبابي الحارثي المدحج إذن جيش هذا الذي خرج من كوفة تولى قيادته هذا الصحابي الجليل الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل أيها الأخوة بلغ عمرا مديدا كان عمره ماءه عشرون سنة كما ذكر المؤرخ نعم هذا الصحابي الجليل سيد من سادات اليمن صحاب الخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين علي بن عبي طالب رضي الله عنه وعن من سبقه من خلفاء الراشدين وسادتنا الصحابة أجمعين هذا الصحابي الذي قاد جيش الكوفة هو شريح بن هاني كما قلنا الضبابي الحارثي المذهجي وإذا أردتم نسبه نضعه لكم على هو شريح بن هاني بن يزيد بن نهيك بن دريد بن سفيان بن الضباب والضباب هو سلمة بن الحارث بن كعب بن عمر بن علة بن جلد وجلد هو خالد بن مالك بن عدد ومالك بن عدد هو مذهج سار عبيد الله ابن أبي بكر في بلاد الترك شاسعه غازيا غانما متوغلا يريد عاصمتهم وكان الترك يفسحون له الطريق حتى يتوغل وبالتالي يصبح وضعه في غاية الحرج بعد أن تكون ماذا خطوط مداداته طويلة فيطبقون عليه ولما كان على بعد ثمانية فارسخا من عاصمتهم أي ما يقارب سبع وثمانين كيلو مترا قطع الترك على المسلمين الطرق وأغلقوا الممرات الجبلية وتركوا لهم القرى والبلدات عندها أدرك عبيد الله ابن أبي بكر ومن معه من المسلمين أنهم مقعوا في كمين قاتل وإنهم في موقف حرج ولذلك تخذ عبيد الله ابن أبي بكر موقفا حاسما يتمثل في مصالحتهم مقابل مال يدفعه إليهم ليفسحوا لهم طريقا للرجوع من حيث جاء ودفع عبيد الله ابن أبي بكر الترك سبعمائة ألف درهم هذا مبلغ كبير وأرسل إلى الصحابة الجليل شريح بن هانئ رضي الله عنه يخبره بذلك وفي الطريق لأنه التقى بعد ما أرسل له التقى معه التقى جيش البصرة بجيش الكوفة فقال شريح بن هانئ رضي الله عنه لعبيد الله بن أبي بكر يلوم على ما صنع إنما فعلت سوف ينقص من أعطياتك هذا سوف يؤخذ من مرتباتك فقال له عبيد الله إنما صنعت هو عين الصلاة لأنني لو لم أصالحهم وأدفع لهم هذا المال لحلكنا فقال له الصحابي الجليل شريح بن هانئ الحارثي المدحجي لقد بلغت عمرا كبير عمرا وعشرين عاما قرن شيء كثير فوقت ولقد كنت أطلب الشهادة منذ زمن وإن فاتتني اليوم ما أظنني مدركها حتى ثم صاح فيه من معه من المسلمين قائلا يا أهل الإسلام تعاونوا على عدوكم فقال له استغرب منه عبيد الله بن أبي بكر قال له إنك شيخ قد خرف فقال شريح يا أهل الإسلام من أراد الشهادة فليتبعني فلحقه جماعة المسلمين وقاتلوا العدو حتى قتل معظمهم عليهم رحمة الله وكان شريح بن هان الصحاب الجلي رضي الله عنه ارتجز قائلا أصبحت أصبحت ذا بث فقاس الكبر قد عشت بين المشركين أعصر ثم تعدركت النبي المنذر وبعده صديقه وعمر وبعده صديقه وعمر ويوم مهران ويوم تسترى والجمع في صفينهم والنهر وباج جميرات مع المشقر هيهات ما أطول هذا عمر أصبحت ذا بث فقاس الكبر قد عشت بين المشركين أعصر ثم تعدركت النبي المنذر وبعده صديقه وعمر ويوم مهران ويوم تستر والجمع في صفينهم والنهر وباج ميرات مع المشقر هيهات ما أطول هذا عمر نعم يرحمه الله واجههم قتل هذا الصحاب الجليل مع جماعة ممن قاتل المشركين معه ونجأ ممن قاتل معه آخرون وخرجوا من بلاد الترك ولما بلغت أخبارهم الحجاج بن يوسف حزن حزنا شديدا على ما أصابهم وأرسل إلى الخليفة في دمشق يبلغه بهذا المصاب وإنه يستأذنه في إرسال جيش كبير من البصرة والكوفة لإقتار رتبيل حتى لا يتجرأ الترك على المسلمين في تلك البلاد البعيدة وما جاء ورها في سنة 79 وصل القائد الكبير المحلم نبي صفرة الأزدي إلى خراسان أميرا عليها كان قد أرسله الحجاج وفي سنة 80 من حجرة فابتل الله سبحانه وتعالى المسلمين وغيرهم من عباده بكوارث طبيعية وأوبئة ففي هذه السنة جاء سيل عظيم إلى مكة يقولون لأنه ذهب بالحجاج وغرقت بسببه بيوت مكة ولأن هذا السيل جحف كل شيء مر به أي اكتسح كل شيء فإن هذا العام سمي بعام الجحاث يقولون بأن هذا السيل الكبير اكتسح الحجاج حتى أنه حمل الإبل بما عليها من حمول ومن ركاب رجال ونساء يشاهدهم الناس ولا يستطيعون أن يصنعوا لهم شيء وكذلك أصاب الطاعون أهل البصرة وسمي بطاعون الجارف ومع ذلك أيها الأخوة كان المسلمون وبسبب انطفاء فتن الخوارج ولو إلى حين كانوا يجاهدون لنشر كلمة لا إله إلا الله وكان المهلب بن أبي صفرة القائد المسلم الكبير يرسل جوشه لقتال المشرك نريد الآن أيها الأخوة أن نتكلم بإيجاز شديد عما يعرف بالتاريخ الأموي بفتنة ابن الأشعث وابن الأشعث هو عبد الرحمن ابن محمد ابن الأشعث ابن قيس الكندي من رؤساء العرب وزعمائهم في العراق وكانت الكراهية متبادلة بينه وبين حجاج ابن عوسف عبد الرحمن ابن محمد ابن الأشعث ابن قيس بن معدي كرب ابن معاوية ابن جبلة ابن عدي بن ربيع ابن معاوية ابن الحارث ابن معاوية ابن الحارث ابن معاوية ابن ثور تابعوا معي ابن مرتع ابن معاوية ابن كندة ابن عفير ابن عدي ابن الحارث ابن مره ابن أدد ابن زيد ابن ياشجب ابن عريد ابن كهلان ابن سبا كندة هو ثور ابن عفير نسب كندة تكلمنا عنه في دروس العرب حسب ونسب وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي من بني جبلة كما قلنا وجبلة هو ابن عدي بن ربيع بن معاوية بن الحارث وبني معاوية بن الحارث هؤلاء هم الذين يعرفون عند العرب ببني معاوية الأكرمين وهم من بطون كندة وبيت الأشعث بن قيس من بيوتات العرب الأشاهير محمد بن الأشعث بن قيس والد عبد الرحمن خاله الصديق أبو بكر رضي الله عنه أمه أم فره بنت قحافة إذن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعف له مكانة أو منزلة كبيرة بين قومه نعم هذا له مكانة كبيرة ومنزلة كبيرة بين قومه وكان الحجاج بن موسف بعد أن حدث المسلمين ما حدث في بلاد الترك ومقتل شريش بن هانئ ومن معه وبعد أن كتب يستعذن الخليفة في إرسال جيش للغتار رتبيل جاءه الأمر من الخليفة بقتال الترك فجهز الحجاج في سنة ثمانين جيشا كبيرا قوامه أربعون ألفا عشرون ألفا من أهل البصرة ومثلهم من أهل الكوفة وصرف لهم مواتبهم كاملة وجهزهم بأحسن عدة للقتال ولذلك سمي هذا الجيش بجيش الطواويس جيش الطواويس وكان قائد هذا الجيش هو الحجاج ابن عطارد ابن عمر التميمي فتحرك بالجيش يريد سجستان ونزل بالجيش في الأهواز فأرسل الحجاج ابن يوسف عبيد الله بن حجر ابن ذو الجوشا الكلاب العامل ابن أخ الخبيث شامر ابن ذو الجوشا أرسله أميرا على هذا الجيش الكبير ثم رأى الحجاج ابن يوسف بعد ذلك أن يرسل بعبد الرحمن ابن الأشعث ليكون أميرا على هذا الجيش فجاء اسماعيل بن أشعث أم عبد الرحمن بن محمد ابن الأشعث جاء إلى الحجاج وقال له ينصح لا تبعث عبد الرحمن فإني أخاف أي خالفك والله ما جاز جسر الفرات قط فرأى لوال عليه طاعة فقال له الحجاج إنه يخشان ولا يخالف ما أخاف منها الحجاج العالم كلها تخاف فقال من هذا لكن هذا سيد كبير الرحمن بن محمد بن أشعث انطلق ابن أشعث بجيشه ليقاتل رتبيل الذي بلغته أنباء هذا الجيش الكبير فحاول أن يجدد الصلح مع المسلمين ولكن ابن أشعث رفض ذلك فطبق رتبيل الأسلوب الذي طبقه مع جيش عبيد الله بن أبي بكرة فكانوا يخلون لهم الطريق حتى يتوغلون ثم يطبقون عليهم بعد ذلك هذا ما كانوا يريدون ولكن ابن الأشعث كان مكنبها لهم وكان حذرا في تقدمه واستولى على مساحات شاسعة بلاد رتبيل يتقدم ويستولى عليها وكلما استولى على أرض وبلد وضبط أمورها وبعد أن يضبط أمورها يضع عليها عاملا ويمده بالرجال وبث عيونه في كل مكان حتى لا يفاجئ رتبيل وبهذه الطريقة استطاع يستولي على أراض كثيرة ويغنم غنائم هائلة ثم اكتف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث رائد هذا الجيش الكبير بما حق وقال لمن معهم المسلمين اكتفي هذا العام بما فتح الله علينا ونتوقف حتى نتعرف على الأرض الجديدة التي فتحناها ونجني خراجها ونتعرف على طرقها ومسالكها ثم نواصل الجهاد في العام القادم في أرض جديدة بلاده هذا رأيي صائب وسليم وسديد ووافقوها لذلك ثم كتب للحجاج في العراق يخبره بهذه الأمور وعلى ما استقروا عليه يعني رأوا أن المصلحة أن يطبقوا هذه الاستراتيجية وهناك أيها الأخوة رواية أخرى أيضا ذكرت في كتب التاريخ عن سبب رسالة الحجاج بن يوسف بن الأشعث وهذه رواية تقول أن الحجاج كان قد أرسل أحد قادته وهو هميان بن عدي السدوسي الشيباني من بني شيبان بن ذهل بن فعلبة بن عكابة بن صعب وليس من بني عمهم بن شيبان بن فعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل هؤلاء الذين منهم هميان بن عدي منهم إمام أهل السنة والجماح إمام أحمد بن محمد ومنهم الكثير من الرجال المشاهير في بكر بن وائل ولكنهم ليسوا بشهرة ولا بمنزلة بني عمهم بن شيبان بن فعلب بن عكابة الذين منهم سادات بكر بن واحد نعم أرسل حجاج بهميان بن عدي على رأس جماعة من الجند ليكون مددا لعامل سجستان والسند إن احتاج إلى المدد ولكن هميان ومن معه تمردوا وأعلنوا العصيان فأرسل الحجاج بابن الأشعث ليقمع عصيانهم وتمردهم فلما تم له ذلك أقام بكرمان ولما توفي عبيد الله بن أبي بكر والي سجستان هذه الرواية الثالية بسبب رسالة الحجاج بابن الأشعث سبب رسالة الحجاج بابن الأشعث نعم ولما توفي يقولون عبيد الله بن أبي بكر الثقف والي سجستان كتب الحجاج لابن الأشعث ليكون واليا على سجستان ثم لما جهز الحجاج جيش الطواويس وبعد أن جهزوا أرسلهم إلى بن الأشعث لقطار تبيل وفي الوقت نفسه جهز عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الخامس جيشاً قوياً للغزو في بلاد الروم غزوهم في بلاد الروم لم يتوقف وأمر على هذا الجيش ابنه الوليد بن عبد الملك وكان ملك روم في تلك الفترة هو الإمبراطور البيزنطي تيبريوس الثالث وفي سنة احدى وثمانين كان أمير الجيش الذي ذهب للغزو في بلاد الروم هو عبد الله بن عبد الملك بن مرمى نعم لما كتب ابن الأشعث إلى الحجاج بما حققه في بلاد رتبيل وإنه توقف لواصل الغزو في العام القادم كتب إليه الحجاج يعنفه ويلومه ويأمره بمواصلة قتار رتبيل ثم أتبع ذلك بكتاب آخر يطلب منه ومن معه أن يقيموا بالأرض ويحرثوها فإنها دارهم حتى يفتحها الله عليهم ثم أرسل له كتابا ثالثا يحثه على قتار رتبيل وإلا فإن أمير الجيش سيكون أخوه السحاق ابن محمد بن الأشعث هذه الكتب لما وصلت إلى ابن الأشعث جمع المسلمين وقال لهم ما تضمنته كتب الحجاج وما يطلبه الحجاج منهم من التوغل في بلاد الترك وقتار رتبيل فلما سمعوا ذلك رفضوا ما طلبه الحجاج منه وقالوا نعبى على عدو الله ولا نسمع له ولا نطيع كيف يجعلنا نجلس ونحرث هذه الأرض ونطيعهم يعني ابقوا هناك إلى أن ترجعوا بالفتح الكامل وماذا عن أبنائهم وأهلهم ومصالحهم في العراق هذا يعني دائما يجب أن تجدد الكتائب والألوية ما تبقى على طول هناك يذهبون ويأتي غيرهم وهكذا يعني ما تجعلهم وإلا سوف يعني يؤدي هذا إلى العصيان نحن فرفضوا هذا هو العصيان نعبى على عدو الله ولا نسمع له ولا نطيع هذا هو العصيان هذه الثور كيف سكون الثور هذا هو العصيان هذه الثور وأخذ خطباءهم يتتلمون فقال أحدهم وهو عامر ابن واثل الكناني إن الحجاج ما يبالي أن يخاطر بكم فيقحمكم بلاد العدو فإن ظفرتم غنمتم أكل البلاد وحاز المن وكان ذلك زيادة في سلطانه وإن هلكتم لا يهمه أمركم ثم قال اخلعوا عدو الله الحجاج وبايعوا عبد الرحمن فأني أشهدكم أني أول خالق فتصايح الناس طبعا مع هذه الحماسة وهذا الاغضراب فصاحوا من كل جانب يعلنون خلعهم للحجاج يقولون قد خلعنا عدو الله ثم قام أيضا عبد المؤمن ابن شبث بن ربعي حميمي وقال إنكم إن أطعتم الحجاج جعل هذه البلاد بلادكم لن يرجعكم إلى العرب ولن تروا أحبتكم أو يوموت أكثر وطلب منهم أن يبايعوا الأشعف ثم يتوجهوا إلى العراق لكي يضردوا الحجاج من حيث وحيد طعم الناس وبايع ابن الأشعف بايعوه على خلع الحجاج والمسير إلى العراق لقتاله حتى يخرجوهم من العراق يتبرونه وافد عليهم جايهم من الشاء الحجاج هذا مفروض عليهم فم فأرادوا أن يعني يقاتلوه ويخرجوهم من العراق في هذه المرحلة من الأسجان لم يصل بهم الأمر إلى خلع الخليفة عبد الملك المور ثم بعد ذلك كتب من الأشعف إلى رتبيل يقول له إنه إذا انتصر على الحجاج فإنه لن يأخذ خراجا من رتبيل أبدا وأن انهزم فإنه سوف يلتجي عند رتبيل هذا اتفاق له في الباطل بينه وبين رتبيل أدو المسلمين ثم سار ابن الأشعف ومن معه إلى العراق لقتال الحجاج والتقط طلائع خيل ابن الأشعف مع خيل الحجاج فكان النصر لرجال ابن الأشعف وعند ذلك رأى جماعة ابن الأشعف إنهم بخلعهم الحجاج وهو والع بالملك الموران فلابد أن يخلعوا الخليفة تقاموا بخلع الخليفة وذكر الإمام طابري في تاريخه أن بيئة ابن الأشعف كانت هكذا هكذا يباهم يقولون تبايعون على كتاب الله وسنة نبيه وخلع أئمة الضلالة وجهاد المحلين وسبق تكلمنا عن المحلين قلنا أن المحلون هم من لا عهد ولا حرمة لهم ولأن المسلم يحرم عليه كما قلنا قتل المسلم فإذا استحل طرف من المسلمين قتال طرف آخر مسلم وهو محل عليك قتاله لتدفع أداه عن نفسك فانظروا كيف اعتبر هؤلاء الثوار على الدولة هؤلاء الذين خرجوا وثاروا على الدولة اعتبروا أن الخليفة ومن معه من المحلين الذين يجد قتاله أي فقه هذا وكيف لم يكونوا من المحلين لما خرجتوا من العراق تحت رايتهم لقتال رتبيل وكيف يتفق ابن الأشعف مع رتبيل الكافر ويطمعه لأنه لن يجبئ منه الخراج أبدا هذا فقه عجيب فقه المصلحة الحجاج بن يوسف كتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره بهذه التطورات الخطيرة ويطلب منه أن يمده بجند الشام ثم أن الحجاج بن يوسف سار إلى البصرة وكتب المهلب ابن أبي صفر الأزدي إلى عبد الرحمن بن محمد الأشعف بن قيس الكندي يحذره من الفتنة ومن نفسه أن لا يهلكها كما كتب له ودماع المسلمين أن لا يسفكها والجماعة أن لا يفرقها والبيع أن لا ينكثها لا شك إنها كلمات عظيمة حذره من الفتنة ومن نفسه أن لا يهلكها ودماع المسلمين أن لا يسفكها والجماعة أن لا يفرقها والبيع أن لا ينكثها لا شك إنها كلمات عظيمة من المحلب بن أبي صفرة القائد المسلم الكبير ورجل الدولة الخبير كلمات جميلة عظيمة معبرة إلى هذا الثائر الذي سوف يجر على المسلمين ويلات عظيمة بسبب حماقته وبسبب أيضا تعسف وظلم وجبروت حجاج بن يوسف الثقف يعني هذه الختنة أيها الأخوة فيها طرفي تعسف الحجاج وحماقة بن أشهر وكتب المهلب إلى الحجاج يخبره كيف يقاتل أهل العراق المهلب كتب الحجاج خبير مهلب بشؤون الحرب كتب له يخبره كيف يقاتل أهل العراق ومن ضمن ما قال له أن أهل العراق أقبلوا إليك مثل السيل المنحدر من علم وليس شيء يرده حتى ينتهي إلى قراره وأن الأهل العراق شره في أول مخرجهم يعني اندفاع وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم فليس شيء يردهم حتى يسقطوا إلى أهليهم ويشموا أولادهم ثم واقفهم عندها يعني قاتلهم عندها فإن الله ناصرك عليه من شاء الله لما وصل كتاب الحجاج إلى عبد الملك من مران في دمشق يقولون بأنه من هول ما قرأ نزل عن سريره سرير الملك ثم إنه أمر بإرسال جند الشام إلى الحجاج لماذا نزل هذه الثورة لماذا يعني ارتاع عبد الملك وانزعج ثورة هذه ليست بالشام أو بالعراق أو بالقرب هذه فيه خراسان عند بلاد الترك بعيدة عنها لذلك هذه تحتاج إلى جهود كبيرة من الدولة ولكن عبد الملك بن مران هذا الخليفة الحازم بادر بإرسال الجيوش من الشام إلى الحجاج لم يأخذ الحجاج بنصيحة المهلم بن أبي صفرة القائد المحنك الذي أخبره كيف يقاتل أهل العراق وفي يوم الأضحى من سنة 81 التقد طلائع جيش الحجاج مع طلائع جيش بن الأشعف وهزمت قوات الحجاج هزيمة منكرة وكان قد غادر البصرة إلى فستر فلما بلغته الهزيمة عاد إلى البصرة وكان أمير البصرة الحكم من غيوم ابن الحكم ابن أبي عقيل الثقفي ابن عم الحجاج وسار الحجاج حتى نزل الزاوية ثم قرأ الحجاج كتاب المهلب الذي لم يعمل به وقال لله أبوه أي صاحب حرب هو أشار علينا بالرأي ولكن لم نقبل ابن الأشعف توجه بقواته إلى البصرة ودخل في أواخذ الحجة من سنة 81 وبايعه أهلها على حرب الحجاج وقال عبد الملك بن مروان وكان أهل البصرة جميعهم تقريبا قد بايعوا على هذا الأمر بمن في ذلك القراءة القراءة هم النساك العباد الذين يكثرون من قراءة القرآن وتدبر معانيه وكان الحجاج قد سابق ابن الأشعف إلى البصرة وخندق كل طرف على جيش أقاموا على جيوشهم خندق حفروا خنادق حول جيوشهم أتى تحميهم من المباغة كل منهما أحاط جيشه بخندق في المحرم من سنة 82 اشتعلوا في البصرة بين الطرفين وتحديدا في الزاوية التي نزلها الحجاج وكان النصر تلك حين من هذه المواجهات لأهل البصرة ثم في أواخر المحرم وبعد أن ضعض أهل البصرة خفوف الشاميين انظروا إلى الحجاج ماهو سهل لها جفل الحجاج على رحمته وسحب شبرا من سيفه سحب ما مقداره الشبر من الغند ولما رأى جند الحجاج ما فعل ذلك ما فعل الحجاج جبت فيهم الحماسة فهجم قائد الشامي المضفر الكبير سفيان بن الأبرج الكلبي فهزم من كان أمامه من جيش البصر وتخلخلت حفوف أهل العراق وحلت بهم الهزيمة وقتل الكثير من خيارهم منهم عقبه بن عبد الغافر الجهضمي الأزدي ويقال بأن له سحب رضي الله عنه وهو ابن القراء وكان ممن خلع عبد الملك بن وروان والحجاج وقتل عبد الله بن رزام الحارثي والمنذر بن جارود العبدي بن عبد القيس وعبد الله بن عامر بن مسمع وابطفيل بن عامر بن واثل الكناني وانهزم بن الأشعف ومن معه إلى الكوف سحقت بهم هزيمة كبيرة سفيان بن الأبرد القائد الكبير هو سفيان بن الأبرد بن أبي أمامه بن قابوس بن سفيان بن ثعلبة بن حارثة بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيدلات بن رفيدة بن فور بن كلب بن وابرة بينه وبين جده الأكبر كلب بن وابرة سبعة عشر جده بايعا بقى من أهل البصرح عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطنب وقاتل لديهم جيش الحجاج لمدة خمس ليال ثم انهزم لاحقا بابن الأشعف وفي هذه المواجهات قتل زياد بن القاتل بن مسمع وهو من بني قيس المفعل نعم قام الحجاج بن يوسف بقية المحرم وأول صفر وكان أمير الحجاج عالكوف عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عامر الحضرمي وكانت جماعة من رؤوس بني تميم منهم حنظلة بن الوراد الرياحي من بني رياح ابن أربوع بن حنظلة وأحد أبناء عتاب بن ورقاء بن حميري بن الحارث بن حمام بن رياح بن أربوع ومطر بن ناجية بن ذره بن حطان بن قيس بن أوس بن حميري بن رياح بن أربوع كان هؤلاء تميميون في المدائن فسمعوا بما يحدث في البصرة فجاءوا ومن معهم إلى الكوفة وحاصروا الحضرمي في قصره وكان معه جنب من أهل الشام ولكنه تصالح معهم على أن يخلي لهم القصر ويتركوه يغادر بمن معه واستولى مطر بن ناجية على القصر نحن أقبل ابن الأشعث بعد هزيمته إلى الكوفة وخرج أهل الكوفة يستقبلونه وقام ابن أشعث بحصار قصر الذي يتحصن به مطر بن ناجية تميمي وتمكنوا من أخذه أسيرا ثم أطلقه بعد أن قام بمبايعته وفي الكوفة بايع الناس عبد الرحمن بن محمد بن أشعث وصار الحجاج بن يوسف الثقفي بقواته من البصرة متوجها إلى الكوفة فأرسل له ابن أشعث قوة من الفرسان بقيادة عبد الرحمن ابن العباس بن ربيعة بن حارف بن عبد المطلب هذا الذي تكلمنا عنه ومنعوا الحجاج من النزول في القادسية فنزل في دير قره ونزل عبد الرحمن بن عباس في دير الجماجم قال الإمام الطبري في تاريخه واجتمع أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الثغور والمسالح بدير الجماجم والقراء أيضا اجتمعوا من أهل المصرين يعني البصرة والكوفة اجتمعوا جميعا على حرب الحجاج وجمعهم عليه بغضهم والكراهية لهم ما الذي يجعلهم يصنعون ذلك بغضهم له وكراهيتهم له وهم إذ ذاك مائة ألف مقاتل ممن يأخذ العطاء ومعهم مثلهم من مواليهم جيش رهيب هذا وكان مع الحجاج جنود الشام والأمداد تصله من عند الخليفة لا تنقل نعم وكل من الجيشين كما قلنا كل من الجيشين أيضا تبع سياسة الخنادق كل من الجيشين متحصن بخندق يخرجون في كل يوم يتقاللون واشتد القتال فيما بينهم ولذلك رأى كبار القرشيين وأهل الشام من جماعة عبد الملك رأوا أن يكتبوا إلى عبد الملك بن وران إن كان في رضا أهل العراق 2 ألف الجيش هذا اللي خارج قالوا إن كان في رضا أهل العراق عزل الحجاج فاعزل عنه تخلص لك طاعته وتحقن بها دماء ودماء فاستحسن ورسل إلى ابنه عبد الله ابن عبد الملك وإلى أخيه محمد بن مرون فلما اجتمع عنده بجيشيهما أمرهما أن يعرض على أهل العراق عزل الحجاج وإن الخليفة سوف يعطيهم مثل ما يعطي أهل الشام وأن ينزل ابن الأشعف في أي بلد من العراق يكون واليا عليها أختار ابن الأشعف خيره يعني أطاهم أرض ما يحلمون به ابن الأشعف ينزل في أي بلد من العراق يكون واليا عليها ماذا محيه وقال عبد الملك فإن قبلوا وإلا فالحجاج أمير على الجماعة على جيش أهل الشام ويكون محمد بن مرون وعبد الله بن عبد الملك في طاعة رحب عبد الله ابن عبد الملك وعمه محمد بن مرون إلى أهل العراق وعرضوا عليهم ما أعطاهم الخليفة وطلب ابن أشعف من أهل العراق أن يقبلوا بما عرض عليهم الخليفة ولكنهم رفضوا وصمموا على القيام ودهر القتال بين الجيشين وكان على القراء جبلة بن زحر ابن قيس الجعفي وكان معه خمسة عشر قرشيا وكان فيهم آمر الشعبي وسعيد بن جبير وأبو البختري الطائي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وكانت كثيبة قراء تقاتل قتالا شديدا ولذلك وجه إليهم الحجاج بثلاث كتائب قوية عليهم الجراح بن عبد الله الحكم الجراح بن عبد الله الحكم لما هاجمت كتائب جيش الشام كثيبة قراء التي يقودها جبلة بن زحر أخذ عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو البختري الطائي والشعبي وسعيد بن جبير يحضونهم على الاستفسار في القتال وقاتلوا قتالا شديدا ولكن جبلة بن زحر قتل قتله الوليد بن نحيث الكلبي ولما قتل وقع الخلل والاضطراب في أصحابه وأحضروا رأسه إلى الحجاج واستمر القتال في دير الجماج من مدة طويلة وكانت هذه الحرب قد ابتدعت في مطلع ربيع الأول من سنة الثلاث وثمانين واستمرت إلى اليوم الرابع عشر من جماد الآخرة من نفس السنة وكان سفيان بن أبرد الكلبي قد هاجم في ذلك اليوم بقواته وهو على ميمنة جند الشام هاجم ميسر الجيش العراق فهزمهم ودب الخلل في صفوفهم من هزموا وفر عبد الرحمن بن محمد بن أشعث ومن معه إلى قرية بني جعدة بن فلوجة فلوجة هذه نعم ومنها عبروا النهر بسفينة من السفن وسار بن أشعث إلى الكوفة وقام بتوديع أهله الوداع الذي لا لقاء بعده ثم غادر الحجاج بن نوسف لم يتبع الفارين وأمر مناديه فنادى بالناس من رجع فهو آمن ومن لاحق بقتيبة بن مسلم فهو آمن وكان قتيبة بن مسلم مرابطاً في الري وكان من من لاحق بقتيبة من الثوار الإمام الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي الحمداني ويعني أيها الأخوة الآن أريد أن أذكر لكم ما حدث للحجاج بن يوسف مع الإمام الكوفي الكبير عامر بن شرحيل الشعبي فقد يوضح لنا ذلك طبيعة ما حصل أثناء ثورة ابن الأشعر قالوا بأن الحجاج بن يوسف تذكر الشعبي وكان الحجاج يكرم الشعبي ولكن الشعبي اشترك في الفتنة كان الحجاج دائماً يعني من الذين قول الشعبي مكرماً ولكن الشعبي دخلوا في هذه الفتنة واشترك بها وقاتل مع ابن أشعف الحج هج تذكر ابن أشعف فلما سأل عنه قالوا له إنه التحق بقتيبة بن مسلم الباهلي في الري لأن الحجاج ماذا قال قال من لحقه بقتيبة بن مسلم فهو آمن نعم ومن رجع فهو آمن فإذن أو الشعبي لحق بقتيبة وقلنا بأن قتيبة بن مسلم كان مرابطاً في الري فكتب الحجاج إلى قتيبة يأمره بأن يرسل بالشعبي إلي فأرسله وكانوا قد نصحوا الشعبي قبل أن يذهب إلى الحجاج لما عزم على الذهاب خلاص أمره أمر قتيبة هذا أمره قبل أن يذهب نصحوه صابه جماعة قالوا له بأن يعتذر للحجاج أما بدر منه بالتحاقه بابن الأشرف وأن يبالغ بالاعتذار فلما وصل الشعبي إلى الحجاج بهوسف هذا الوالي الجبار ماذا قال له هذا الإمام الكبير دار بينهما حوار رائع لا بد لنا من ذكره حتى نستفيد منه وحتى نعرف وضيعته ما حدث لما دخل يقولون لما دخل الشعبي على الحجاج سلم عليه سلام الأمير يعني مثل أن يقول السلام على الأمير وهكذا ثم قال له أيها الأمير إن الناس قد نصحوني بأن أعتذر إليك بغير ما يعلم الله أنه الحق وأيم الله لا أقول في هذا المقام إلا حقا قد والله سودنا عليك وجهدنا عليك كل الجهد فما كنا بالأقوياء الفجرة ولا بالأتقياء البررة ولقد نصرك الله علينا فإن سطوت فبذنوبنا وما جرت إليه أيدينا وإن عفوت عنا فبحلمك والحجة لك علينا فقال له الحجاج أنت والله أحب إلي قولا ممن يدخل علينا يقطر سيفه من دمائنا ثم يقول ما فعلت ولا شهدت قد أمنت عندنا يا شعبي ثم أمره بأي غادر فلما استدار مغادرا قال له الحجاج يا شعبي كيف وجدت الناس يا شعبي بعدنا كان الحجاج مكرما كما قلنا للشعبي قبل الفتنة قبل فتنة بالأشعث فقال له الشعبي أصلح الله الأمير اكتحلت والله بعدك السهر واستوعرت الجناء واستحلست الخوف وفقدت صالح الإخوان ولم أجد من الأمير خلف كلام طيب وهذه هي الحكمة أيها الأخوة نحن نستفيد من هؤلاء العمة من ثلث هذه الأمة نستفيد من المواقف التي تحدث لهم كل هذه دروس أيها الأخوة عندما نذكرها ونتكلم عنها بعد هذه الأحداث الجسيمة عاد الحجاج من يوسف إلى الكوفة وجاءه الناس يبايعون ونحن نرجو المعذرة ونرجوكم تسامحون يعني أنا اسمي أحمد بن يوسف ما أقول أحمد بن يوسف ما نقول فأجرت هو الصحيح يوسف لكن مع يعني حقيقة سرد هذه الأحداث الواحدة أحيانا يقول الحجاج بن يوسف أو الحجاج بن يوسف فنرجو المعذرة يعني أخطاءنا كثيرة في اللغة وفي ذكر هذه الأسماء فنرجو يا أخوة منكم المعذرة دروس الدولة الأموية شيء رهيب وصعب في غاية الثعوبة يعني الواحد شاء أقول لكم يعني أكثر من ثلاث سنين وأنا أبحث ويعني أعد هذه السلسلة واضطرتني هذه السلسلة كما تعرفون إلى أعداد سلسلة العرب حسب ونسب فالدولة الأموية تاريخ خصى ده ما تريد أن تقوله وأن يعني تقدمه بصورة يعني ممكن أن يتعرف فنرجو المعذرة يعني نعرف أخطان ما نقول إن وردت أخطاء بل هناك أخطاء كثيرة يا أخوة في اللغة وفي النطق فنرجو منكم يوهل أخوان تعذرون نعم فنعم نقول يعني الحج عاد إلى الكوفة وجاءه الناس يبايعونه وكان يقول لكل من جاءه أتشهد إنك قد كفرت تشهد إنك قد كفرت فإذا قال نعم صحيح والله هذا البطر تقول شيء غير تشهد إنك قد كفرت كيف قد كفرت تشهد إنك قد كفرت فإذا قال الرجل نعم بايعه وإن أبا قتله وجاءه رجل كبير في السلم خثعمي قبلت خثعم وكان من الذين اعتزلوا الفتنة ولم يشتركوا في الثورة وقد أخبر الحجاج بذلك الحجاج عندها إنه ما اشترك في الثورة ومع هذا قال له الحجاج الطاغية أتشهد أنك كافر فرد عليه خثعمي رد قوي بئس الرجل أنا إن كنت عبدت الله ثمانين سنة ثم أشهد على نفسي بالكفر ما أبأ أشهد على نفسه بالكفر فأمر المجرم الطاغية بأن تضرب عنق هذا المسلم البريء فقتل يرحمه ولما جاءوا بكميل بن زياد نخعي أمر الحجاج بقتله قال الحافظ بن كثير عن كميل بن زياد كان خجاعا فاتكا وزاهدا عابدا شهد صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن الأمور الطريفة التي أيضا أيها الإخوة حدثت في هذا الموقف العصيب إنهم جاءوا بالحجاج برجل من الثوار فأراد فأراد الحجاج أن يحتال عليه ليقتله فلما أقبل عليه قال حجاجه قال إني أرى رجلا ما أظنه يشهد على نفسه بالكفر يريد أن يصنع معه كما صنع بالخفع فقال الرجل أتريد أن تخدعني أنا أكفر أهل الأرض وأكفر من فرعو ذي الأوتال فضحك الحجاج وأطلقه من المعروف عن هذا الخبيث الحجاج إذا أتاه رجل في موقف عصيب وذو بلاغ وذو حجة يعفو عن هذا معروف من الحجاج فبقى الحجاج في الكوفة لمدة شخص وبعد ذلك تحرك لقتال بن أشعف الذي استولى أنصاره على البصرة مرة أخرى استولى عليها عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد الشمس وكان عليها من قبل الحجاج أيوب بن حكم الثقفي كما قلنا كان أميرا عليها أيوب بن حكم الثقفي وسار الحجاج إلى المدائن وتحرك بن أشعف حتى نزل مسكن نزل مسكن على نهر دجيل وتوافد عليه أتباعه من كل ناحية وفي مسكن دار قتال شديد لمدة خمس عشرة ليلة وكان ذلك في شعبان من سنة الثلاث وثمانين ثم حملت عليهم خيل جيش الشام فهزموهم وحملت عليهم كثائب أهل الشام ففرقوا صفوفهم وهزموهم أيضا وفي معركة مسكن فقتل أبو البختري الطائي وعبد الرحمن بن عبي ليلى قاتلا حتى قتلا وكان قد قال كلمتهم المشهورة قبل أن يستقتل قال إن الفرار كل ساعة بنى لقبيح وفي هذه المعركة الرهيبة استبسل بسطان بن مصقل الشيباني وكان معه قرابة أربعة آلاف رجل كسروا جفون سيوفهم وثبتوا ولم يفروا واستطاعوا أن يردوا جند الشام مرات عديدة فأمر الحجاج بأن يتقدم إليهم الرمات ويمطرونهم بسهامهم ونجح في أن يزعزع صفوفهم وقاتلوهم حتى قتلوا معظم محمد بن عبد الرحمن بن أشعث فر ومن معه إلى سجستان فأرسل وراءهم الحجاج رجاله بقيادة عمارة ابن تميم اللحمي ومعه ابنه محمد بن حجاج يطاردونهم والتقوا معهم في منطقة اسمها السوس التقوا معهم بالسوس منطقة اسمها السوس ولكنهم انهزموا أيضا وواصلوا فرارهم إلى سابور فلحقهم عمارة اللحمي ولكنهم في هذه المرة هزموه وواصل ابن الأشعث فراره حتى وصل كرمان ثم دخل صحراءها فلحقه جيش الشام فغادرها ابن الأشعث حتى وصل إلى بست ومن بست كان عامل بست من أنصار بن أشعث ولكنه قام بأسره ولما سمع رتبيل بذلك حاصر بست هذا العامل عامل بست كان من أنصار بن أشعث لما ذهب له من أشعث أسره فسمع بذلك رتبيل وأتى بجيوشه وحاصر بست وأطلق ابن أشعث بعد أن أخذ عاملها له ولمن معه الأمان عامل بست هو عياض بن هميان السدوسي من بكر بن وائل ثم إن عبد الرحمن بن أشعث ذهب عند رتبيل وأقام عنده فأكرم نحن أيها الأخوة نريد أن نتوقف في هذا اللقاء عند هذا الحد وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم الذي كالعادة سوف يحدد موعده لاحقا نتوقف هنا وأجزاكم الله أخير على صبركم وعلى حسن استماع مبارك الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد رحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب المبارك وهذا اللقاء أيها الأخوة هو اللقاء الرابع عشر درس الرابع عشر من دروس تاريخ سياسي للدولة الأموية ولعلكم تذكرون أننا في الحلقة الماضية تكلمنا عن بعض الأمور مثل مواصلة الجهاد لم ينقطع ضد الروم البيزنطيين في بلاد الروم فكان الخليفة يرسل أبنائه على رأس الصوائف في قتال الروم البيزنطيين أرثوذوكس وتكلمنا عن بطولة شريح بن هان الضباب الحارف الملحجي صحابي الجليل الذي كان عمره قد ناهز المئة وعشرين عاما كما يقولون رضي الله عنه أبى أن يستسلم للترك وقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه ومن معه وتحدثنا عن وصول المهلب في سنة تسع وسبعين مهلب أبي صفره قائد الكبير وصل من العراق أميرا على خراسان بعد أن جمع عبد الملك بن مروان خليفة الأمو الخامس للحجاج بن يوسف إمارة العراق والمشرق فأرسل المهلب على خراسان وتكلمنا أيضا عن فتنة ابن الأشعث عبد الرحمن ابن محمد ابن أشعث ابن قيس الكندي هذه الفتنة الكبيرة الخطيرة التي قتل بها الكثير من القراء وكان في هذه الفتنة معاركة كبيرة مثل معركة دير الجماجم هزموا بها وهزمهم جيش الشام الذي أرسله الخليفة مددا للحجاج بن يوسف وأيضا كانت معركة مسكن من المعارك هذه الفتنة هزموا بها وقتل الكثير من القراء في دير الجماجم وفي مسكن وكان ذلك في سنة ثلاثة ثمانين أيها الإخوة وإذا تذكرون في نهاية الكلام في اللقاء الماضي قلنا بأن محمد ابن عبد الرحمن ابن أشعث فر إلى سجستان وذهب معه الذين يعني كانوا معهم البداية الثوار ذهبوا إلى سجستان ولذلك لاحقهم الحجاج فأرسل جيشا يقوده عمار بن تميم اللخمي وأرسل معه أيضا ابنه محمد بن حجاج بن يوسف وطاردوا الثوار حتى لحقوهم في السوس وهناك دارت معركة فهزموهم وفروا وقاموا باللحق بهم إلى سابور وتقاتل معهم عمارة هذا ابن تميم اللخمي ولكن في هذه المرة ألحق به الحزيمة وواصل ابن الأشعث هروبه وفراره إلى أن وصل إلى كرمان ودخل في صحراء كرمان ولكن جيش الشام كان يطارده فلحقه الجيش جيش الشام فطر إلى أن يفر منها حتى وصل إلى بست لماذا ذهب إلى بست كان في بست هناك عياض بن هميان السدوسي البكري وهذا كان عاملا على بست من قبل ابن الأشعث ولكنه قام بأسر ابن الأشعث ولذلك لما سمع رتبيل بما حدث من عياض بن هميان جاء وحاصر بست حتى استنقذ ابن الأشعث وطبعا ابن الأشعث استقر به المقام عند رتبيل وأقام هناك عند ملك الترك وقام رتبيل بإكرام الآن أيها الأخوة نريد أن نتكلم عن جملة من الأحداث الهامة التي حدثت نريد أن نتكلم عن مجموعة من الأحداث الهامة التي حدثت في ذلك الوقت و يعني نقول أن المغيرة المهلب أبي صفر الأزدي توفي في رجب من سنة 82 وثمانين ولما بلغ خبر وفاته المهلب وكان المهلب يجاهد وفار جزع جزعا شديدا لما سمع بوفاة ابنه وفاته توفى الله توفى الأنفس حين موته فجزع جزعا شديدا فلا موح على ذلك ثم إنه دعا بابنه يزيد ابن المهلب ليرسله إلى مرع عاصمة فرسان وكان يوصيه ودموعه على لحيته المهلب هذا القائد الجبار البطل الشرس كيف يبكي قد تتساءلون يعني يبكي ربما عنده ولد ولا اثنين يبكي على الواحد وبقى واحد حتى ذلك ما يجعله يبكي هو قائد مسلم كبير لكن انظروا أيها الأخوة إلى غلال ولد ولد له غلال لا شك هتدرون كم كان عدد أولاد المهلب المهلب بن أبي صفرة رجل من زواج رزقه الله بقرابة الثلاثمائة ولد من الذكور هذا خلاف الإناث له من الذكور ما يقارب الثلاثمائة ولد خلاف الإناث ومع ذلك يبكي على واحد من ثلاثمائة إذن لا شك ان الفقيد كان ذو شأن هذا صحيح فالمؤرخون وصفوا المغير بن المهلب بأنه سيد من سادات العرب يزيد بن المهلب أحد ابناء المهلب يزيد له شأن كبير يزيد المهلب من شجعان العرب وسادتهم له قصة عجيبة مع قطاع الطرق لما هاجموه وكانوا من الترك عددهم يقارب من الخمسماء من القطاع الطرق ولم يكن معه إلا ستين فارسة وكان في طريقه إلى مرو ليتولى إمارتها مكان أخيه المغيرة فلما هاجموهم أعداء هؤلاء الترك الطرق صمد لهم وأبى أن يستجيب لمطالبهم وقاتلهم ومن معه ختالا شديدا وفي ذي الحجة من سنة اثنتين وثمانين مرض المهلب وكان في طريقه إلى مرو فجمع أبناءه ومن كان طبعا موجودا منهم وكان من ضمنهم ابنه وحبيب ابن المهلب وأوصى المهلب أبناءه وحضهم على تقوى الله وصلة الرحم ونهاهم عن القطيعة ولأن أيها الأخواصية هذا القائد المسلم الكبير والسيد العربي المعروف تضمنت على معاني طيبة وحكم رائعة فسوف أقرأه عليكم حتى نستفيد مما جاء فيها قال المؤرخون بأن المهلب دعى بسهام وأمر بجمعها بحزمها وقال لأولاده أترونكم كاسريها مجتمعا قالوا لا قال أفترونكم كاسريها متفرقة قالوا نعم قال فهكذا الجماعة فأوصيكم بثقوى الله وصلة الرحم فإن صلة الرحم تنسئ في الأجل وتثر المال وتكثر العدد وأنهاكم عن القطيعة فإن القطيعة تعقب النار وتورث الظل والقلة فتحابوا وتواصوا وأجمعوا أمركم ولا تختلفوا وتباروا تجتمع أموركم وعليكم بالطاعة والجماعة وليكن فعالكم أفضل من قولكم فإني أحب للرجل أن يكون لعمله فضل على لسانه واتقوا الجواب وزلة اللسان فإن الرجل تزل قدمه فينتعش من زلته ويزل لسانه فيحلم ثم قال لهم عرفوا لمن يغشاكم حقه فكفى بغدو الرجل ورواحه إليكم تذكرة له وآثر الجود على البخل وأحب العرب واصطف العرفة ثم قال لهم عليكم في الحرب بالعناة والمكيدة فإنها أنفع في الحرب من الشجاعة وإذا كان اللقاء نزل القضاء وأوصيكم بقراءة القرآن وتعليم السنن وأدب الصالحين وإياكم الخفة وكثرة الكلام في مجالسه ثم قال لهم فقد استخلفت عليكم يزيد وجعلت حبيبا على الجند حتى يقدم بهم على يزيد فلا تخالفوا يزيد فقال له ولده المفضل لو لم تقدمه لقدمناه انظروا أيها الأخوة لهذه الوصية من هذا القائد العربي المسل مثل هذه الوصايا يجب أن تدرس في مناحجنا أساتذتنا أساتذة التربية والتعليم عليهم إدخال مثل هذه الوصايا والحكم في مناحجنا هذه قالها رجال حكماء سادة شجعان قرماء أهل الخبرة والتجربة نعم ولذلك الواحد يستفيد الحقيقة مما يقولون لما توفي المهلب نبي صفر الأزدي رثاه الشاعر البكري الشهير نهار ابن توسعة قائلا أباح لنا سهل البلاد وحزنها بخيل كأرسال القطى المتسرب تطيف به قحطان قد عصبت به وأحلافها من حي بكر وتغلب وحي معد عوذ بلوائه يفدونه بالنفس وبالأم والأبي نعم بعد جميل الأشعر بعد وفاة المهلب أبي صفرة تولى الأمر من بعده وبأمر من الحجاج بن يوسف فقف ابنه يزيد بن المهلب والحجاج أيها الأخوه هو أمير العراق والمشرق فلول بن أشعف كما تعرفون تفلل بعد الهزيمة الساحقة التي ألحقها بهم جد الشام ثم إن هذه الفلول تجمعت في سجستان وكان يتزعم عبد الرحمن ابن عباس بن ربيعة ابن الحارف بن عبد المطلب وكتبوا إلى عبد الرحمن بن محمد ابن الأشعف القدوم عليهم فقدم عليهم وكان عنده اختبير كما قلنا وكان قرابة ستين ألفا عدد كبير لا شك في ذلك ثم إن عمارة بن تميم اللخمي جاءهم لقتالهم بجند الشام فقالوا لابن الأشعف دعنا نذهب إلى خراسان هم في سجستان لكنه لم يوافق ما في البداية حش يحفن يزيد بن محمد قوي مثل أبيه ثم إنه استمع لرأيهم بعد ذلك وساروا إلى هرات وفي هرات فصل عنه عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة في ألفين من رجاله فعرف بن أشعف إنه لا يستطيع أن يعتمد على من معهم فخطب فيهم وقال لهم إني آئد إلى رتبين فمن أراد أن يتبعني فليفعل فأتبعه منهم جماعة وغادرت منهم جماعة أخرى وبقى معظمهم وبايعوا عبد الرحمن بن عباس بن ربيع الحاشمي ثم توجهوا إلى هرات وقتلوا الرقاد بن عبيد العتكي العزدي ثم جاءهم يزيد بن مهلب بجموعه وقاتلهم وهزمهم وأسر منهم وفر زعيمهم عبد الرحمن بن عباس بن ربيع إلى السند السند باكستان الحالي وفر عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمر العبشمي إلى مر فلما عاد يزيد بن مهلب إلى مر قضب عليه وعفى يزيد المهلب عن بعض الأسرة وأرسل البقية إلى الحجاج في العراق فأمر بضرب أعناقهم ومن الذين أمر الحجاج بضرب أعناقهم لاشتراكهم في ثورة أو فتنة بن الأشعث محمد بن سعد بن أبي وقاص وأيضا أمر بقتل الشاعر المعروف بأعشى حمدان هو هو عبد الرحمن بن حارث من قبيلة حاشد الحمدانية قتله الحجاج لأنه كان يحرض الناس على الاشتراك في الثورة أيضا في هذه الفتنة الرهيبة الكبيرة أيها الأخوة قتل الألاف بل عشرات الألاف من المسلمين هذه الأحداث أيها الأخوة ثروة بعدة طرق ولكن هذا مجزه وغالب هذه الروايات متقالبة في سير الأحداث ومتشابهة في نتائجها ولكن بالطبع لا نستطيع أن نتكلم عن كل هذه الروايات في دروسنا هذه لأن المجال لا يتسع لذلك نعم في سنة خمس وثمانين انتهى أمر عبد الرحمن بن محمد بن أشعف وكان عند رتبين وباختصار شديد نقول أن الحجاج بن يوسف أرسل إلى رتبين مرغبا ومرحبا طلب منه أن يسلمه بن الأشعف وفي موته موت بن أشعف اختلفت الروايات فروايته ذكرت أنه مات بالسل في خلال إقامته عند رتبيل فلما هلك احتزوا رأسه وأرسلوا الرأس إلى الحجاج وأمر رتبيل بحبس ثمانية عشر رجلا من أهل بيت بن أشعف فكتب له الحجاج بأن يقتلهم ويرسل إليه برؤوسه وفي رواية أن الحجاج أمر قائده في سجستان عمارة نتميم اللخمي بأي كاتب رتبيل في أمر بن الأشعف ويعطيه ما يريد فأعطاه أموالا ووعده بوضع الخراج عنه لمدة عشر سنين وقيل بل سبع سنين فساقه مقيدا ومعه ثلاثون رجلا من أهل بيته إلى حيث عمارة بن تميم ولكن ابن الأشعف رمى بنفسه من قصر كانوا قد توقفوا فأمر بضرب عناقهم وأرسل برأس ابن الأشعف والرؤوس وكذلك بمرأة ابن الأشعف إلى الحجاج فأرسل الحجاج بالرأس إلى عبد الملك في دمشق وأرسل عبد الملك ابن مروان بالرأس إلى أخيه عبد العزيز ابن مروان في مصر وكان عبد العزيز ابن مروان أميرا عليها ولذلك يقول الشاعر هيهات موضع جثة من رأسها رأس بمصر وجثة بالرخج نعم هيهات موضع جثة من رأسها رأس بمصر وجثة بالرخج رخج هذا مكان ومصر مكان الجثة اللي بالرخج الرخج هذه في خراسة نعم في تلك النماء أيضا أيها الأخوة من الأحداث الهامة التي حدثت في سنة 85 هو أن عبد الملك ابن مروان عزل يزيد المهلب عن خراسة لماذا قام عبد الملك في عزل يزيد ابن المهلب عن خراسة عزله بتوصية من الحجاج ابن يوسف وكان الحجاج التخوف من يزيد المهلب فعزله وعين في منصبه أخاه المفضل المهلب وكان المفضل كريما وبقى في الولاية تسعة أشهر ثم عزله وعين في مكانه القائد الشهير والفاتح الكبير قتيب بن مسلم الباهلي ومن الأحداث الهامة التي حدثت في سنة 85 مقتل موسى بن عبد الله بن خازم السلمي وكان موسى بن عبد الله بن خازم من شجعان العرب مثل أبيه عبد الله بن خازم وعاش منذ مقتل أبيه في سنة 72 إذا تذكرون قتل عبد الله بن خازم في سنة 72 من الهجرة عاش موسى متنقلا مع جماعات من الخارجين على الدولة يتنقلون في أراضي خرسان وبلاد معراء النهر وكان الولاة المسلمون في تلك النواحي لا يتعرضون له لا يتعرضون لموسى بن عبد الله بن خازم وهو أيضا لا يتعرض لهم في غالب الأحيان ولكنه كان مصدرا من مصادر القلق وعدم الاستقرار وانتهى الأمر به في ترمذ وهناك أرسل له المفضل بن مهلب بجيش لقتاله فتمكنوا منه بعد جهد الجهيد بعد أن عثرت الفرس التي كان يركبها ومولى له كانوا يركبان على فرس واحدة كانت الفرس المولى ولكنه أردف موسى خلفه فلما طورد عثرت الفرس فسقط فأحاطوا به وقتلوه وكان الذي قتله واصل ابن طيسله العنبري التميم وفي هذه السنة أيضا سنة خمس وثمانين توفي والي مصر عبد العزيز بن مران أخو الخليفة وكان عبد الملك قد عزم على عزله ولكنه توفي قبل أن يعزله فتولى مصر من بعده ابنه عبد الله ابن عبد الملك بن مران وكان الحجاج يزين لعبد الملك أن ينصب ابنه الوليد في ولاية العهد ثم تولى أمر مصر في عهده الوليد في عهد الوليد لما يعني في عهد الوليد نعم لما تولى الخلافة بعد ذلك تولى أمر مصر قره بن شريك العبسي وهذا قره كان ظالما جبارا عاتيا فاسقا جائرا عسوفا كما يقول إمام الذهب الذهب يقول عنه عن قره بن شريك إنه كان ظالما جبارا فاسقا عاتيا جائرا أسوفا نعم ويروى عن عمر بن عبد العزيز الخليفة أموي العادل إنه قال الوليد بالشام والحجاج بالعراق وعثمان المري عثمان بن حيان المري بالحجاز وقرة بمصر امتلعت الدنيا والله جورا نعم ثم بعد ذلك بايع عبد الملك للوليد ابنه بولاية العهد وأن يكون الأمر من بعده لأخيه سليمان بن عبد الملك ولكن سعيد بن مسيب امتنع عن البيعة قال لا أبايع عبد الملك حي فأمر والي المدينة هشام بن أسماعيل المخزومي بضربه فضرب ستين صوتا وقاف به في المدينة ثم أمر بحبسه قالوا إنه هشام بن أسماعيل ابن هشام المخزومي لما كتب إلى الخليفة بذلك لامه على فعله وقال قبح الله هشاما لما كان ينبغي أن يدعوه إلى البيعة فإن أبا يضرب عنقه أو يكف عنه وفي قول آخر قال لما بلغه أدم مبايعة سعيد ابن المسيب وضرب هشام بن أسماعيل له كتب إلى هشام يلومه وقال له كان أحوج والله أن تصل رحمه من أن تضربه نعم سعيد بن المسيب أيها الأخوة هو الإمام التابعي الكبير سعيد بن المسيب ابن حزب ابن أبي وحد ابن عمر ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم القرشي شفي في المدينة المنورة في سنة أربع وتسعين وكان في أيام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عندما نصب جابر بن أسود ابن عوف الزهري القرشي أميرا على المدينة أخذ البيع ابن الزبير فبايع الناس ولكن سعيد بن مسيب لم يبايع وقال لا أبايع حتى اجتمع الناس فأمر الزهري بضربه ستين قوطا فلما بلغ هذا الأمر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كتب إلى الزهري يلومه ويقول ما لنا ولسعيد أيضا أيها الأخوة في النص من شوال من سنة ستة وثمانين توفي الخليفة الأموي القوي خليفة الأموي الخامس بن ملك بن مران بن الحكم بن أبي العاصر بن أمية بن عبد الشمس بن عبد المناف وكان عمره ستون عاما أمه قرشية أموية وهي عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاصر بن أمية وترك من أبناء الوليد وسليمان وعائشة أمهم من بني عبس عبسية وهي ولادة بنت العباس بن جز بن الحارس بن زخير بن جذيمة وليس جذيمة هذا الأخوة يقول جذيمة لا هو جذيمة ليس جذيمة بن زهير بن جذيمة العبسي ويزيد ومروان وأم كلثوم أمهم قرشية أموية وهي عاتكة بن سليد بن معاوية بن أبي سفيان إذن ترك كما قلنا أيها الأخوة الوليد والسليمان وعائشة أمهم عبسية وأيضا لعبد الملك يزيد ومروان وأم كلثوم أمهم قرشية أموية وهي عاتكة بنت يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان وأيضا لعبد الملك هشام أمه قرشية مخزومية اسمها أم هشام بنت هشام بن اسماعيل ابن هشام ابن الوليد بن المغيرة وأيضا لعبد الملك أبو بكر بن عبد الملك أمه قرشية تيمية من بني تيم بن مرة وهي عائشة بن تموسى بن طلحة بن عبيد الله والي عبد الملك أيضا من أمهات الأولاد يعني من الجواري عبد الله ومسلمة والمنذر وعنبسة ومحمد وسعيد الخير والحجاج وإذا تذكرون لما تكلمنا في دروس العرب حسب ونسب عن بني غيظ بن مرة وهم من قبيلة ثبيان الغطفانية قلنا إن من بني يربوع بن غيظ بن مرة عقيل بن علفة وقلنا بأنه أعرابي جلف به عن جهية وكبر يصلان إلى حد الحماقة بل هو بالفعل أحمر لما أرسل عبد الملك بن مروان يخطب منه إحدى بناته ليزوجها من أحد ابنائه قال للخليفة هذا أعرابي في الصحراء أبدو ما عنده شيء قال للخليفة إن كان ولا بد فجنبني هجناك يقول للخليفة هذا أخبار عجيبة جدا هذا عقيل بن علفة لها كثير من الأحبار لكن لا يتسف جاء الكلام عنها حقيقة ربما نقول لكم عنها إن شاء الله في دروس الأدب نكلمكم عن أحبار عقيل أخبارها ضريفة وطريفة جدا فيقول للخليفة إن كان ولا بد فجنبني هجناؤك يعني بذلك أولاد عبد الملك من أمهات الأولاد وبالفعل تزوج الوليد بن عبد الملك وأمه عبسية غطفانية من دنت عقيل بن علفة المري الضبياني الغطفاني الإمام الذهبي يسمي عبد الملك بن مروان بالخليفة الفقه ويقول عنه كان من رجال الدهر ودهات الرجال وكان الحجاج من ذنوبه وينقل الإمام الذهبي في كتابه سيارة علام النبلة عن ابن سعد صاحب الطبقات إن عبد الملك بن مروان كان قبل الخلافة عابداً ناسكاً بالمدينة ولذلك أيها الأخوة لا يصح ما نقله البعض بأنه لما أفضل أمر إلى عبد الملك بن مروان وكان المصحف بين يديه أطبقه وقال هذا آخر عهد بك هذا ما أعتقد أن هذا صحي في عهد عبد الملك بن مروان سكت العملة وكانت دينار الدرهم وأيها الأخوة لعلكم تعرفتم من خلال استعراضنا لهذا التاريخ على الجوانب كثيرة من أخباره السياسية والعسكرية أخبار هذا الخليفة القوي استطاع عبد الملك بن مروان أن يقضي على جميع الخصومة والمنافسة وكانت جوشه تجاهد أخبار والمشركين في جبهات عديدة في المشرق والمغرب وعند وفاته كانت الدولة الأموية الكبيرة التي كادت أن تنهار بعد وفاة يديد المعاوية قد توقدت أركانها ولذلك يحلو لبعض المؤرخين أن يقسم الدولة الأموية إلى دولة سفيانية نسبة إلى الصحابة الجليل معاوية بن عجل سفيان رضي الله عنه ودولة مروانية نسبة إلى عبد الملك بن مروان الذي وقد أركانها التي تزعزع نعم دفن عبد الملك بن مروان خليفة الأموي القوي في دمشق وصلى عليه ابن الوليد بن عبد الملك ثم ذهب الوليد إلى المسجد الجامع وصعد منبر وخطب قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون والله المستعان على مصيبتنا في أمير المؤمنين والحمد لله على ما أنعم علينا من الخلاف قوموا فبايا هذه خطبة خطبة وجيدة إنا لله وإنا إليه راجعون والله المستعان على مصيبتنا في أمير المؤمنين والحمد لله على ما أنعم علينا من الخلاف قوموا فبايا وذكر الإمام الطبر في تاريخه عن الواقدي غير ذلك قال بأن الوليد لما صعد المنبر خطب في الناس فقال أيها الناس إنه لا مقدم لما أخر الله ولا مؤخر لما قدم الله وقد كان من قضاء الله وسابق علمه وما كتب على أنبيائه وحملت أرشه الموت وقد صار إلى منازل أضرار ولي هذه الأمة الذي يحق عليه لله من الشدة على المريب واللين لأهل الحق والفضل وإقامة ما أقام الله من منار الإسلام وإعلامه من حج في هذا البيت وغزو هذه الثقور وشن هذه الغارة على أعداء الله فلم يكن عاجزا ولا مفرطا أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة إن الشيطان مع الفرد أيها الناس من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه لنقطعنا رأسه ومن سكت مات بداعه قال الإمام الذهبي أن الوليد عبد الملك كلاما أذكر شيئا منه قال كان الوليد يختم في كل ثلاث يعني يختم القرآن في كل ثلاثية كلاما أذكر شيئا منه قال كان الوليد يختم في كل ثلاث يعني يختم القرآن في كل ثلاثية وقالوا بأنه قال عنه الإمام الزهبي وليد ختم في رمضان سبع عشرة ختمة في عهده تسعت الدولة الإسلامية بالفتوحة في المشرق والمغرب وكان يلحن في الكلام وقال فيه عسف وجبروت وقيام بأمر الخلاف الملوك الجبابر على رغم شدته وهكذا لكنه يعني أخبار كثيرة كما نستطيع أن نتكلم عنها وقال وقد فرض للفقهاء والأيتام والزمنة الزمنة أيها الأخوة المرضى من دول علات المزمنة والضعفاء فرض لهم مخصصات مالية تعينهم على مصاعد الحياة ومن المعروف أيها الأخوة إن الوليد عبد الملك كان له اهتمام كبير في العمارة فهو الذي وسع الجامع الأموي وجعله تحفة فنية رائعة وكذلك طنع في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة أراد قبيل وفاته أن يعزل خاح سليمان عن ولاية العهد ويجعلها لولده عبد العزيز ابن الوليد ولكن اعترض عليه عمر بن عبد العزيز وقال إن لسليمان بيعة في أعناقنا ولذلك لم ينس سليمان ابن عبد الملك هذا الموطف لعمر بن عبد العزيز في بداية خلافة الوليد وفي الجبهة الغربية قام مسلمة من عبد الملك المروان أخو الخليفة بغزو بلاد الروم وكان ذلك في سنة ستة وثمانين وكان ملك الروم هو الإمبراطور جستنيان الثاني في فترة حكمه الثانية لأن الإمبراطور جستنيان الثاني حكم في المرة الأولى في الفترة من سنة ستة وستين الحجرة إلى سنة ستة وسبعين ثم عاد ليحكم مرة ثانية في سنة ستة وثمانين وبقى إلى حين هلاكه في سنة أثنتين وتسعين وفي هذه السنة سنة ستة وثمانين أمر الحجاج بن عوسف بحب سليد المهلب وعدل أخو حبيب المهلب عن إمارة كرمان ثم بعد ذلك بأربع سنين في سنة تسعين من الحجرة تطاع يزيد المهلب ومن كان معه من أخوته وجماعة معهم من التخلص من قبضة الحجاج وفروا مستجيرين بسليمان نعبد الملك من مروان ولي العهد وهذه لها قصة طريفة ولكن أيضا لا يتسع المجال للكلام معناه ربما في دروس الأدب في سنة ستة وثمانين وصل تيد المسلم الباهلي قائد الشهير إلى أخبراسان واليا عليها بأمر من الحجاج وكان معه من ضمن قادته نصر بن سيار الكناني بني بكر بن عبد المنات بن كنانة آخر ولكن مويين على أخبراسان وفور وخوله إلى أخبراسان رفع هذا الفاتح المسلم الكبير راية الجهاد في سبيل الله وفي هذا السياق أريد أن أذكر لكم هذه القصة الطريفة التي ترين مدى اهتمام العرب في النسب يقولون بأنه في أثناء جهاده وقع في يده سبي من أهل بلخ كانت منهم امرأة برمك برمك جد البرامكة وزراء المشاهير في الدولة العباتية فصارت من نصيب هذه امرأة برمك صارت من نصيب عبد الله المسلم الباهلي أخو قتيبة بن المسلم الباهلي فدخل عليها وشاء الله سبحانه أن تحمل منها ثم إن الصلحة وقع بين أهل بلخ والمسلمين فأمر قتيبة بن المسلم أمرها برد السبي فقالت عندها امرأة برمكة لعبد الله بن المسلم لقد ألقت منك يعني حملت منك مرأة حسن نحن أوصى عبد الله بن المسلم قبيل وفاته وقبل أن ترد المرأة إلى برمك أوصى بأن كان لما دخل عليها صحتها يعني ما هي نحن أوصى بأن يلحق بنسبه ما في بطنها وتدور أيامه وتسقط الدولة الأموية وفي عهد ثالث خلفاء بن العباس المهدي بن المنصور وكان المهدي قد تولى الخلافة في سنة ثمان وخمسين ومئة وفد خالد بن برمك في عهد المهدي جاء إلى الضيق وكان له شأن خالد بن برمك في ذاك الوقت في الدولة العباسة له شأن كبير فلما جاء إلى الضيق وفد عليها ابناء عبد الله ابن مسلم أخو قتيبة بن مسلم ولا شك في أنهم كانوا كبارا في السنة وربما جاء معهم أبناء وإذا عرفنا أن ولادة حالد بن برمك كانت في سنة سبع وثمانين وإذا افترضنا في أنه قدم الريف السنة التي تلت خلافة المهدي بن المنصور فعلى ذلك يكون عمره اثنان وسبعون عاما لما وفدوا عليه أرادوا أن يلحقوه بنسبهم وهذا رجل له شأن كبير دولة العباسية ما هي مثل دولنا الحين هذه امبراطورية كبيرة يعني امبراطورية هائلة ليس الدولة يعني دولة عادية وهذا من كبار وزراء الدولة العباسية كبار الرجال أرادوا أن يلحقوه بنسبهم استفيدوا منهم فقال لهم ابن عمهم أحد ابناء عمومة مسلم بن قتيبة بن مسلم قال لهم إذا استلحقتموه بنسبكم فقبل لابد لكم أن تزوجوا ثم الآن تريدون أن تلحقوه بنسبكم أليس كذلك؟ قالوا نعم قال إذا ألحقتموه بنسبكم لابد لكم أن تزوجوه يعني يتزوج منكم يستطيع أن يتزوج منكم فلما سمعوا بذلك تخلوا عما جاءوا من أجله هذا يرينا طبعا مدى الحقيقة أهتمام العرب بأنثابهم وحقيقا نفرتهم من الموالي ورأينا في الدولة الأموية كيف كانت القصبية القبلية أيها الأخوة في سنة سبع وثمانين أمر الوليد بن عبد الملك بعزل هشام من أسماعيل المخزومي عن المدينة في مورة وعين عليها عمر بن عبد العزيز وكان عمره الأماعي خمسة وعشرون عاما وفي هذه السنة أيضا غزى مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم وغزى قتيبة المسلم بيكند وبيكند من أمنع الحصول في بلاد ما وراء النهر وهو يتبع بخارها خصن بيكند وفي بيكند نشب قتال شديد ولكن الله سبحانه منح نصره لعباده المجاهدين الصابرين الذين تكالب عليهم الأعداء من كل ناحية ثم إنه لما أراد أن يهدم أسوار المدينة قال له من اعتصم بها من أهلها لا تفعل وعرضوا عليه صليل فقبل منهم ذلك ودخل المدينة وعين عليها أميرا من أقاربه ثم غادر المدينة بعد أن ترك بها حامية صغيرة في أحيان كثيرة أيها الأخوة صادفنا عبارة بلاد ما وراءنا فما هو هذا النهر وما هي هذه البلاد ومن هم أهلها النهر أيها الأخوة هو نهر جيحون والبلاد هي بلاد خوارز والشاش وفرغانة وأشروسنة وبخارة وسمرقند وسكانها هم الترك ونستطيع أن نقول بصفة عامة أنها تشكل جزءا كبيرا من مساحة الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي قتيبا من مسلم لما غادر بيكن جاءه الحبر بأنهم انقبوا على من بها من المسلمين وقتلوهم ومثلوا بجثثهم كيف أنا أعطيكم الصلح وهذا وتصنعون ما صنعتوا فكر عليهم قتيبة بالمسلمين وحاصروهم لمدة شهر ولما طلبوا الصلح رفض ذلك ودخل المدينة عنوة وقتل من كان بها من المقاتلين وكانت الغنائم التي حصل عليها المسلمون شيئا لا يوصف من كثرته وقيمته وتقوى المسلمون بما غنموا من سلح في سنة ثمان وثمانين افتتح المسلمون بقيادة مسلرة وابن أخيه العباس ابن الوليد حصن الطوانة في بلاد الروم وذلك بعد قتال شديد وبطولة أظهرها العباس ابن الوليد العباس ابن الوليد أمه رومية انظروا أيها الإخوة على رأس الجيوش أخو الخليفة وابن الخليفة ولهذا وبعد توفيق الله سبحانه وتعالى فإن تواجد هؤلاء الأمراء على رأس جيوش الدولة كان له الأثر البالغ في تبسال الجنود وتحقيق النصر بإبن الله وفي المشرق واصل قتيبة ابن مسلم للفتوحات في بلاد ما وراء النهر وفي سنة 88 أيضا أمر الخليفة الأمير المدينة أمر عبد العديد بتوسعة المسجد النبو الشريف وأرسل إليه بالبنائين من الشام وفي السنة التي تلتها واصل قتيبة ابن مسلم جهاده في بلاد ترك فاتحا منتصرا غانما سالما وكذلك فعل مسلمة والعباس ابن الوليد في بلاد الروم ثم في السنة التي بعدها وهي سنة التسعين واصل مسلمة والعباس ابن الوليد الجهاد في أرض الروم وفتح الله عليهما أما في بلاد السند فإن الفاتح الشهير محمد بن القاسم الثقفي تمكن من قتل ذاهر ملك السند وتوغل في بلاد الهند الكبيرة يفتتح المدينة تلو الأخرى واستطاع الفاتح الكبير قتيبة ابن مسلم الباهلي أن يلحق الهزيمة بالترك في معركة بخارة كبرى في هذه المعركة معركة بخارة ظهرت بخارة وكان فيها صولات وجولات بخارة من أعز مدن الترك ولذلك كان القتال حولها شديدا لدرجة وصل معها الأمر أن الترك هزم المسلمين حتى دخلوا معسكرهم وكادوا أن يأخذوا الحريب ولكن المسلمين تمكنوا من ردهم وتواجه الجيشان ووقف الترك على مكان مرتفع فأراد قتيبة ابن مسلم أن يحمس المسلمين وقال للقبائل من يزيلهم عن موضعهم هذا فلم يتقدم أحد تحيجة لما لاهم قتال الترك قتال شديد ومعاسي ومعارك رهيبة فلما رأى قتيبة ذلك توجه إلى بني تميم وصاحبهم يا بني تميم يوم كأيام أبي لكم الفداء وكان زعيم بني تميم أيها الأخوة في ذلك اليوم وكيع ابن حسان ابن أبي سود من بني غدانة ابن يربوع ابن حنظلة ابن مالك ابن زيد بنات بن تميم بن يربوع قم فرسان بني تميم قم فرسان بني تميم بني يربوع معروفي نعم قم فرسان بني تميم وكان على خيل بني تميم حريم ابن أبي طحمة ابن حارث ابن الشريد المجاشئ ابن مجاشئ ابن دارب ابن مالك ابن حنظلة ابن زيد بنات بن تميم نعم فلما سمع وكيع ابن حسان ما قال قتيبة تناول اللواء بيده اللواء بني تميم فقال يا بني تميم أتسلمونني اليوم ردوا عليه لا يا أبا مطرف لا يا أبا مطرف ما نسلمك ثم صاحب هريم أبي طحمة قدم خيلك يا هريم وأعطاه الراية فتقدم بالخير ثم سار الرجال المشاهد يقودهم وكيع بن حسن واعترضهم نهر فتوقف هريم فقال له وكيع تقدم يا هريم ما في نهر ولا ما تقدم قال له كيف لي أن أقتحم هذا الماء ففي ذلك هلاكنا فنهره وأمره بالتقدم وضع صيب جدا فالعداء يلخوا كثيرون وهم يدافعون عن مدينتهم الكبرى بخارة وموقعهم على مرتفع فهم الأفضلية فلذلك لا يستطيع أحد أن يلوم من لم يتقدم ولكن خيل بني تميم عبرت ثم أمر وكيع بوضع عوارض من خشب لكي يعبروا النهر فلم يعبر معه إلا ما يقارب ثمانمائة رجل ثمانمائة رجل فقط عبروا ثم ساروا إلى عدوهم وقسموا الخيل إلى ميمنة وميسرة ثم انقضوا على أعدائهم ودار بينهم قتال شديد حتى مكنهم الله سبحانه وتعالى منهم فأزالوهم عن مواقعهم وأمر قتيبة باقي الجيش بالهجوم فلم يتحركوا التراء الترك يفرون فقاموا بمقاردتهم وجرحا في هذا اللقاء خاقان ملكهم وابنه وبعد هذا المثال الكبير عاد قتيبة إلى قاعدته في مر وكتب إلى الحجاج بأنه أرسل أخاه عبد الرحمن المسلم على رأس جيش وقاتل عبد الرحمن الترك وهزمهم وكان الحجاج قد بلقته أنباء المعركة فغضب قتيبة لأنه لم ينسوا النصر إلى بني تميم وإنما نسبه إلى أخيه عبد الرحمن ولكن قتيبة لكي يتدارك الأمر أرسل وفدا من بني تميم أعطاهم وأكرمهم وأرضاهم وقال لهم بأن يؤكدوا الحجاج ما قال قتيبة الحجاج نعم فالحجاج طبعا غض الطرف عن قتيبة بعد هذا المثال الكبير حتى لا يحرجه أكثر من ذلك لكن قتيبة عرف أن الحجاج قد علم بالأمر وانتهى العمر عند هذا نعم في سنة 91 واصل قتيبة بن مسلم الباهلي الفاتح الكبير جهاده في بلاد التركستان بلاد الترك وكان يقاتل حلوكهم فيهزمهم ويخضعون له وفي سنة 91 استعمل الوليد ابن عبد الملك على مكة المكرمة قال ابن عبد الله القسري نصبه أميرا على مكة وقسر من بطون قبيلة بجيلة الكهلانية القحطانية قسر من بطون قبيلة بجيلة القحطانية وخالد ابن عبد الله من الولايات والأستاذ القغات قالوا إنه لما تولى الأمر في مكة خطب في الناس في مكة أيها الأخ القرن الهجد الأول والي عليها مثل هذا انظروا ماذا قال لنا خطب فيهم خطبة تحذيرية نذكر بعض ما جاء فيها قال أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة وإياكم والشبهات فإني والله ما أوتي بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحق وقال أيضا كلاما اتوعد به كل من تسول له نفسه أن يؤوي مخالفة في بيته وإنه سوف يهدم من ذل من يفعل ذلك من المواقف التي أحببت أن أذكرها لكم هو ما حدث عندما دار الخليفة أموي القوي الوليد عبد الملك في مدينة منورة ومزارها في ثمثي إحدى والسعين وكان الوليد قد حج بالناس في هذه السنة وكان أمير المدينة هو عمر ابن عبد العزيز وأراد الوليد أن يصلي في مسجد رسول صلى الله عليه وسلم وأن يتابع ما وصلت إليه مراحل توسعة المسجد نبو الشريف فقام الحرس بإخراج الناس من المسجد حتى لم يبقى فيه أحد ما بقى أحد في المسجد إلا التابعي الكبير سعيد بن المسير المخزوم الذي كلمنا عنه ولم يجرق الحرس على إخراجه وكان جالتاً في مصلاة عليه ملابس لا تساوي خمسة دراهم كما يقول فقال له الحرس لو قمت فقال والله لا أقوم حتى يأتي الوقت الذي أقوم فيه فقال له لو سلمت على أمير المؤمنين قال والله لا أقوم إليه ما كان عمر بن عبد العزيز يجول بالخليفة في المسجد ويحاول جاهداً أن يشغله حتى لا يرى سعيد بن المسير ولما التفت الوليد إلى القبلة قال من ذلك الجالس أهو الشيخ سعيد بن المسير يعرفون نعم فقال عمر بن عبد العزيز نعم يعمل وحاول أن يعتذر له وقال لو علم بمكانك لقام فسلم عليك انظروا إلى الوالي إلى الأمير إلى المحافظ إذا كان به دين وبه خير فما بالكم بعمر بن عبد العزيز يحاول أن يجد لهذا الشيخ عذراً طبعاً قال له لو علم بمكانك لقام فسلم عليك وهو ضعيف ضعيف البصر نعم فقال الخليفة نحن نأتيه فنسلم عليه يعني شيخ كبير ضعيف ولا يرى نظره ضعيف ويعني حالة بسيط ثيابة ما حتى تساوي كما يقولون خمسة درائي لكن الخليفة ماذا قال قال نحن نأتيه فنسلم عليه فدار في المسجد حتى وقف على القبر ثم أقبل حتى وقف على الإمام التابعي الكبير وقال له كيف أنت أيها الشيخ قالوا فوالله ما تحرك سعيد ولا قل ورد على الخليفة قائلاً بخير والحمد لله فكيف أمير المؤمنين وكيف حاله قال الوليد خير والحمد لله ثم غادر الخليفة وهو يقول لعمر بن عبد العزيز هذا بقية فقال له عمر بن عبد العزيز أجل يا أمير في سنة ثلاثين وثلاثين كان فتح الأندلس على طارق بن زياد ولعلكم تلاحظون أني لم أتطرق في كلامي حتى هذه اللحظة عن الفتوحات في المغرب والأندلس ولكنني أتطرق ونحن سوف أتكلم بنبذة تريعة عن ذلك بعد وفاة الوليد نعم المغرب والأندلس وكلام بها كثير سوف نخصص لها يعني وقت كافي كلام عنها والفتوحات التي دارت في المغرب والأندلس ولكنني سوف أتكلم بنبذة تريعة إن شاء الله كما قلت لكم بعد وفاة الوليد في سنة 92 واصل مسلمة بن عبد الملك الجهاد في بلاد الروم وكان قتيبة بن مسلم باهلي واصل جهاده في بلاد مراء النهر وفي السنة التي تلتها كانت جوش المسلمين تجاهد في بلاد الروم مسلمة بن عبد الملك على رأس جيش والعباس بن وليد على رأس جيش آخر وأخوه مروان بن وليد يقود جيشا ثالثا أما قتيبة بن مسلم فكان لا يهدأ فهو في جهاد دائم رفع كلمة لا إله إلا الله وافتتح خوارز ثم مدينة سمرقنجة الكبيرة وذلك بعد أن ألحق بالترك ثم بالسغد السغد هذه من الشعوب التي تعيش في تلك النواحي والسغد ومن معه من الترك تعرضوا لهذا المتاحقة ألحق هذه قائد الكبير قائد المسلم تيبة بن مسلم الباهلي وكان ذلك في سنة 93 وفي هذه السنة أيضا عزل الوليد بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز عن إمارة المدينة نورة بمشاية منها حجاج أيضا كان الحجاج دور في عزله كما كان له دور في عزل العزيز من المحلل كما قلنا قبل ذلك وإذا الوليد عزل عمر بن عبد العزيز عن إمارة المدينة ونصب عليها أيضا ونصب عليها أيضا بتوصية من حجاج وثمان بن حيان المري الغطفاني وكان من الولاد الغشمة هذا وثمان بن حيان المري هذا وثمان بن حيان المري أيضا أراد أن يخطب من عقيل بن علفة فلما سأله أراد أن يخطب منه بعد بناته قال أبكرة من إبلي أتريدنا لزوجك أبكرة من إبلي فأمر بضربه وطرده مع أنه ابن عمه لكن ما يراه كف أنه يعني وأن كان مره الغطفانيين إلا أنه ليس من نفس أخذه عقيل بن علفة يرى نفسها على ابن عمه أمير المدينة وقال للخليفة عبد الملك فجنبني هجناؤك فما بالكم بابن عمه أمير المدينة طبعا لا يراهش إذا كان يرد على الخليفة هكذا فهو لا يرى أمير المدينة شيئا نعم لم يتوقف أيها الأخوة الجهاد في سبيل الله في عهد الوليد عبد الملك الخليفة العموي القوي خليفة العموي السادس وليد من عبد الملك هو الخليفة العموي السادس كما تعلم لم يتوقف في عهده الجهاد ففي سنة أربع وثنين استتح العباس بن وليد أنطاكية في بلاد الروم الأخوذكس وكذلك غزى أخوه عبد العزيز بن وليد في بلاد الروم أما محمد بن القاسم الثقفي الفاتح المسلم الشهير فإنه كان يواصل الجهاد في بلاد الهند وكذلك كان يفعل قتيب ابن مسلم الباهلي في بلاد موراء النهر أما في الأندلس بلاد الأندلس فقد أقام المسلمون من عرب وبربر ميادين الجهاد ضد القوط الكاثوليك وفي شعبان من ثمت خمس وتسعين قتل الحجاج السبيث حجاج بن يوسف ثقفي قتل تابعي الكبير التابعي الكوفي شيخ القراء سعيد بن جبير مولى بني أسد قتله لأنه شارك في فتنة بن الأشعة سعيد بن جبير كان قد فر هاربا مع من فر واستقر به المقام في أذر بيجان ثم إنه عدم على أن يعتمر فأتى مكة ثم أقام بها متخفيا حتى وقع بيد الطاغية ثالد بن عبدالله القسري والي مكة فقبض عليه وأرسله إلى الحجاج في العقاء قالوا ولما عرف الحجاج بذلك قال لعن الله بن النصرانية يعني بذلك ثالد بن عبدالله القسري أمه نصرانية إني أعرف مكانه بل والبيت الذي هو فيه بمكة طبعا الاستخبارات في ذلك الوقت في عهد الحجاج بن نوسف في قمة عهده قال أني أعرف مكانه في مكة وليس بس المكان حتى البيت الذي هو فيه في مكة أعرف نعم كان الحجاج يكرم فيما مضى سعيد بن جبير وكان قد جعله على عطاء الجند في حملة من الأشعف التي أرسلها لقطاع تفيل ولكن عندما حدثت الفتنة وقام عبدالرحمن ابن محمد ابن الأشعف ابن قيس بخلع الحجاج خلع سعيد بن جبير الحجاج وعندما أحضروه بين يدي هذا الطاغير الكبير حجاج بن نوسف قال له الحجاج يا سعيد ما أخرجك علي فقال سعيد أصلح الله الأمير إنما أنا مرء من المسلمين يخطئ بره ويصيب مره قالوا فطابت نفس الحجاج لما سمعه من سعيد بن جبير أعجبه خلالك وظهر السرور على وجهه وكان يريد أن ينتهي هذا الأمر حتى لا يقتله ولكن عندما وصلت الحوار بينهما سأله الحجاج عن أمر ما فقال له سعيد إنما هي بيعة في عنق لما سمع الحجاج ذلك جن جنون وقال لسعيد يا سعيد ألم تبايع مع أهل مكة لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان بعد قتلي ابن الزبير فقال سعيد بلى ثم قال الحجاج ولما قدمت إلى الكوفة واليا على العراق فأخذت البيعة لأمير المؤمنين ألم تبايع له ثانية قال سعيد بلى فقال له الحجاج أفتنكث بيعتين لأمير المؤمنين وتفيه بواحدة بالحائك من الحائك غضب أفتنكث بيعتين لأمير المؤمنين وتفي بواحدة للحائك ابن الحائك ثم أمر بقتله في الحال فضربت عنقه وفي الحوار طبعا الذي دار بين الحجاج وردت عدة صيار وروايات ولكن لا بأس بهذه الرواية يا شقي ابن كسير والكلام الكثير لكن ما نستطيع حقيقة أن نتكلم ونذكر كل تلك الروايات وإلا ما نستطيع أن نفرأ من هذه السلسلة هذا أيها الأخوة الموجد هذا ما وفقنا الله سبحانه وتعالى بقوله لا نستطيع فاتنا كثير لا شك في ذلك لكن هذا ما وفقنا الله سبحانه وتعالى لقوله فاعذرونا إن كان هناك نقص يقول نعم لا بأس بهذه الرواية وفي قصيدة لجرير الشاعر التميم الكبير يمدح بها الحجاج وينافقه حتى يكسب رضاه ويأخذ عطاياه على عادة معظم الشعراء قل على عادة معظم الشعراء ليس كل الشعراء لكن معظم الشعراء يعني بهم هذا يقول جرير في أبيات من هذه القصيدة إن ابن يوسف فاعلموا وتيقنوا ماضي البصيرة واضح المنهاج منع الرشا وأراكم سبل الهدى واللص نكله عن الإدلاج يا ربنا كثبيعتين فركته وخضاب لحيته دم الأوداج وإذا رأيت منافقين تخيروا سبل الضجاج أقمت كل ضجاج طبعا إن ابن يوسف فاعلم وتيقنوا ماضي البصيرة واضح المنهاج مفهومة منع الرشا وأراكم سبل الهدى الرشا الرشاوها واللص ذكله عن الإدلاج الإدلاجي اللي هو بالليل يعني منع اللصوص لهم يخرجون بالليل لسرقة الناس يا ربنا كثبيعتين تركته اللي هو يقصد به سعيد 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 بن جبير يرحمه الله وخضاب لحيته دم أو داجي قطع عنقه ضرب عنقه نعم وإذا رأيت منافقين تخيروا سبل الضجاج أقمت كل الضجاج طبعا قصيدة بها الكثير من النفاق لكنها تبين ما صنع الحجاج لسعيد بن جبير يرحم الله أيها الأخوة يعني بعد هذا العرض الحقيقة المثير لأحداث هذا اللقاء عن التاريخ السياسي لدولة الوقوية نريد أن نتوقف هنا وأشكركم أيها الأخوة على صبركم وعلى حسن استماعكم وإن شاء الله وفي موعد لاحق نلتقي وإن شاء الله كل لقاءنا القادم بإذن الله بعد أن يحدث موعده هو اللقاء الخامس عشر وجزاكم وخير على حسن بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء طيب مبارك ونحن اليوم نتكلم في الدرس الثامس عشر من التاريخ السياسي للدولة الأموية في الحلقة الماضية تكلمنا عن وفاة الفاتح الكبير هو القائد الشهير المهلب بن أبي صفرة الأزدي كانت وفاته في ذي الحجة من سنة 82 وذكرنا وصيته التي قالها لأبنائه من حضر من أبنائه قلنا بأن له من الأبناء الذكور ما يقارب الثلاثمئة ولد وعدد وعدد كبير أيضا من البنات كان من واجب وأيضا في الحلقة الماضية طبعا بعد وفاة المهلب أوصى المهلب بأن يكون الأمر من بعده لابنه قائد الشهير يزيد بن المهلب كان ابنه المغيرة المهلب قد توفي قلنا وحزنا عليه حزنا شديدا ولذلك المهلب يعني أوصى الأبناء أبناء أهلا شعر بقرب وفاته في ذي الحجة في سنة 82 بأن يسمعوا ويطيعوا ويطيعوا لأخيهم يزيد بن المهلب وأيضا في الحلقة الماضية أيها الأخوة نتكلمنا عن نهاية عبد الرحمن بن محمد بن أشعف بن قيس الكندي بن رحمن بن محمد بن أشعف بن قيس الكندي كانت نهايته صاحب الثورة الشهيرة التي قلنا خرج بها القراء اشتعلت في العراق كانت ثورة خطيرة كانت ثورة خطيرة من الثورات التي ما كانت ثورة يعني مثل ثورات الخوارج لم تكن يعني مثل ثورات الخوارج ولكن خروج على الدولة على كل حال إنما العقائد أو العقيدة كانت تليمة ما في شك في ذلك يكفي يعني أن معهم القراء نعم ووفاة محمد ابن الأشعث محمد عبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث كانت في سنة 85 وذلك هو كان قد التجع إذا تذكرون عند الرسبيل فقبضوا عليه رسبيل ملك الترك وسلمه إلى عامل الحجاج الحجاج استعمل معه الترهيب والترهيب عامله على سجستان عمارة بن سميم اللخمي قالوا نخطط عنك الخراج ووفقهم على أن تسلمنا رسبيل فسلمهم على أن تسلمنا ابن الأشعث فسلمهم رسبيل ابن الأشعث وطبعا انتهى الأمر بأنه ألقى بنفسه من شاهد من قصر توقفوا عنده وهم في طريقهم نعم وتكلمنا أيضا عن بيعة عبد الملك لابنه الوليد وكان عبد الملك بن مروان قد عزم على عزل أخيه عبد العزيز بن مروان والي مصر وولي العهد في نفس الوقت وخذت له ولاية العهد في حياة مروان بن الحكب أبيه حياة أبيه مروان ولكنه توفي عبد العزيز توفي قبل أن يعزله عبد الملك بن مروان ثم ما لبيه أيضا أن توفي عبد الملك بن مروان للخليفة الأموة الخامس في النصف من شوال من سنة 86 وقبل أن تكلمنا أيضا ضمن الأمور التي أريد أن أخبركم عنها قبل أن نتكلم عن أحداث هذه الحلقة نقول تكلمنا عن عزل يزيد بن مهلب وذلك بتوصية من الحجاج وتعيين قتيبة بن مسلم الباهلي قائد الشهير وتكلمنا عن قتال قتيبة مع الترك خاصة في معركة بخارة وكان لوكيع بن حسان بن أبي سود دورا كبيرا ومعه بني تميم في تلك الأحداث لما قلنا تقدموا ثم تطاعوا أن يزيحوا الترك وتقدمت بعد ذلك الكتابة الإسلامية وانتصروا في هذه المعركة الكبيرة ثم ختمنا الكلام أيها الأخوة عن قيام حجاج بن يوسف الثقفي هذا الوالي القاسي الجبار قال للعراق والمشرق بقتل التابع الكبير سعيد بن جبير وكان ذلك في شعبان من سنة خمسة عشر للحجر أيها الأخوة ذكر المؤرخون بأن الحجاج بن يوسف بقى ما يقارب الأربعين يوما بعد مقتل سعيد بن جبير وهو في عذاب شديد هذا الجبار الطاغر بقى فيه كما يقولون فيه عذاب شديد وكان لا ينام إلا ويظهر له في المنام ويقول له سعيد بن جبير يظهر له في المنام ويقول له يا عدو الله لما قتلتني هذا من عذاب الله لحجاج قبل أن يهلك فكان الحجاج خبيث يقول ما لي ولي سعيد بن جبي ما لي ولي سعيد بن جبي هو ما كان يريده كما تعرفون يقول الله إني لا أعرف مكانه في مكة وحتى البيت الذي ينزل به ولكن ابن النصرانية عن خالد بن عبد الله القسري لما يعني أحضره الكلام عن هذا الطاغية وأحباره أحتاج إلى وقت قويل ربما ليس مكانه في هذه الدروس ولكنكم ومن خلال استعراضنا لهذه المرحلة من تاريخ الدولة الأموية ربما عرفتم الكثير عن سيرة الحجاج بن يوسف رجل الدولة الكبير ما في شك في ذلك ورأيي في الحجاج حول أقوانا لي رأيي كل إنسان له وجهة نظر وله رأي لكن رأيي في الحجاج بن يوسف أستقيه من رجال هذه الأمة وإليكم على سبيل المثال ما قاله الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء عن الحجاج سوف أقرأ لكم بعضا مما قال عنه ماذا قال الإمام الذهبي؟ قال عن الحجاج بن يوسف ثقفي كان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء هذه الجوانب السيئة لكنه قال عنه أيضا وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن ثم قال الإمام الذهبي فنسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان كما قال الإمام الذهبي الناصبي هو الذي يبغض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله نعم في سنة 95 من هجرة كان جهاد قائمة في جبهات كثيرة في الأندلس وفي الهند وفي بلاد الروم وفي بلاد موراء النهر نحن يعني العالم المعروف في ذلك جهاد في كل مكان لنحن كلمة لا إله إلا الله كلمة توقيد إلا الله ولما أحسن حجاج بن يوسف بدنو الأجل جعل على شؤون الحرب بصرات في البصرة والكوفة يعني الأمور السياسية شؤون الحرب بصرات جعل عليها في البصرة والكوفة يعني في العراق جعل عليها يزيد بن أبي كبشة الكندي وعلى أمور الخراج يعني الأمور المالية يزيد بن أبي مسلم مولى ثقيف واسم أبي مسلم دينار فهو إذن يزيد بن دينار جعله على أمور الخراج فلما مات الحجاج أقر الوليد بن عبد الملك كل من نصبه الحجاج في الإحراء وغيره أقرهم على أعماله في جمادة الآخرة من سنة 96 توفي بدير مران بدمش الوليد بن عبد الملك بن مران الخليفة الأموي السادس وصلى عليه عمر بن عبد العزيز وللوليد 19 ولدا وله الكثير من الأمور الطيبة يعني نذكر من بعض أموره الطيبة أنه كان شديد الغيرة وقال لو أن الله ذكر قوم لوطن في القرآن ما ضمنت أن أحد يفعل هذا الفعل نعم والوليد أيها الأخوة من ضمن أموره الطيبة هذا الذي قلنا أنه يعني بعد كان له نموره الطيبة أيها الأخوة كانت له عناية واهتمام بعمارة المساجد وعناية فيه بالمرضى والمقعدين وبمن نسميهم في أيامنا هذه بذوي الاحتياجات الخاصة كان له اهتمام بهم معوقين أن شمونهم لكن أن شمونهم ذوي الاحتياجات الخاصة ولكنه أيضا كان جبارا قويا وكان قد عزم على خلع أخيه سليمان من ولاية العهد ليجعلها لابنه عبد العديد فرفض سليمان ذلك وحاول معه الوليد بكل وسيلة أراد الوليد أن يصنع كما صنع أبوه عبد الملك بن وران لما أراد أن يخلع أخاه عبد العزيز ويجعلها للوليد ولاية الرحل ولكن قلنا عبد العزيز بن وران توفي قبل أن يخلع أخوه عبد الملك ونحن نشاهد الآن الوليد يصنع ما صنع أبوه عبد الملك يريد أن يخلع أخاه سليمان من ولاية العهد ليجعلها لابن عبد العزيز فرفض سليمان ذلك وحاول معه الوليد بكل وسيلة ولكنه أبى فكتب الوليد إلى الولاة في الدولة الإسلامية ليبايع لعبد العزيز بن محيد وكذلك طلب من الناس أن يفعلوا ولكن لم يستجب له أحد بمن في ذلك عمر عبد العزيز الذي تصدى له ولم يوافقه على هذا الأمر وبسبب هذا الموقف وغيره من مواقف طيبة قرب سليمان العبد الملك عمر بن عبد العزيز كثيرا وأخذ يستمع لآرائه ويعمل بنصائحه وإن كانت العلاقة بين ابني العم عمر بن عبد العزيز وسليمان بن عبد الملك طيبة للغاية حتى قبل هذا الموقف كانت العلاقة طيبة ما في شك في ذلك ولم يستجب أيضا لدعوة الوليد للبيعة لابنه عبد العزيز ولكن الحجاج بن يوسف الثقفي وقتيبة بن مسلم الباهلي استجاب لدعوة الوليد في خلع سليمان من أجل أن ينصد ابن عبد العزيز ابن الوليد في ولاية العهد طبعا الوليد له تسعة عشر ولدا خلاف عبد العزيز وله الكثير من الأبناء من أمهات الأولاد نعم في سنة ستة وتسعين افتتح قتيبة بن مسلم كاشغر وغز الصين وكاشغر أيها الأخوة كما يقولون هي من أطرف مدن الصين يعني أقرب مدينة إلى بلاد ما وراء النهر أما الغزو فلم يكن غزو بالمعنى الصحيح للغزو ولكنه أرسل وفدا من دهات العرب مكون من اثني عشر رجلا وقيل بل عشرة عشرة رجال أرسلهم إلى ملك الصين بقيادة هبيرة ابن المشمرج الكلابي وعندما نقول كلابي كما قلنا لكم قبل ذلك فهذا يعني أنه من بني كلاب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة وليس من بني كلب ابن وبره القضاعيين هذه الرواية جميلة جدا ولجمالها وما بها من معاني طيبة فإني سوف أقرأ لكم يعني أقرأها لكم بشيء من الأفضل فقالوا فلما وصل الوفد طبعا أيضا نختصر أنا بها كثيرا ولكن نقول يعني فيها طويلة ما نستطيع عنها قالوا فلما وصل الوفد إلى ملك الصين أعجب بحيئتهم ومنطقهم ثم إنه أرسل إلى هبيرة فسأله عن أشياء فأجابه فقال له انصرفوا إلى صاحبكم يعني قتيبة انصرفوا إلى صاحبكم وقولوا له ينصرف فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه وإلا بعثت من يهلككم ويهلكه أرد عليه هبيرة هبيرة بن المشمرج هبيرة بن المشمرج نعم الكلابي قائلا كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في منابس الزيتون وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك وأما تخويفك أياما بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت فأكرمها القتل فلسنا نكرهه ولا نخف ملك الصين لما سمع هذا الرجل وهذا المنطق تعق منه هذا المنطق وحضور الجواب وقوته وبلاغته فقال له وما يرضي صاحبك قال لقد حلف لقد حلف أن لا ينطرف حتى يطأ أرضكم ويهتم ملوككم ويعطى الجزية ولابد من أن ينفذ ما أقسم أن يصنع حتى يضرب يمينه فقال له الملك فإن نخرجه من يمينه نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطأف ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهم ونبعث إليه بجزة يرضاها قالوا فأمر بصحاف من ذهب فيها تراب وبعث بهدايا من الذهب والحرير وأربعة غلمان من أبناء الملوك طبعا لما حضروا إلى قتيبة قبل قتيبة الجزية فوطأ التراب وختم الغلمان وردهم إلى الملك ولذلك قال أحد الشعراء وهو سوادة بن عبد الله القصيدة أيها الأخوة هي الشاهد هي الإثم ولذلك قال سوادة بن عبد الله سلولي لم يرضى غير الختم في أعناقهم ورهائن دفعت بحمل سمرجي أدى رسالتك التي استرعيته وأتاك من حنث اليمين بمخرج لم يرضى غير الختم في أعناقهم ورهائن دفعت بحمل فمرجي أدى رسالتك التي استرعيته وأتاك من حنث اليمين بمخرجي طبعا يقصد هنا المشمرج نعم هبير بن المشمرج لكن بعد وفاة المزيد ابن عبد الملك وتولي أخوه سليمان ابن عبد الملك خليفة الأموي السابع أريد أن أتكلم ولو بنبذة بسيطة جدا عن بعض النظم والأمور في الدولة الأموية وأقول سوف أتكلم باختصار شديد نظام الحكم في الدولة الأموية يتكون من الخليفة الذي يأتي طبعا على رأس الدولة وبيده جميع السلطات كما نقول في أيامنا ولكنه في أحيان كثيرة لا يستطيع أن يتدخل في القضاء مثلا وإن كان في أحيان كثيرة أيضا يتم تأثير على القضاء بسبب خشة القاضي من الخليفة أو من بطش المزاد ولذلك فالكثير من أهل العلم والصراح والتقى يتجنبون تولي منصب القضاء عندما يعرض عليه نعم ثم بعد الخليفة يأتي الكاتب والكاتب هو الوزير والذي ظهر بعد ذلك في الدولة العباسية ومن أهم واجبات الكاتب معرفته التامة بالغارب المالية للدولة من خراج وزكاة وجزية وغيرها وكذلك معرفته وإلمامه بالنفقات من رواتب أو أعطيات الجند أعطيات الجند هي الرواتب طبعا ومن تسليح الجيوش ميزانية تسليح الجيوش ولذلك فهو يشرف على ديوان الخراج وديوان النفقات وبالإضافة إلى ذلك فإن الكاتب يجب أن يكون ملما بل ومتقنا ومتفوقا بفن الكتابة تابة رسائل الخليفة إلى الولاة والعمال وغيرهم وكذلك يجب أن يكون خبيرا في شؤون ما نسميه الآن البروتوكول أو شؤون بلاط الخلاف دولة كبرت وقصور وحاشية وجنود وأمراء دولة كبيرة ما كانت كما هو الأمر بداية الإسلام على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الرافدين كانت في المدينة لا الآن يعني امبراطورية دولة كبيرة ضحمة طبعا أيضا سبق وتكلمنا عن منصد القضاء أو خطة القضاء وعلى الرغم من شخصية القاضي وما كانته الدينية والعلمية الكبيرة إلا أنه لا يرقى إلى منصد الكاتب الذي يلازم خليفة في معظم الأوقات هناك أيضا صاحب الشرطة وهو وزير الداخلية في أيامنا هذه وهذا المنصد في غاية الأهمية كما هو معلوم بحفظ الأمن في عصمة الخلافة نعم ثم هناك خطة البريد وخطة البريد كما يقول المؤرخون الخطة بالضم خلاف الخطة بالكسر ما الفرق بينهما الخطة هي الديوان أو الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة أما الخطة فهي الحي الذي يخطط في المدينة ثم ينشأ وتبنى به المنازل والبيوت ليسكنه الناس إذن فالخطة هي الدواوين أما الخطة فهي الأحيان ومنصد صاحب البريد من المناصب المهمة في الدولة دولة الأموية كان من أهم المناصب بها منصد صاحب البريد فعن طريق صاحب البريد تتم متابعة أخبار الولايات الإسلامية وإرسال أوامر الخليفة إلى ولاته وعماله في الولايات وأول من أدخل نظام البريد في الدولة الإسلامية الخليفة الأموي الأول معاوية بالنبي سوفيار رضي الله عنه ثم في عهد عبد الملك النظام أيث كانت فتن في كل مكان كانت الحاجة ماستة لتطوير نظام البريد فأصبح البريد أكثر فعالية وتنظيمة نعم ومن أهم الأجهزة الرسمية في الدولة الأموية المؤسسة العسكرية أو الجيش فالجيش عماد الدولة الإسلامية فكرة الجيش أيها الأخوة تقوم على مبدأ الجهاد في سبيل الله ولذلك تسحت مساحة الدولة الإسلامية في الدولة الأموية الكبيرة تسعت بسبب السحات الإسلامية التي كانت تقوم كما قلنا على مبدأ الجهاد في سبيل الله ولعلكم لاحظتم أن أبناء الخلفاء الأمويين وأخوة الخلفاء كانوا على رأس جيوش المجاهدين والجيش في الدولة الأموية مشكل في معظمه من القبائل العربية وإن كان بعد ذلك شارك فيه الموالي من الذين دخلوا في الإسلام ولكن مادته وجوهره وأساسه هو القبائل العربي ولأهمية الجيش كان هناك ديوان الجند أو وزارة الدفاع ومهمة هذا الديوان هو إحصاء الجند والإنفاق عليهم وإعطائهم المرتبات أو العطاء والإنفاق على أسرهم والإنفاق على تجهيز الجيوش وكانت الدولة الأموية أيها الأخوة تطبق نظام التجنيد الألزامي وكيفية هذا النظام أن القادرين على القتال يزاولون حياتهم اليومية ولكن عندما يعلن النفير يلتحقون بوحداتهم العسكرية كل وحدة عليها قائد وهو يعرف رجال وحدته يعرف متى استدعيهم وأين يجدهم والويل لمن يتخلف عندما يحين وقت الحروج إلى القتال ولكي نختم الكلام عن هذه النبذة البسيطة لابد لنا أن نتكلم عن الموارد المالية للدولة الموارد المالية يمكن إجمالها في بعض المصادر وهي ما يتم تحصيله في كل عام من الخراج على الأراضي الزراعية وهذا يقدره جبات الأموال الخراج يقدره جبات العمال الجباهية لهم خبرة في تقدير محصول الحقل أو الأرض الزراعية وبالتالي يقومون بتحديد نسبة ما يفرض طبقاً لوفرة المحصول والخراج أيضاً يأخذ من ما يستخرج من المعاد من الأرض ولكن هذا الباب ليس دقيقاً مثل الذي يأخذ من المحاصيل الزراعية ما يستخرج بأرض من المعادن وغيرها ليس بدقة المحاصيل الزراعية طبعاً هناك الزكاة التي كانت تأخذ من الأنعام من بقر وعبل وشاتن وماعز ويأخذونها في كل حول زكاة تأخذ في كل حول كل سنة إذا حال عليها الحول أما زكاة الأموال وكان هناك طبعاً من الصاب كما تعرفون أما زكاة الأموال والذهب والفضة فيخرجها المسلم ويصرفها على من يستحقها بنعرفته وأيضاً من ضمن المصادر المالية للدولة يعني تعرفون في الدولة الإسلامية عندما كانت قوية الجزية الجزية كانت من ضمن المصادر المالية للدولة وهي تأخذ من أهل الذمة تأخذ منهم مرة واحدة تأخذ من العقلاء الأحرار البالغين من الذكور نظير الحماية والأمن الذي يتمتعون به في ظل الدولة الإسلامية في أيام سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من أغنياء أهل الذمة ثمانية وأربعين درهماً ومن متوسط الحال يأخذون منهم أربعة وعشرين درهم ومن فقرائهم إثمي عشر درهم كانت تأخذ منهم ومن المصادر المالية للدولة أيضاً نعم إثمي عشر درهم كانت تأخذ نعم من الفقراء كان الفقير مثل المتوسط الحال مثل الغني طبعاً فيه تميز لا شك فيها أيضاً من المصادر المالية دولة أيضاً إرث من يموت ولا وارث له وهذا طبعاً أو يؤلمي رافح لبيت المال ولكن هذه حالات نادرة نعم كل هذه الأبواب شرعية ولكن هناك المكوس جمع مكس وهي ضرائب إضافية تفضها الدولة وليس لها هذه المكوس أي أساس شرعي وتجبى مع هلال الشهر العربي ولذلك تسمى المال الهلالي لماذا تلجأ الدولة إلى المكوس يتم فرض المكوس بسبب نقص الموارد المالية في بيتنا موارد الدولة الأموية حائلة يخالي ولكن بسبب الإصراف وبسبب ما نسميه في أيامنا هذه بالفساد الإداري يحدث الخلل في الموارد المالية في الدولة لما تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة أو الملك عزل هذا طبعا نعم هذه تكلمنا عنها ويعني من أوائل الأمور التي صنعها سليمان بن عبد الملك لما تولى الخلافة قام بعزل عثمان بن حيان المري على المدينة المنورة وقلنا بأن عثمان بن حيان هذا المري كان من الولاق القسات ظلم فعزله على المدينة المنورة ونصب في مكانه جعل من من أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزن الخزرج الأنصاري واليا على المدينة وعزل أيضا يزيد بن أبي مسلم عن العراق وعين يزيد بن مهلب وأرسل معه صالح بن عبد الرحمن مولى بني تميم ليتولى شؤون الخراج وأمر صالح بأن يعذب آل أبي عقيم وهم جماعة الحجاج بن يوسف افتقى قتيب بن مسلم عرف أن سليم سليمان بن عبد الملك سوف لن يتوف لأنه وافق الوليد بن عبد الملك في البيعة لابنه عبد العزيز بن الوليد على خلق سليمان ولذلك قرر أن يخلع الخليفة معتمدا على ما عنده من قوات كبيرة وقوية ومدربة طبعا فيها تفصيلات أيضا لكن نحن نختصر في بعض الواقع فقام قتيب وجمع الناس وخطبهم وقال لهم بأنه خطب فيهم خطبة وقال لهم بأنه خلع الخليفة خلعت الخليفة مو على كيف الناس معطين بيح فلم يوافقوا ما وافقوا فقضب عليهم وأخذ يحتمهم بعبارات استفزازية فعزموا على قتل كيف عشرات الآلاف من الجنود وقبائل تجي تشتمها وتفزئها وما يعني ما يصبح عزموا على قتل وهذا ما حدث بالفعل والذي تولى ذلك هو وكيع ابن حسان ابن أبي سود التميمي الذي تكلمنا عنه في معركة بخارة إذا تذكروا دخلوا عليه في فصاته وقتلوه تافع عنه عن قتيبة قلة كانوا معه ولكنهم لم يغنوا عنه شيئا وقتل مع قتيبة أخوته عبد الرحمن وعبد الله وصالح وعبد الكريم وحسين وقتل ابنه كثير ابن قتيبة وأيضا جماعة من أقاربه ولكن ضرار ابن مسلم حماه أخوالهم بني تميم لم يقتلوه لأن أمه هي غراء بن ضرار ابن القعقاء ابن معبد ابن ذرارة التميم نعم كان قد حدث لماذا هذه؟ لكيف يقتل هكذا طبعا كان قد حدث خلاف الحطير بين قتيبة بن مسلم ووكيع بن حسان ابن أبي سود التميمي وسبب ذلك أن قتيبة بن مسلم أراد قبل أن يذهب للغزو من مقر إقامته في مرع عاصمة فرسان أن يستخلف عبد الله بن أهتم والأهتم هو سنان بن سمي من بني منقر ابن عبيد بن مقاعس ابن عمر بن كعب بن سعد ابن ذيد بنات بن السميم فأتاه بشير ابن صفان ابن عمر ابن الأحثى وهو ابن عم عبد الله ابن عبد الله وقال لقتيبة لا تستخلفه لأنه سوف ينقلب عليك لم يستمع له قتيبة وقال له انك حسدت ابن عمك قال له بشير ابن صفان اذكر قولي وقبل عذري ان فعل لا تأثيني بعد أن يخرج عليك وتقول انت شريك وتأخذني بذنب ابن عمي أنا أحذرت وأنت لم تستمع لما خرج قتيبة للجهاد أخر عبد الله ابن عبد الله يكتب إلى الحجاج يذن قتيبة ويطلب منه أن يوليه مكانه فعلم قتيبة بذلك وجمع بني كميم وأخبرهم بما يصنع عبد الله وعرف عبد الله بأن قتيبة لا بد أن يقتله فهرب إلى مكران ومنها إلى عمان ثم إلى مكة بالمدينة وعاش في المدينة متنكرا وكتب قتيبة إلى الحجاج بأن عبد الله بن عبد الله قد نهذ بيت مال الفرسان وهرب فكتب الحجاج إلى الوليد ابن عبد الملك وهكذا أصبح عبد الله طريدا يلاحقه رجال الدولة ولكنهم لم يتوصلوا إليه بسبب حذره الشديد كان حذرا وكان يتنكر فلم يتعرفوا عنه ما توصله قام قتيبة بن مسلم الباهلي بقتل اثنين من أبناء عبد الله بن عبد الله وقتل كذلك بشير بن صفوان الذي كان قد حذره من إخلاف عبد الله وقتل كذلك ابنا لبشير وقتل أيضا جماعة معهم وكان قتيبة بن مسلم قد أرسل في طلب وكيع بن حسان بن أبي سود وهريم بن أبي طحمة المجاشر التميمي وفي أثناء مرورهما بالسوق للذهاب إلى قتيبة شاهد جثة بشير بن صفوان مطروحة بالسوق في حالة مزرية مقطوعة اليدين والرجلين وقد ضربت عنقه فلما دخل على قتيبة قال له يا وكيع ألم ترى ما فعلته ببشير بن صفوان وكان قتيبة يظن أن وكيع سوف يسرق بذلك بسبب المنافسة على رئاسة وزعامة بني تميم في تلك البلاد في خراسة بشير بن صفوان من بني سعد بن زيد بنات بن تميم ووكيع بن حسان من بني غدانة بن يربوع بن حنظل بن مالك بن زيد بنات بن تميم ولكن وكيع رد على قتيبة قائلا إن ما بيني وبين بشير بن صفوان ما تبلغ حقوبته ما رأيته فلما سمع قتيبة ما قال وكيع غضب غضوا شديدا وكان قتيبة بن مسلم أيها الأخوة قتيبة بن مسلم من باهلي هذا الفاتح الكبير والقائد الشحير كان من الجبابرة الطغاة ولما خرج وكيع بن حسان من المجلس ظل قتيبة ينظر إليه حتى غاب عن ناظريه فثبعه حريم بن أبي الطحمة وقال له إنك لا تدع جفاءك أبدا لحقه وقال له ذلك خاف عليه قال له إنك لا تدع جفاءك أبدا تعمد إلى جبار يقطر سيفه دما فتكلمه بمثل ما كلمته حتى تربد وجهه تربدا خفته عليك وحتى قلت بأنه سيأمر بقتلك فقال له وكيع ابن حسان ابن أبي سود ووكيع هذا شجاع أرعى أرعى أهوج لا يهاب شيئا نحن رأيناه في معركة غفارة مالصنا قال له هريم لا تخشى أن يقتلني فأنا والله أقتله أقسى فأنا والله أقتله فقتيبة بن مسلم كان قد أمر بعزل وكيع ابن حسان عن زعامة بني تميم ممن هم في جيشه في خراسان ونصب مكانه ضرار بن حسين ابن زيد الفوارس الضبي بن تميم الذين كانوا في خراسان أو في الجيش هذا مع قتيبة بن مسلم بن تميم يقدرون بعشرة آلاف مقاتل والأزد عشرة آلاف ومن أهل العالية آلية البصرة تسعة آلاف أهل العالية هم من قبائل شتى من قريش وكنانة وبجيلة وخفعم وجميع قبائل قيس عيلان ومزينة هؤلاء يسمونهم أهل العالية وكان أيضا معه من أهل الكوفة سبعة آلاف ومن بكر بن وائل سبعة آلاف ومن بني عبد القيس أربعة آلاف ومن الموالي سبعة آلاف جيش كبير جيش قتيبة بن مسلم هذه الأحداث أيها الأخوة حدثت بعد أن عزم قتيبة على خلع الخليفة سليمان بن عبد الملك ولذلك لما رجع هذا القبلي الأرعن وكيع بن حسان بن أبي سود الغداني التميمي إلى قومه لم يصرش انظروا إلى الله قبلية أيها الأخوة هذه عصبية قبلية فتنة كيف يقول عنه رسول صلى الله عليه وسلم قلنا منتنا انظروا أيها الأخوة من الغضب الشديد هذا وكيع ونحن أيها الأخوة الآن ونحن في القبن الهجر الأول لما رجع وكيع إلى قومه بن تميم لم يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب آتت الصلاة ما صلىه جالس إنه تصلي وهو جالس فلما قالوا له ألا تصلي يا أبا المطرف يلقب بأبا المطرف هذا لقب ترى عبد الرحمن الداخل ألا تصلي يا أبا المطرف المطرف متطرف يا أبا المطرف أبا المطرف الظهر والعصر والمغرب تخرج فوتك الصلاة من جالس في السبب ألا تصلي يا أبا المطرف وهل وما أصنع بالصلاة لا حول ولا قوة وما أصنع بالصلاة وقد قتل من بني الأهتم من قتل لا يغضب لهم أحد لا من في الأرض ولا من في الثمان هذا كفر ولا حول ولا قوة وإن كان غضانا يعني كلام حديد ما يقال ألا تصلي يا أبا المطرف وما أصنع بالصلاة وقد قتل من بني الأهتم من قتل لا يغضب لهم أحد لا من في الأرض لا من في الثمان هذا كلام خطير وبذلك عز محمد الناس واشتعل في فتنة وقرروا أن يقتلوا قتيبة الذي هم بقتل رؤسائهم لأنهم لم يوافقوه على خلف الخليفة سليمان عبد ولما ظهرت فوادر الثورة قال نهار ابن توسعة ابن تميم بن عرفجة وهو ابن بني تيم الله بن فعلبة ابن عكاب بن صعب بن علي ابن بكر بن وائل نهار ابن توسع البكري قال قصيدة يحذر بها قتيبة المسلم قال له تنمر وشمر يا قتيبة ابن مسلمي فإن تميما ظالم وابن ظالم ولا تأمنن السائرين ولا تنم فإن أخى الهيجاء ليس بنائمي ولا تثقن بالأزد فالغدر منهم وبكر فمنهم مستحل المحارم وإني لأخشى يا قتيب عليكم معرة يوم مثل يوم ابن خازي يحرضه وينده ويحذره لكنه كما قلنا شاعر ثم حدثت ثورة على قتيبة وقتلوه ومن معه وفي هذه الحادثة يقول فرزدق وهو مجاشعي بني تميم من ضمن قصيدة طويلة له يفتخر طبعا من قام بقتله هو وكيع بن حسان بن أبي سود الغداني بني ربوع تميم فقال الفرزدق أتاني ورحلي بالمدينة وقعة لآل تميم أقعدت كل قائم كأن رؤوس الناس إذ سمعوا بها مدمغة هاماتهم بالأمائم فدى لثيوف من تميم وفى بها رداء وجلت عن وجوه الأهاتم شفين حزازات النفوس ولم تدع علينا مقالا في وفاء للائم فإن تكو قيس في قتيبة أغضبت فلا عطفت إلا بأجدع راغم وما كان إلا باهليا مجدعا طغى فسقيناه بكأس ابن خازم وما منهما إلا بعثنا برأسه إلى الشام فوق الشاحجات فرزدق لا شك شاعر ويفتخر لأن المقتول هو قتيبة من قيس طبعا القيس علان ومن قتله قنبن تميم بعد مقتل قتيبة ابن مسلم الباهلي تولى الأمر وكيع ابن حسان وكان أحمقا هذا وكيع الذي فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب أحمقا جعلوه أميرا عليهم جاءوا له برجل أشرب الخمر فأمر بقتله أقتله فقالوا له ليس عليه القتل إنما عليه الحج فقال لا أعاقب بالسياط إنما أعاقب بالسيط فقال الله فقال لنهار ابن سوسع وكنا نبكي من الباهلي فهذا الغداني شر وشر نعم لما بلغت سليمان بن عبد الملك هذه الأنباء وظن أن وكيع ومن معه قد خرجوا على الخليفة ولم يهدأ سليمان بن عبد الملك إلا لما وصلته طاعة وكيع وفي سنة ست وتسعين عزل سليمان بن عبد الملك خالد بن عبد الله القسري ونصب مكانه طلحة بن داود الحضرمي وكان يزيد بن مهلب على العراق وعلى الجند في خراسان وكيع بن حسان وكانت مدة تولي وكيع للأمر فيها بسعة أشهر أو أشرة حتى قدم يزيد بن مهلب في سنة سبع وتسعين أميرا على خراسان وكانت غزوات المسلمين أيها الأخوة على الروم مستمرة في السنة التي تنتها وهي سنة سبع وتسعين وكان ذلك في حكم الامبراطور البيزنطي فيودوسيوس الثالث فيودوسيوس الثالث إذا جهز الخليفة الحملة الكبيرة لغزو الخطنطينية وكذلك ركب عمر بن هبيرة الفزاري البحر لغزو الروم وفي هذه السنة حج الخليفة فما سبق وحج غيره من الخلفاء يعني لابد للخليفة أن يذهب موسم أو موسمين للحج نحن شاهدنا الوليد بن عبد الملك عندما حج تفقد عبارة المسجد النبوي في المدينة بعد أن فرغ بن حج ولما دخل المسجد ووجد سعيد بن مسيب وكذلك حج عبد الملك فكانوا يحجون يحرصون على الحج في أثناء خلافتهم نعم الخليفة سليمان لما عاد الحج أمر بعزل طلح بن زاود الحضرمي عن إمارة مكة المكرمة ونصب عبد العزيز ابن عبد الله ابن خالد ابن أسيد ابن أبي العيص ابن أمية ابن عبد الشمس الأعياص في بني أمية لا تذكرون العاص وأبو العاص والعيص وأبي العيص أبناء أمية ابن عبد الشمس الأعياص يسمونهم هاولا في سنة 98 فار مسلمة ابن عبد الملك قائد من قبل يقود جيش كبير من قبل أخيه سليمان عبد الملك يقود حملة كبيرة على القسطنطينية الحملة الشهيرة هذه وفي هذه السنة أيضا تولى الحكم في بلاد الغوم الإمبراطور ليو الثالث الأي سوري يسميه العرب اليون ليو يسمونها اليون طبعا تحرف الأسماء واستمر حكم ليو الثالث الأي سوري إلى أواخر أحد الخليفة الأموي العاشر حشام دعبد الملك وتوفي ليو الثالث كما قلنا في سنة في أواخر عهد يعني قرابة عهد أواخر عهد حشام دعبد الملك الخليفة الأموي العاشر ليو الأي سوري توفي في أواخر سنة 24 ومئة وكان الخليفة قد أمر أخاه مسلم بأن يبقى مرابطا في بلاد الروم فرابط حول قسطنطينية وأخذ يشن الغارات على الروم موقعا الرعب في قلوبهم ولكن متاعب حطيرة واجهتهم بسبب النقص الخطير في مؤنهم وكذلك صعوبة الطقس الشتاء حيث البرد الشديد وفلج الصقيق كما تعرفون في تلك البلاد فأنا أيها الأخوة أريد أن أتكلم بنبذة صغيرة عن جهاد المسلمين في المغرب والعندلس جهادهم في المغرب والعندلس في الدولة الأموية الكبيرة دولة الشحات الأحلامية نقول في السنة العشرين من الهجرة كما تعرفون اكتمل فتح مصر على أجزة طحاب الجليل والفاتحة الكبيرة عمرو بن العاصر رضي الله ولما تم له ذلك أرسل جيشا يقوده ابن خالته ويقال بل أخوه لأمه عقبة بن نافع الفهري وعقبة بن نافع هو عقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن ضرب بن الحارث بن فهر وهذا يعني أنه قرشي فهري جيش عقبة بن نافع اتجه غربا وافتتح زويلة وبرقة وكان المغرب في ذلك الوقت خاضعا للدولة البيزنطية أو الامبراطورية الرومانية الشرقية وبه غالبية من قبائل البربر وأيها الأخوة أنا مع الرأي الذي يقول بأن البربر من أصول عربية من أصول حميرية قحطانية وبالتحديد طبعا قبائل الصنهاجة وكتامة أنا مع الرأي الذي يقول ذلك ربما الكثير من المؤرخين الكبار وعلماء الأنساب لهم آراء ربما أخرى لكن أنا مع الرأي الذي يقول بأن أخواننا البربر من أصول عربية نعم المسلمون يقاتلون الروم في الجبهة الشرقية وتنطلق جيوشهم من الشام ثم يقاتلون الروم من الجبهة الغربية في المغرب ولأداء هذه المهمة تنطلق جيوشهم من مصر ثم هناك الجيوش التي تنطلق من خراسان ويأتيها المدد من عراق وهذه الجيوش تجاهد في سبيل الله في البلاد الفارسية أو ما تبقى منها وفلاد موراء النهر والتركستان نعم إذن عقبه بن نافع بعد أن فتح الزويلة وبرقه توقف فلحق به عمر بن العاصرة للحن الذي سار بعد ذلك ففتح طرابل السنة الثالثة والعشرين ثم كتب إلى الفارق عمر رضي الله عنه يستأذنه في مواصلة الزحف غربا الزحف في جهة الغرب ولكنه رضي الله عنه لم يأذن له خشية منه وإشفاقا على المسلمين بلاد هذه مجهولة وكبيرة خشية على المسلمين رضي الله عنه لما توفي الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن غدره الخبيث أبو لؤلؤ فيروز المجوسي في سنة الثلاثة وعشرين وخلفه ذنورين عثمان بن عصفار رضي الله عنه وقام عثمان في السنة التالية بعزل عمر بن العاصر رضي الله عنه وولى على مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح وعبد الله بن سعد عامري قرشي من بني عامر بن لؤي القرشيين وبعد ترد شديد وخشية منه على المسلمين أذن الخليفة رضي الله عنه لابن أبي سرح بغزو إفريقي وأثريقي هي تونس وكان في جيش الغزو كثير من الصحاب رضي الله عليه وفدوا عليه من المدينة للجهاد في السبيل الله وفي هذه الحملة الكبيرة هزموا البطريق الرومي غريجوريوس وقتلوه فمنه جرجيل هو غريجوريوس فالبطريق الرومي غريجوريوس قتلوه قتله الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام وعن أبيه الزبير وكانت هذه المعركة هي معركة سبيطلة في سنة ثمان وثلاثين وفي أثناء أحداث الفتنة الكبرى عاد عمر بن العاص أميرا على مصر وأخذ يرسل الجيوش لقتال الأعداء لأن ما افتتحوا المسلمون في الفترة السابقة ضاع منهم بسبب انشغالهم بأحداث الفتنة التي جرت فتنة الكبرى ولذلك لما عاد عمر بن العاص رضي الله عنه أميرا على مصر أرسل الجيوش لقتالهم وفي سنة الثلاثة واربعين توفي عمر بن العاص رضي الله عنه فقام معاوية بن أبي سبيع رضي الله عنه بتنصيب صحابي الجليل عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه من قبيلة جهينة أينه أميرا على مصر وقام أمير مصر عقبة بن عامر بتنصيب الصحابي الجليل معاوية ابن حديج السكوني الكندي رضي الله عنه أميرا على جيش إفريق في سنة الخمس واربعين سار معاوية بن حديج رضي الله عنه على رأس جيش كبير جدا ضم الكثير من الصحابة رضي الله عنه عليهم منهم عبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن زبير وكان معهم كذلك عبد الملك بن مران وافتتحوا الكثير من المدن مثل سوسة وبنزرت وكذلك غزت أساطين ابن حديج رضي الله عنه جزيرة صغلية ولكن الخليفة في سنة 48 قام بعزله وعين في مكانه عقبة بن نافع الفهري وبقى أميرا على تلك البلاد لمدة 7 سنين بنى خلالها مدينة القيروان كل هذه التفاصيل لا تذكرون تكلمنا عنها في التاريخ السياسي للمغرب والأندر نعم قبل ذلك ثم إن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنها قام بعزله عزل عقبة بن نافع الفهري وكان والي مصر في تلك الفترة الصحابي الجليل مسلمة بن مخلد بن الصامت الخزرجي الأنطاري رضي الله عنه فأضاف إليه ولاية إفريقيا فقام مسلمة بدوره بإرسال أبي المهاجر دينار مولاه أرسله نائبا عنه على إفريقيا وقام بقتال البربر الذين كانوا قد تحالفوا مع البيزنطيين وبقى أيضا لمدة سبع سنين ثم عزل ونصب في مكانه عقبة بن نافع نائبا على إفريقيا وكان ذلك في ولاية يزيد بن معاوية نحن نحن لما وصل عقبة بن نافع إلى أفريقيا وكان في جيشه خمسة وعشرون صحابيا جليلا رضي الله عنهم يريدون الجهاد انظروا يعني يخرجون من المدينة المنورة إلى تلك الأماكن البعيدة حتى يجاهدون عقبة بن نافع في ولايته الثانية لم تكن بأسته محفقة ولم يكن سياسيا في تعامله مع البر قام بإهانة كسيلة بن لمزم زعيم قبيلة أوربة وهيروني قبائل بربر برانس قبيلة قوية جعله يسلخ الغنم المذبوحة وهم يسخرون منه كان يأخذ الدم ويصبض به لحيته يضعه على لحيته هم يضحكون ولماذا تصنع ذلك يا بربري قال هذا جيد للحية ثم أن هذا الفاتح الكبير عقبة بن نافع سار على رأس جيش مكون من خمسة عشر ألف مقاتل سار يفتتح المدن في بلاد المغرب أيها الأخوة وتوغل في جهة الغرب حتى وصل مدينة طنجة على المحيط الأطلسي والله أمر عظيم أيها يسير انظروا يعني أنتوا لو تتخيلوا الخريقة فقط يعني من أين سار هذا من مصر من مصر يقطع ليبيا ثم تونس فالجزائر فالمغرب كاملا حتى يصل إلى طنجة على المحيط الأطلسي أو بحر الظلمات كما يسمونه في تلك الأيام ثم خاض هذا المجاهد المسلم والبطل الكبير خاض المحيط بفرسه ثم رفع رأسه إلى السماء وقال عبارته الرائعة التي يذكرون أيها الأخوة قال اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود ولولا هذا البحر مضيت في البلاد يقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد سواك لا شك كلمات رائعة أيها الأخوة هذه كلمات رائعة وليست كلمات تقال على منبر ولا في درس مثل ما نقول الحين على فرسه يجاهد حرج أيها الأخوة قاطعا هذه المسافات آلاف الكيلومترات أراضي خطرة قبائل شرسة اقتطع كل ذلك أخضع هذه المدن حتى وصل إلى بحر الظلمات إلى المحيط الأطلسي ثم يحوض البحر المحيط بفرسه حتى وصل الماء إلى نحر الفرس فماذا يصنع رفع هذا التابعي الجليل رأسه إلى السماء وقال هذه الكلمات الرائعة اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد سواك نعم ما يعبد ما فيه جهات جهات هذا الجهات ولأمر خليفة ما فيه بعد يعني سؤال فماذا شنه تمضيرات خليفة ولأمر ونشر كلمة لا إله إلا الله ما فيه على كل حال عقب بالنافع لما وصل هناك في طنجة وصلته أنباء مزعجة عن اضطرابات في القراغان فأرسل قسما كبيرا من الجيش إلى القراغان لكي يواجه هذه الاضطرابات وبقى بخمسة آلاف مقاتل وسار وراء الذين سلقوا وفي مكان بالقرب من تهوذة بالمغرب الأوسط أو الجزائر الحالية تواجهوا مع جيش كبير من البربر والبيزنطيين يقارب في عدده الخمسين ألف جيش كبير يقودهم كسيلة ابن لمزم ودارت معركة كبيرة هزم بها عقبا ومن معه وقتل عقبا وقتل أبو المهاجر دينا وقتل معظم الجيش وأسر البقية ثم دحف البربر على القراغان ودخلوها في المحرم من سنة 64 وكان المسلمون بقيادة زهير بن قيس البلوي قد انسحبوا منها من القراغان ثم في سنة 69 عاد زهير بن قيس البلوي على رأس جيش كبير بعد أن جاءه المدد من عبد الملك بن مروان وفي مكان بالقرب من القراغان في جنوبها اسمه ممس دارت مواجهة كبيرة وكذم البربر وروم البيزنطيون وقتل كسيل بن لمزم ثم وفي أثناء عودة زهير بن قيس البلوي مع جيشه فاجأهم جيش من الروم البيزنطيين وحزموهم وقتل زهير بن قيس الآن بسبب انشغال عبد الملك بن مروان في قتال الخارجين عليه دخلت المغرب في فتن كثيرة وخطيرة ولكن لما استثبت الأمور لعبد الملك أرسل جيشا كبيرا وقدر بأربعين ألف مقاتل عليهم حسان بن عمان الغساني فتمكن حسان من إلحاء هزيمة كبيرة بالروم البيزنطيين ثم استطاع وبعد مواجهات كثيرة من هزيمة البربر البتر وقتل زعيمتهم القوية الكاهنة وكان ذلك في سنة 82 ثم استولى بعد ذلك على قرطى جنة وبالقرب منها بنى مدينة تونس بنوا القيروان وبنوا تونس نعم وفي سنة 85 عزل أمير مصر أمير مصر في ذلك الوقت عبد العزيز بن أرغان عزل في سنة 85 حسان بن نعمان عن مولاية المغرب وولى مكانه موسى بن نصير اللحمي لحمي بالولاء من موالي بني لحم وهو من التابعين ولد في سنة 19 من الهجرة وتوفي في سنة 97 استطاع موسى بن نصير أن يخدع المغرب بسيطرته وذلك عن طريق تسفير الحملات العسكرية لقتال البربر الذين كانت ثوراتهم كثيرة لا تنطف ما تكاد تنطفئ واحدة إلا وتبدأ الثاني ولم تخرج عن يده إلى مدينة سبتة الساحلية وكانت مدينة في غاية الحصان وكان أميرها هو يوليان القائد القوطي النصراني من القوط الغربيين هنا طبعا أمر موسى بن نصير طارق بن الجياد وطارق من البربر من قبيلة نفزة ومعه 17 رجلا من العرب أمرهم في البقاء في طنجة ليعلم البربر القرآن والشريعة الإسلام استغل طارق بن زياد القرآبات في بلاد الأندلس التي يحكمها القوط الغربيون كما قلنا وكان يوليان حاكم سبتة على خلاف مع ملك القوط رودريغو فحسن لطارق انتهاز الفرصة وغزو الأندلس فكتب طارق إلى سيده موسى بن نصير الذي يقيم في القرآبان بحذه الفكرة فقام موسى بالكتابة إلى الخليفة في دمشق والخليفة في ذلك الوقت هو الخليفة الأموي السادس الوليد بن عبد الملك ولكن الوليد طلب منه أن يرسل قوة تستكشف الأوضاع في بلاد الأندلس ففعلوا لها وأرسلت هذه القوة المكونة من خمسمائة رجل بقيادة طريف بن مالك وركبوا سفن عدها لهم يوليان ونزلوا في البر الأندلسي في جزيرة لاس بالوماس إلى الآن بهذا الاسم التي عرفت بعد ذلك باسم جزيرة الطريف وكان ذلك في رمضان من سنة احتوى السنة أيها الأخوة نحن نريد أن نتوقف هنا وإن شاء الله يعني نكمل معكم في الدرس القادم الدرس السادس عشر أو اللقاء السادس عشر وأشكركم الحقيقة على صبركم وعلى حسن استماعكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب المنظارك هذا اللقاء من لقاءاتنا في الكلام عن التاريخ السياسي للدولة الأموية ونحن أيها الأخوة في اللقاء السادس عشر نحن في الدرس السادس عشر من هذه السلسلة في التاريخ السياسي للدولة الأموية ونتكلم قبل أن نبدأ في الكلام عما توقفنا عنده في المرة ماضية تكلمنا توقفنا عند حملة طريف المالك عندما نزل في البر الأندلسي ولكن ابتدأنا الحلقة الماضية نذكركم ابتدأناها بالكلام عن وفاة طاغية الجبار حجاج بن يوسف الثقفي الذي هلك بعد ما يقارب كما قلنا الأربعين يوما على قتله لسعيد بن جبير ثابعي الكبير وقتله في شعبان من سنة 95 وكانت وفاة الحجاج بن يوسف الثقفي في رمضان من سنة 95 تكلمنا عن سيرة الحجاج وعن رأي بعض العلماء فيه طبعا تكلم عنه الكثير لكن اكتفينا ربما بما قال عنه الإمام الذهبي وفي جمادة الآخرة من سنة 96 توفي الخليفة الأموي تكلمنا عن وفاة الخليفة الأموي السادس الوليد عبد الملك وهذا الخليفة القوي الجبار من أقوى الخلفاء الأمويين بعد الخلفاء الأقوياء يعدون منهم وكان يلحن في الكلام قال يوما يا أهل المدينة بدلا من أن يقول طبعا يا أهل المدينة وذكر المؤرخون لأنه قرأ يوما وهو على المنبر يا ليتها كانت القاضية وتحت المنبر عمر بن عبد العزيز وسليمان بن عبد الملك فقال سليمان وددتها والله يعني وددتها كانت القاضية كيف يعني يلحن في القرآن الكريم ما يعرف ينطق هذه الآية وتكلمنا أيضا عن جهاد قتيبة بن مسلم في بلاد الترك وقلنا وصل حتى إلى أطراف الصين لما طبعا أبر بقسمه عندما أهضره له التراب لكي يطأه في صحاف من ذهب وأربعة من أبناء الملوك ختمهم وأعطوه الجزية نعم حتى رجع عنهم وتكلمنا أيضا عن تولي سليمان بن عبد الملك الخلافة وذكرنا نبذة قصيرة عن النظم الإدارية والمالية والعسكرية ونظم القضاء والبريد في الدولة الأموية وتكلمنا عن الكاتب والقاضي والبريد والشرطة والجيش والإرادات قلنا أنها الخراج والزكاة والجزية ثم تكلمنا أيضا أيها الأخوة عن مقتل قتيبة بن مسلم الباهلي ثار عليه الجيش لما أراد أن أو لما خلع سليمان بن عبد الملك فأبى المسلمون وثاروا عليه بسبب بطشه وقتله لبني ثميم ثار عليه وكيع بن حسان بن أبي سود الغداني الثميمي ثم تكلمنا عن جهاد المسلمين في المغرب وتوقفنا إذا تذكرون عند الحملة التي أرسلت لاستكشاف الأرضاع في بلاد الأندلس وكانت قوة أو كتيبة أو جيش مكوم من خمسمائة رجل يقوده طريف بن مالك ركبوا في سفن الكون تيوليان ونزلوا في الأندلس في جزيرة لاستالوماس التي قلنا سميت بعد ذلك باسم جزيرة الطريف وكان ذلك في رمضان من سنة إحدى وتسين أنا أعتبر هذه يعني إذا قوة الآن ذهبت ونزلت في رمضان من سنة واحدة إن قلنا ذلك بداية تواجد المسلمين في الأندلس هذا تستطيع أن تعتبر يعني خمسمائة مسلم نزلوا بقيامة قائد مسلم واستكشفوا الوضع وفي ناس يقولون لا هي حملة طارق على كل حال هذه بداية الفتح وبداية الخير يعني ذهبت هذه الكتيبة وعادت غانمة سالمة بالأخبار الطيبة التي يعني هذه الكتيبة تخيلوا لو تعرضت مثلا لهزيمة أو لهجوم ما كان يتم فتح الأندلس ربما يتأخر لأن الخليفة ويخشى على المسلمين من هذه البلاد لما كتبوا إلى الوليد كما تذكرون بعد الملك كتبوا له فكرة خزو الأندلس طلب منهم أن يرسلوا قوة استكشافية لتستكشف الأوضاع فهذه الحملة نجحت وعادوا بالأخبار هذه الحملة يهلخوا الاستكشافية كانت ناجحة بميع المقاييس فلما عادوا بالأخبار المبشرة المطمئنة جهز موسى بن نصير حملة عسكرية أكبر من حملة الطريف بن مالك وأمر طارق بن زياد بقيادتها طارق بن زياد الفاتح المسلم البربري الكبير من البربر أخواننا المسلمين طارق نقول إحنا هذا جيش حربي لا مو جيش حربي نعطي كل الناس نعطيهم حقهم صلاح الدين كردي مسلم أكراد لعبوا دورا كبيرا في التصدي الحروب الصليبية السلاجقة كانوا أتراك لعبوا دورا كبيرا في جهاد البيزنطيين روم البيزنطيين دولة آلزنكي أتراك أيضا هؤلاء أخواننا البربر أيضا كان لهم دورا كبير في فتح عن در نعم طارق بن زياد كما سبق وقلنا لكم من قبيلة نفزة وكان طارق بن زياد نفزة في قبيلة بربرية وكان طارق بن زياد أو الأمازيغ ربما يزعلون علينا يقولون لماذا لا تقول الأمازيغ الأمازيغ ولا البربر أنتم عزيزين علينا كلنا مسلمون إن شاء الله كلنا من المسلمين وأنتم إخوة لنا عزاء كما جميع الأمم الإسلامية جميع الشعوب الإسلامية عزيزة علينا نعم هذه عقيدتنا يا أخوان لا فرق لأبيض على أسود ولا لعربي على عجمي المقياس هو التقوى نعم كان لإخواننا البربر جهاد عظيم ودور عظيم في فتح الأندرس نعم طارق بن زهاد من قبيلة نفسه وطارق في الأساس كان من تبي البربر أسلم على يد موسى بن نصير ثم أصبح بعد ذلك من أقرب المقربين إلى موسى بن نصير جهزه على رأس حملة مكونة مما يقال بسبعة ألاف مقاتل من البربر وكان معهم إثنى عشر عربيا فقط وقيل بل ثلاثمائة عربيا على كل حال إذن هي حملة معظمها من أخواننا المسلمين من البربر حملة إسلامية ما يقال عربية ولا بربرية ولا كردية ولا تركية إنما هذه حملة إسلامية لنشر الإسلام لنشر كلمة لا إله إلا الله هؤلاء ركبوا سفن الكونت وليان وعبرت سفن مضيق ونزلوا في سفح جبل كالبي جبل كالبي الذي عرف بعد ذلك بجبل طارق وكان ذلك في رجب من سنة 92 إذن هذا تاريخ رجب 92 عندما نزل طارق بهذا الجيش أو رمضان سنة 91 كلاهما نحن نعتبره إن شاء الله تلك بشارة فتح الأندلس حملة طريفة من مالك وهذه هي الحملة التي دخلت الأندلس لكي تقاتل وتجاهد فيها طول تلك الفترة ولم ينقطع موسى بن نصير عن الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه والبكاء من أجل أن ينصر المسلمين نعم أيها الأخوة حسب طارق ولم يحسب طارق هذا الكلام الفاضي والنظريات الفارقة كان يبكي موسى بن نصير ويدعو ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين جهاد أيها الأخوة جهاد روح الجهاد في ذلك الوقت كانت حقيقية كان هناك خديفة ولي أمر وكانت نشر الإسلام أعرفته فما كان يعني يحسد أن ذهب وفتح ولم يسمح نما غضب عليه وزعل لأن طارق بعد ذلك طارق موسى توغل وخشي موسى على الجيش أن يهلك هذا الذي غضب عليه لم يلتزم بأوامره في أن يتوقف حتى يأتيه المدد إنما توغل ونصره الله ولذلك لما أتاه بعد ذلك يعني كان بينهما مثل العتاب ما كثب بن زياد طارق بن زياد في الجبل الذي ثمي باسمه جبل طارق عدة أيام حصن بها مواقعه وذلك بأنه أمر ببناء سور أحاط بالجيش أمر ببناء سور يحيط بالجيش وبالقرب من الجبل أقام مدينة بنى مدينة مدينة الجزيرة الحضراء التي عرفت بجزيرة أم حكيم من هي أم حكيم؟ أم حكيم جارية لطارق أحضرها معه فسميت يعني باسم أم حكيم مدينة الجزيرة الحضراء لا تزال موجودة ثم كانت الاستعدادات للمعركة الفاصلة مع جيش القوط والذي يقوده ملكهم وكان عدد القوط جيش القوط رهيب مقارب الأربعين ألفا ولما أرف طارق قوة أعدائه أرسل يطلب المدد للموسى بن نصير فأمده بحمسة آلاف مقاتل وفي أواخر رمضان من سنة اثنتين وتسعين دارت معركة أيها الأخوة في غاية الشراسة بين الطرفين وهذه المعركة هي معركة وادي لكة تسمى أيضا معركة وادي برباط أو معركة شذونة لأنها وقعت بالقرب من مدينة شذونة استمرت هذه المعركة ثمانية أيام ولكنها انتهت بنصر كبير بفضل الله سبحانه وتعالى انتهت بنصر كبير لإخواننا المسلمين من البربر ومن معهم من إخوانهم العرب المسلمين قتل منهم يرحمهم الله قرابة ثلاثة آلاف وقتل رودريغو قتل رودريغو غريقا في نهر أثناء فراره أراد أن يعبر أحد الأنهار الجارية فغريق به وهلك نعم طارق بن زيادة يهلكوا توغل في بلاد الأندلس فافتتح أشبيليا وأستجه وأرسل بجيش استولى على قرطبه ومالقه ثم دخل طليطلة عاصبة رقوط ثم تواقغل مفتتحا عدة مدن في بلاد الأندلس منها مدينة تالم ثم عاد إلى طليطلة في سنة 93 وبقى فيها ينتظر موسى بن نصير الذي عبر بثمانية عشر ألفا من المقاتلين المسلمين ونزل في الأندلس في رمضان من سنة 93 وسار يفتتح ما صادفه من مدن حتى التقى بطارق بن زياد في طليطلة وكان ذلك في ذي القعدة من سنة 94 التقى طارق بن زياد في موسى بن نصير الذي غضب عليه لأنه لم يلتزم بأوامره ثم بعد ذلك واصل الفتوحات في شمال الأندلس الوليد بن عبد الملك استدعى موسى بن نصير فاستخلف موسى ابنه عبد العزيز بن موسى على الأندلس واستخلف ابنه الآخر عبد الله بن موسى على المغرب وغادر متوجها إلى الشعر فوصل إلى دمشق ومعه طارق بن زياد وكانت معه هدايا ثمينة من الغنائم الكثير التي غنموها وكان وصول موسى إلى دمشق قبيل وفاة الوليد بثلاثة أيام ولم يستمع لولي العهد سليمان بن عبد الملك الذي طلب منه أن يتأخر بالهدايا ولكنه لم يفعله كان الوليد مريضا فسليمان طلب من موسى أن يتمحل لا يدخل على الخليفة الوليد المريض وذلك حتى طبعا يكون أمر هذه العطيات والهدايا لسليمان الخليفة الجديد بعد لم يصر خليفة لم تعل إليه الخلاف ولذلك ماذا يصنع موسى بن النصير ما كان أمامه لا نستجيب للذي استدعى خليفة الشرعي الوليد عبد الملك فوفد عليه بالهدايا لم يستمع لما طلب منه سليمان بن عبد الملك ولذلك غضب عليه سليمان سليمان بن عبد الملك غضب على موسى بن نصير في سنة سبع وتسعين ثار المسلمون في الأندلس بقيادة حبيب ابن أبي عبده ابن عقبة بن نافع الفهري ثاروا على عبد العزيز بن موسى وقتلوه وهو يصلي في مسجد إشبيلة طبعا فصلنا في هذه التفصيلات ولماذا ثاروا عليه والأسباب في التاريخ السياسي المغرب والأندلس وأما عبد الله بن موسى فإن الخليفة سليمان بن عبد الملك قام بعزله ونصب في مكانه محمد ابن يزيد القرشي وهو طبعا مولى قريش كما قلنا وكان ذلك هذه الأحداث وهذه الأمور حصلت في سنة سبع وتسعين من الهجر نحن في بلاد غوم أيضا لم تتوقف حملات المسلمين العسكرية التي تنطلق من بلاد الشام على بلاد غوم أما في بلاد الترك فقد شكل يزيد بن مهلب والي خرسان حملة جبارة يقدر أددها بمئة ألف من العرب من أهل العراق وأهل الشام وخرسان هذا خلاف الموالي والمماليك والمتطوعين وكان هدف الحملة دهستان دهستان هذه في تلك الأسقاع والنواحي البعيدة ودار قتال مع أهل دهستان المتحصنين في مدينتهم البنيعة ولكن الحصار الشديد الذي فرضه المسلمون جعل دهقانها واسمه صول صول هذا شهير دهقان دهستان جعله يطلب الأمان لنفسه وأهله وماله على أن يطرط المدينة بمن فيها وما فيها ليزيد بن المحل ولذلك لما دخلها يزيد حاز المسلمون على غنائم كثيرة وتبيون كثير وقتل يزيد صبرا أربعة عشر ألفا من مقاتليها وعفى عن الباقين وكتب إلى الخليفة في دمشق بهذه الانتصارات والتطور ثم مر يزيد على جرجة وكان أهلها يدفعون مبلغا من المال للمسلمين نظير الصلح الذي تم بينهم قبل ذلك في أيام سعيد بن عاص ثم امتنعوا عما كانوا يدفعون وليس ذلك فقط إنما أخذوا يقطعون الطرق على من يريد أن يجتازها أو يمر بنواحي جرجة من جيوش المسلمين حتى جاءهم يزيد بن المهلب فزادوا في مبلغ ما يدفعون ويقال بل اتفقوا على أن يدفعوا مثل الذي كان يدفعون لسعيد بن عاصر واستخلف عليهم يزيد بن المهلب رجل من المسلمين اسمه أسد بن عبد الله الأزد ومعه حامية من أربعة آلاف مسلم ثم واصل يزيد تحركه باتجاه طبرستان وحاصل طبرستان فكاتبه الإصباح بذ الإصباح بذ هذا أيها الأخوة هو الزعيم زعيم طبرستان هناك كان بينه وبين المسلمين صلح سابق كاتبه على أن يزيد له فيما يدفع وفي الوقت نفسه كتب إلى الديلم استنجد بهم بهم وجاءه الديلم ودار بينه المتال وكتب الاصباح بذ إلى أهل جرجان يحرضهم على المسلمين فقاموا بالثورة على من عندهم من المسلمين وقتلوا من وقع بأيديهم من المسلمين ولذلك طر يزيد من يهلب إلى مصالحة الاصباح بذ الذي كان يدفع في السابق مائتي ألف جرهم ولكنه في صلحه هذا دفع سبعمائة ألف جرهم وأربعمائة ألف نقدا ودفع أيضا كثير من هدايا في الصلح هذا تغير الأمر بعدما كان يدفع مائتي ألف أصبحت سبعمائة ألف درهم وعجل منها أربعمائة ألف نقدا ومعها الكثير من الهدايا وكان يزيد من المهلب يريد أن يفتتح طبرستان ولكن ثورة أهل جرجان جعلته يعقد هذا الصلح مع الأصباح ثم بعد ذلك بعد أن عقد هذا الصلح سار يزيد من المهلب أبي صفرة الأزدي بقواته الكبيرة إلى جرجان فذهب صاحبها إلى مدينة حصين اسمها وجه وحاصرهم يزيد من المهلب لمدة سبعة أشهر حتى تمكن منهم وكان انتقامه منهم ذريعا قتل مقاتلته ثم أمر بصلبهم على الطريق فرسخين عن يمين وشمال طريق يمين وشمال فرسخين معناها أربعة فراسخ صلبهم ويقال بأنه قتل منهم أربعين ألفا هذا خلاف من سبع منهم لأنهم ماذا يخالف ونقضوا الصلح وقتلوا المسلمين الذين هناك يعني وضعهم يزيد أربعة آلاف مسلم هذه الحامية كلها أبيدة وقتلوا أسد بن عبد الله الأزدي كما قلنا فأراد أن ينكل بهم حتى لا يختلي بهم أحد بعد ذلك ويزيد كان قد آهد الله سبحانه وتعالى لأن أضفره الله بأهل جرجان فإنه لن يرفع السيف عنهم حتى يطحن بدمائهم ويختبز من ذلك الطحين ويأكل منه ثم سار يزيد إلى الأندرهز وهو واد بجرجان الأندرهز هذا واد بجرجان ومعه من الأسرة 12 ألفا فقتلهم وأجر الماء في الوادي على الدم وقد وضع أرحاء الأرحاء جمع رحطة ليطحن الطحين بدمائهم فطحن واختبز لتبر يمين ويا لها من يمين لا أعرف هذه اليمين من الشر أكل الخبز المعجوم بدماء البشر هذا أن صحة الرواية لكن هذا ما ذكره المؤرخون كتب يزيد ابن المهلب إلى سليمان عبد الملك بهذا الفتح الكبير خليفة الأمه وستاذ سليمان كتب له بهذا الفتح الكبير لأن هذه المنطقة صعبت على الأكاسرة في ذلك وصعبت على المسلمين في أيام الشمعات الإسلامية وذلك لمناعتها ولحصانتها ووعورة مسالكية وكتب له بأن الغنائمة ستة آلاف ألف لعلها درهم وليس الدنار درهم الله أعلم نعم وإنه سوف يرسلها إليه فنصحه كاتبه المغيرة في أبي قرة مولى بني سدوس نصح يزيد المهلب قال له لا تذكر مبلغ المال فإن ذلك سيجعل الخليفة إما يستكثره فيأمرك بإرساله إليه وإما إنه سيتركه إليك وهذا سوف يجعله يستقل أي هدايا ترسلها إليه بعد ذلك تقول له ستة آلاف ألف فنعم هذه نصيحة طيبة فقال له إما يستكثره فيأمرك بإرساله وإما سيتركه ويجعله بعد ذلك يستقل أي هدايا ترسلها إليه وربما سبب الثالث قال له وربما يأتي وال بعدك يطالبك بهذا المال أو ربما أتى وال يكرهك فيطالبك بأضعافه ولكن يزيد المهلب أبى إلا أن يكتب بذلك إلى الخليفة سليمان بن الملك فكانت وبالا عليه هذه الرسالة كما أو هذا الكتاب كما سوف نور بعد ذلك كان عبد الملك بن مروان قد أخذ عهدا على ولديه الوليد وسليمان أن يبايع إذا ما أفضت الخلافة إلى الوليد وولي عهده سليمان أن يبايع ليزيد بن عبد الملك يعني يكون له الأمر من بعدهما ولشقيقه مروان من بعده أمهما أم يزيد ومروان هي عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ونحن رأينا أن عبد الملك أراد أن يذيح أخاه عبد العزيز عن ولاية العهد ولكن عبد العزيز توفي قبل أن يقدم عبد الملك على ذلك ثم رأينا الوليد يريد أن يذيح أخاه سليمان عن ولاية العهد ويجعلها لابنه عبد العزيز ولكن الوليد اصنع الشيء نفسه مروان بن عبد الملك حان أجله فلما توفي بادر سليمان بن عبد الملك في سنة 98 للبيعة لابنه أيوب بن سليمان قالوا بأن سليمان تمنى أن يموت يزيد أو يحدث له شيء تمنى أن يموت أخوه أخاه يزيد بن عبد الملك أو يحدث له شيء ولكن الله سبحانه شاء أن يموت أيوب بن سليمان توفي في خلافة أبيه في سنة 98 وبقى يزيد بن عبد الملك لكي يصبح بعد ذلك الخليفة لكن انظروا أن هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى هم يخططون ويصنعون ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد في يوم الجمعة لعشر ليالي كما يقولون بقينا من صفر من سنة 99 كما يقول المؤرخون توفي في دابق بقن نسرين سليمان بن عبد الملك ابن مران الخليفة الأموي السابع وصلى عليه عمر بن عبد العزيز وكانت خلافته بها الخير الكثير على المسلمين لأنه أطلق المظلومين ممن اكتظت بهم السجون سجون العراق في أهد الحجاج وأحسن إلى الناس وكان مستشاره الأمين ابن عمه عمر بن عبد العزيز ذكروا أن سليمان بن عبد الملك لبس يوما حلة خضراء وعمامة خضراء ثم نظر إلى المرآة وقال أنا الملك الشاب ثم صلى الجمعة فلما رجع من الصلاة أصابه المرض ولم يعيش بعدها ليدرك الجمعة القادمة الله أكبر يعني جميله كان سليمان وحلة بدل خضراء هكذا وعمامة خضراء ونظر إلى المرآة وأنا الملك الشاب قبل أن يذهب للجمعة ذهب يصلي وعاد مريضا ولم يدرك الجمعة القادمة الله أكبر نعم قالوا بأن جارية له ذكر المؤركون قالوا له جارية نظرت إليه يوما فقال لها لماذا تنظرين إليه فقال أنت خير المتاع لو كنت تبقى غير ألا بقاء للإنسان ليس فيما علمته فيك عيب كان في الناس غير أنك فان أنت خير المتاع لو كنت تبقى أنت خير المتاع لو كنت تبقى غير ألا بقاء للإنسان ليس فيما علمته فيك عيب كان في الناس غير أنك فان وفي نفس اليوم تولى الخلافة الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز الذي لو أردت أن أتكلم عن سيرته وعدله لأخذ منا ذلك الكثير من الوقت ربما في مناسبة أخرى نتكلم عن سيرة هذا الخليفة الأموي العادل نحن ما يتسع الآن في التاريخ السياسي الكلام عن سيرته لما شعر سليمان بن عبد الملك بالمرض أهد بالأمر من بعده لأحد أبنائه وهو صغير لم يبلغ الحلم فقال له رجاء بن حيوة بن جرول الكندي ما تصنع يا أمير المؤمنين إنه مما يحفظ الخليفة في قبره أن يستخلف على المسلمين الرجل الصغير فقال الخليفة أنا أستخير الله وأنظر فيه هذا من البطانة الخير أيها الأخوة هذا من البطانة الصالحة رجاء بن حيوة الكندي قال أنا أستخير الله وأنظر فيه بعد يومين دع سليمان بن عبد الملك رجاء بن حيوة وقال له ما ترى في داود بن سليمان أو ابن سليمان ابنه قال له رجاء بن حيوة هو غائب عنك بقسطنطينية وأنت لا تدري أحي هو أم ميت لا تدري أحي هو أم ميت قال له فمن ترى؟ قال رأيك يا أمير قال كيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ فقال أعلمه والله خيراً عاضلاً مسلماً فقال الخليفة هو الله على ذلك ثم قال والله لأن وليته ولم ولي أحداً سواه لتكونن فتنة ولا يتركونه أبداً يلي عليهم إلا أن يجعل أحدهم بعده ثم قال طبعاً هذه فيها تفصيلات كلام كثير أنا أعرضت عنها لكن أعطيكم الموجة زيونه ثم قال فيزيد بن عبد الملك أجعله بعده ثم كتب كتاباً بذلك خليفة أمر طبعاً اكتبوا له كتاب وختم وكما قلنا هناك تفصيلات كثيرة أعرضت عنها ولكن نقول أن الأمر قد أصبح لعمر بن عبد العزيز وليزيد بن عبد الملك من بعده ومنذ اللحظة الأولى ظهر عدل الرجل وتقاه وكان كارهاً لهذا الأمر يعني مسألة أنه يملك أو يصير خليفة ما كان يريد ذلك لكن ماذا يصنع أيها لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إلى مسلم بن عبد الملك بأن يعود بالمسلمين من أرض روب وأرسل إليهم بالخيل والأطعمة وأمر الناس بأن يساعدوهم لأنهم كانوا في ضنك وشدة برد وجوع ونقص في المؤن وأصابتهم مشاكل كانوا مرابطين هناك بأمر خليفة سليمان بن عبد الملك وفي هذه السنة أيضاً سنة تسعة وتسعين عزل عمر بن عبد العزيز القائد الكبير يزيد بن مهلب وأرسل أميراً على البصرة أرسل عدي بن أرطات الخزاري وعلى الكوفة أرسل أيضاً عبد الحميد عبد عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب العدوي القرشي كان عمر يرى في آل المهلب بن أبي صفرة أنهم جبابرة ولم يكن يحب يزيد بن مهلب بسبب ذلك فلما أرسل عدي بن أرطات الخزاري أميراً على البصرة أرسل عدي بن أرطات وبأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي أمره أرسل بموسى بن الوجيه الحميري ليأتيه بيزيد بن مهلب وكان يزيد بن مهلب قد وصل إلى مدينة واسد ومنها ركب السفن ليذهب إلى البصرة وكان أميرها من قبل عمر بن عبد العزيز عدي بن أرطات قد وصلها وأرسل إليه بموسى كما قلنا بن وجيه الحميري فلحق بيزيد بن مهلب عند جسر البصرة وألقى القبض عليه ولما أخذ يزيد بن المهلب إلى عمر بن عبد العزيز طالبه بالأموال التي كان قد كتب لسليمان عبد الملك يخبره عنها لما قال له كاتبه لا تكتب لهم فطالبه عمر بن عبد العزيز بأن ردها إلى بيت مال المسلمين وحبسه ونصب عمر بن عبد العزيز على خرسان الجراح الجراح ابن عبد الله الحكم نعم في سنة مئة من الهجرة خرج جماعة الخوارج في العراق عددهم يقارب ثمانين رجلا معظمهم من ربيعة بن نزار عليهم رجل بني يشكر اسمه بيستام ويعرف بشوذب خرجوا على عبد الحميد بن عبد الرحمن العدوي فكتب له عمر بن عبد العزيز كتب له بأن يرسل لهم جيشا يراقبونهم ولا يتعرضوا إليهم إلا إذا سفكوا الدماء وأفسدوا في الأرض فأرسل إليهم بألف رجل عليهم محمد بن جرير بن عبد الله البجلي وأرسل عمر بن عبد العزيز بكتاب إلى بيستام الإحكري يسأله عن السبب في خروجه لأنهم قالوا إنهم خرجوا غضبا لله ولرسوله وقال له عمر بن عبد العزيز بلغني أنك خرجت غضبا لله ولنبيه ولست بأولى بذلك مني أنا ولي الأمر أنا الذي أغضب لله ولنبيه فهلما أناظرك فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيما دخل فيه الناس عمر بن عبد العزيز يقول وإن كان في يدك نظرنا في أمرنا فأرسل إليه بيستام برجلين من جماعته ليناظرانه فلما وصل إليه قال له أخبرنا عن يزيد يعني يزيد بن عبد الملك يقصدون بذلك يزيد بن عبد الملك بن مروان لما تقره خليفة بعدك فقال لهم لم أجعله خليفة بعدك وإنما كان ذلك بأمر من الذي سبقني فقال له أفرأيت لو وليت مالا لغيرك ثم وكلته إلى غير مأمون عليه أتراك كنت عديت الأمانة إلى من اتمنك قال أبو عبيدة مع مرفنة تيمي مولى تيمي بن مرة القرفيين قاوي هذه الرغاية قال فلما سمع منهم أمر بن عبد العزيز ما قال قال لهم أنظراني ثلاثا ثلاثة أيام فخرجهم عنده يقول أبو عبيدة وخاف بن مروان أن يخرج ما عندهم وفي أيديهم من الأموال أمر بن عبد العزيز سوف يعني يأخذ منهم كل ذلك لو قال أنظراني ثلاثا معناها أخذ يفكر في هذه المسألة فخافوا أن يخرج عمر بن عبد العزيز ما عندهم وما في أيديهم من الأموال وأن يخلع يزيد يقول فدسوا إليه من سقاه السم يقول أبو عبيدة فلم يلبث بعد خروجهما من عنده إلا ثلاثا حتى مات وهناك رغاية أخرى طبعا خلاص هذه الرغاية تقول إن عبد الحميد ابن عبد الرحمن أرسل لهم جيشا فهزمهم الخوارج فأمر عمر بن عبد العزيز مسلم عبد الملك وكان بالرقة بأن يخرج إليهم فخرج إليهم بألفين من أهل الشام فسحقوا الخوارج هذه أيضا رواية أخرى في الخوارج الذين خرجوا في عهد عمر بن عبد العزيز أيضا أيها الأخوة في سنة مئة للحجرة أرسل عمر بن عبد العزيز عمر بن هبير الفزاري أميرا على الجزيرة وعدل الجراح بن عبد الله الحكم عن خراسان ونصب عليها عبد الرحمن بن نعيم الغامدي على الصلاة والحرب ومعه عبد الرحمن بن عبد الله القخيري على الخوارج وكان عمر بن عبد العزيز قد عزل الجراح لشدته وجفائه كما يقولون ظلمه كان يأخذ الجزية من أهل البلاد الذين دخلوا في الإسلام كيف تأخذ الجزية من أهل البلاد الذين دخلوا ما عليهم جزء لكن هذا من ظلم بعض الولاد قال المؤرخون أيضا في عهد عمر بن عبد العزيز كانت بداية الدعوة العباسية ظهرت نعم في عهد عمر بن عبد العزيز في سنة مئة من الهجرة كانت بداية الدعوة العباسية ونحن نلاحظ أيها الأخوة أن عمر بن عبد العزيز كان إماما آدلا ولكنه كان لينا وهذا ما جرأ الخوارج وكل من في قلبه مرض وسوف نتكلم إن شاء الله بالتفصيل بعد ذلك عن الدعوة العباسية نعم إذن هذه ربما بعض الأمور التي حدثت في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز نعم نعم الآن أيضا نريد أن نقول أنه في السنة الأولى بعد المئة من الهجرة فر يزيد المهلد من سجنه وذلك لأنه لما بلغه مرض عمر بن عبد العزيز خشية من خلافة يزيد بن عبد الملك الذي كان متزوجا من أم الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفي الحجاج عم أبيها محمد ولذلك أقسم يزيد في أن ينتقم من يزيد بن مهلب إن وقع فيه يزيد بن عبد الملك أقسم بأن ينتقم من يزيد بن مهلب إن وقع فيه لأن يزيد بن مهلب كان قد عذب آل أبي عقيل الثقفي جماعة الحجاج بن يوسف الثقفي في سنة إحدى ومئة الحجرة وفي يوم الجمعة لخمس ليالي بقينا من شهر رجب توفي الخليفة الأموي العادل عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي أمه أم عاصم واسمها ليلى أمه ليلى أو أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عمره تسع وثلاثون سنة وأشهر مات بدير سمعان وكانت فترة خلافته سنتين وخمسة أشهر سنتين فقط وخمسة أشهر وهو الذي يعرف بأشج بني أمية لأن دابة من دواب أبيه فرس كانت قد شجته وقد ذكر الحافظ بن كثير في كتابه البداية والنهاية الكثير من أخبار هذا الإمام العادل يقال بأن عمر بن عبد العزيز توفي بالسل ويقال بل أمر مولا له فدس له السم على أن يعطوه ألف دينا والآيات دائما كثيرة تحدث عند موت العلام والمشاحي تولى يزيد ابن عبد الملك الخلافة وكان عمره تسعون وعشرون سنة وابتدأ حكمه بعزل أبي بكر بن محمد ابن عمر بن حزم عن المدينة المنورة ونصب في مكانه واليا على المدينة عبد الرحمن ابن الضحاك ابن قيس الفهري وفي تلك السنة سار يزيد بن مهلب بعد فراره من سجنه إلى البصرة وانضم إليه الكثير من الرجال فاستعد له عدي بن أرطات الفزاري بأهل البصرة ولكنهم لم يقاتلوه وأقام بداره في البصرة وعظم شأنه ثم نشب القتال بينه وبين رجال عدي بن أرطات الفزاري ولكنه هزمهم وأسر عدي بن أرطات وكان يزيد بن عبد الملك قد بعث أمانا ليزيد بن مهلب وفيه كل ما يضل ولكنه وصل بعد أن انتهى الأمر نحن يزيد بن عبد الملك الخليفة الأموي التاسع أرسل بابن أخيه العباس بن وليد على رأس أربعة آلاف فارس إلى الحيرة لقتال يزيد بن مهلب ثم جاء بعد ذلك مسلم عبد الملك بقواته مثلا القائد الشهير الكبير ثم خرج يزيد بن مهلب إلى واسد ثم تحرك من واسد إلى مكان اسمه الأقر العقر واستخلف على واسد ابنه معاوية بن يزيد بن مهلب ونشب القتال بين جوش الشام وجيش يزيد بن مهلب خارج على الدولة وكان ذلك في صفر من سنة 200 ودار بين الطرفين قتالهم شديد ولكن أهل العراق لم يثبتوا لجند الشام وقاتل يزيد بن مهلب بن أبي صفرة الأزدي قتال الأبطال حتى قتل واحتزوا رأسه وبعثوا برأس إلى يزيد بن عبد الملك بالشام هذه دائما إذا قتلوا الخارج على الدولة يحتزوا الرأسه وترسل الرأس إلى الخليفة في عاصمة لما سمع معاوية بن يزيد المهلب بما حدث من هزيمة ومقتل أبيه وأعمامه وكان في واسد أمر بقتل 32 أسيرا كانوا بيده أمر بقتل 32 أسيرا كانوا بيده منهم عدي بن أرطات الفزاري وابنهم محمد بن عدي بن أرطات ومالك عبد الملك ابن مسمع من بني قيس بن فعلب البكريين وفر من بقى من آل المهلب إلى فارس فلحقهم مدرك بن ضب الكلبي أرسله مسلمة على رأس جيش فلحقهم وهزمهم وقتل المفضل بن المهلب وفر من بقى من هذه المعركة من آل المهلب إلى قندابيل وكان عليها وداع بن حميد الأزدي ولكنه لم يستقبلهم ولحقهم بأمر مسلم هلال بن أحوز المازني الثميمي وقاتلهم فهزمهم ولم يبق منهم إلا أبو عيينة بن المهلب وعثمان بن الفضل بن المهلب فإنهما ذهب إلى خاقان وارتبيل في بلاد الدول بعد هذا المصر الكبير أصبح مسلمة عبد الملك وبأمر من الخليفة الأموي التاسع أميرا على العراق البصرة والكوفة عندما نقول عراق نعني بذلك البصرة والكوفة وعلى خراسان أيضا فصنع به ما صنع بالحجاج الملك عندما جمع له العراق والمشر إذن أصبح مسلمة عبد الملك أميرا على العراق البصرة والكوفة وعلى خراسان فجعل مسلمة على الكوفة ذا الشامة محمد بن عمر ابن الوليد بن عقبة ابن أبي معيط الأموي جعله على الكوفة واستقر عمر البصرة لعبد الملك ابن بشر بن مرمان أما خراسان فإن مسلمة أرسل إليها أميرا من قبله وهو سعيد ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن حكم أو ابن الحكم ابن عبد العاصل عموي نعم سعيد ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن حكم ابن عبد العاصل عموي الذي يعرف بسعيد خذينة ففي الكتب تجدون اسمه سعيد خذينة وهو زوج ابنة مسلمة نعم أم يكن سعيد ابن عبد العزيز بمثل قوة قتيبة ابن المسلم ولا بقوة تزيد بن مهند وكان لا يحذب الغزو إلا إذا اضطر لذلك ولهذا ثارت شعوب تلك البلاد من الترك وكفر السغد كلامنا عنهم السغد هؤلاء من شعوب تلك البلاد وأيضا شعوب هذه البلاد كما قلنا معروفون بشدتهم لا ينفع معهم الأمير الضعيف ولذلك يرون أن هذا سعيد بن عبد العزيز يعني غير لائق بحكم تلك البلاد لصبهبب قال لرجل من العرب يا معشر العرب قتلتم قتيبة ويزيد يعني قتيبة بن مسلم الباهلي ويزيد بن المهل بن أبي صفرة الأزدي وهما سيدة العرب فقال له الرجل فأيهما كان أعظم عندكم أهيب قال لو كان قتيبة بالمغرب بأقصى جحر به في الأرض مكبلا بالحديد ويزيد معنا في بلادنا والن علينا فكان قتيبة أهيب في صدورنا وأعظم من يزيد نعم هذا رأيهم في هذا الفاتح الكبير قتيبة بن مسلم لكن خرج على الخليفة فثار عليه المسلم ما قبله بذلك وكان في ذلك نهاية نعم في هذه السنة أيضا عزل الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة عن عراق وخراسان وذلك لأن مسلمة لن يرسل شيئا من الخراج إلى الخليفة ولذلك دعاه القدوم عليه في دمشق ونصب في مكانه عمر بن هبيرة الفزالي وكان أميرا على الجزيرة وكان قد غزى الروم في أرمينيا في سنة 200 في سنة 300 قام العباس بن وليد ابن عبد الملك ابن مروان بغزو بلاد الروم بأمر من الخليفة وفي هذه السنة عزل عمر بن هبيرة سعيد بن عبد العزيز بن حارف عن خراسان ونصب في مكانه سعيد بن عمر ابن الأسود الحرشي العامري البني الحريش ابن كعب بن ربيعة ابن عامر بن صعصة وفي هذه السنة أيضا أصبح عبد الرحمن ابن الضحاك ابن قيس الفهري أميرا على مكة بالإضافة إلى المدينة التي كان أميرا عليها وكان أمير مكة هو عبد العزيز بن عبد الله بن خالد ابن أسيد بن أبي العيص أو ابن أبي العيص ابن أمير بن عبد الشمس فيعني عزل في سنة أربع ومئة قاد سعيد بن عمر بن الأسود الحرشي حملة كبيرة على السغد ونكل بهم وقتل الكثير من زعمائهم ولكن ابن هبيرة عزله بعد ذلك في نفس السنة لأن الحرشي كان يستخف بسلطة ابن هبيرة الحرشي هذا كان يستخف بسلطة ابن هبيرة ولا يقيم له وزنا فعزله وسجنه وعذبه ولكنه لم يقتل لأنهم كانوا يعتبرونه من خرسان قيسية قيس بن عيلان أو قيس عيلان كما قلنا لكم في دروس وأرثل عمر بن هبيرة من قبله أميرا على خرسان مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة بن علس بن عمر بن خويلد الصعق بن نفيل بن عمر بن كلا أخويلد بن فيل لقب بالصعق لصعقة أصابت وفي سنة أربع ومئة عدل يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري عن مكة والمدينة والطائف ونصب في مكانه عبد الواحد بن عبد الله النظري أيها الأخوة في يوم الجمعة هذه نريد أن نذكرها لكم في يوم الجمعة لخمس ليالي كما يقولون بقينا من شعبان من سنة خمس ومئة من الهجرة توفي في أربد أو إربد من أرض البلقاء الخليفة يزيد بن عبد الملك بن وروان الخليفة الأموي التاسع وصلى عليه ابنه الوليد بن يزيد وكان عمر الوليد بن يزيد خمسة عشر عاما وكان هشام بن عبد الملك بحمص قال عنه الحافظ بن كثير كان يزيد يكثر من مجالسة العلماء قبل أن يلي الخلافة فلما تولى الخلافة عزم على أن يسير بالناس بسيرة عمر بن عبد العزيز فما تركه قرناء السوء انظروا الرجل ابتدى عمره بصراح لكن بطانة السوء هي الأساس أيها الأخوة هي الأساس ما يجب أن يترك ولي الأمر لبطانة السوء ولي الأمر يجب أن يدعم ويجب أن يشجع ويجب أن يلتف حوله ما يترك ولي الأمر أيها الأخوة لبطانة السوء نعم يعني انظروا إلى اليزيد ابن عبد الملك يعني ما تركه بطانة السوء نعم يكثر من جالسة العلماء قبل أن يل الخلافة فلما تولى الخلافة عزم على أن يسير بسيرة الناس سيرة طيبة فينا سيرة عمر لكن ورنا السوء لم يترم طانة السوء لم تترك ويزيد هو الذي يعني شغف بالجارية حبابا شغف بها حبا هام بها حبا وهي فائقة الحسن والجمال هام بها ولما توفيت حزن عليها حزنا فاق الحد ومر على وفاتها أياما لم يأمر بدفنها حتى أنتنت جفتها ولا حول ولا قول يعني كيف يعني خليفة المسلمين شلون خليفة المسلمين أنتنت جفتها لا حول ولا قولة الله فأمر بدفنها ثم لم يلبس بعدها إلا قليلا حتى مات كما يقولون ويقال لا لأنه طبعا كان مريضا بسلم أكيد أنها يعني بسلم بعد عدوة وجارية حسنا ظهر أنها هي بعد مسلمة لكن ما دفنها لا يوم خاسب لا حول ولا قولة الله هذا خليفة المسلمين هكذا طبعا فيها كلام كثير لما جاهل ينصح ما يجوز وانت ناس يعني لكن هام بها لا حول ولا قولة الله شي يقول جريد يسألنا أن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا أصرعنا ذا اللب حتى لا حراك به وهنا أضعف خلق الله إنسانا لكن ما هو صحيح على كل حال ايه سبحانه ذا اللب بالليل لكن على طول خليفة انت عندك مشكلة حريم ترى بعد فتنة النساء لا حول ولا قولة الله تولى ايه الخلافة هشام بن عبد الملك ابن مروان الخليفة الأمو العاشر آلت إليه الخلافة تولى الخلافة وكان عمره أربع وثلاثون سنة أمه قرشية مخسومية أمه عائشة بن تشام بن اسماعيل بن حشام بن وليد بن مغيرة في عام خلافته عزل حشام بن عبد الملك قمر بن هبير الفزالي عن عراق وخراسان ونصب مكانه في مكانه نصب في مكان خالد بن عبد الله القسري وفي سنة التالية عزل حشام عبد الواحد بن عبد الله النظري عن مكة والمدينة والطائف ونصب في مكانه ابراهيم ابن هشام بن اسماعيل ابن هشام المخزومي وبينما كان مسلم بن سعيد الكلابي في بلاد الترك وكان قد عبر النهر إليه من اقتالهم وصلته أنباء عزله عن خراسان من أمير العراق وخراسان خالد بن عبد الله القسري ونصب خالد في مكانه على خراسان أخاه أسد بن عبد الله القسري وبقى أسد على خراسان إلى حين عزله في سنة تسع ومئة من هجرة وكان في أثناء ولايته يغزو الترك ولكنه لم يكن مثل قتيب بن مسلم ولا يزيد المهلم وكان السبب في عزله أنه كان يتعصب لليمانية على المضرية وضرب بعضا من قادتهم ونكل بهم وعرسلهم إلى أخيه خالد بن عبد الله في العراق وكان منهم نصر بن سيار الكناني وعبد الرحمن بن نعيم العامري وسورة بن الحر الدارم التميمي فلما بلغت هشام بن عبد الملك هذه الأنباء كتب إلى خالد بن عبد الله يأمره بأن يعزل أخاه عن خرسان فعزله وجعل مكانه الحكم بن عوانه الكلبي إلى أن أتى أمر الخليفة بتولية أشرص بن عبد الله السلم نعم ولقوة كانت غزوات المسلمين على بلاد غوم في عهد هشام بن عبد الملك بن مروان خليفة أمو العاشر مستمر لم تتوقف ففي سنة ثمان ومئة من الهجرة افتتح مسلم بن عبد الملك القائد أموي شهيد كبير قيسارية هذه في بلاد الروم أما في بلاد الأندلس التي تم اتتاحها في العقد الأخير من القرن الهجري الأول وفي سنة عشر ومئة غزا أيضا في الأندلس طبعا أيضا ما توقفت يعني السحات نعم نذكر لكم أخبارها بعد ذلك في أيضا يعني سنة عشر ومئة غزا أيضا مسلمة ما توقف غزا الترك هذه المرة مع الترك يعني وتقاتل مع خاقان ملكهم لماذا الترك اقتربوا من حدود الدولة نعم من جهة الجبهة التي يقف بها مسلمة فغزاهم وفي هذه كان ذلك سنة عشر ومئة نعم وفي هذه السنة أيضا كانت المواجهة الكبيرة بين أشرس ابن عبد الله السلمي ومن معه من المسلمين وبين الترك من أهل البخارة والسغد الترك أيها الأخوة ليسوا يعني فقط كما قلنا في دروس الدولة العلمانية التاريخ السياسي الدولة العلمانية لما نقول الترك لا يتبادر إلى ذهنكم الأتراك في تركيا الحالية الجمهورية التركية لا ترك هذه شعوب وقبائل ممتدة على يعني مناطق شاسعة وكبيرة فتجدهم يعني في نواحي قريبة من العراق من الشام تمتد إلى 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 الصين إلى إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق روسيا دول هذه شعوب الترك منتشرة أيضا نعم فأشرس ابن عبد الله السلمي وكان معه جيشه المسلم تواجه مع الترك من أهل بخارة والسغد وكان السبب في ذلك أن المسلمين أرادوا أن يأخذوا الجزية ممن أسلم من أهل هذه البلاد كيف تأخذ الجزية منها هذه أخطاء الولاة أخطاء قاتلة واحتقار العرب لباقي الشعوب الإسلامية هذه أحد أهم الأسباب في سقوط الدولة كيف يعني أنت الآن يا أشرس ابن عبد الله السلمي تريد أن تأخذ الجزية من أسلم من أهل هذه البلاد ما يصير ما يجوز هذا أدى إلى ثورتهم ودارت المعارك بينهم وفي أثناء القتال الذي استمر إلى سنة 11 ومئة وفد الجنيد ابن عبد الرحمن المري على قرسان ومعه كتاب هشام ابن عبد الملك بعزل أشرس ابن عبد الله السلمي وفي سنة 12 ومئة تمرت المعارك بين المسلمين والترك على عدة جبهات ففي أردبيل تمكن الترك من قتل الجراح ابن عبد الله الحكمي واستولوا على أردبيل ولذلك أرسل هشام ابن عبد الملك أخاه مسلمة على رأس جيش لقتال الترك أما في جبهة سمرقند فقد دار قتال شديد بين الترك وعليهم خاقان ملكهم وبين الجنيد ابن عبد الرحمن المري وكان الجنيد قد عبر النهر يريد أن يغزو طخارستان فاستعد له الترك ودارت بينهم معركة كبيرة تسمى يوم الشعب قتل فيها من المسلمين الكثير من الرجال منهم أمير سمرقند ثورة بن الحر الدارمي التميمي من بني أبان بن دارم كبار بني تميم هذه ثورة بن الحر وكذلك كانت خسائر ترك كبيرة إذ قتل منهم الكثير من مقاتليهم وأرسل الجنيد إلى الخليفة يطلب منهم المدد فأرسل إليه بالرجال والسلاح بعث إليه بعمر ابن مسلم الباهلي أخو قتيبة على رأس عشرة آلاف من أهل البصرة وعبد الرحمن بن عيم العامري ومعه عشرة آلاف من أهل الكوفة أيضاً أيها الأخوة في سنة أربع عشرة ومائة أعدل هشام بن عبد الملك خاله إبراهيم ابن هشام المخزومي عن إمارته وكان أميراً على مكة والمدينة والطائف ونصب على المدينة خالد بن عبد الملك ابن الحارث بن الحكم ابن أبي العاص الأموي وعلى مكة والطائف نصب محمد بن هشام المخزومي وفي هذه السنة أيضاً نصب هشام بن عبد الملك ابن عمه مروان بن محمد ابن مروان على أرمينيا وأذربيجان أيضا في سنة أربع عشر ومئة ابتل الله سبحانه الناس بالطاعون الذي حل بمدينة واصب بالعراق ثم في السنة التي تلتها حل الطاعون بالشام ثم في السنة التالية كان الطاعون بالشام والعراق وفي سنة ست عشر ومئة عزل هشام بن عبد الملك الجنيد بن عبد الرحمن عن خراسان لأنه تزوج من الفاضلة الفاضلة بنت يزيد بن مهلب يزيد بن مهلب له ابن اسمها هذه الفاضلة تزوج منها الجنيد بن عبد الرحمن فعزله هشام بن عبد الملك ونصب في مكانه عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلان وقال له إن أدركته وبه رمق فاقتله لحقد عليه خضب عليه الخليفة كان الجنيد قد اشتدت عليه علة أصابته في بطنه ولكنه لما وصل إلى خراسان كان الجنيد قد مات واستخلف قبيل وفاته عمارة بن حريم المري فلما وصل عاصم بن عبد الله قبض على عمال جنيد وحبسهم وعذبهم في سنة ست عشر ومئة وبسبب تعسف عاصم بن عبد الله الهلالي مع عمال جنيد بن عبد الرحمن خرج الحارف بن سريج التميمي الحارف بن سريج التميمي وأقبل برجاله من الفارياب ولبس السواد السواد هذا بعد ذلك كهو شعار الأباسيين ودعا إلى كتاب الله وسنة نبيه والبيعة للرضا وابن الفارياب سار إلى بلخ وكان عليها نصر بن سيار الليفي الكناني والتقى معه في معركة ولكنه هزمه وفر نصر بن سيار ودخل الحارف بن سريج إلى بلخ ونصب عليها رجلا من قبله وسار إلى الجوزجان فأخذها وأخذ الطالقان ومروا الروض ثم قرر أن ينضي إلى مر عاصمة فراسان فخرج له عاصم بن عبد الله الهلالي ودار القتال بينهم وانهزم الحارف بن سريج وفر ومعه ثلاثة آلاف فقط من الجمع الكبيرة التي كانت معه عاصم بن عبد الله الهلالي لم ينتهز هذه الفرصة الذهبية ويطار بالحارف بن سريج القضاء عليه وهذا ما جعله يعود لقتال عاصم بعد أن التقط أنفاسه وفي تلك الأثناء كتب عاصم إلى الخليفة يقول له إن خراسان لا تصرح أمورها إلا إذا ألحقت بأمير العراق ولذلك أخذ الخليفة بنصيحته وكتب بعزله وإلحاق خراسان بأمير العراق خالد بن عبد الله القصر واستخلف خالد بن عبد الله أخاه أسد على خراسان فلما أرسل عاصم بن عبد الله كتابه إلى الخليفة لامه أصحابه وقالوا له سوف يرسلون بأسد بن عبد الله القصر أميرا على خراسان ولكن لما وصلت الأنباء بأن أسد بن عبد الله قادم إلى خراسان قالوا إلى خراسان حلص الأنباء وصلت أسد بن عبد الله قادم إلى خراسان وكان القتال قد تجدد بين عاصم بن عبد الله والحارث بن سريج التميمي صالح عاصم بن عبد الله الحارث بن سريج بل واتفق معه من حيث المبدأ كما نقول في زماننا هذا نقول الاتفاق من حيث المبدأ اتفقوا على ماذا على أن يكون يدا واحدا لكن هذا الاتفاق لم يتم لماذا لم يتم لمعارضة يحيى بن حضين بن المنذر يحيى بن حضين بن المنذر قال لكبار القوم بأن هذا الاتفاق إن تم فإنه خلع للخليفة فلم يحدث بينهما بسبب ذلك أي دائم واستمر القتال بين الطرفين وانهزم الحارث ثم وصل بعد ذلك أسد بن عبد الله إلى خرسان وضبط أمورها كما يقولون التي اضطربت كانت مطلبة أمور في ولاية عاصم عبد الله اضطربت الأمور فلما وصل أسد ضبط الأمور نعم ونكل أسد بالثوار والعصات حتى أوقع الرعب في قلوبهم ثم تفرغ بعد ذلك لقتال الترك أيها الأخوة سوف أتوقف هنا وهذه الحلقة ربما تلاحظون هذا الدرس كان مليئا بالأحداث وحقيقة المعلومات الكثيرة وتنوع المعلومات وأشكركم كثيرا على صبركم وعلى حسن استماعكم وجزاكم الله خير أيها الله وإلى لقاء قادم يحدد إن شاء الله في وقت اللحب بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مرحب بكم أيها الأخوات في اللقاء السابع عشر في الدرس السابع عشر من سلسلة تاريخ السياسي للدولة الأموية سلسلة تاريخ الإسلامي تحديدا نعم نحن نتكلم في تاريخ السياسي للدولة الأموية كما تعودنا في اللداية كل اللقاء نتكلم عن ما ذكرناه في اللقاء الماضي ملخ صغير عما ذكرناه في اللقاء الماضي في خلقة الماضية أيها الأخوة وتكلمنا عن فتح الأندلس على يب طارق الجهاد وموسى بن مصير وتكلمنا أيضا عن جهاد يزيد بن المهلب في خراسان وغا تذكرون تكلمنا عن ما صنع بأهل جرجان لما قتلوا الحامية المسلمة ترك بها أربعة ألاف مسلم فتاروا عليهم قتلوهم قتلوا من وقع بأيديهم ولذلك انتقل ما انتقم منهم يزيد بن المهلب انتقاما مريع سبب غدرهم ونكفهم للعهود ونقضهم للصلح الذي كان قد أبرامهما أيضا تكلمنا عن وفاة خليفة الأموي السادس قوي وليد بن عبد الملك مروان في سنة ست وتسعين وخلافة خليفة الأموي سابع سليمان عبد الملك ونقمة سليمان على قتيبة بن مسلم لأن قتيبة بن مسلم كان قد واثق قوة الحجاج بن نوسف ما كان يريده الوليد بن عبد الملك من عزل سليمان وتولية ابنه عبد العزيز بن وليد في ولاية العهد الكل لم يوافقوه ولم يتابعوه على ذلك ولكن الحجاج بن نوسف أمير العراق ومشرق وبالطبع قتيبة بن مسلم فهو من عمال الحجاج أو مراء الحجاج على خرسان يتبع في سلطته الإدارية خاضعا للحجاج أمير العراق ومشرق وافق الحجاج هو والحجاج وافق الوليد على فلع سليمان وتنصيب عبد العزيز ولذلك بعد أن تولى سليمان خلاف سليمان بن ملك أدرك رتيبة بن مسلم الباهلي وهو على رأس جيش كبير كان على رأس جيش كبير في خرسان يواجه ترك أدرك أن سليمان بن عبد الملك سوف ينتقل منه ولذلك اجتمع من كبار قادته ومن كبار رجال هناك كبار القوم وقال لهم بأنه خلع سليمان لم يقل لهم بأنه سيخلع سليمان بل قال لهم كان فيه طبعا قمة عزه ومجده قتيبة بن مسلم فقال لهم بأنه خلع سليمان بن عبد الملك فلم يوافقوه ما وافقوه على ذلك على خليفة ولي الأمر وهذا جرأهم أيضا على الثورة عليه خاصة بعدما قتل من كبار رجال بني تميم ولذلك ثار عليه وكيع بن حسان بن أبي سود الغداني تميمي وقتل وأيضا أيضا يا أخوة تكلمنا عن وفاة سليمان بن عبد الملك في صفر من سنة تسع وتسعين وخلافة وتولي الخليفة العاد العمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز يحلقه ثامنة خلفاء الأمويد وعمر لم يبقى في الخلافة عمر بن عبد العزيز لم يبقى في الخلافة إلا سنتين وخمسة أشهر توفي كما تذكرون في رجب من سنة إحدى ومئة سنة الحادية بعد المئة للهجرة في رجب منها توفي الخليفة العاد العمر بن عبد العزيز أيضا تكلمنا عن مقتل يزيد بن هلذ كان محبوسا في سجن عمر بن عبد العزيز فلما عارف أن عمر سيموت من مرضه المقاجئ فر من سجنه خوفا من من سيأتي بعد عمر بن عبد العزيز من يزيد بن عبد الملك وطبعا بعد ذلك لحق به جند الخليفة وقتلوه في معركة العقر الدارة في مكان اسمه العقر في سنة سنتين ومئة تقاتل معهم وقتل وهو من القادة الشجعان يعني المشاهر في دولة الأموية ثم بعد ذلك تكلمنا عن وفاة خليفة الأموي التاسع الذي تولى بعد وفاة عمر بن عبد العزيز يزيد بن عبد الملك توفي في سنة في شعبان بحديدا من سنة خمس ومئة للفجرة وقلنا بأنه تدأ حياته بداية طيبة ولكن فرناء السوء زين له أن ينغمس في حياة يعني الطرب والله والغناء وتذكرون ربما لما تكلمنا عن جاريته حبابة التي لم يدفنها حتى يعني أياما حتى يعني أنتن جثته نعم وربما بعد ذلك عن بعد وفاته تولى الخلافة الخليفة الأموي العاشر يفام عبد الملك الذي سوف ترون أن الدولة الإسلامية في عهده بلغت أقصى اتساعنا لا في يعني أحداث هذا اللقاء لقاء هذا السابع عشر نقول أنه أيضا في سنة ثمان عشر ومئة عزل الخليفة عشام بن عبد الملك عزل خالد بن عبد الملك ابن الحارف ابن الحارف ابن الحكم عن المدينة مدينة منورة كان أميرا عليها من قبل الخليفة وأتبعها لأمير مكة والطائف محمد ابن حشام ابن أسماعي وكان أبناء الخليفة ابن حشام بن عبد الملك في غزو لا ينقطع عن بلاد الروم دائما في غزو وفي جهاد بناء الخليفة يقودون جهاد المسلمين يقودون الجيوش بقتال المشركين معاوية وحشام وسليمان كانوا دائما على رأس الجيوش في قاتلون الروم جهادهم كان ضد الروم وكان أيها الأخوة معاوية ابن حشام بن عبد الملك وهو والد عبد الرحمن الداخل الرحمن الداخل هو عبد الرحمن ابن معاوية كما تعرفون ابن هشام ابن هشام عبد الرحمن الداخل هذا هو طبعا مؤسس الدولة الأموية في الأندلس كان والده معاوية أيضا لا يتوقف عن الجهاد ولكنه من الأمور المؤسفة التي أحزنت هشام أنه توفي معاوية ابن هشام في حادثة المؤسفة سخيفة كان يطارد بفرسه الثعالب له هواية مقاردة الثعالب بفرسه فسقط عن الفرس ومات توفي فحزن عليه هشام وأزف قال كيف نحن نغيئه للخلافة وهو يطارد الثعالب هذه على كل حال من الرياضات التي يختتن بها الكثير نحن في سنة تسع عشر ومئة كانت معركة سان سان نعم بين أسد من عبد الله القسري والترك بغيادة ملكهم خاقان وقام هذا من أكبر ملوك الترك شديد كان له يعني عانى منه المسلمون كثيرا وهذه معركة سان أيها الأخوة من المعارك الشديدة التي دارت بين المسلمين والترك وكان الترك أكثر عددا وعدة من المسلمين وكان مع خاقان الذي خرج على الخليفة الحارث ابن سريج التميم حارث ابن سريج التميم تكلمنا عنه هذا خرج على الخليفة هذا الحارث ابن سريج الخبيث وكان يدافع عن خاقان باستماته وهو يقاتل المسلمين انظروا يخرجون يرفعون شعارات اسلامية وهكذا لكن عندما يضيق عليهم ما يتورقون حتى عن الوقوف في صف واحد مع داء الإسلام ولكن في هذه المعركة معركة سان كبيرة أبلى أسد عبد الله القسري شجاع بلاء كبيرا واستعان بالله سبحانه وتعالى ظهرت منه شجاع فائقة واستعان عليهم أيها الأخوة هذه أنا الذي يعني عجبني في هذه المعركة أريد أن نذكر هذه الفائدة أن أسد عبد الله القسري استعان عليهم بالدعاء لم يكن يعني محتذينا ولا معروف عنه يعني العلم الشرعي وهكذا لكنه عندما يعني ضاقت عليه السبل والأمور وتكالب عليه الأعداء استعان على الأعداء بالدعاء قال المسلمين أسد عبد الله القسري هو القائد قال إنه بلغني إن العبد أقرب ما يكون إلى الله إذا وضع جبهته لله وإني نازل وواضع جبهتي فادعوا الله واسجدوا لربكم كل بصار ما يعني عرفوا أن الدعاء وأن يعني فادعوا الله واسجدوا لربكم واخلصوا له الدعاء ففعلوا ثم رفعوا رؤوسهم وطبعا بعد أن صنعوا ذلك ودعوا الله سبحانه وتعالى قاموا وقد ارتفعت معنوياتهم هذه فائدة عظيمة ثم في موضع آخر من هذا اللقاء ما عدو صلى بالناس ركعتين وأطال بهم ثم قال لهم ادعوا الله وأطال في الدعاء ودع الله أن ينصرهم وكان يدعو والمسلمون يؤمنون على دعائه طبعا آلاف جيف جيف كبير لما كان يدعو والمسلمون في الصلاة يؤمنون على دعائه ثم لما فرق قال نصرتم ورب الكعبة أيقن هذا الرجل قالها ثلاثة قال نصرتم ورب الكعبة قال هذه العبارة ثلاث مرات لأنه يعلم أن المعنويات في مثل هذه الأمور مسألة في غاية الأهمية بل حاسمة يعني مهما كان الجيش كبيرا سوف نشاهد بعد ذلك مثلا قد يكون الجيش يعني كبير جدا لكن إذا كانت المعنويات ضعيفة ومضطربة لا يمكن أن يتحق أخرى ولما التقى الجيش بعد هذا الدعاء في الصلاة والدعاء في السجود استبسل المسلمون في القتال فمنحهم الله سبحانه وتعالى النصر من عندهم هذه المعركة تسمى معركة سامنة ولما بلغت الخليفة أنباء هذه المعركة نزل عن سريره وسجد شكرا لله تعالى وكان خاطان بعد هزيمته قد اختلف مع كورسول مع كورسول وكورسول هذا هو أحد ملوك الترك الكبار لكن طبعا خاطان ربما منزلته بين الترك أكبر بقام كورسول بقتله قبل أن يقتله خاطمه خاطمه في سنة أيضا عشرين ومئة توفي والي خرسان أسد بن عبد الله القسري بطل هذه المعركة معركة سان وقسر أيها الأخوة من قبيلة بجيلة الكهلانية القحطانية وكان لما شعر بالمرض استخلف على خرسان جعفر ابن حنضلة البهراني وقبيلة بهراء إذا تعرفون هي من قبائل قضاعة فلا نسب لها نقول بهراني قبيلة بهراء نقول فلان بهراني وفيها أيضا في هذه السنة عزل الخليفة هشام بن عبد الملك بن موران خالد بن عبد الله القسري عن العراق وخرسان وذلك لأن خالد بن عبد الله طغى وتجبر واستولى على أموال كثيرة لم يرسلها إلى الخليفة ووصل به الأمر أن أهان رجلا من بني أميه بل ومن آل أبي العاصر أميه فكتب هشام إلى عامله على اليمن يوسف بن عمر الثقفي وقال له سر إلى العراق فقد وليتك إياه ولا يعلم بذلك أحد واخذ ابن النصرانية وعماله فأشفني منه ابن النصرانية خالد بن عبد الله القسري كما تعرف وكانت فلاية خالد بن عبد الله على العراق خمس عشرة سنة ثم إن الخليفة عين نصر بن سيار الليثي الكناني أميرا على خرسان فكان عهده خير عهد كما قال المؤرخون ولكن في عهده أيضا اشتعلت الدعوة العباسي وهذه سوف نتكلم عنها لاحقا وبالتفضل في سنة إحدى وعشرين ومئة غزى نصر بن سيار بلاد ما وراء النهر غزاهم أكثر من غزوة وفي واحدة من تلك الغزوات وقع في أيديهم كورسور وهو كما قلنا من كبار ملوك الترك فقتله نصر بن سيار وكان الحارث بن سريج التميمي الخارج على الخليفة وعلى المسلمين وعلى الدولة يقاتل المسلمين في صف الترك وفي مرة خطب نصر بن سيار في المسلمين في مدينة مر ومر هي عاصمة فراسان فقال في خطبته وقد استعملت عليكم منصور بن عمر بن أبي الخرقاء وأمرته بالعدل بينكم فأيما رجل منكم من المسلمين هذه مؤمن تبه له فأيما رجل منكم من المسلمين كان يأخذ منه جزية من رأسه أو ثقل عليه في خراجه وخفف مثل ذلك على المشركين فليرفع ذلك إلى منصور بن عمر يحوله عن المسلم إلى المشرك يعني يحول ما يوضع على المسلم إلى المشرك هذه مصيبة كيف يأخذ منه من المسلم خراج وجزية كيف يأخذ منه جزية عفوا قالوا فما كانت الجمعة التالية حتى أتاه ما يقارب ثلاثين ألفا من المسلمين من أهل تلك البلاد يعني ليسوا بعرب ثلاثين ألفا من المسلمين أتوه من أهل تلك البلاد ممن دخلوا في الإسلام نعم عاجم صحيح أخواننا في الله لا شك كانوا يأدون الجزية عن رؤوسهم وأتاه ما يقارب ثمانين ألف رجل من المشركين لا يأخذ منهم الجزية يعني لا يأخذون منهم الجزية بينما يأخذون الجزية من المسلمين الذين دخلوا فيه فقام بوضع الجزية عن المسلمين وفرضها على الكفار هذا يوال أخوة ما نسميه في أيامنا هذه بالفساد الإداري وهذا الأمر قد انتشر في الدولة الأموية خاصة في إخريات أيامها وأعتقد أن هذا بل هو نعم أحد أسباب سقوطها هذا أحد أسباب سقوطها الفساد الإداري ولذلك كثيرا ما نرى الخلفاء يعزلون أميرا أو غاليا أو عاملا ويطالبونه بإرجاع ما أخذ من بيت المال وإلا كيف تأخذ الجزية ممن دخل الإسلام وتطرح عن الكافة هذا دليل واضح على الظلم الشديد وعلى نقمة الناس على الدولة ولذلك وجد دعاة بن العباس في خرسان البيئة المناسبة لنشر دعوتهم كما وجدها الخوارج إذا تعرفون في المغرب سوف نتكلم عن ذلك إذن كان العرب فيما بينهم يتفخرون في الأحساب والأنساب ويعيروا بعضهم بعضا فما بالكم آد بنظرتهم للموالي نعم ما قد تكلمنا إذا تذكرون عن نظرتهم للموالي فصلنا في ذلك كثيرا في دروس العرب حساب المناسب نعم وربما من باب يعني هكذا التذكرة وكسر الرتابة نقول لعلكم تذكرون قصة القاضي سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة تميم من بني العنبر بن عمر بن سميم توفي هذا سوار بن عبد الله في سنة مائتين وخمس وأربعين كان قاضي ينظر صافة في بغداد وقلنا لما جاءه الأعراب من بني العنبر بن عمر بن سميم يستفتيه في مسألة ميرات وقال له إن أبي مات وتركني وأخي وخط خطين أمام القاضي القاضي ينظر إليه ثم قال وهجينا وخط خطا بعيدا عن الخطين وقال للقاضي فكيف يقسم المال بيننا فقال له القاضي هل هناك وارث غيركم قال العراب لا فقال له القاضي كل واحد منكم يأخذ الثلث ثم ثلاثة فقال له العراب لا أظنك فهمت ما ذكرت لك إنه تركني وأخي وهجينا فكيف يأخذ الهجين مثل ما أخذ أنا وأخي فإذا كان قاضي سواري والأخوة بن عبد الله قد توفي في سنة خمس وأربعين ومائتين يعني في خلافة المتوكل على الله الخليفة العباسي العاشر المتوكل قتل في سنة سبعة وأربعين ومائتين وهذه الفترة من تاريخ الدولة العباسية التي تمتد أو تبدأ من قيام الدولة في سنة 2200 ومائة وإلى اغتيال خليفة العباسي العاشر المتوكل على الله في سنة 247 للهجرة هذه الفترة تعتبر من وجهة نظر بعض المؤرخين أقوى فترة في التاريخ العباسي أكما فيها عشرة قلصاء من هؤلاء الخلفاء العشرة سبعة أمهاتهم لسنا بعربيات وهم المنصور إذا تذكرون من دروس الدولة العباسية المنصور والهادي والرشيد والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل وعلى ذلك فإن هؤلاء الخلفاء من الفجنة في نظر يعني أو من وجهة نظر هذا العرابي القادم والصحراء نعم كانت النظرة إلى تقريبا قرن الثالث الهجري بعد ذلك كانوا ينظرون هذه النظرة إلى المواني طبعا سإذا كانت هذه نظرتهم للموالي في الدولة العباسية التي كان الموالي بها شأن كبير كما قلنا سبعة من الخلفاء أمهاتهم للموالي فما بالكم بوضعهم في الدولة الأموية دولة القريبة من الجاهلية دولة القبائل العربية لذلك كانت تعصب الأمويين للعرب بل وطغيان العصبية القبلية في الدولة الأموية هذه العصبية التي لم يهذبها الإسلام كانت يعني طغيانها كان من أحد أسباب المباشرة في صقود دولة الأموية نحن نريد الآن أن نتكلم عن حادثة مهمة وقعت في عهد الخليفة الأموي العاشر إشام بن عبد الملك بن عبد المنوان حدثت في سنة إحدى وعشرين ومئة هذه الحادثة هي حادثة مقتل زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طهن وسوف أتكلم عن هذه الحادثة المهمة باختصار ويعني أقول الروايات تعدلت في سبب خروج زيد بن علي بن الحسين ولكن نأخذ بالرواية التي تقول أن يوسف بن عمر الثقفي عندما كان يزيد بن خالب بن عبد الله القسري ادعى وهو تحت العذاب أنه استودع زيد بن علي بن حسين ومحمد بن عمر بن علي بن طالب وداود بن علي بن عبد الله بن عباس وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وأيوب بن سلم بن عبد الله بن وليد ابن المغير المخزومي ادعى بأنه استودعهم مالا كثيرا وكان زيد بن علي في الرصافة لماذا كان في الرصافة رصافة هشام اللي بالشام كان في الرصافة لتسوية قصومة بينه وبين بني عمه بن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في ولاية وقف علي بن أبي طالب نعم رضي الله عنه يعني من من آل علي بن أبي طالب يتولى شؤون الوقف كان خلاف بين آل الحسين وآل الحسن ابن علي بن أبي طالب وكان محمد بن عمر بن علي مع ابن عمه زيد بن علي ابن الحسين في الرصافة رصافة كما قلنا حشام وهي غير طبعا رصافة بغداد التي بنيت بعد ذلك وهناك أيضا رصافة في مدينة واسد رصافة حشام بشام رصافة بغداد بعد ذلك ثم كانت هناك أيضا رصافة في مدينة واسد أما هذه كما قلنا فهي رصافة حشام بن عبد الملك في الشام وهي مدينة بها القصور ربما نقول مدينة القصور الملكية تحيط بها مساكن وقرى وأسواق أسواق عامرة رائجة وهي من أرض من نسلين فكتب يوسف بن عمر إلى حشام بن عبد الملك خبره بما ادعى يزيد بن خالب فأرسل حشام في طلبهم وسألهم عن حقيقة هذا الأمر فأنكروا ما قاله عنهم يزيد بن خالب فقال لهم حشام سوف أرسلكم إلى يوسف بن عمر لأجمعكم بمن ادعى عليه فأرسل واستبقى أيوب سلم المخزوم لأنه من أخواله وعلى حشام بن مخزوم وأرسل البقية إلى الأراق لتسوية هذا الأمر فقدموا على يوسف بن عمر من كوفة قدموا عليه واستحلفهم وجمعهم بيزيد بن خالد وتبين له افتراءه عليهم فكتب يوسف بن عمر إلى حشام ذلك فقال له استحلفهم ثم خلس بيلا فقادروا إلى المدينة وعور أما زيد بن عالي لم يخلق لقى في الكوفة فقام بها خمسة أشهر تقريباً وكتب له يوسف بن عمر يأمره بمغادرة الكوفة ولكن زيد كان يماطل في مغادرة الكوفة التي لماذا بقى بالكوفة الكوفة أيها الأخوة بها من الشيعة كثيرين بها الكثير من الشيعة كانوا يتوافدون عليه ويزينون له الخبر لما سمع داود بن علي بن عبد الله بن عباس بما يقوله الشيعة لزيد بن علي قال له يابن عمي لا يغرنك هؤلاء ففي أهل بيتك وخذلان هؤلاء إياهم عبرة لك فقال يا داود إن بني أمي قد عتوا وقست خلوبهم ولكن تحت الحاح يوسف بن عمر يطالبه بالخروج خرج زيد من الكوفة إلى القنفية فلحقه الشيعة وقالوا له نحن أربعون ألفا وإن رجعت إلى الكوفة لن يتخلف عن مبايعتك أحد وأعطوه أيمانهم وأعطوه أيضاً مواثيقهم مانهم حلفوا له ألفوا له بأنهم لن يتخلوا عنه فقال لهم إني أخاف أن تخذلوني وتسلموني كما فعلتم بأبي وجدي ولكنهم كانوا يؤكدون له وقوفه معه هذا التاريخ أيها الأخوة مهم جداً التاريخ يعيد نفسه ويتحرر أيها الأخوة تبهوا لعلي داود بن علي بن عبد الله بن عباس أيضاً قال له يا ابن عمي إن هؤلاء يغرونك من نفسك لقد خذلوا من كان أعز عليه منك جدك علي عمي طالب حتى قتل والحسن من بعده بايعوه ثم وثبوا عليه فانتزعوا رداءه من عنقه هذه تكلمنا عن هذا تذكرون في بدايتنا في كلام عن هذه عن التاريخ السياسي لدولة قال وثبوا عليه وانتزعوا رداءه من عنقه وانتهبوا فصطاطه وجرحوه ولقد أخرجوا جدك الحسين وحلفوا له بأوكد الأيمان ثم خذلوه وأسلموه ثم لم يرضوا بذلك حتى قتلوه فلا تفعل وترجع معهم نصحه بأن لا يرجع معهم لا تفعل بما يناشدون حلفانهم هذا لا ترجع معهم لا تصدق وبعد ذلك بعد أن نصحه داود توجه داود إلى المدينة المنورة ذهب إلى المدينة المنورة ورجع زيد إلى الكوفة لما حاد زيد إلى الكوفة كان الشفية يتوافدون عليه فجاءه سلمة ابن كهيل سلمة ابن كهيل جاءه وقال له وهم يسمعون نشدتك الله كم بايعك قال أربعون ألف قال فكم بايع جدك قال ثمانون ألف قال فكم بقى معه قال ثلاثم فقط يعني بايعوا جدها ثمانون ألفا ولم يبقى معه إلا ثلاثم فقال له نشدتك الله أنت خير أم جد قال بل جد قال أفقرنك الذي خرجت فيه خير أم القرن الذي خرج فيه جد قال بل قرن الذي خرج فيه جد فقال له أفتطمع أن يفي لك هؤلاء وقد غدر أولئك بجدك قال له لقد بايعوني ووجبت البيعة في عنقي وأعناقي وكان عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب قد كتب إلى زيد بن علي يحذره وينصحه وسوف أقرأ أيها الأخوة لكم أقرأ عليكم ما قال حتى تعرفون جمال نصيحته وصدقها قال له يا ابن عمي أن أهل القوفة نفخ العلانية خور السريرة هوج في الرخاء جزع في اللقاء تقدمهم ألسنتهم ولا تشايعهم قلوبهم لا يبيتون بعدة في الأحداث ولا ينوؤون بدولة مرجوة ولقد تواترت إلي كتبهم بدعوتهم فصممت عن ندائي وألبست قلبي قشاء عن ذكرهم يأسا منهم مضطراحا لهم وما لهم مثل إلا ما قال علي بن أبي طالب إن أهملتم خطتم وإن حربتم خرتم وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم وإن أجبتم إلى مشاقة نكستم وقصت رضونا الله عليه حرف أنتم معرفة علي بن أبي طالب ضارة معهم كبيرة لكن ما اتسع المجال التفصيل وكان هشام بن عبد الملك قد كتب إلى يوسف بن عمر كتابا يطلب منه إخراج زيد بن علي بن الكوفة إلى الحجاز حتى لا تكون فتنة سببها يعني لا تكون فتنة نعم سببها الاتفاف الشيعة عليه جاء في هذا الكتاب وبعض التحامل عليه فيه أذى له قال له نذكر من بعض ما جاء يقول له وبعض التحامل عليه فيه أذى له وإخراجه وتركه مع السلامة للجميع والحقن للدماء والأمن للفرقة أحب إلي من أمر فيه سفك دمائهم وانتشار كلمتهم وقطع نسلهم والجماعة حبل الله المتين ودين الله القويم وعروته الوثق كتاب طويل ولكن هذه بعض المقتصفات من سعب الشأن هذه الأحداث والأخوة لابد من قراءة بعض من التفاصيل حتى لا يفوتنا شيء منها أما الأمور التي تفهم من سياق الحديث فأقولها لكم من دون حاجة لقراءة تفاصيل وأمن الأمور التي أردت أن أقرأها عليكم حتى تتضح لكم بعض العسائل هذه الحادثة التي قال المؤرخون ذكرها المؤرخون قالوا بأن يوسف بن عمر والي العراق كان منتبها لكل حركات زيد وأصحابه فلما رأى الشفعة أن يوسف بن عمر يراقبهم نكسوا على عقابهم ولكن لا بد من مخرج فجاء جماعة من رؤوسهم إلى زيد بن علي بن علي بن أبي طالب وقالوا له رحمك الله ما تقول في أبي بكر وعمر قال زيد رحمهم الله وغفر لهما ما سمعت أحدا من أهل بيتي يتبرأ منهما ولا يقول فيهما إلا حيرا قالوا فلما تطلب إذن بدم أهل هذا البيت إلا بسبب وثوبهما على سلطانكم فنزعاه من أيديه انظروا إلى الحقيقة هذا خبث فقال زيد إن أشد ما أقول فيما بكرتم إن كنا أحق بسلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس أجمعين وإن القوم استأثروا علينا ودفعونا عنهم ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرا وقد قلوا فعدلوا في الناس وعملوا بالكتاب والسنة قالوا فلما يظلمك هؤلاء وإن كان أولئك لم يظلموا فلما تدعو إلى قتال قوم ليسوا لك بظالمين فقال وإن هؤلاء ليسوا كأولئك الناس في هذا الوقت وكان في هذا الوقت إن هؤلاء ظالمون لي ولكم ولأنفسهم وإنما ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى السنن أن تحيا وإلى البدع أن تطفى فإن أنتم جبتمونا سعدتم وإن أنتم أبيتم فلست هليكم بوكي لما سمعوا مقالته فارقوه ونكثوا بيعته ورفضوا إمامته فسماهم الرافضة لا سماهم الرافضة كلمة الرافضة نشأتهم واتفق زيد مع من بقي على بيعته بأن يكون موعد بروج وليلة الأربعاء أول صفر من سنة 2200 ولما خرج زيد كان رجال يوسف بن عمر على أخبت الاستعداد فحجزوا الناس في جامع الكوفة وأغلقوا الحواري والطرقات مثل حظر التجول صنعوا ولما خرج زيد للموعد الذي ضربه لمن بايعه لم يأتي إليه إلا 218 رجلا ونشب القتال بالكوفة بين زيد ومن معه وبين رجال يوسف بن عمر وكان زيد لا يهجم على جماعة إلا فرقها هذا شأن فرى هاشمين حقيقة هؤلاء لهم عندما تقرؤون تاريخهم في المواجهات يعني يستبسلون سوء ته بهم يعني شجاعة فطرية وبطولة نعم واقتتلت فريقان قتالا شديدا واستمر القتال لمدة يومين كانوا يتقاتلون حتى المساء وكان زيد بن علي بن حسئ الحسين كما قلنا يقاتلهم قتالا شديدا ولا يقف في وجهه أحد إلا هده كما يقولون وفي مساء اليوم الثاني أصيب فرحمه الله بسهن في جبحته ومات من جرحه وأحضروا طبيبا لينزع النصل فلما نزعه صاح ومات في الحال فقاموا بدفنه في نهر يعقوب وأجروا عليه الماء ولكن عبدا من عبيده عبدا سمديا دلهم على قبره فاستخرجوه وقطعوا رأسه وأمر يوسف بن عمر بصلب جسده ثم بعثوا بالرأس إلى هشام بن عبد الملك في دمشق فأمر هشام بنصب الرأس على باب دمشق ثم أرسلوا بعد ذلك برأسه إلى المدينة المنورة وبقى جسده في العراق مصبوبا في عهد هشام فلما توفي هشام أمر الوليد بن يزيد بن عبد الملك بإنزاله وحرقه كما سوف نتكلم بعد ذلك وأما يحيى بن زيد فإنه توارى عند عبد الملك بن بشر بن مروان بن حكم ولما وصل الخبر إلى يوسف بن عمر وطلبه قال له أنا أغاري من ينازعني سلطاني ويدعي فيه أكثر من حقي نعم قال له أنا أغاري من ينازعني سلطاني ويدعي فيه أكثر من حقي كيف يكون طبعا يوسف بن عمر صدقه وتغت ثم لما هدأت المر صار يحيى بن زيد مع جماعة من الزيدية إلى خراسة كان قد توارى عند عبد الملك بن بشر بن مروان بن بشر بن مروان بن الحكم لكنه طبعا بعد ذلك غادر مع جماعة من أنصاره إلى خراسة الغذب في الدولة الأموية في عهد هشام لم يتم وخاصة على بلاد أروب ففي سنة 24 مئة كانت غزوة سليمان بن شام بن عبد الملك كان ذلك في آخر أيام حكم الامبراطور البيزنطي ليو الثالث ليو الأي سوري يسميه العرب كما قلنا اليون ملك الروم وفي سنة 25 مئة وهي آخر سنة من حكم الخليفة الأموي العاشر خليفة القوي هشام بن عبد الملك بن مروان بن حكم الذي لم تبلغ الدولة الإسلامية في عهد أي حاكم من حكام المسلمين ما بلغته في عهده من التساعد وقوة قام بن أخيه الأمير الأموي النعمان بن يزيد بن عبد الملك بغزو بلاده غوم وكان ملك غوم هو الامبراطور البيزنطي قسطنطين الخامس الذي خلف الامبراطور البيزنطي ليو الثالث نعم في سنة 25 ومئة توفي الخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك في الصافة وصلى عليه ابنه مسلمة بن حشام وكان هشام بن عبد الملك رجل دولة قدير وكان كما وصفوه غزير العقل حليما عفيفا متواضعا قويا أيضا لا يبذر الأموال ولذلك كان يوصف بالبخل وبمفخون من الحال نقول إنه رجل دولة اقتصادي الذي يحفظ مدانية الدولة هذا رجل دولة اقتصادي ناس تقول عنه بخيل لكن أن يكون يعني وصف بهذا الوصف أفضل من أن يبذر أموال دولة وتقع الدولة في أيام الضيقة في مشاكل وكانت دواوينه منظمة يعني دوائره الحكومية وهذه منظمة نحن كانت دواوينه كما يقولون منظمة وصحيحة والدوان كما قلنا بمثابة الوزارة والإدارة العامة وكان المنصور خليفة العباس الثاني قد اقتبس كثيرا من الأساليب هشام بن عبد الملك عند إدارته لشؤون دولة العباسي وكان المنصور بهشام معجبا شديد لأجاب بهشام بن عبد الملك وفي عهده في عهد شام كان الجهاد قائما في الدولة الأموية في مشارق الأرض ومغاربها والأخوة أيضا في ربيع الثاني من سنة 25 ومئة تولى الخلافة الوليد بن عزيد بن عبد الملك وهو الخليفة الأموي الحادي عشر وفي عهده دب الخلل في الدولة الأموية الكبيرة وكما نقول في أيامنا هذه ابتدأ العد التنازلي لسطوطها ولكن قبل كلام عن ذلك نريد أن نكمل ما ابتدأناه عما حدث في المغرب والأندلس من أحداث وإذا تذكرون نحن قد توقفنا عند مقتل عبد العزيز بن موسى بن النصير في الأندلس وكان عبد العزيز واليا عليها من قبل والده موسى بن النصير الذي ذهب مع طارق المزياد إلى دمشق وكذلك ذكرنا بأن الخليفة سليمان بن عبد الملك قام بعزل عبد الله بن موسى بن النصير عن ولاية المغرب ونصب في مكانه محمد بن يزيد القرشي مولى قرش لما تولى عمر بن عبد العزيز عين على المغرب التابعي إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر دينا وأرسل معه عشرة من التابعين من أهل العلم فقام هذا الوالي الصالح لنشر تعاليم الإسلام بين قبائل البربر في المغرب ويقول الكثير من المؤرخين بأن فترة حكم هذه الوالي الصالح كانت بال البربر على الدخول في الإسلام كبيرا ولما توفي عمر بن عبد العزيز وتولى من بعده يزيد بن عبد الملك قام بتنصيب يزيد بن أبي مسلم الثقفي مولى ثقيف واسم أبي مسلم كما قلنا دينار كما ذكرنا في الحلقة الماضية وكان يزيد بن أبي مسلم في بداية عمره مع الحجاج بن يوسف في العرب قالوا بأنه صاحب حرطته وقالوا بل كان كاتب في ديوانه وبعد رفاة الحجاج بن يوسف تقر به المقام بالشاه هذا يزيد بن أبي مسلم ولما وصل طبعا بعد أن يعني عينوه والي من هناك لما وصل إلى القيروان لم يبقى في ولايته إلا ما يقارب الشهر إذ قاموا بقتله بسبب شدته لماذا قاموا بقتله؟ بسبب شدته وبسبب أخذه الجزية ممن أسلم من البربر وقام أيضا بسبب إنساءهم وكان حراسهم من البربر كانوا حراسا لعبد الله بن موسى بن صيقى من ذلك وبلغ به الغرور والظلم والجبروت أنه أراد أن ينقش أسماء حراسه على أيديهم يعني مثل الوسل يريد أن يسمهم بأسمائهم على أيديهم فلما عدم على ذلك قتلوه وأراح المسلمين من شري والتهم في ذلك تهموا عبد الله بن موسى بن مصير قالوا بأنه وراء هذه المؤامرة مؤامرة قتل هذا يزيد بن أبي مسلم ولذلك قتله بعد ذلك الوالي الجديد بشر بن صفان الكلبي وأرسل برأسه إلى يزيد بن عبد الملك في دمشق لأن من الذي قام بقتله هم حراس الحراس البربر فراس عبد الله بن موسى بن مصير قبل بعد مقتل يزيد بن أبي مسلم نصب المسلمون عليهم محمد بن يزيد القرشي لحين وصول أمر الخليفة بالوالي الجديد وبالفعل وصل بشر بن صفان الكلبي في سنة ثلاث ومئة وصل واليا عليهم من قبل الخليفة وبقى واليا عليهم إلى حين وفاته مريضا في شوال من سنة تسع ومئة بعد عودته من غزوص قلية وفي سنة عشر ومئة وصل إلى القيروان عبيدة بن عبد الرحمن السلمي واليا على المغرب وكان عبيدة هذا متعصبا للقبائل القيسية وابتدأ مهامه بعزل عمال بشر بن صفان والتنكيل بهم وقام في أثناء ولايته على المغرب بتغيير أرضعة أمراء على الأندلس في فترات قصيرة هذه العصبية وهذا الظلم هذه التفرقة الذي يعني مارسها عبيدة بن عبد الرحمن السلمي على عمال بشر بن صفان الكلبي وكان من ضمن عمال بشر بن صفان الكلبي أبو الخطار الحسان بن ذرار الكلبي جعلت أبو الخطار حسان بن ذرار وهو شاعر تمكن جعلته يرسل بقصيدة إلى الخليفة أشام بن عبد الملك بن مروان يذكر له فضل اليمانية ووقوفهم مع بني مروان قال له أفأتم بني مروان قيسا دماءنا وفي الله إن لم تنصفوا حكم عدله كأنكم لم تشهدوا مرج راهط ولم تعلموا من كان تم له الفضل وقيناكم حر الوغى بصدورنا وليست لكم خيل تعد ولا رجل فلما رأيتم واقد الحرب قد خبى وطاب لكم منها المشارب والأكل تغافلتموا عنا كأن لم يكن لنا بلاء وأنتم ما علمت لها فعل فلا تجزعوا إن عضت الحرب مرة وزلت عن المرقات بالقدم النعلو تصرم حبل الوصل وانقطع القوى ألا ربما يلوي فينقطع الحبل تعاميتموا عنا بعين جلية وأنتم كذا ما قد علمنا لنا فضل وبطبيعة الحال إنها ساءت الأحوال في المغرب فإن هذا يؤثر على الأوضاع في الأندلس ولذلك بادر الخليفة بعزم عبيد بن عبد الرحمن وقام بضم بلاد المغرب الكبيرة إلى والي مصر عبيد الله بن حبحاب سلم نعم فطبعا هذه بعد هذه القصيدة المؤثرة لا شك استجابه شامح شامح كان حكيم كان من الحكماء شام بن عبد الملك فاستجاب لذلك وبادر بعزم عبيد بن عبد الرحمن وقام بضم كما قلنا المغرب هذه وهي بلاد كبيرة إلى والي مصر وكان والي مصر هو عبيد الله بن الحبحاب السلول وبن سلول طبعا هم بن مر بن سلول بن صعصعة بن معاوية بن بكر ومعوازن وسلول هو أخ عامر بن صعصعة نعم كما ذكرنا قبل والي مصر استخلف على المغرب ابنه القاسم بن عبيد الله بن الحبحاب وعلى الأندلس استخلف عقبة بن حجات السلول وعلى طنجة عمر بن عبد الله المرحب إذن استخلف على المغرب ابنه القاسم بن عبيد الله بن الحبحاب وعلى الأندلس عقبة بن حجات السلول وعلى طنجة استخلف عمر بن عبد الله المرحب وكان قد تسلمها قبله إسماعيل عبيد الله بن الحبحاب هذه طنح وكان المرادي هذا عمر عبد الله المرادي من أشد عماله على البربر وكان عبيد الله بن الحبحاب قيسيا متعصبا للقبائل القيسية ولذلك كان متحاملا على القبائل القحطانية وتعسف مع البربر وأوقع عماله على البربر غلما كبيرا لا يحتمله أحد فما بالكم بأبناء أهله القبائل الأبية قبائل البربر قبائل حالي أبية لخهادات وثقاليد وشهامة لما أوقعوا عليهم هذا الظلم ما إنهم إخوانهم في الدين ولكن أيها الأخوة العنجهية والعصبية العربية التي أصفت بالدولة الأممية نحن شاهدنا ما صنع نصر بن سيار لما تولى خرسان عندما أمر نائبه بوضع ما يؤخذ من جزئة من المسلمين من أهالي تلك البلاد وفرضها على الكفار طلب منه بأن يفرضها على الكفار من أهل تلك البلاد الذين لم تكن تؤخذ من كثيرين منهم وقلنا بأن هذا نوع مما نسميه في أيامنا هذه بالفساد الإداري إذن اضطراب الأوضاع الذي نتج عن هذا الظلم وهذا التعسف الذي وقع على أثناء البلاد الأخوانيين جعل الخوارج يستغلون هذه الأوضاع المناسبة تماما لدعوتهم فقاموا بتأليب البربر المسلمين وحرضوهم على الخليفة هشامة عبد الملك ولكن البربر قالوا إن الخليفة لا علم له بحقيقة الأوضاع ولا بد لنا من أن نشكل وفدا لإبلاغ الخليفة بهذه الأوضاع المحردية حتى يضع حدا لذلك إذا عرفت ذلك سوف يتدخل وبالفعل شكلوا أفدا من رجالهم برئاسة ميسرة المضغري وتوجهوا إلى الشام هذه رحلة شاقة طويلة فلما وصلوا إلى دمشق أخذ الأبرش الكلبي وزير الخليفة يناطلهم ولم يمكنهم من الالتقاء بالخليفة الأبرش كما تكلمنا قد ذلك بحرناه قلنا هو سعيد بن وليد الكلبي أبرش كلبي هذا أخذ لماطلهم ولم يمكنهم من الالتقاء بالخليفة ماذا قال وفد المسلمين البربر للأبرش قالوا له إن أميرنا يغزو بنا ومعنا العرب لما يذهب للغزو يغزو بنا ومعنا العرب وإذا قسم الأنفال لا يعطينا ولكنه يعطي العرب وإذا حاصرنا مدينة قال تقدموا وأخطر جنده يعني من العرب وربما يذبحون الألف شاتل يبقرون بطونها من أجل أن يجدوا في واحدة من هذه الشياة فروة عسلية حشام عبد الملك يحب الفراء ذات اللون العسل فنقول لا بأس هذا من أجل الخليفة لا بأس بذلك هذا من أجل الخليفة ولكن انظروا إلى هذه ما لا نستطيع الصبر عليه هو أخذهم لكل جميلة من بناتنا يعني هذا منتهى الظلم منتهى الاستبداد ولكن ماذا يصنعوا لم يستمعوا إلى الخواني وقرروا ورفعوا معاناتهم من ولاتهم إلى الخليفة ولي الأمر لكن وزيرهم أبرش لم يسمح أبرش الكلب لم يسمح لهم بمقابلة الخليفة فقالوا نشكوا للأبرش ما نعاني من الولات ولكن ماذا كان رد الأبرش على هذه الشكاوة الخطيرة والتي تنذر بثورة الخطيرة إن لم يتم التعامل معها بسرعة وبجدية ووضع حد لها ومعاقبة المتسبب فيها وعزل كان الأبرش يسوف كان يسوف ويقول لهم لا بأس هذا الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوه هذا التصبف الأحمق ما كان يجب أن يصدر من وزير الخليفة بل كان من الواجب عليه أن يجمعهم بولي أمر المسلمين الخليفة ليستمع إلى ظلاماته ويرفعها عنهم ويحاسب من تسبب لهم بهذا الظلم إيشان بن عبد الملك لا شك إنه لا يرضى بهذا أبداً ولكنه في نهاية الأمر هو الذي يتحمل وزر ذلك لأنه لم يتفقد أحوال المسلمين ما ينبغي لولي أمر المسلمين أن يترك الحبل على الغارب لكبار المسؤولين ولا يتابعهم لابد من متابعتهم ربما أحد منهم يعني يأخذه الغرور بهذه الثقة المطلقة من ولي الأمر ويستبد في مركزه لابد من مراقبته والإطلاع على سير الأمور من آن لآخر لأن ذلك قد يؤلب المسلمين على ولي أمرهم وهذا ما حدث لما عاد وحد الغربر طبعاً عادوا إلى بلادهم الخائمين وهذا أدى إلى اشتعال الثورة الرحيبة في المغرب والتي امتدت إلى بلاد الأندلس وقاد هذه الثورة ميصر المضغري وتزعم الدعوة لمذهب الخوارب السفرية في المغرب الأقصى وقتل الثوار عمر عبد الله المرادي وعلي طنجة في سنة 2200 وولوا مكانه عبد الأعلى بن جريج الأفريقي الرومي مولى موسى بن نصير وكان على رأي الخوارب السفرية هذا عبد الأعلى بن جريج وانضم بقومه الأثارقة والأثارقة أو الأثارق كما قلنا في دروس تاريخ سياسي المغرب والأندلس وذات الترون قلنا هم بقايا شعب قرطة جنة انضموا هؤلاء الأثارق إلى الثوار من الضربر وعزحفت هذه الجموع الهائلة إلى حيث إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب فهزموه وقتلوه يوش كبيراً ثورة نعم ولما وصلت أنباء هذه الثورة الكبيرة إلى عبيد الله بن الحبحاب جهدوا جيشاً كبيراً في القيرغان من أشراف العرب وأمر عليه خالد بن حبيب بن أبي عبده من عقبة من نافع الفهري هذا يسمونه جيش الأشراف وساروا إلى طنجة بالمغرب الأقصى وهناك انثقى خالد بن حبيب بجيش والده حبيب بن أبي عبده حبيب بن أبي عبده كان يجاهد في سقلية فقطع جهاده وأتى إلى المغرب وجاء للمساعدة في القضاء على الثورة المتهبة وأبر خالد بن حبيب بقواته نهر الشليس للقاء البربر ولم يعبر والده حبيب وبالقرب من تاهرت دارت معركة كبيرة بين الطرفين انتهت بهزيمة العرب هزيمة ساحقة ولم ينجوا منهم أحد وتعرف هذه المعركة بمعركة الأشراف وقتل خالد بن حبيب وكان البربر قد قتلوا في بداية المعركة ميصر المضغري لأنه انتهب من المعركة فقتلوه وولوا عليهم خالد بن حميد الزنات نعم أخبار هذه الهزيمة المدوية وصلت إلى البربر في أندلس فقاموا بفتورة على العرب في أندلس وعزلوا عقبه بن حجاج السلوس ونصبوا مكانه عبد الملك بن قطن الفهري وكان ذلك في سنة 23 ومئة هذه التطورات جعلت سعماء العرب في القراران يعزلون عبيد الله بن الحبحاب عنهم ولما بلغت هذه الأنباء الخليفة في دمشق قال والله لأغضبن لهم غضبة عربية ولأرسلن لهم جيشا أوله عندهم وآخره عندي وطلب من بن حبحاب أن يأتي إليه وأرسل الخليفة إليهم قلثوم بن عياض قشير وبن قشيرهم بن قشير بن كعب بن ربيع بن عامر بن صعصعة هذا أيضا قلثوم بن عياض من قيسية المتعصدين وكان معه ابن أخيه بلج بن بشر بن عياض قشيري وبلج في مثل عصبية عمه أو أشد ووصل قلثوم بن عياض إلى المغرب وصلها في رمضان من 23 ومئة وفور رصول هذا الأحمق أخذ يستخف بعرب المغرب ومعظم العرب في المغرب والأندلس من القبائل اليمانية القحطاني لما رأى عرب أثريقية غلظة جفاء الوالي الجديد كتبوا إلى قائد قواتهم حبيب بن أبي عبد الفهري والفهري طبعا قرشي مضري ولكنه حفيد لعقبه بن نافع فاتح المغرب وهو من سكان المغرب فكتب حبيب بن أبي عبده وكان يقف بقواته في مواجهة فوار بن الضربر ومن معهم كتب إلى قلثوم بن عياض يقول إن ابن عمك السفيه يقصد بلج بن بش قد قال كذا وكذا فرحل بعسكرك عنهم وإلا حولنا عنة الخيل إليك فكتب إليه قلثوم بن عياض يعتذر له عن سوء التفاهم هذا ثم واصل قلثوم تحركه باتجاه قواته باتجاه طنجة ووصل إلى معسكر حبيب بن أبي عبده وكان على وادي شنيف كما قلنا لما رأى قلثوم بن عياض وابن أخيه بلج بن بش حبيب بن أبي عبده قال بلج مستهزئ هذا الذي يحول أعنة الخيل إلينا أخي الحال اشتعلت الفتنة بين العرب سفهاء ونشب القتال بينهم ولم يتمكن قلثوم بن عياض من وضح حد للقتال إلا بعد جهد الجهيد وأقر الصلح بينهم ولكن كانت النفوس مشحونة يؤذرون وفي أوائل سنة 24 ومئة وبالقرب من تاهرط وفي بلدة بقدورة التي تقع على وادي سبو دار القتال بين العرب المسلمين والثوار المسلمين وبسبب سياسة بلج بن بشر الخرقاء واستماع عمه إليه حلت الهزيمة بالعرب وكانت هزيمة كبيرة قتل الثلث وأسر مثلهم وفر البقية وكان كبار القادة في جيش كلثوم بن عياض قد طلبوا منه لما رأوا كثرة جيش البربر بأن يخندق على الجيش فأراد أن يستجيب لهم ولكن بلج بن بشر منتلئ غرورا قال له ومن هؤلاء حتى نخشاهم ونخندق على أن حسنا ولكنه عندما التقى بهم كسروه وكان من ضمن القتلى أيضا كلثوم بن عياض وحبيب بن أبي عبده وتمكن بلج من الفرار ومعه ما يقارب العشرة آلاف من العرب ودخلوا مدينة سبته الساحلية الحصينة وتحصنوا بها وفر عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبد الفهري إلى الأندلس واستقر بها استقر في قرطبة عند عبد الملك بن قطن الفهري البربر فرضوا الحصار الشديد على من في سبته من عرب الشهر حتى كادوا أن يحلم من شدة جوع واضطروا تحت وطة الحصار الشديد إلى أكل دوابهم فأكلوا البلود جنود دروعهم وكتب بلج بن بشر إلى عبد الملك بن قطن بن نهشل بن عبد الله الفهري يطلب منه الإذن في العبور إلى الأندلس لكن بن قطن رفض طلبه ولما رأى بن قطن أن ثورة البربر في الأندلس والتي هي امتداد لثورة إخوانهم في المغرب لن تنطفئ أرسل بالسفن إلى بلج بن بشر ليعبر ومن معه ولكن اشترط عليه بأن يبقوا في الأندلس لمدة عام ثم يغادرون إلى المغرب ولذلك طلب منهم رهائن يبقيهم في جزيرة أم حكيم كضمان لرحيلهم بعدها بعد معركة بقدورة زحف الخوارب السفرية بقيادة أبي يوسف الحواري وعب كاشر من أيوب الفزاري على الخروان وكان الخليفة قد ضم المغرب إلى والي مصر حنضل بن صفان الكلبي وأصدر له الأمر بالمسير إلى المغرب وأمده بجيش كبير ووصل إلى القيروان في سنة 24 وصار من فوره للقاء الخوارج وكان الخوارج قد انقسموا إلى جيشه أحدهما يقوده عكاشر بن أيوب الفزاري وهذا الجيش التحم في قتال شديد مع قوات حنضل بن صفان وتمكن بن صفان من هزيمتهم في مكان اسمه القرن ثم قفل راجعا إلى القيروان وجيش الحوارج الثاني كان هو الأكبر تقدرونه بثلاثمائة ألف وكان بقيادة أبي يوسف عبد الواحد الحواري نزل هذا الجيش في مكان اسمه الأصنام للقرب من القيروان واستعد لهم لأنضل بن صفان استعدادا كبيرا وخرج من القيروان لقتالهم وكان جيشه من العرب قال المؤركون وأخذ العلماء علماء الدين يحثون علماء الإسلام يحثون الناس على الصدق في اللقاء وذكروهم بأن من يقاتلهم هم الخوارج وعلى ذلك فإنهم انهزموا فإن الخوارج سوف يقتلون الرجال ويسبون النساء ويستعبدون الأولاد وخرجت نسوة النساء يحرضن الرجال على الاستفتال هذا التحذير والتذكير جعلهم يستعينون بالله سبحانه وتعالى ويستبسلون في القتال ثم دارت أيها الأخوة معركة من أعظم معارك الإسلام صبر بها المسلمون العرب في وجه الخوارج وقاتلوا قتالا شديدا فكتب الله لهم النصر وكثر القتل في الثوار من الضربر ومن معهم من الخوارج الخوارج من العرب والبربر وقتل عبد الواحد الهواري وأسر حكاشة بن أيوب الفزاري فأمر حنظل بن سفطان بضرب عنقه يقول المؤرخون بأن من قتل من البربر يقدر بمئة وثمانين ألف رجل ويروى عن الإمام الليث المسعد لما سمع بأنباء هذا الانتصال الكبير قال ما من غزوة كنت أحب أن أشهدها بعد غزوة بدر أحب إلي من غزوة القرن والأصنام وكانت هذه المعركة أيها الأخوة في آخر سنة 24 أيها الأخوة نريد أن نتوقف ونشكركم على صبركم وعلى حسن استماعكم وجزاكم الله خير وإن شاء الله سوف نلتقي في اللقاء الثامن عشر الذي سوف يحدث موعدكم لاحبا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك اللقاء الثامن عشر درس الثامن عشر من دروس التاريخ السياسي للدولة الإنموية وهذه الدروس هي من سلسلة التاريخ الإسلامي تذكرون تكلمنا عن الحروم الصليبية وعند تاريخ السياسي للمغرب والأندلس والتاريخ السياسي للدولة العثمانية تتكلمنا عن تاريخ السياسي للدولة العباسية ونحن نتكلم أيها الأخوة عن التاريخ السياسي للدولة الأموية واللقاء هذا هو اللقاء الثامن عشر وبنبدأ سريع ان شاء الله سوف نذكركم بما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية المرة السابقة لقاء السابق لقاء السابق تكلمنا عن جهاد المسلمين في بلاد ما وراء النهر وقلنا بأن نصر بن سيار الكناني والي خراسان قوي استطاع أن يقتل كورسول كورسول هذا أحد كبار ملوك ترك وكان من الشديدين على المسلمين فلما وقع في يده أمر بقتله وأيضا تكلمنا عن مقتل زيد بن حسين زيد بن علي بن حسين لما خرج على الدولة في عهد شام عبد الملك وتكلمنا عن مقتله على يد جيش يوسف بن عمر أمير العراق وكان ذلك في صفر من سنة 2200 ثم تكلمنا عن وفاة حسين بن عبد الملك خليفة الأموي العاشر خليفة الأموي القوي كانت وفاته في سنة 2500 وتولى من بعده الوليد بن يزيد الذي يعرف بالفاسق تولى الخلافة قلنا أن النقص والخلل سوف نتكلم عن أحباره لكن نقول بتولي وليد دخل نقص والخلل على الدولة الإسلامية الدولة الموية ثم وصلنا الكلام عن الأحوال في المغرب والأندلس أحوال المسلمين في تلك المناطق وثورة البربر الكبرى في المغرب والتي انتدت للأندلس وكانت ثورتهم بسبب ظلم الولاة واستغلال الخوارج لهذا الظلم وتعليدهم البربر على ثورة على ولي الأمر طبعا هذه كما تذكرون فصلنا بها بس هذه ربما فقط هذه هي يعني تذكرة بما تكلمنا به في اللقاء السلام أيضا نريد أن نقول يمكن تذكرون لما قلنا بأن بلج بن بشر أرسل له عبد الملك بن فطن بالسفن فنقلته من ميناء سبتة الذي كان محاصرا به شطارا شديدا من قبل البربر وذهب إلى الأندلس كان معه عرب الشام ذهبوا بالسفن إلى الأندلس وقام عرب الأندلس اليمانيون بمواساتهم وكسوتهم وأطعامهم كانوا في حالة يرثى له ولما استردوا أنفاسهم تعدوا للقاء الثوار من البربر الذين قاموا بقتل العرب في المدن الأندلسية البعيدة وكان يتزع عن بربر الأندلس رجل يسميه العرب ابن هدين ابن هدين نعم وفي حوز طليطلة على وادي سليط دارت معركة كبيرة أبلى فيها عرب الشام بلاء كبيرا بلج بن بشر من معه أبلوا فيها بلاء كبيرا وأوقعوا بالثوار من البربر هزيمة ساحرة إنهم كان في أنفسهم شيء الكثير سبب الحصار كانوا أن يهلكوا فلذلك كانوا يقاتلون ببسالة فهزموا البربر وطعوا بهم هزيمة ساحرة وبعد هذا المحر وطالب عبد الملك بن قطم من بلج بن بشر بلج بن بشر أن يغادر ومن معه من عرب الشام يغادر الأندلس فقال له توفى نغادر ولكن ليكن رحيلنا من ساحل تدمير أو ساحل البيرة حتى يكون نزول الناس في إفريقيا في تونس قال لهم لا أستطيع لأن السفن سفنة راسية في الجزيرة الخضرة لا أستطيع لأن السفن راسية في الجزيرة الخضرة ومنها تنقلكم إلى سبتة فقالوا له تريد أن تعريضنا لبربر طنجة فيقضوا علينا اقضف بنا في لجة البحر أهوى علينا من ذلك ترسلنا في ميناء سبتة بربر طنجة بانتظار لأننا سوف يقتلون لما عرفوا ما يريد من تعريضهم للبربر في طنجة ثاروا عليهم وأخرجوه من قصر الإيمان فذهب وأقام في دانه وعينوا بلج بن بشر أميرا عليهم وكان ذلك في ذي القعدة من سنة 25 وميناء وعمل اضطراب في الاندلس نتيجة لسيطرة الشاميين على الأمور وقام أمير الجزيرة الخضراء بقطع الماء والطعام عن رهائن الجزيرة الخضراء من عرب الشام وأدى ذلك إلى وفاة رجل غساني من أشرافه أشراف أهل الشام فثار من في الاندلس من اليمانية من عرب الشام واتهموا عبد الملك بطن بتسبب في موته وطلبوا بلج أن يسلمه إليهم وحاول بلج ما استطاع أن لا يسلمهم عبد الملك من بطن ولكنهم قالوا له إنك تحميه لأنه مضري مثله فخشي بلج أن تنفلت تنفلت أمور من يديه وتخرج عن السيطرة فسلمه إليهم وكان عبد الملك ابن قطن قد ناهزت نسئين عاما من عمره أو تجاوزه وكان قد نجى أيها الخنضروا إلى التاريخ كان قد نجى من معركة الحرة التي دارت بين جيش الشام الذي أرسله يزيد بن معاوية ذا تذكرون في سنة 63 من الهجرة لقتال أهل المدينة فقال له قالوا له يا فال قالوا لعبد الملك من قطن يا فال يعني يا هارب فللت من سيوفنا يوم الحرة ثم عرضتنا أكل الكلاب والجلود طلبا بتأر الحرة ثم بعت جنود أمير المؤمنين وبعد ذلك قاموا بقتله وصلبوه وصلبو عن يمينه خنجيرا وعن شماله كلبا وكان ذلك أيها الأخوة هذه الأحداث الغريبة المؤلمة المأساوية كانت في ربيع الأول من سنة 24 ومئة لم يكن مقتل عبد الملك بن قطن بالأمر المصير هذا أدى إلى اتحاد عرب الأندلس بقيادة قطن وأمية ابني عبد الملك بن قطن مع بربرها بطرد عرب الشام وانضم إليهم عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبده بن عقم بن نافع والتقى الجيشان في معركة دموية انتصر بها عرب الشام ولكن بلج بن بشر قتل في هذه المعركة فنصبوا عليهم تعلبه ابن سلامه العاملي وعامله قبيلة كهلانية طحطانية يمانية كما تذكرون ولكن الخليفة الوليد بن يزيد الخليفة الوليد الفاسق طلب من أمير مصر حنضل بن صفان بأن يولي على الأندلس رجلا يمانيا حتى يرضى به أهل الأندلس وتهدأ الفتنة فنصبوا أبا الخطار الحسان بن ضرار الكلبي أميرا على الأندلس في رجب من سنة 25 هذا الذي أرسل القصيدة لا تذكرون وفي رجب من سنة 25 ومئة نعم ولما عرف عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبده لذلك فر عن طريق البحر باستثينة إلى إفريقيا إلى تونس وبقى هنا وصل إلى المغرب العربي إذن هذه نبدأ عن الولاة في المغرب ومن المحروف أن أمراء الأندلس وما لها تتبعون ولاة المغرب كما هو الحال بالنسبة مثلا لتبعية فراسان إلى العراق وتبعية ولاة المغرب تكون في أحيان كثيرة لأمير مصر الأهل نريد أن نتكلم بشيء من الإجاز عن الأوضاع في الأندلس نقول بعد مقتل عبد العزيز بن موسى بن مصير قلنا بأن المسلمين في الأندلس ثاروا بقيادة حبيب بن أبي عبده بن عقبة بن نافع على عبد العزيز بن موسى بن نصير وكان أبوه موسى بن نصير قد استخلفه قبيل مغادرته إلى الشام وقتلوه وهو يصلي في مسجد إشبيليا ولما قتلوه تولى الأمر بعد الاحتراب الذي حدث ابن عمته أيوب بن حبيب اللخمي لمدة ستة أشهر ثم جاء الأمر في ذي الحجة من سنة سبع وتسعين بتولي الحر بن عبد الرحمن الثقفي وهذا أنتقل من إشبيليا للإقامة في قرطبة وبقى واليا على الأندلس إلى رمضان من سنة مئة للحجرة ثم بعد ذلك يعني رمضان من سنة مئة للحجرة خلفه السمح بن مالك الخولاني وخولان قبيلة فحطانية السمح بن مالك لولاة الخليفة الأموي الصالح عمر بن عبد العزيز والسمح بن مالك هو أول من عبر جبال البرانس وغزى جنوب فرنسا حيث بلاد الفرنجة ونريد أن ننتبه هنا إلى مسألة مهمة وهي أن فرنسا الحالية لم تتكون في ذلك لكن مكانها الحالية لم تتكون ككيان سياسي اسمه فرنسا لكنها من دول الفرنجة السمح بن مالك توغل في إمارة سبتمانيا يسمونها مدينة المدن السبع ودخل مدينة أربونة ثم استولى على مدينة تولوز ثم توغل في إمارة أكيتانيا ولكن يودو دوق أكيتانيا تصدى المسلمين بقواته ودارت معركة كبيرة في يوم التروية من سنة ثلاثين ومئة وهزم المسلمون وقتل السمح بن مالك وانسحب المسلمون بغيادة عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي إلى مدينة أربونة وتولى بعد ذلك عبد الرحمن الغافقي الأمور في الأندلس إلى حين وفود عنبس بن سحيم الكلبي يعني عبد الرحمن الغافقي في هذه الفترة تولى الأمور إلى أن يأتي أمر الخليفة فأتى أمر الخليفة بإرسال عنبس بن سحيم الكلبي الأمير الجديد وصل إلى الأندلس في صفر من سنة ثلاث ومئة وأيضا عنبس بن سحيم واصل للجهاد في فرنسا ومن المعلوم أيها الأخوة أن الوصول إلى فرنسا من جهة الجنوب أمر في غاية الصعوبة يكون عن طريق عبور جبال غرانس في شمال أندلس وهي جبال في غاية العورة ثم استكمل أنبس بن سحيم اكتساح أقليم سبتمانيا اللي قلنا بالمدن السبع هذا ثم واصل التوغل شرقا حتى وصل إلى نهر الرون وفتح أقليم بروبنس ثم صار محاذيا نهر باتجاه الشمال حتى احتل مدينة ليون أنا متأكد أن الفرنسيين الآن عندما يقرؤون هذا التاريخ يقرفون تماما فرنسيين الحاليين في القرن نحن نسمونها الميلادي الحادي والعشرين في قرن الخامس عشر وحجرين عندما يقرؤون هذا التاريخ هذا التاريخ مدون عندهم بدقة انظروا إلى أين وصل المسلمون أيها الأخوة في جهادهم وهم على خيل على خيول وسلاحهم السيف لكن كانت تدفعهم العقيدة العظيمة قاتلون عن عقيدة ولذلك وصلوا هناك لذلك أيها الأخوة الحرب الآن شرسة على المسلمين منذ قرون هم يدركون ذلك إذا صارت وجاشت العاطفة الإسلامية لا أحد يقف أمام المجلس الإسلامي ما نريد أن نفصل ليس المجال في هذه الدروس للكلام عن هذه المسلمة هذه تحتاج إلى دروس حاصة لكن عندما يفرؤون أين وصلوا أيها الأخوة يعني مدن الآن عريقة وكلها دخلها المسلمين نقول نحن دخل في إقليم فروفنس وسار في محاذاة النهر باتجاه الشمال حتى قالوا احتل مدينة ليون ليون هذه من أشهر مدنه ثم واصل وتقدمه بل لنقل توغله في إقليم بورغونديا ووصل إلى مدينة أتون ولكن جيش من الفرنجة هاجمه في شعبان من سنة سبع ومئة وانتهى الأمر بهزيمة المسلمين ومقتل عنبس بن سحيم الكلبي فتولى القيادة ما كان شف يثنيهم أبدا مقتل المولات والقادة غالي أمير كان بإمكانه يرسل قادة العسكريين الجهاد لكنه كان على رأس من يجاهد ومن يقاتل يريدون الشهادة يريدون إحدى الحسنين أيها الأخوة نعم وبعد مقتل عنبس بن سحيم الكلبي تولى القيادة ولمدة شهرين عذرة ابن عبد الله الفهري إلى حين قدوم الأمير الجديد يحيى من سلم الكلبي في شوال من سنة سبع ومئة وبقى إلى أواخر سنة تسع ومئة فخلفه لمدة ستة أشهر حذيفة بن الأحوص القيسي الذي توفي في ربيع الأول من سنة عشر ومئة في شعبان من سنة عشر ومئة تولى إمارة الأندلس عثمان بن أبي نسعة الخفعمي وبقى إلى المحرم من سنة إحدى عشر ومئة ثم جاء من بعده الهيثم بن عبيد الكناني في المحرم سنة إحدى عشر ومئة ولمدة خمسة أشهر ثم جاء بعده محمد بن عبد الله الأشجاعي لمدة شهرين إذن نحن نشاهد الآن عدم الاستقرار ثم في صفر من سنة إحدى عشر ومئة تولى الأمر القائد المجاهد الكبير عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي في سنة أربع عشر ومئة الغافقي بقى فترة طيبة في الولاية في سنة أربع عشرة ومئة سار عبد الرحمن الغافقي على رأس جيش كبير للجهاد في جنوب فرنسا جنوب فرنسا حيث الفرنجة هناك جنوب فرنسا وهاجم أخليم أكيتانيا ثم عبر نحر جارون واستولى على مدينة بوردو مدينة بوردو من أشهر المدين الفرنسية وتحت هذا العجوم الكاسح استنجد دو أكيتانيا يودو استنجد بشار المارتل الحاجب كان حاجبا في الدولة الميروفنجية وهي من دول سرنجة ومكانها اليوم ألمانيا هذه الدولة الميروفنجية مكانها اليوم ألمانيا والحاجب مثل المستشار الألماني في أيامنا هذه جاء شار المارتل على رأس جيشن قوي ودارت معركة بلاد الشهداء الكبيرة في مكان بين بلدتي تور و بواتيه تور و بواتيه هذه بلدتين في فرنسا وكان ذلك في رمضان من سنة أربع عشر ومئة تمرت المعركة لمدة ثلاثة أيام انتصر بها المسلمون في بداية الأمر وغنموا غناء كبيرة ولكن يودو هاجم الساقة ساقة مؤخرة حيث الغنائم توضع دائما بالمؤخرة الغنائم في الساقة فانشغل المسلمون في الدفاع عنها ودبل الخلل في صفوفهم وحلت بهم الهزيمة وقتل عبد الرحمن الغافقي من سهم نصابه وانسحب المسلمون تحت جنح الظلام ولم يجروا النصارى على اللحاق به عبد الملك نقطة من فهري تولى الأمر في شوال من سنة أربع عشر ومئة وبقى إلى رمضان من سنة ست عشر ومئة ثم عزل وخلفه عقبة ابن الحجاج سالولي وهذا القائد الشجاع قتل مجاهدا في جنوب فرنسا في صفر من سنة ثلاث وعشرين ومئة ثلاث وعشرين ومئة نعم فتولى الأمر من بعده عبد الملك من رطن الفهري في ولائته الثانية وقتل بعد سنة وشهر الفتنة التي جرت كما قلنا صلنا بها بين عرب الشام وأهل الأندلس لما قتلوه وصلبه كما سبق وتكلمنا قبلها بعد مقتل عبد الملك بن قطن تولى الأمر بلج بن بشر القشيري لمدة أحد عشر شهرا ثم ولمدة عشرة أشهر تولى فعلبة بن سلام العاملي ثم أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي ثم ثوابة بن سلام الجذامي ثم في المحرم من سنة تسع وعشرين ومئة تولى عبد الرحمن بن كثير اللخمي ثم خلفه يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبده بن عقبة بن نافع الفهري نعم يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبده بن عقبة بن نافع الفهري حفيد حفيد عقبة بن نافع الفهري واستمر واليا إلى حين دخول صقر قريش عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس وهو عبد الرحمن بن عاوية بن عبد الملك بن مروان دخل الأندلس في سنة ثمان وثلاثين ومئة في جمادة الأولى من سنة ستة وعشرين ومئة وصل عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبده إلى ثونس أو أثريقيا ومنها استطاع أن يجمع الأتباع معتمدا على عراقة أسرته في المغرب فجد والده هو الفاتح الشهير عقبة النافع الفهري وفي مطلع سنة سبع وعشرين ومئة سار باتجاه القيروان عاصمة المسلمين في المغرب ورابط خارج أسوارها وأرسل إلى حمض الله بن صفان الكلبي كتب له كتابا يطلب منه مغادرة المدينة وأمهله ثلاثة أيام وكان حمض الله بن صفان لا يقاتل إلا كافرا أو خارجيا وكان بإمكانه مقاتلة عبد الرحمن بن حبيب ولكنه آثر حقا بماء المسلمين والحفاظ على قوتهم لقتال الخوارج السفرية فأخلى له المدينة وغادرها في جماد الأولى من سنة سبع وعشرين ومئة يوها الأخوة الكثير من المواقف توقفتني في تاريخ الدولة الأموية هذه الدولة الإسلامية الكبيرة ويأتي على رأس هذه المواقف موقف حمض الله بن صفان الكلبي الذي كان باستطاعته قتال عبد الرحمن بن حبيب ولكنه آثر حقنا دماء المسلمين خاصة وإن الموقف لا يتطلب الإصرار على القتال والمواجهة التي لا شك في إنها ستكون دموية نعم نعم كان طبعا للاضطرابات التي عصفت بالبيت الأموي في بلاد الشام أكبر الأثر في اضطراب الولايات في كل مكان وشمل ذلك المغرب الذي كان يسيطر عليها عبد الرحمن بن حبيب وفي تلك الفترة سار المغرب جميعه بتحريض من الخوارج ولكن عبد الرحمن بن حبيب تصدى لهذه الثورات وقضى عليها ولم تأت سنة خمس وثلاثين ومئة إلا وقد بسط سيطرته على المغرب نح هذه ربما أردنا أن نتكلم بشيء بسيط وبإيجاز شديد عن أوضاع المغرب والأندلس في الدولة الأموية الأولى من الدولة الأموية للخلافة الأموية الأصلية وليست الإمارة الأموية نعود الآن للكلام عن الدولة الأموية وكنا قد توقفنا إذا تذكرون أن بداية تولي الوليد بن يزيد الخلافة وقلنا بأن هشام بن عبد الملك قد توفي في يوم الأربعاء لست ليال خلون من شهر ربيع الثاني من سنة خمس وعشرين ومئة وكان هشام بن عبد الملك قد ضيق على الوليد بن يزيد وأراد أن يخلعه من ولاية العهد وذلك لفسقه ومجونه ولذلك فلا شيء عند الوليد بن يزيد أبغض من هشام بن عبد الملك وفور توليه الخلافة أمر بن عمه العباس بن وليد بإحصاء ما في الرصافة رصافة هشام من أموال هشام وأبنائه واستثنى مسلم بن هشام لأنه لم يكن يرضى أن تضيق والده على الوليد ولما تولى الخلافة الحاول وليد بن يزيد أن يظهر بصورة تختلف عما عرفه عنه الناس فقام بالإنفاق على المرضى والعميان وقام بكسوتهم وفرض لكل واحد منهم خادما يخدمه على نفقة الدولة وأنفق على أبناء الناس يعني فرض لهم مثل ما نقول في أيامنا هذه العلاوة الاجتماعية وزاد لكل فرد أو مواطن كما نقول في أيامنا هذه في عطائه وخص أهل الشام بزيادة خاصة بهم وضاعف جوائز بن يومية فطبعا الناس يعجبهم ذلك فلوس ما تنعاف وانظر إلى قول الشاعر أحسن إلى الناس فاستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإحسان إنسانا ولكن عاد الناس ينصر يبونك ما تقطع ما عودهم عليه وهذا ما سوف نشاهده بعد ذلك وبادر الوليد بأخذ البيعة لابنيه الحكم مع عثمان يحكم الحكم ثم عثمان بعده بايع لهما وهما لم يبلغ الحلم بعد على وشك أن يبلغ الحكم الحلم لأنه عندما قتل حكم بعد ذلك كان قد بلغ الحلم وتزوج ورزق بولد أما عثمان عندما قتل مع أخيه كان قد بلغ الحلم وكان مقتلهما عندما دخل مروان بن محمد دمشق للأخ بكأر أبيهما ولكن رجال يزيد بن الوليد بادروا بقتلهما في سجنهما وقتلوا معهم يوسف بن عمر كما سوف نفصل بعد ذلك أرسل الوليد بن يزيد أخاه الغمر بن يزيد على رأس جيش للغزو غزو الروم ثم قام الوليد بن يزيد بعزل محمد بن هشام المخزومي قال هشام بن عبد الملك عن مكة والمدينة والطائش وأرسل مكانه قاله يوسف بن محمد بن يوسف الثقسي وأمره بأن يقبض على إبراهيم ومحمد بن هشام المخزوميين فقبض عليهم وشد وثاقيهما وقامهما للناس في المدينة ثم جاءه كتاب الوليد يأمره بإرسالهما إلى يوسف بن عمر في العراق ويعذبهما لكي يستخلص أموالهما فعذبهما حتى مات من شدة العذاب هذا شوف بداية الخلل أبناء العمومة يتقاتلون ويأسر بعضهم بعضا ويموت بعضهم من شدة العذاب هذا خلاص الآن بدأ الخلل عندما يحدث هذا الشيء اعرف أن الدولة والحكومة تنهار لا بد من التكاتف والتعاضل أما قتل والأمور هذه ما ينظر وفي هذه السنة سنة 25 ومئة قتل يحيى بن زيد ابن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب قتل بالجوزجان قتله جيش أرسله نصر بن سيار بطلب من يوسف بن عمر وكان على الجيش سلم بن أحوز المازني التميني فلما بلغت هذه الأحداث الوليد بن عزيد كتب إلى يوسف بن عمر يقول إذا أتاك كتابي هذا فانظر عجل العراق فاحرقه ثم انسفه في اليم نستا يعني بعجل العراق زيد بن علي بن حسين فلما وصله كتاب الفاسق أمر يوسف بن عمر خراش بن حوشب بأن ينفذ ما طلب منه الفاسق فأنزلوا الجسد المصروب كان قد صلب كما تعرفون وكان جسما من دون رأس أنزلوا الجسد من خشبة الصلب ثم أحرق بالنار ثم وضعوه في إناء وهشموه ثم حملوا الأشلاء المهشمة في سفينة وذروه في نهر الفرات لا حول ولا قوة اللاب مع استمرار الوليد بن يزيد الذي يلقبونه بالفاسق بفسقه ومجونه وشربه للخمر ومجالسته للفستاق واكثاره من الخروج للصيد والقمص كرهه الناس والجند وكرهه اليمانية وهم عماد جند الشام وكان لا يكف عن إذلال بين عميه شام والوليد بن عبد الملك ثم إنه أخذ جارية كانت لآل وليد بن عبد الملك فطلب منه عمر بن وليد أن يردها فعبى فقال له عمر بن وليد إذن تكثر الصواهل حول عسكرك وأمر بضرب سليمان بن حشام بن عبد الملك ماءة الصوت وحلق رأسه ولحيته ونفاه إلى عمان وحبسه بها هذا منتهى الإهانة لأمير من البيت الأمو كيف تصنع به هذا أبوه خليفة وأعمامه خلفاء وجده خليفة وابن عمه الخليفة هذا الرجل قد قضى وقتا طويل من عمره مجاهدا في بلاد الروم وكيف تصنع به كيف ما يثورون عليه وكيف ما تحدث الفتنة هذا السفيه التافه ولم يكتف هذا الأحمق السفيه لم يكتف بذلك هذا الأحمق السفيه الفاسق لم يكتفي بذلك بل أمر بحبس يزيد بن حشام وراح بنه حشام وبنه الوليد يروجون الإشاعات عنه واتهموه بالكف واتهموه بالزندقة وبأنه يعتزم قتل ماءة رجل بني أمية أعد قائمة بأسمائهم واتهموه بأنه يأتي أمهات أولاد أبيه يزيد بن عبد الملك أمهات أولاد أبيه من محارمه لا تسمى أم ولد إلا إذا أنجبت الجارية من سيدها وهن قد أنجبن لأبيه يزيد وعلى ذلك هن أمهات إخوانه من أبيه وذكر المؤرخون بأن يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك كان أشدهم عليه كان من أشدهم عليه يزيد بن الوليد ابن عبد الملك ثم أن الوليد ابن يزيد أمر بحبس خالد بن عبد الله القسري ثم طلب من يوسف بن عمر والي العراق أن يقدم عليه بالشام وكان يريد أن يعزله ويولي مكانه على العراق عبد الملك بن محمد بن حجاج بن يوسف ثقفي ولكن يوسف بن عمر استطاع أن يقنعه بأن يبقيه على العراق وضمن له إن بعث معه خالد بن عبد الله القسري أن يستخرج منه خمسين ألف ألف در خمسين ألف خمسين مليون شيء كبير فأرسله معه وفي الكوفة عرضه لعذاب شديد فهلك الجبار القسري في المحرم من سنة ست وعشرين ومئة على يد الجبار الثقف فبلغت أيها الأخوة نقمت الناس على الوليد ابن يزيد مداها وجاءوا إلى يزيد ابن الوليد ليبايعوه فلما شاور عمر بن يزيد الحكمي قال له لا يبايعك النأس على أحاب وشاور أخاك العباس ابن الوليد هذا حكيم حكمي حكيم شاور أخاك العباس ابن الوليد فإنه سيد بني مروان فلما جاء العباس يشاوره في هذا الرأي قال له العباس مهلا يا يزيد فإن في نقض عهد الله فساد الدين والدنيا فرجع يزيد إلى بيته وسعى إلى البيعة ولكن في السر ثم إنه أتى أخاه العباس وقال له إن الناس يريدون بيعتي فقال له العباس إن لم تنتهي عن هذه ألا المسألة لأشدنك وثاقا ولا أحملنك إلى أمير المؤمنين العباس ابن وليد في غاية العقل ولا أحملنك إلى أمير المؤمنين العباس ابن وليد في غاية العقل فلو تجرأ أبناء العم على نقض بيعة ابن عمهم الوليد ابن يزيد وهو الخليفة ولي أمر المسلمين لدبت الفوضى في الدولة ولتجرأ الناس على بعضه وهذا ما حدث بالفعل هذا ما سوف نشاهده بعدها هذه الأنباء لما بلغت مروان ابن محمد ابن مروان وعلم ما يعتزم يزيد ابن وليد أن يصنعه من خلع الخليفة كتب إلى ابن عمه سعيد ابن عبد الملك ابن مروان وهو من حكماء بني مروان يطلب منه أن ينهى الناس ويكفهم فلما وصله كتاب مروان تفاعل مع نصيحته وحرصه على آل مروان وبني أمية فأرسل إلى أخيه يزيد فلما جاءه تهدده وتوعده فحلف له إنه لم يسعى في هذا الأمر أنظر بيع النفسي فصدقه العبد ولما أكثر بن مروان ممن يرون خلع الوليد بن يزيد لما أكثر على العباس بن وليد قال إني أظن الله قد آذن فيها لكن نعم بعض الناس الحكماء يعرفون ويستنتجون فعرف أن الله سبحانه وتعالى يعني بهذا الاختلاف قدر عليهم حقيقة أن خلاص ينتهي حكم بني أمين دخل يزيد بن وليد إلى دمشق وكان معظم الناس قد بايعوا له سرا واستطاع هو ومناصره أن يسيطروا على مقاليد الأمور في دمشق ولم يكن الوليد بن يزيد في دمشق ثم إن يزيد بن وليد أرسل مع عبد العزيز بن حجاج بن عبد الملك جيشا للقتال وليد بن يزيد فأتوه في قصر له خارج دمشق في قرية اسمها البخراء وأحاطوا بالقصر فلما أيقن الوليد بن يزيد بالهلاك جلس وأخذ مصحفا وقال يوم كيوم عثمان ثم أخذ يقرأ في المصحف ولكنهم تسوروا الحائط وكان أول من اعتلى الحائط يزيد بن عنبسة السكسكي الكندي وأمسك بيد الوليد يريد أن يحبسه ما كان يريد أن يقتله ولكن عشرة من الرجال نزلوا من الحائط تسوروا الحائط ونزلوا وحجموا على الوليد منهم منصور بن جمهور بن حصن بن عمر كلبي وقام عبد السلام اللخمي بضربه على رأسه وضربه السري بن زياد سري بن زياد بن أبي كفشة ضربه على وجهه ثم احتز أبو علاقة القضاعي رأسه ضربوه بالسيوف طبعا ثم نقول على رأسه وعلى وجهه هذه بالسيوف بعد مقتل خليفة الوليد ابن يزيد الوليد الفاسق فايعوا ليزيد بن وليد وكان مقتل وليد ابن يزيد يوم الخميس لليلتين بقتا من جماد الآخرة كما يقول المؤرخون من سنة ست وعشرين ومئة وكانت مدة خلافته سنة وشهرين واثنين وعشرين يوما فقط أمه هي زينب بنت محمد بن يوسف فقفي وتعرف بأم الحجاج بن محمد وتمت البيع لخليفة الأمو الثاني عشر يزيد ابن الوليد ابن ملك ابن مروان يلقبونه بالناقص لأنه أنقص من الناس الزيادة التي كان الوليد ابن يزيد قد زادها في أعطياتها ورد الأعطيات إلى ما كانت عليه في عهد هشام ابن عبد الملك وكان أول من سماه بذلك مروان ابن محمد ابن مروان والي ألمينيا وأم يزيد ابن الوليد هي شاح أفريذ شاح أفريذ بنت فيروز ابن يزدجر ابن شحريار ابن كسر يعني هذا ملك ابن ملوك لكنهم عندهم عند العرب إذا جلسوا فيما بينهم طبعا ما يستطيعون يقولون أمامه هذا من الموالي ليش؟ لأن أمه بنت كسر حفيدة كسر هي يعني ليست حربية بذلك يكون من الموالي بقتل الوليد ابن يزيد أدى إلى نشوب الثورات في الدولة الأموية في حمص فار أهلها وهاجموا دار العباس بن وليد ونهبوها وذلك لأنه بلغهم أنه كان مع أخيه يزيد بن وليد في ثورته على الخليفة الشرعي وتزعم الأمر في حمص معاوية ابن يزيد ابن حصين ثم جهزوا جيشا للذهاب إلى دمشق ولما نهاهم مروان بن عبدالله ابن عبد الملك ابن مروان عن الذهاب إلى دمشق فاروا عليه وقتلوه وقتلوا ابنه ونصبوا رأسيهما يراهما الناس نصبوا الرأسي على طبعا تنصب هكذا ترفع حتى يراهما الناس ماذا هذا أراد يعني أن يكفهم على الفتنة لكنها فتنة ثم رأسوا عليهم أبا محمد سفياني وتوجهوا إلى دمشق أبا محمد سفياني وتوجهوا إلى دمشق يزيد الناقص أرسل للقوات لقاء جيش حمص قبل أن يصلوا إلى دمشق وبالقرب من دمشق دار بينهم وكان جيش الخليفة أقوى من جيش حمص وهزموهم بسهولة ولكن لم يقضوا عليهم إذ كان أمر القيادة في جيش الخليفة مطالبا وكل كبير قوم له رأي ولذلك تركوهم شريطة أن يبايعوا الخليفة وأمر سليمان بن بشام بن عبد الملك بإحضار أبي محمد سفياني ويزيد بن خالد بن يزيد بن عاوية فحبسهما في الخضراء وكان في الخضراء الغلامان ابن الوليد بن يزيد اللذان يبايع لهما الحكم عثمان ثم أرسلهما إلى الخليفة في دمشق فحبسهما وحبس معهما يزيد بن عثمان ابن محمد بن أبي سفيان ثم إنه لصب على حمص معاوية ابن يزيد بن حسين وهذا دليل الضحف كيف يولي من كان متزعما لثورة أهل حمص نحن قلنا أن معاوية بن يزيد بن حسين كان متزعما للثورة فكيف توليه نعم تار أيضا أهل فلسطين وتزعم ثورتهم سعيد بن روح بن زنباع الجذامي سعيد بن روح بن زنباع الجذامي وأخوه الضبعان بن روح لماذا يثورهم بسبب الخرج والمرج اللذان يسودان في وقت الفتنة هذه الفتنة من شؤها قتل الخليفة الشرعي ثم إن أهل فلسطين نصبوا عليهم يزيد بن سليمان بن عبد الملك لأن أبناء سليمان بن عبد الملك كانوا يقيمون في تلك النواحة وطردوا عاملهم سعيد بن عبد الملك ولما بلغت أهل الأردن أخبار هذه التطورات الأردن أيضا بلغتهم هذه التطورات فقاموا بتولية محمد بن عبد الملك وعند وصول هذه الأنباء الخطيرة إلى دمشق أرسل يزيد الناقص قواته من أهل دمشق وحمص وعليهم سليمان بن حشام لقتال أهل فلسطين والأردن وكانت قواته تقدر بستة وثمانين ألف رجل ولكن لم يقع بينهم التال إذ تمكن عثمان بن داود الخولاني وهو من رجال يزيد بن الوليد يزيد الناقص تمكن من إقناع محمد بن عبد الملك بمبايعة يزيد بن الوليد وأغراه بأموال أخذها من الخليفة فأجابه إلى ذلك ثم ذهب إلى ضبعان بن روح وأقنعه بمبايعة الخليفة وأن يضمن له ولاية فلسطين فأجابه إلى ذلك ورجع بأهل فلسطين إلى دياره أريد الآن أيها الإخوة أن أقرأ عليكم خطبة قالها يزيد بن الوليد ابن عبد الملك بن الوروان الخليفة الأموال الثاني عشر الملقب للناقص قالها بعد مقتل وليد الفاسق وليد بن يزيد نعم لما قتل تولى هذا مكانه يزيد بن الوليد لما قتل الفاسق تولى الناقص وسوف أورد لكم مقاطع منها حتى لا أطيل عليكم ماذا قال قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إني والله ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا حرصا على الدنيا ولا رغبة في الملك وما بي إطراء نفسي إني لظلوم لنفسي إن لم يرحمني ربي ولكني خرجت غضبا لله ولرسوله ودينه داعيا إلى الله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لما هدمت معالم الهدى وأطفئ نور أهل التقوى وظهر الجبار العنيد المستحل لكل حرمة والراكب لكل بدعة مع إنه والله ما كان يصدق بالكتاب ولا يؤمن بيوم الحساب وإنه لابن عمي في الحسب وكفيئي في النسب فلما رأيت ذلك استخرت الله في أمره وسألته ألا يكلني إلى نفسي ودعوت إلى ذلك من أجابني من أهل ولايتي وسعيت فيه حتى أراح الله منه العباد والبلاد بحول الله وقوته لا بحولي وقوته ثم قال كلاما كثيرا طيبا إلى أن قال أيها الناس إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا وفاء له بنقض أهد إنما الطاعة طاعة الله فأطيعوه بطاعة الله ما أطاع فإذا عصى الله ودعا إلى المعصية فهو أهل أن يعصى ويقتل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هذا أيها الأخوة الحقيقة نريد أن نتكلم عنه يزيد بن الوليد ابن الملك ابن مروان الذي يلقب بيزيد الناقص له كلام طيب أيها الأخوة قال ينهى يعني بني أميه عن الغناء فقال يا بني أميه أن الغناء ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المرؤة وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل المسكر فإن كنتم ولا بد فاعلين فجنبوه النساء فإنه داعية الزناء فإنه داعية الزناء كلام طيب ينهاهم الحقيقة عن الغناء هذا كلام طيب يعني من هذا الخليفة طبعا لما قال لهم يقول لخاطب بني أميه يقول يا بني أميه إياكم الغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المرؤة وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل المسكر فإن كنتم ولا بد فاعلين فجنبوه النساء فإنه داعية الزناء كلام طيب من هذا الخليفة الذي لم يبقى في الملك إلا ستة أشفر في الخلافة وهذا أمر الله سبحانه وتعالى يعني نعتقد من وجهة النظر السياسية ما تنفع لو ولا هذا لكن نقول لو قدر الله أن يبقى هذا في الخلافة لا عاد للدولة أموية هيبتها لأن مروان بن محمد بعد ذلك أتاه وبايعه لما قال له أبقيك على ولاية أرمينيا والجزيرة بايعه وكانت يعني الدولة أموية ستكون قوية لو بقى مثل هذا الذي خطب هذه الخطبة الطيبة الذي يعني قال من ضمنها لا طاعة لمخلوقين في معصية الخالق نعم لكن الله قدر سبحانه وتعالى أن يتوفى بعد ستة أشهر تقريبا من خلافته في سنة يعني ستة وعشرين ومئة عزل يزيد بن وليد يوسف بن عمر عن ولاية العراق عن العراق ونصب في منصبه منصور بن جمهور ابن حصن بن عمر كلبي قالوا عن منصور بن جمهور أنه أعرابيا جافيا ولم يكن من أهل الدين سار منصور بن جمهور من البخرى إلى العراق لعزل يوسف بن عمر في اليوم الذي قتل فيه الوليد بن عزيد ولكن خبر قدومه بلغ يوسف بن عمر الثقفي تصر هاربا هو وأهل بيته إلى البلقاء بالشام وكان يوسف بن عمر قد وضع له رجالا يأتونه بما يحدث بالشام وكان قد أقام بالحيرة حتى يبادر بالفرار إذا ما أتاه ما يتهدد ولما علم يزيد بن الوليد أنه في البلقاء مع أهل بيته أرسل له محمد بن سعيد الكلبي على رأس خمسين فارسا فاختفى هذا الجبار الظالم المدعب يوسف بن عمر أين اختفى اختفى بين النساء لبس لباس النساء وتخفى بين النساء والأطفال فاستخرجوه وشدوا وثاقه وحبسوه مع الغلامين الحكر وعثمان بن الوليد بن يزيد وكان معهما أبو محمد سفياني فظل يوسف بن عمر بالسجن إلى حين قدوم مروان بن محمد بن مروان بعد ذلك لما ألحق مروان بن محمد في سنة سبع وعشرين ومئة الهزيمة بسليمان بن حشام بن عبد الملك الذي أرسله إبراهيم بن الوليد بعد ذلك في معركة أين الجر فر سليمان بن حشام ومن معه إلى دمشق واجتمع بإبراهيم بن الوليد وكبار رجاله وقالوا لا بد من قتل الحكم عثمان بن الوليد بن يزيد وإلا إذا وصل يعرفون أنه إذا وصل مروان بن محمد وأخرجهما فإنهما لن يترك أحدا ممن اشترك في قتل أبيهما ولذلك ترك أمر قتل الغلامين الغلامين هؤلاء ترك أمر قتلهما يعني إلى بعد ذلك نحن ترك أمر قتل الغلامين لهم ابني الوليد ابن يزيد وأبي محمد سفيان كان معهما في الحبس ويوسف بن عمر ترك أمر يعني تولى أمر قتلهما يزيد بن خالد بن عبد الله القسي فأرسل يزيد بن خالد بن عبد الله القسي مولى لأحد موالي خالد بن عبد الله القسي أرسل مولى من مواليهم اسمه أبو الأسد أرسل أبا الأسد ومعه بعض الرجال فدخلوا السجن وشدخوا الغلامين بالعمد ضربوهم على رؤوسهم بالعواميد حتى مات أرحمهم الله السلام كان غلامان صغيران كيف يضربان هكذا لكن الحكم أيها الأخو argument فتنة إذا عمت ثم بعد أن قتلوا الغلامين أخرجوا يوسف بن عمر وضربوا عنقه ولكنهم لم يتمكنوا من قتل السفياني لأنه أغلق عليه الباب وردمه ولم يتمكنوا من كسره لأن الأنباء بلغتهم بدخول مروان بن محمد فتركوه وفروا هذا ما حدث للمساجد إذن انظروا مصير الجبابرة فقط عند استعراضنا لتاريخ الولاد في العراق يعني مصير الجبابرة عجيب أيها الأخ تاريخ الولاد في العراق أثناء الدولة الأموية لما تستعرضونها أمر عجيب نرى العجب العجاب ظلم وبطش وحروب وجبروت وقتل وقتال وثورات وخيانة أمانة من الولاد فعلا أمور عجيبة في أثناء فترة خلافة وحكم يزيد الناقص يزيد بن الوليد بن عبد الملك والتي يقدرونها كما قلنا بستة أشهر تقريبا وعندما أرسل منصور بن جنهور كلبي إلى العراق وأمره بأن يقبض على يوسف عمر وعلى عماله أراد بن جنهور أن يعزل الأمير القوي والحازم نصر بن سيار عن خرسان وأرسل أخاه منظور بن جنهور أخاه اسمه منظور أخو منصور أرسل أخاه منظور بن جنهور ليتولى الأمر في خرسان لكن نصر بن سيار كان من القوة وكانت الأوضاع في دمشق من الافتراب بحيث تجعل أميرا قويا مجربا متمكنا مثل نصر بن سيار لا يستسلم لهذه الفوضى ويرضى بأن يعزل بهذه السهولة كان مروان بن محمد ابن مروان بن حكم والي الجزيرة وأرمينيا من أشد المطالبين في دم الوليد بن عزيد ولا قد كتب إلى الغمر ابن عزيد بن عبد الملك يحسه على الأخ فأخيه قتيل الغمر هذا يستفرون قلنا بأن أخوه الوليد بن عزيد قد أرسله للغزو في بلاد الروم هذه يمكن من حسناته واحدة من حسناته وما عنده يمكن غير إلا لما أرسل الغمر للجهاد في بلاد الروم فهذا مروان بن محمد كتب إلى الغمر بن عزيد يحرضه على الأخذ بثأر أخيه الوليد الذي قتل وليد بن عزيد وبمناسبة الكلام عن ولاية الجزيرة وأرمينيا فأن الدولة الإسلامية التي بلغت أقصد ساع لها في عهد الدولة الأموية وبالذات في عهد الخليفة الأموي العاشر حشام بن عبد الملك حتى الدولة العباسية والدولة العثمانية تكلمنا عنهما لم تبلغ استساعهما ونفوذهما ما بلغته الدولة الأموية أقول كانت هذه الدولة من الناحية الإدارية تقسم إلى ست ولاية قد يحدث بها إضافة بلاد إلى ولاية من هذه الولايات أو تنتزع بلاد منها هذه الولايات هي ولاية المدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف ضرور يعني على الرغم من صغر المساحة لكنها مهمة جدا ولاية المدينة المنورة ومكة المكرمة والطائفة هذه الولاية الأولى وقد تلحق بها اليمن ولاية الثانية ولاية العراق ويتبعها بالإضافة إلى العراق خرسان وبلاد ما وراء النهر والسند أيضا هذه ذا ولايته ثم ولاية الموصل والجزيرة وولاية أرمينيا وأذربيجان ثم ولاية مصر هذه الخامسة وولاية المغرب والأندلس هذه الولاية السادسة تقسم إلى ست ولايات أو ست يعني أقاليم يعني في مهول إذا كانت الدولة العثمانية بلغت أقصد ساعٍ لها قلنا مساحتها تقدر بعشرين مليون كيلومتر مربع ونقول الدولة الأموية أكبر من ذلك فما هي الدولة الأموية عظيمة أيها الأخوة يعني إذا كان المغرب جميعه المغرب يبدأ من ليبيا مغرب الأدنى إلى المغرب الأقصى المملكة المغربية الحالية هذا كله مع الأندلس كاملا هذا ولاية شيء مهول ونظروا إلى ولاية العراق مثلا العراق كاملا بما فيه فارس إيران وخراسان ودول ما وراء النهر كلها ولاية دولة الإسلامية والأخوة دولة عظيمة جداً كانت في عهد الدولة الأموية هذه الدولة التي يحاول الكثير من التفهاء النيل منها يكتافح سخيف تقيم الدولة الأموية من أنت حتى تقيم الدولة الأموية دولة الفتوحات هذه نعم على كل حال نقول منصور جمهور الكلبي في العراق ما بقى في العراق كثيراً فترة يعني ولايةWhen أحد كانت بسيطة خصيرة قام اليزيد بن وليد بعزله ونصب في منصبه عبدالله بن عمر بن عبد العزيز بن مروان جعله ولياً على العراق ولم يكن عبدالله بن عمر يصلح للولاية فعلى رغم من تدينه ووراعه إلا أنه لم يكن قادراً على إدارة ولاية قوية ولاية العراق ولاية قوية ما يستطيع أن يجيها لم يكن قادراً على إدارة هذه الولاية القوية مثل العراق التي أتبعها خراسان وابتدأ عمله بتثبيت نصر بن سيار على خراسان هذا شيء طيب ولكن في تلك الأثناء حدثت فتنة طبلية في خراسان بين اليمانية والنزالية بسبب إيقاف نصر بن سيار العطيات أو المرتبات عن الناس وأعطاهم أقل مما كانوا يأخذون طنع ذلك لأنه كان متخوثا مما سوف تأتي به الأيام نتيجة للفتنة التي تعصف تطوراتها بالبيت الأمم فأراد أن يجعل في بيت المال فائضا ينفع في الأزمات التي كان يتوقعها نصر بن سيار بخبرته الناس لا يفهمون بالسياسية عندما تتعرض إلى أرزاق الناس الناس لا يعذرونك من أين ينفقون من أين يأكلون ولذلك حدث اضطراب كبير بسبب ما قام به نصر بن سيار من إيقاف العطيات فتهددهم نصر فاستغل هذه الأوضاع أحد كبار اليمانية وهو جديع بن علي بن شبيب المعني نسبة إلى معنى بن مالك بن فهم بن غن بن دوس ودوس من قبائل الأزم المعني الدوسي ودوس هذه معروفة من قبائل الأزم هذا جديع بن علي يعرف بالكرماني لأنه ولد في كرمان وأراد أن يستغل اضطراب الأمور فيخرج على نصر ولكن نصر بن سيار علم به وألقى القبض عليها ولما أحضره أنكر الكرماني أنه يريد الفتنة وقال للنصر تأنى أيها الأمير وتثبت فأني لست أريد الفتنة ولكن عصمة بن عبد الله الأسد وكان قد علم بأمر الكرماني قال له كذبت فأمر نصر بن سيار بحبسه من باب الاحتياء والأزد قاموا بتهريب الكرماني من سجنه والتف حوله جماعة من اليمانية من الأزد وأرسل نصر لقتاله تلم بن أحوز المازني الثميمي ولكن الناس سعوا في أمر الصلح وضمنوا لنصر بن سيار أن لا يخرج عليه الكرماني كان يتحين فرصة هذا الكرماني ضمنوا له بأن لا يخرج ويلزم بيته فقبل نصر بذلك وأتاه أيضا الكرماني معتذرا لكنه كما قلنا كان يتربص ويتحين الفرصة ولما وصلت أنباء عزل منصور ابن جمهور الكلبي عن العراق وتولية عبد الله بن عمر بن عبد العزيز خطب نصر الناس ونال من منصور ابن جمهور وقالوا لما سمعوا ذلك غضب كرماني ابن جمهور واليمانية معها طبعا والحقيقة لا وإنما أرادها حج للفتنة والخروج هذا في قلبه مرض أرادها حج لكي يعني يخرج على نصر بن سيار ويستأثر بالأمر وأخذ يتحدى نصر بن سيار بل وطلب من الرسل الذين أتوا للصلح بينهما أن يرحل نصر من خراسان طلب منهم من أحد مطالبه قولوا له بأن يرحل من خراسان ولكن الأمر امتهى بخروج جديع الكرماني إلى جرجة في خلافة يزيد بن الوليد القصيرة أرسل الحارس بن سريج التميمي الذي قلنا سبق وقلنا أنه التجع عند الترك وقاتل معهم المسلمين أرسل إلى الخليفة في دمشق يطلب منه الأمان هذا الحارس مع سريج أرسل إلى يزيد بن وليد يطلب منه الأمان فأمنه الخليفة وكتب إلى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز برد ما كان قد أخذ من الحارس بن سيار فكتب إلى نصر بن سيار بذلك وكان نصر قد كتب قبل ذلك إلى الحارس بن سريج أعطيه الأمان وذلك خشية من أن ينتهز الحارس بن سريج الخلاس الذي دار بين نصر بن سيار والكرماني بقع نصر بين الأثنين بين الكلماني وبين الحارس بن سريج في سنة 2600 أخذ يزيد بن وليد البيعة لأخيه إبراهيم بن وليد بولاية العهد ويكون الأمر من بعد إبراهيم لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك وفيها أيضاً في هذه السنة عزل ما أشف رغم أنها ستة أشهر لكنها عامرة بالأحداث فيها أيضاً عزل يزيد بن وليد يوسف بن محمد بن يوسف عن المدينة المنورة وجعل عليها عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن عثمان في سنة 2600 أظهر مروان بن محمد أنه يريد أن يسير بقواته إلى دمشق ليطالب بدم الوليد بن يزيد ولكنه لما وصل حران جاءه كتاب يزيد بن وليد يضمن له إن بايعه أن يجعله والياً على الجزيرة وأرمينيه والموصل وأذربيجان فبايعه مروان بالخلافة إذن هذا أيها الأخوة عندما تسمعون هذه الأخبار يقولون الآن تم شم البني أمية قضى على الثوار عليه في بلاد الشام وهذا والي إرميني القوي يجدد له وثبته في منصبه وجدد له البيع أو بايعه ونصر بن سيارة هناك شيء خراسان ولكن أيها الأخوة الله سبحانه وتعالى له يعني تقدير غير ما يدبر الناس يقولون في ذي الحجة بعد عيد الأضحى من تلك السنة سنة ستة وعشرين ومئة توفي يزيد بن وليد في دمشق وكان يزيد بن وليد قدرياً من القدرية قدرية هم الذين يؤمنون بأن الإنسان إرادة مستقلة وقدرها مستقلة وأن الله سبحانه وتعالى ليس له جل وعلا أي مشيئة فيما يفعل الإنسان هذا أحد الأقوال التي قيلت كما تكلمنا عنه وخطبته كانت طيبة أيها الناس لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقلنا إنه طبعاً ينهى بني أمي عن الاستماع للقناء لا نمدح فقط إنما نقول أنه أيضاً ذكروا أنه كان قدرياً وطبعاً قدرية هؤلاء الذين كما تكلمنا عنهم أول من قال بهذه البدعة الشنيعة معبد بن عبد الله بن عكيم الجهني قتله الحجاج بن يوسف صبراً صبره قتله صبراً في سنة الثمانين بعد يزيد بن وليد تولى الأمر وفي نفس الوقت لم يتولى الأمر كيف تولى الأمر ولم يتولى نعم تولى الأمر أخوه إبراهيم بن وليد نعم هذا صحيح فالكثير من المغرقين قالوا بأن الناس كانوا في جمعة يسلمون عليه بالخلاف إذن تولى الأمر ولم يتولى الأمر لأنهم في جمعة أخرى يسلمون عليه بالإمار وجمعة لا يسلمون عليه لا بهذه ولا بتلك فإذن هو تولى الأمر ولم يتولى الأمر وبقى على هذه الحال حتى قدوم مروان بن محمد فقام بخلعه أما ولي عهده عبد العزيز بن حجاج عبد الملك بن مروان فقد قتله مروان بن محمد بل قتله لما في اضطراب الأوضاع في عهد بعد دخول مروان بن محمد قتله موالي الوليد بن عزيز في أثماء الفتنة التي عقلت كما قلنا دخول مروان إلى دمشق فهذه الفتنة أيها الأخوة عظيمة منذ أن قتل الوليد الفاسق الوليد بن عزيز نعم إنها الفتنة التي بعدها تبادرها كما قلنا منذ أن تولى الوليد بن عزيز الفاسق ما كان يجب على هشام بن عبد الملك أن يترف الوليد يتولى عنه مسلم كان في بني مروان الكثير من أمراء الأقبياء من أبناء الوليد بن عبد الملك وأبناء سبايمان بن عبد الملك ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا إبراهيم بن الوليد الخليفة الأموي الثالث عشر أمه أيضا أم ولد ويقال بأنه أخ لمروان بن محمد من أمه ولهذا السبب ربما لم يقتل مروان بن محمد والأخوة الحقيقة هذه الحلقة وهذا الدرس وهذا اللقاء يعني أعتقد أنه كان مرهقا يعني ذلك نريد أن نتوقف هنا وجزاكم الله خير على صبركم وعلى حسنكم معكم وإن شاء الله نلتقي في ربما لقائين أو ثلاثة أقول ربما لقائين ونختم لكم إن شاء الله بإذن الله وبحوله وقوته هذه الدروس دروس التاريخ السياسي للدولة الأموية ربما يكون هناك على الأغلب في الغالب يعني يكون بإذن الله تعالى يكون لنا يعني لقائين ربما أو ثلاثة لكن في الغالب نلتقي معكم في مرتين إن شاء الله وجزاكم الله خير أيها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحبكم أيها الأخوة بهذا الجمع الطيب ربما لقاءنا اليوم هو اللقاء تاسع عشر والدرس تاسع عشر من دروس تاريخ السياسي للدولة الأموية وهذه الدروس هي دروس في سلسلة التاريخ السياسي الإسلام تكلمنا قبل ذلك لا تذكرون عن الحروب الطليبية دروس الحروب الطليبية والتاريخ السياسي في المغرب والأندلس تاريخ السياسي للدولة الأموية تاريخ السياسي للدولة العباسية وها نحن اليوم نواصل الكلام في التاريخ السياسي للدولة الأموية ونحن يعني اقتربنا من النهاية ربما هذا اللقاء واللقاء إن شاء الله الذي الآخر سوف يكون لقاء الأخير لقاء العشرون درس العشرون هو اللقاء الأخير بإذن الله وقبل أن نبدأ في أحداث هذا اللقاء هذا الدرس درس العشر نريد أن نتكلم وبعجالة سريعة عن بعض الأمور التي ذكرناها في اللقاء الماضي درس العشرون المرة الماضية تكلمنا عن أحداث التي تمت في الأندلس قضاء على ثورة البربر في الأندلس التي قادها ابن هدين عبد الملك ابن قاطن الفهري أرسل بستفن إلى بلج بن بشر ومن معه في سبته فحملتهم إلى الأندلس إلى الأندلس تلتقوا مع البربر وقضوا على ثورتهم هزموهم ألحقوا بهم هزيمة كبيرة ثم تكلمنا بعد ذلك عن مقتل عبد الملك بن قاطن الفهري بسبب فتنة قبلية حصلت هناك وتكلمنا أيضا عن الولاة منذ الفتح الفتح العندلس على طارق بن جاد وموسى بن القير ثم أول أول الولاة على الأندلس وهو عبد العزيز بن موسى بن القير وجهاد الولاة 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 الأندلس تكلمنا عن جهادهم في جنوب فرنسا وأيضا من ضمن ما تكلمنا به في اللقاء الماضي تكلمنا عن الأحداث التي تمت في عهد وليد بن يزيد خليفة الأمو الحادي عشر وليد ثم ما كان من مقتله على يد ابن عمه خليفة الأمو بعد ذلك ثاني عشر جزيد وليد بن عبد الملك الذي يلقب بالناقص جزيد الناقص ثم حدوث الفتنة التي أعقبت مقتله مقتل وليد بن يزيد وليد خاسق وما قتل في اعتباره ولي الأمو الشرعي خليفة المسلمين عن قتلوه واغتصب منه الخلافة هذا أدى إلى دوث الفتن الكثير من بلاد الشام وغيره وأيضا قلنا بأن يزيد ابن الوليد خليفة كمو الثاني لم يبقى في الحكم إلا ستة أشهر تقريبا ثم جاء من بعده يقولون بأنه لم يعهد بالأمر إلى أخيه ابراهيم بن وليد ولكن على كل حال ابراهيم بن وليد يعتبر الخليفة الكمو الثالث عشر وبقى في الخلافة شئتم كما قال المواريخون بقى فقط سبعين ليلة سبعين ليلة بقى في الحكم هذا يريكم أيها الأخوة مدى اضطراب الدولة الموية في تلك الفترة من تاريخ أو آخر أيام ثم كان الأمر بعد ذلك لمروان بن محمد بن مروان ابن الحكم آخر الخلفاء الوحيين وسوف نتكلم في هذا اللقاء هذه الليلة سوف نتكلم عن تاريخ الدولة الموية في عهد مروان بن محمد بن مروان يقولون بأن مروان بن محمد لم يقتل إبراهيم الموليد في أحد الأفضال يعني بأنه كان أخوه من أمه ثم ابناء عم نعم لكن أيضا من أم واحدة كما يقول زحف مروان على الشام بقواته الكبيرة كان معه ما يقارب 80 ألف مقاتل وخرج له وبأمر من إبراهيم بن وليد سليمان بن هشام بن عبد الملك فيما يقارب 120 ألف مقاتل وفي عين الجر أو كما يسمونها اليوم عنجر هذه عنجر معروفة دارت معركة هائلة كبيرة تصر فيها مروان بن محمد ويقال بأنه قتل من جيش سليمان بن هشام ورابت 17 ألف رجل وأسر ما يقال بمثل عددهم وفر سليمان بن هشام ومن معه إلى دمشق واجتمع مع إبراهيم بن وليد ولما بلغتهم أنباء دخول خير مروان دمشق فر إبراهيم وليد واختبأ وقام سليمان بن هشام بنهب بيت المال وقسمه على من معه من الرجال وخرج من المدينة في العراق حدث فتنة بسبب عصبية قبلية وفي ظل هذه الفوض الرهيبة والفتن فلاحق خرج في الكوفة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ودعا إلى نفسه أغراه الشفية بالكوفة بذلك وتجمع له جمع كبير ولكنهم على عادتهم ما أسرع من فضوا من حوله لما جد الجد وقاتله جيش عبد الله بن عمر بن عبد العديز ولم يقتل عبد الله بن عمر وإنما أخذ له ولمن معه الأمان على أن يغادروا الكوفة ففعلوا غادروها وسار عبد الله بن معاوية الحاشمي إلى المدائن ومنها إلى فارس وسيطر على بعض الأناطق هناك وسيطر على الماهين وحمذان وقومس وأصفهان أو أصفهان والري وكان وكان خروجه في سنة سبع وعشرين ومئة نعم في جماد الآخرة من سنة سبع وعشرين ومئة قدم إلى الري الحارث بن سريج التميم قدم بالأمان الذي أخذه من يزيد بن وليد ووفد على نصر بن سيار فأكرمه نصر ولكن الحارث وحبثتنا حارث بن سريج اجتمع عليه قرابة ثلاثة ألاس من بني تميم بايعوه وكتب إلى الكرمان ليحالفه ويعني أشغل الناس هناك في تلك المنطقة البعيدة في ذلك الأقليم البعيد مروان بن محمد ابن مروان ابن الحكم دخل إلى دمش ولما تمع الناس بذلك قام موالي الوليد بن يزيد بالذهاب إلى دار عبد العزيز بن حجاج بن عبد الملك فقتلوه وذهبوا إلى قبر يزيد بن وليد فأخرجوا جثته وصلبوه على باب الجابية ثم أمر مروان بإحضار جثث الغلامين ويوسف بن عمر وأمر بدفنهما وأحضروا إليه أبا محمد السفياني الحقيقة حاولت أن أبحث في كتب الأنساب والتاريخ عن من هو أبو محمد السفياني والذي توصلت إليه ولا أدعي إنما توصلت إليه وسط ولكن على كل حال وجدت إن هناك رجل اسمه أبو محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ربما ربما يكون صاحب منها ما أعلم لكن على كل حال هذا ما اجتهد فيه وقد لا أكون قد أصبت وهذا الرجل اختفى في الدولة العباسية بالقرب من الملينة المنورة ولكنهم أرفوا وكانه فخرج إليه زيادة بن عبيد الله الحارف أمير المدينة برجاله ولكنه لم يستسلم لهم وقاتلهم حتى قتل وكان ذلك في أهد المنصور بدايات أبو محمد سفياني قال لمروان بن الحكم لمروان بن محمد ابن مروان بن الحكم قال له إن ابني الوليد الحكم وعثمان جعل الأمر لك يعني جعلاه لك كان الوليد ابن يزيد الفاسق قد بايع لهما إذا تذكران لما قلنا أنهما لم يبلغ الحلم فقال له يعني وهما في السجن جعل الأمر لك وقال له فعراً للحكم كان الحكم الوليد ابن يزيد قد قال فعراً في السجن ولجمال هذا الشعر وقوة معانيه سوف أقرأه عليكم ماذا قال قال ألا من مبلغ مروان عني وعم الغمر قال بذا حنين بأني قد ظلمت وصار قومي على قتل الوليد متابعين يذهب فلا غفاً أصبت ولا سمين ومروان بأرض بني نزار كليث الغاب مفترس عرينا ألم يحزنك قكلفة قريش وشقهم قصي المسلمين ألا فقر السلام على قريش وقيش بالجزيرة أجمعين وساد الناقص القدري فينا وألقى الحرب بين بني أبينا فلو شهد الفوارس من سليم وكعب لم أكن له مؤرهين ولو شهد ليوث بني تميم لما ذعنا صراف بني أبينا أتنكث بيعتي من أجل أمي فقد بايعتم قبل حجين فليت حؤولتي من غير كلب وكانت في ولادة آخرين فإن أهلك أنا وولي عهدي فمروان أمير المؤمنين طبعا هذا أخواله من بني كلب بن وبر ولما يقول فقد بايعتم قبل حجين يعني يتكلم أن يزيد الناقص لكن يزيد الناقص أمه يعني حفيدة الأكاسرة ولكن هكذا العرب عندما ينظرون إلى من ليس بعرب أو أمه من العرب ثم طبعا بايع أخوال سوفياني بايع مروان بن محمد وقام الجميع بمبايعته وكان أول من بايعه أهل حمص وبايعه أيضا أهل دمشق وأهل فلسطين والأردن ومروان بن محمد هو الخليفة الأموي الرابع عشر آخر الخلفاء الأمويين أمه أم ولد كردية يلقب بالحمار لحدته وقوته في الحروب ويلقب بالجعدي نسبة إلى معلمه الخبيث الجعد بن جرهم ولما تمت له البيعة عاد إلى منزله في حران وفي حران طلب إبراهيم بن وليد وسليمان بن حشام من أمان فأعطاهم الأمان ووفد عليه سليمان بن حشام وبايعه وبعد ثلاثة أشهر من وصول خليفة الأموي إلى مقره الجديد في حران وحران أيها الأخوة على أطراف بلاد الشام ثار عليه أهل الشام وكان أول من ثار عليه أهل حمص وهم أول من بايعه ولكنها الختنة يغلق وإذا فتح بابها فهي هات أن يغلق وكان الذي تولى أمر هذه الثورة ثابت ابن نعيم العدامي أخذ يبعث إليهم بالكتب يحرضهم على العصيان في حمص تجمع الكلبيون ومن معهم من اليمانية فلما سمع مران بن محمد بذلك ثار إليهم بنفسه وكان مران من القادة العسكريين البارزين ووصل إلى أسوار المدينة يوم الثالف من الشوال من فنة 27 ثم دخل المدينة وجرى بها القتال ودار نعم القتال شديد كبير ولكن قواته كبيرة سحقتهم وفر منهم من فر وقتل مران من وقع في يده من دعمائهم وأمر بصلب قتلاهم حول المدينة قدروهم ما بين الخمسمائة وستمائة رجل منهم بدعمائهم طلبوا على يعني حول المدينة وهدم جزءا من سور حمص قرابة الغلوة الغلوة هي رمية السهل نقدرونها بعشر ميل وعشر ميل أي ما يساوي مئة وستين مترا يعني تقريبا أما أهل دمشق وتحديدا أهل المزة من دمشق فإنهم ثاروا على أمير دامل بن عمر ونصبوا عليهم يزيد بن خالد بن عبد الله القسري وأعلنوا العصيان فأرسل إليهم مروان بن محمد من حمص ما يقارب العشرة في أهلاف مقاتل أنا دائما أقول ما يقارب يعني يقول فخرج له من مئة ألف مقاتل ما في شيء مئة ألف مقاتل معدودين عدد نحن نقول ما يقارب يعني أفضل هذه وقتل منهم سبعة عشر من قال لك عزر معدودين ما حد عددهم لكن يعني نقول ما يقارب هذه أنا أعتقد من وجهة نظري أنها يعني أقرب إلا إذا نص نصا يعني مثلا قالوا قتل منهم مثلا يعني أربعمائة واثنين وعشرين هذه يعني تكون واضحة بها نص أما عشرة ألاف مئة ألف كذلك يعني الواحد الأحواط أن يقول ما يقارب يعني قد يكون هذا الرقم صحيح لكن كلمة ما يقارب نعم يقولون هدم أيضا كما قلنا جزءا من ثور حمص وقلنا كذلك أن أهل حمص لأهل دمشق أهل المزة أهل المزة من دمشق لما ثاروا أرسل إليهم مران عشرة ألاف مقاتل عليهم مجزأ ابن الكوفر ابن زفر بن حارف الكلابي فألحق بهم هجيمة تاحقة وحرق بيوت اليمانية في المزة وأمر بقتل يزيد بن خالد وأرسلوا برأسه إلى مروان في حمص نعم يزيد بن خالد نعم طبعا خالد بن عبد الله القسر فهو يزيد بن خالد بن عبد الله القسر أرسلوا برأسه إلى مروان وكان مروان فيه أهل فلسطين أيضا ثاروا وتزعم ثورته كما قلنا ثابت بن معين المعذامي وسار بقواته إلى طبرية وحاصرها فلما بلغت مروان هذه الأخطار أمر مجزأة بن زفر يلقبونه بأبي الورد هذا مجزأ بن زفر بن حال في الكلاب يلقبونه بأبي الورد أمره بأن يتحرك بقواته لمواجهتهم فسار من فوره فلما سمع المحاصرون بقربه من مدينتهم تشجعوا وخرجوا بقيادة أميرهم الأموي الوليد بن معاوية بن مروان بن حكم وهاجموا معسكر ثابت بن نعيم الجذامي وهزموهم وفر ثابت بمن معه إلى فلسطين ولكن مجزأة حزمه ففر وأسر ثلاثة من أولاده ثم أسره فأمر مروان بخطع يديهم وأرجولهم لأنهم أيها الإخوة ولما تسمعوا هذا العقاب القاسي قطع الأيدي والأرجل لماذا؟ لأنهم من المفسدين في الأرض تاد عظيمة لما يحدثون فتنة كم من الآلاف المسلمين تحدث فتن عظيمة كذب الله واحد له وجهة نظر أراد الخروج فأمر طبعا بقطع أيديهم وأرجلهم لأنهم كما قلنا من المفسدين في الأرض ثم بعد ذلك أمر بقتلهم وصلبهم على أبواب دمشق في تلك الأثناء كان العراق يشتعل بقتال سببه العصبية وكان القتال يدور بين عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وهو في الحيرة ومعه اليمانية وبين النظر بن سعيد بن عمر الحرشي العامي وهو في الكفر ومعه المضرين واستمر القتال بين الطرفين لما يقارب الأربعة أشهر وفي تلك الأثناء خرج في أرض الجزيرة خارجي اسمه سعيد بن بهدل الشيباني خرج في مئتين من أتباعه من أهل الجزيرة منهم الضحاك بن قيس الشيباني وسار سعيد بن بهدل بمن معه إلى العراق مستغلا اضطراب الألضاع فيها هو في الشام أيضا ولكنه هلك بسبب علة أصابت هلك بسبب علة أصابت يقال بأنه مات بالطاعون فخلفه في زعامة الخوارج رجل من الخوارج الشرات ثم هؤلاء من الخوارج الشرات اسمه الضحاك بن قيس الشيباني وتوافد عليه الخوارج السفرية بكل مكان يبايعون حتى تجمع له ما يقارب الأربعة ألاف رجل ثم خرجوا بمئتين الآن أصبحوا أربعة ألاف بما جاءوا بالصفرية الخوارج السفرية وسار بهم إلى الكوفة فلما سمع المضرية واليمانية الذين كانوا يتقاتلون بما بينهم بما حدث اتفق عبد الله بن عمر والنظر بن سعيد على أن يوقف القتال وأن يوحد صفوفهما لقتال الخوارج ولم يصمد أهل العرام كعادتهم على الرغم من يعني اتحاد أهل الكوفة وأهل البصرة لم يصمدوا كعادتهم في مثل هذه اللقاءات لما تقاتلوا مع الخوارج وألحق بهم الخوارج أزائم متتالية وقتلوا كثير من رجالهم واستولوا على الكوفة أما أصحاب عبد الله بن عمر بن عبد العزيز فإنهم ساروا معه إلى واصف وفي واصف نشب القتال بين الحمقى الذين أعمتهم الفتنة القبلية عادوا إلى حربهم التي كانت فيها اليمانية كما قلنا يتزعمهم عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والمضرية بل والنزارية مضر وربيعة يتزعمهم النظر بن سعيد وأما الخوارج فإنهم تولوا على الكوفة وواسط ولما استولى الضحاك على الكوفة نصب عليها ملحان الشيباني ثم سار الضحاك بقواته إلى واصط لقتال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والنظر بن سعيد ابن عمر الحرشي فلما علم بأمره عادى واستفقى على قتاله وتقاتل معه ولكن خوف عبد الله بن عمر من مران ابن محمد جعله يبايع الخارجي وينضم إليه أحني أمر عجيب رأيتم ابن عمر بن عبد العزيز يعني مشكلة ابن عمر بن عبد العزيز يبايع هذا الخارجي المجرب هذه لا شك إنها الفتنة أيها الأخوة يعني تحدث لا توقعها أحد مروان ابن محمد مزعج هذه التطورات تحرك بقواته من الضطافة إلى الرقة لكي يشرف على جيش يزيد ابن عمر بن هبير الحزيز ابن عمر نعم هذا يزيد هو ابن عمر بن هبير الحزيز الذي تبعثه إلى العراق لقتال هذا الخارج كان قد جهز جيشا يترأسه يزيد ابن عمر بن هبير فخرج لكي يشرف على هذا الجيش الذي تذهب إلى العراق لقتال في الحوالي وكان سليمان بن حشام عبد الملك تأذنه في البقاء بالرصافة لكي يستريح لبعض الوقت فأذن له فبقى بها فوفد عليه في الرصافة ما يقارب عشرة آلاف رجل من أهل الشام من جيش كان قد بعثهم مروان للالتحاق بيزيد ابن عمر بن هبير لكنهم انحرفوا وأتوا إلى هذا سليمان بن هشام وطلبوا من سليمان بن هشام أن يخلع مروان بن محمد ويقاتله فأسمع مقالتهم وسار معهم إلى قن سرين لقتال مروان وانضم إليه الكثير من أهل الشام هذه الفتنة أهل الشام أهل طاعة لكن لما اشتعلت الفتنة هذا ما حدث الحقيقة مروان بن محمد قرر أن يواجه هذا التهديد الجديد الذي لم يتوقع وتحرك بقواته لقتال سليمان بن هشام أما من كان مع سليمان بن هشام فإنهم تحصنوا بحصن الكامل حصن اسمه الكامل من أرض بن نسرين فأقبل عليهم مروان بن محمد وأرسل إليهم يسألهم عن سبب هذه الفتنة ويحذرهم من عواقبها فكأنهم أظهروا له الطاعة فارتحل عنهم ولكن من كانوا مع سليمان بن هشام كثر جمعهم حتى بلغوا يعني بلغ أددهم ما يقارب السبعين ألف ونزلوا في قرية من أرض قرن نسرين اسمها خساف فصمم مروان على حسم هذا الموقف وعاد لقتالهم وألحق بهم أزيمة كبيرة وأمر بقتل الأسرى جميعا ما عدى العبيد فإنهم لا يقتلونهم وكان الكثير من الأسرى بدعوا بأنهم عبيد فأمر ببيعهم وبلغ ما قتل من هؤلاء التعساء ما يقارب الثلاثين ألفا أما سليمان بن هشام فإنه فر مع من جاء إلى حمص وأمر بترميم أسوارها وما هدمه مروان منها لما قلنا بأنه هدم ما يقارب الغلوة من أسوارها أيضا مروان بن محمد تحرك باتجاه حمص فعزم من كان مع سليمان من هشام على مباغتة مروان وقتله فخرج من حمص قرابة تسعمائة تارس ولكن مروان ألحق بهم الحزيمة وحاصر حمص لمدة عشرة أشهر ونصب من حولها كما قال المؤرخون أكثر من ثمانين من جنيقا هذا حصار شديد ثمانين من جنيقا سوف تقضل بالحجارة وسوف تقتل وتخذب وتدمر وتوقع الرعب أكيد فكانوا يخرجون إليه في كل يوم يقاتلونه ثم يرجعون لكن الحصار جهدهم وأضر بهم فعرضوا عليه إن أعطاهم الأمان أن يسلموا له سعيد بن هشام وابنيه عثمان ومروان فقبل ومنهم ذلك طبعا عرض مغري هذا واستولى بذلك على المدينة الثائرة ويقال بأن سليمان بن هشام بن عبد الملك طر إلى حيث عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وبايع الضحاك بن قيس الشيباني هذا الخارجي وكان عبد الله بن عمر أيضا قد بايع الضحاك ولذلك قال شاعرهم ألم ترى أن الله أظهر دينه فصلت قريش ألف بكر بن وائل طبعا هم من بكر بن وائل خارج هؤلاء ولما رأى النظر بن سعيد بن عمر الحرشي ذلك قرر أن يلتحك بمروان بن محمد في الشام وفي طريقه إلى الشام توقف في القادسية فخرج له ملحان الشيباني عامل الضحاك على الكوفة ولم يكن مع ملحان ما يكفي من الرجال فهزمه النظر معه عدد قليل فهزمه النظر بن سعيد وقتل ملحان ولما بلغت هذه الأنباء الضحاك بن قيس نصب المثنى ابن عمران العائذي العائذي يعني من عائدة قريش نصبه على الكوفة في ذي القعدة من سنة 27 ومئة بسط مران بن محمد خيطرته على الشام وأرسل إلى العراق يديد بن عمر بن خبيرة كما قلنا أميرا على العراق وفي هذه الأثناء كتب أهل الموصل إلى الضحاك بن قيس أن يأتيهم فيولونه أمرهم فسار الضحاك إلى الموصل وفتحوا له أبوابها فدخل وقاتله القطران بن أكمة الشيباني القطران بن أكمة الشيباني عامل مروان على الموصل في قلة من أصحابه فقتلوا جميعا كان معه عدد قليل قاتلوا هذا ولكنهم قتلوا جميعا وسيطر بذلك الضحاك على الموصل فلما علم مروان بذلك وكان محاصرا لحمص أمر ابنه عبد الله بن مروان نائبه على الجزيرة بأن يخرج لقتال الضحاك فسار إليه وكان معه أكثر من سبعة ألاف رجل ومع الضحاك ابن قيس الشيباني كان معه عدد لهول من المقاتلين قدروهم بمئة وعشرين ألفا والتقى الطرفان ولكن عبد الله بن مروان من كان معه وجدوا في أسوار مدينة النصيبين خير ملجأ مدينة نصيبين هذه وجدوا في أسوارها خير ملجأ دخلوها ويعني اهتموا بأسوارها من الضحاك وجيوشه الهائلة أيضا مروان ابو محمد مروان حمار خليفة أمم الرابع عشر حمار شديد في القتال ما يهدأ فأسرع يعني بقواته مروان هذا يعني كما تعركون كان غاليا على الجزيرة وأرمينيا الخليفة الذي كان قائدا أسكريا كبيرا أسرع بقواته لمقاتلة هذا الخارجي وفي كفر التوثة التقى جيش مروان بقوة من جيش الضحاك وفي هذا القتال وعند حلول الظلام قتل الضحاك ولم يتبينوا مقتله في بادئ الأمر ولكن عبد الملك بن بشر التغلبي وخوة من قادة الضحاك جاء إلى مروان وأخبره بخبر الضحاك فأرسل مروان بن محمد جماعة من رجاله معهم المشاعل وأخرج الضحاك من بين فتلى واحتزوا رأسه بعد مقتل الضحاك بن قيس الشيباني قام الخوارج بمبايعة الحيبري وهو من كبار قادة الضحاك وكان مع الخوارج سليمان بن حشام بن عبد الملك وبادر الخوارج بقتال مروان بن محمد وبادر الخوارج بقتال مروان بن محمد وانقضى الخيبري بأربعمائة فارس من الخوارج الشراك وحزموا مروان في بداية الأمر وفر مروان هاربا من معسكره وكان في القلب على الرغم من شجاعته ولكنه فر تاح الخوارج ودخل معسكره ودخل الخيبري حتى وصل إلى خيمة مروان دخل خيمة مروان أما الميمن وعليها عبدالله بن مروان بن محمد فقد بقيت ثابتة في مواقعه وكذلك الميسر كان عليها سحاق بن مسلم العقيل الخيبري هذا لما وصل إلى خيمة مروان وفر مروان دخل إلى خيمة مروان وجلس على فرشه فلما رأى العبيد الليس مع الخيبري الكثير من الرجال هجموا عليهم وعلى من معهم بالعمد وضربوهم بها بالعوامي الضرب حتى قتلوا الخيبري وجميع من معه عبيد الكثير دخلوا خيمة الخليفة لا شك عندها الكثير من الحبيد فهجموا على هؤلاء وقتلوهم ضربا بالعمد ثم أرسلوا إلى مروان وكان على مسافة كبيرة من أرض المعركة فعاد من فوره ولما قتل الخيبري بايع الخوارج رجلا منهم اسمه شيبان بن عبد العزيز اليشكر وكان مروان بن محمد قبل مقتل الضحاك بالطيس قد أمر يزيد بن عمر بن هبيره قتال الخوارج في العراق وكان على الخوارج الكوفة المثنى بن عمران الذي قلنا من عائدة فريش فسار إلى العراق وفي عين التمر التقى بن هبيره بالمثنى بن عمران العائدي وكان معه منصور بن جمهور الكلبي ونشب القتال بينهم أياما ولكن ابن هبيره هزمهم وقتل العائدي في هذا اللقاء وفر منصور بن جمهور إلى الكوفة وكانت هذه الأحداث في رمضان سنة 29 ومئة وفي الكوفة جمع منصور بن جمهور أتباعهم اليمانية ومن معهم من الصفرية وسار بهم إلى القوحاء فلحق بهم ابن هبيره وتقاتل معهم وأزمهم ثم دخل ابن هبيره إلى الكوفة وطرد الخوارج نعم بعد ذلك تحرك ابن هبيره إلى غاصد لقتال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وحزمه وأسره وكان ابن هبيره قد اتخلف على الكوفة لما ذهب إلى غاصد عبد الرحمن بن بشير العجلي ولما وصلت أخبار هذه التطورات في العراق إلى الضحاك أمر عبيدة بن سوار التغلبي بالمسير إلى العراق لنصرة من بها من خوارج ولقتال ابن هبيره الذي نكل بهم وسار عبيدة بن سوار التغلبي حتى وصل الصرات فانضم نعم الصرات فانضم إليه منصور بن جمهور الكلبي فسار إليهم ابن هبيره بفواته والتقى بهم في معركة قوية ومزقهم وقتل عبيدة بن سوار وبذلك سيطر ابن هبيره على العراق وقضى على من بها من الخوارج من أتباع الضحاك وكان منصور ابن جمهور الكلبي قد فر من معه من معركة الصرات هذه واستولى على ماهين والجبل إذن تلاحظون أن في مثل هذه الأوضاع المطاربة بسبب الفتن يبرد أهل الأحواء والبدع للخوض فيها فهذه الأجواء هي البيئة الخصبة التي ينتعشون فيها ويزاولون فيها أنشطتهم المجرمة والتي دائما ما يصاحبها القتل والترويع والخرم بعد أن بايع الخوارج لشيبان الاشكري أشار عليهم سليمان بن أشاء ابن حشام بن عبد الملك وكان معهم كما قلنا أشار عليهم بأن يذهبوا إلى الموصل وأن يحفروا خندقا من حولهم بدلا من طريقتهم الانتحارية هذه والتي دائما تنتهي بمقتل زعمائهم وأخذ خوارج برأي سليمان بن حشام ولما جاءهم مروان طال القتال بينهم لتسعة أشهر لأنهم متخندقين هذا رأي طيب من ناحية العسكرية واستمر إلى سنة تسع وعشرين ومئة وبعد أن ضيق مروان بن محمد الخناق على الخارج نصحهم سليمان بن أشاء بمغادرة الموصل فساروا إلى فارس ولكن جيش مروان بن محمد الذي يقوده عامر بن ضبارة المري لاحقهم إلى فارس وكان عامر بن ضبارة يقتل من يقع في يده منهم ممن يتخلف عنهم حتى تفرق تفرق جمعهم أما شيبان بن عبد العزيز اليشكري فإنه ذهب ومن معه إلى فارس ومنها ذهب إلى جزيرة ابن كاوان ثم منها عبر إلى عمان فقتله جلندا بن مسعود بن جيفر بن جلندا الأزدي صاحب عمان هذا تعرفون تكلمنا عنهم في دروس العرب حسب جلندا بن مسعود بن جيفر بن جلندا الأزدي صاحب عمان تمكن من قتل هذا الخارج وأما سليمان بن عشام فإنه ركب السفن مع أهل بيته ومواليه وذهبوا إلى السند وذهب مروان إلى حران ثم بعد ذلك ذهب إلى الزام نعم في سنة ثمان وعشرين ومئة خرج الحارث بن سريج التميمي بخراسان خرج على مروان بن محمد وقال بأن الذي أعطاني الأمان يزيد بن وليد وإن مروان سوف لن يقر الأمان الذي أعطاه يزيد ونصحه جماعته بأن لا يخرج لأن في ذلك فتنة يكون ضحيتها المسلمون ولكنه لم يستمع لهم فعرض عليه نصر بن سيار وعلي خراسان أن يوليه مراء النهر ويعطيه ثلاثمائة ألف فلم يقبل ثم قال له نصر قال الحارف بن سريج ابدأ بالكرمان فإن قضيت عليه فأنا في طاحتك أو تركني أقاتله فإن قضيت عليه اصنع ما بدلك ولكنه كان يريد من نصر أن يعتزل لولايا صاحب فتنة حقير خالد حارف بن سريج كان مع الحارف بن سريج التميم الخبيث جهم بن صفوان مولى بني راسب صاحب خبث الجهمية حتى تعرفوا خبث الحارف انظروا من هو مستشار ومن كان في صفوان جهم بن صفوان وطبعا من المعروف أن جهم بن صفوان أخذ بدعته من الجعد بن درهم وكان خالد بن عبد الله القسري قد قتل الجعد بن درهم بسبب بدعته في عيد الأضحى في يوم النحر من سنة 24 ومئة وكان الجعد بن درهم مؤدبا لمران بن محمد وفي هذه الفتنة وقع جهم بن صفوان أسيرا في يد سلم بن أحوز المازني فأمر بقتله وكان علي ابن جديع الكلماني قد اشترك في هذه الفتنة ووقف في صف الحارف بن سريج وقاتل معه في أثناء هذه المواجهات غادر نصر بن سيار مر على أمل أن يدب الخلاف بين الكلماني وابن سريج نصر هذا سياسي وقائد عسكري كبير ولما غادر نصر المدينة سيطر عليها الكلماني وكان معه الحارف بن سريج وبالفعل حدث ما توقعه نصر بن سيار إذ سرعان ما ناشب القتال بين الكلماني والحارف وكان من نتيجته مقتل الحارف بن سريج وعمر الكلماني بصلب جثته وكان مقتله في رجب من سنة 28 ومئة وبعد مقتل حارف بن سريج سيطر الكلماني على مر تركها له نصر بن سيار نعم حتى يعني لا يتقاتل معه يعني تحدث مصائب كبيرة للمسلمين من أهل تلك البلاد إذا الأخوة فيما مضى من الأيام كان الوالي أو الأمير إذا خرج عليه عدو يقوم بقتاله فإن لم يتمكن من الغضاء عليه يكتب إلى الخليفة فيمده الخليفة بالرجال فإن كانت هذه الأحداث بالمغرب مثلاً أمر الخليفة والي مصر في نجدة من في المغرب وإن كان الأمر في خراسان كتب الخليفة إلى أمير العراق لينجدهم وإن كانت المشاكل في العراق أرسل إليهم بجند الشام ولكن الأوضاع في هذه الفترة تاريخ الأمم مطلع والخليفة في شغل شاغل فهو لا يكاد يطفئ فتنة حتى تستعر الأخرى هذا ما شاهدنا من متابعتنا لهذا التاريخ ولذلك ترك نصر بن سيار مر أصمة خراسان للكرمة نعم في سنة 2900 أمر إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف أمر أبا مسلم الخراسان بإظهار الدعوة العباسية ولبس السواد كانت الملابس السوداء والرايات السود هي شعار بن العباس وكان ابراهيم ابن محمد يعرف بالإمام ولعلكم تلاحظون أيها الإخوة أني لم أتكلم عن بداية ظهور الدعوة العباسية ولقد رأيت أن أتركها إلى أحداث سنة 2900 والتي فيها كما ذكرت أن ابراهيم ابن محمد طلب من أبي مسلم المجاهرة بالدعوة العباسية فما هي قصة هذه الدعوة التي عصفت بالدولة الأموية ونشأت على أنقاضها بالدولة العباسية نعم سوف نحدثكم إن شاء الله عن هذه الدعوة دعوة العباسية وتعرفون طالما تدعنا في الكلام عن الدعوة العباسية فهذه طبعا بوادر الكلام عن نهاية الدولة الأموية أول ما تدعت الدعوة العباسية يعني كان أول دعايتها في أهد الخليفة الأمو الثام من عمر بن عبد وكان ذلك في سنة مئة من الهجر وكان محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يقيم في بلدة الحميمة الحميمة هذه من أرض الشرات والشرات هذه في البلقاء في الشام ففي هذه السنة أرسل محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أحد أثباعه وهو ميسرة أرسله إلى العراق وأرسل معه محمد بن خنيس وأبا عكرمة السراج وحيان العطار وحيان العطار هو خال إبراهيم بن سلمة وأبو عكرمة السراج هو الذي يعرف بأبي محمد الصادق أمرهم محمد بن علي بن ذهاب إلى خراسان وكان والي خراسان هو الجراح بن عبد الله الحكم وأمرهم بالدعوة له ولأهل بيته فنفذوا ما أمرهم به وقاموا بالدعوة له وأقبل عليهم بعض الناس في البداية وقبلوا بهذه الدعوة وقام من دخل في هذه الدعوة بالكتابة إلى محمد بن علي وحمل وفوده الذين أرسلهم هذه الكتب إلى ميسرة حملوا هذه الكتب إلى ميسرة في الحرام وقام ميسرة بإرسالها إلى محمد بن علي اختار أبو محمد القادق وأبو محمد القادق هو أكرمة السراج كما قلنا اختار لدعوة محمد بن علي اختار لهذه الدعوة اثني عشر رجلا عرفوا بالنقباء هؤلاء الاثنى عشر هم النقباء نقباء الدعوة وهم كما ذكرهم المؤرخون سليمان بن كثير الخزاعي ومالك بن الحيفن الخزاعي وطلحة بن زريق الخزاعي وأبو حمزة عمر بن أعين مولى خزاعه وعيسى بن أعين مولى خزاعه ثم لاهز بن قريض التميمي وموسى بن كعب التميمي والقاسم بن مجاشع التميمي وأبو داود خالد بن إراهيم من بني عمر بن شيبان بن دهل وأبو علي شبل بن طحمان الهروي مولى بني حنيفة وأبو النجم عمران بن اسماعيل مولى آل أبي معيط وقحطبه بن شبيب بن خالد بن معدان الطائي وقحطب هذا تعب دورا كبيرا كما سوف يعني نلاحظ إذن هؤلاء هم المغفاء واختار أيضا سبعين رجلا وكتب لهم محمد بن علي بكتاب تضمن على منهجه وتعالمه ليتبعوها ويسيرون عليها في سنة اثنتين ومئة أرسل ميسر رسله من العراق إلى خرسان وظهر أمر الدعوة وأرف بذلك عمر بن بحير بن ورطاء السعدي السميمي فذهب إلى سعيد بن عبد العديد بن الحارف الحكم بن أبي العاص وهو والي قرسان فأخبره بأمرهم فأرسل في طلبهم ولما سألهم عن أمرهم قالوا له نحن قوم من التجار فقال ما هذا الذي بلغني عنكم قالوا له لا علم لنا بذلك فقال جئتم دعاة سألهم هل أنتم دعاة قالوا له لا أن لنا في أنفسنا وتجارتنا ما يشغلنا عن مثل هذه الأمور فقال لمن حوله من يعرف هؤلاء فقال جماعة في مجلسه من ربيعة ومن القحطانية نحن نعرفهم ونحن نضمنهم نحن نضمنهم أن لا يأتي منهم شيء تكرهه فطبعا لما ضمنهم تركه هذا طبعا ليس من الحزب في مثل هذه الأمور هذا ليس من الحزب في سنة خمس ومئة جاء بكير بن ماهان من المهند وكان في صحبة الجنيد ابن عبد الرحمن والي الهند يعمل فرجمانا من المهنده فلما عزل الجنيد قدم بكير بن ماهان إلى الكوفة ومعه شيء من الذهب والفضة والتقى بأبي أكرمة سنراج وبميسرة ومحمد بن خنيس وسالم أعيا وأبي يحيا مولى بن سلمة وأخبروه بأمر الدعوة إلى بن هاشم فقبل بما عرضوا عليه وافقه ذلك وأعطاهم ما كان معه من ذهب وفضة لم يكن طبعا بالشيء الكثير ولكن هذا يساعدهم في ذلك ثم ذهب إلى محمد بن علي وفي تلك الأدماء مات ميسرة فأرسل محمد بن علي بكير بن مهان إلى العراق ليكون في مكان ميسرة وفي سنة سبع ومئة أرسل أبو كير بن مهان أبا عكرمة سراج ومحمد بن خنيس وعمار العبادي ومعهم جماعة من أكباعهم منهم زياد خال الوليد الأزرق إلى خراسان أرسلهم ليقوموا بالدعوة فيها وعلم بأمرهم رجل كندي فذهب إلى أسد معبد الله القصري وأخبره بأمرهم فقبضوا عليهم وأحضروهم إليه وكان منهم أبو عكرم السراج ومحمد بن خنيس ولكن أمار العبادي تمكن من الفرار وأمر أسد بن عبد الله بقطع أيديهم وأرجلهم ثم صلبهم احتضارهم من المفتدين في الأرض ووصل أمار العبادي إلى بكير بن مهان وأخبره بما حصل فكتب أبو كير إلى محمد بن علي يخبره بهذه الأنباء هذه ضربة كبيرة لأشقه يعني كادت أن تكون قاضية لكنها ليس قاضية وفي سنة ثمان ومئة أرسل بكير بن مهان عدد من دعاته إلى خرثان منهم أمار العبادي فوشى بهم إلى أسد بن عبد الله رجل علم بأمرهم فقبض أسد على عمار وأمر بقطع هديه ورجليه ولكن أصحابه تمكنوا من الفرار وذهبوا إلى بكير بن مهان وأخبروه بأمر عمار فكتب يخبر محمد بن علي بذلك فكتب محمد إليهم يقول الحمد لله الذي صدق دعوتكم ونجى شيعة نحن وفي سنة سبع عشر ومئة قبض أسد عبد الله القصري على جماعة من زعماء دعاة بن العباس منهم سليمان بن كثير الخزاعي ومالك بن هيسم الخزاعي وموسى بن كعب الثميمي ولاهن بن قريض الثميمي وخالد بن إبراهيم الذهلي وطلحة بن رزيق الخزاعي وأراد أن يقتله ولكن سليمان بن كثير الخزاعي خدع قال له نحن من قونك لأنه خزاع من اليمن وقد حقد علينا المضرية لأننا كنا من أشد الناس على قثيبتين مسلم فأمر أسد بحبسهم ثم خلى سبيلهم وهذا أيها الإخوة من تقدير رب العالمين لأنه لو قتلهم كما قتل دعاتهم الذين وقعوا بيده قبل ذلك لنهارت الدعوة العباسية في مهد ولكنه أمر الله الذي لا راد لقضائه سبحانه نعم في سنة ثمان عشر ومئة أرسل بكير بن ماهان إلى خراسان عمار بن يزيل ليكون واليا على شيعة بن العباس فنزل مار وغير اسمه إلى خداش ودعا إلى محمد بن علي فأقبل الناس على دعوته ثم بعد ذلك دعا إلى الخرمية وهي دين وثني إباحي وأخبرهم بأنها للتعاليم أمر بها محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ولكن خداشا هذا وقع في أسد بن عبد الله القصري فأمر بقطع لسانه وسم العينيه وقطع هديه وفي سنة عشرين ومئة أرسل شيعة بن العباس في خرسان سليمان بن كثير الخزاعي إلى محمد بن علي ليطلعه على أخبارهم وأوضاعهم وذلك لأن محمد بن علي غضب على شيعته بخرسان لأنهم صدقوا ما جاء به خداش من كذب وافتراء على لسانه نحن نحن نتكلم لكم الآن تطورات الدعوة التطور التاريخي للدعوة العباسية تلاحظون قلنا أنها بدأت في سنة مئة في عهد عمر بن عبد العزيز وهكذا نحن الآن نتطور في تدرجها التاريخي في الكلام عن تدرجها التاريخي في سنة 24 جاء سليمان بن كثير الخزاعي ومالك ابن حيثم الخزاعي ولاه من قريض التميمي وقحطبة من شبيب القائي جاءوا من خراسان إلى الكوفة وكانوا يريدون أن يتوجهوا إلى مكة ووفدوا على عاصل يونس العجلي وكان محبوسا بتهمة الدعوة لبن العباس ومعه في السجن عيسى وإدريس ابن معقل وهما من عمال خالد بن عبد الله القصري ولذلك حبسهما يوسف بن عمر وحبس معهما أيضا أبا مسلم الخراسة كان أبو مسلم يقوم بخدمتهم وفي السجن طام عاصم يونس بدعوة عيسى وإدريس ابن معقل لبن العباس للدعوة العباسية فقبل دعوته وتبعهما في ذلك أبو مسلم ويقال بأن أبو كير ابن ماهان كان قد سجن في سجن الكوفة في السجن أبو عاصم يونس العجلي وعيسى ابن معقل العجلي ومع عيسى أبو مسلم يقوم بخدمته فدحهم إلى بن الحباس فأجابوه ولما سأل أبو كير إن مهان عيسى ابن معقل عن أبي مسلم قال له إنه مملوك فقال تبيعه قال هو لك قال أحب أن تأخذ ثمن قال هو لك بما شئت فأعطاها أربعمائة درهم ثم لما أطلق سراحهم أرسل أبو كير بن مهان أبا مسلم القرسان إلى إبراهيم الإمام فأرسله إبراهيم إلى أبي موسى السضاج فتعلم على يده في سنة 25 ومئة ذهب سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم الخزاعيان ذهبا ومعهم لاهل بن قريض الخميمي وقحطب بن خبيب الطائي ذهبا إلى مكة للالتقاء بمحمد بن علي ابن عبد الله بن أباس المطلب وأخبروه بأمر أبي مسلم فقال لهم أحر هو أم عبد فقالوا له أما عيسى بن معق العجلي فيزعم أنه عبد وأما هو أي أبو مسلم فيزعم أنه حر فقال لهم محمد بن علي أشتروه وأعتقوه ثم إنهم أعطوا محمد بن علي مائتي ألف درهم وأعطوه كسوة بثلاثين ألف درهم وقال لهم ما أظنكم تلقوني بعد عام هذا فإذا حدث بحدث فصاحبكم هو ابني إبراهيم بن محمد فإني أثق به وأوصيكم به خيرا فقد أوصيته بكم وفي ذي قعدة من سنة خمس وعشرين ومائة توفي محمد بن علي وكان أبوه علي بن عبد الله بن عباس قد توفي في الحميمة في سنة ثمان عشر ومائة وأما جده الصحابي الجليل عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن العبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما فقد توفي في سنة ثمان وستئين ودفن بالطار نعم إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عرف بإبراهيم الإمام وفي سنة ستة وعشرين ومائة أرسل إبراهيم الإمام أرسل أبا هاشم بكير بن مهان إلى خراسان وبعث معه السيرة والوصية فذهب إلى مر عاصمة فراسان واجتمع بالمخباء والدعاة وأخبرهم بوفاة محمد بن علي وأن الأمر أصبح لإبراهيم الإمام وعرض عليهم كتاب إبراهيم الإمام وأعطوه ما جمعوه من أموال من شيعتهم فأخذها أبو كير وذهب بها إلى إبراهيم الإمام وفي سنة سبع وعشرين ومائة ذهب سليمان بن كثير ولاهز بن كريض الكميم وقحطبة ومعهم أبو مسلم الفراسان ذهبوا إلى مكة كما قلنا لالتقاء بإبراهيم الإمام وأخبروه بأن معهم عشرين ألف دينار ومائتي ألف درهم وغيرها من الأمتعة فأمرهم بأن يعطوها ابن عروة مولى والده أمرهم هذه الأممال أن يعطوها لابن عروة مولى والده محمد بن عبدالله بن علي وقال سليمان بن كثير لإبراهيم الإمام عن أبي مسلم إن هذا مولاك هذا عبده نعم وفي هذه السنة وعندما شعر بكير بن ماهان بدنو الأجل كتب إلى إبراهيم الإمام يبلغه أنه يشعر بدنو أجله وأنه استخلف حفص بن سليمان وهو أهل لذلك وحفص بن سليمان هو حفص ابن سليمان بن المغيرة وهو مولى بني أسد فكتب إبراهيم الإمام إلى حفص بن سليمان الذي يعرف بأبي سلمة الخلال كتب له يأمره بالقيام بأمر الدعوة وكتب إبراهيم أيضا إلى أتباعه في خراسان يخبرهم بأن أمر الدعوة قد أسند إلى أبي سلمة الخلال فلما ذهب أبو سلمة إلى خراسان قاموا بطاعته وأعطوه ما جمعوا من أمرهم في سنة ثمان وعشرين ومئة أرسل إبراهيم وإمام أبو مسلم الخراسان إلى خراسان وأرسل معه كتابا يأمر أتباعه في خراسان أن يسمعوا لأبي مسلم ويضيعوا وقال لهم بأنه أمره على خراسان وما سوف يسيطرون عليه من بلاد بعد ذلك ولكنهم لما أتاهم أبو مسلم بالكتاب لم يستجيبوا له وفي السنة التالية ذهبوا إلى مكة للالتقاء بإبراهيم الإمام وكان أبو مسلم معهم فلما اجتمعوا بإبراهيم قال له أبو مسلم بأن القوم لم يسمعوا له ويضيعوا فقال إبراهيم الإمام لهم إني قد عرضت أمر القيام بالدعوة على سليمان بن كثير فأبى وعلى إبراهيم بن سلم فأبى فعرضته على أبي مسلم وعليكم أن تسمعوا له وتضيعوا هذا أمر لا ما فيه أبو مسلم اسمه عبد الرحمن وقال له الإمام يا عبد الرحمن إنك رجل منا أهل البيت فاحفظ وصيتي ويا لها من وصي ماذا قال إبراهيم الإمام لأبي مسلم القرسان قال له أكرم هذا الحي من اليمن وانزل عندهم فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم وانظر هذا الحي من ربيعة فاتهمهم في أمرهم وانظر هذا الحي من مضر فإن العدو القريب الدار فإنهم هم العدو القريب الدار إذن أوصاه باليمن وأوصاه باليمن نعم لا يتم الأمر لا بهم أما ربيعة فاتهمهم في أمرهم ولكن عندما جاء إلى مضر قال انظر هذا الحي من مضر فإنهم العدو القريب الدار فاقتل من شككت في أمره ومن كان في أمره شبه ومن وقع في نفسك منه شيء وإن استطعت ألا تدع في فراسان لسانا عربيا فافعل فأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله وأوصاه أيضا بأن لا يقال في رأي سليمان بن كثير الفيزاعي ولا يعصيه وأوصاه بأنه إذا أشكل عليه أمر فعليه أن يكتفي برأي سليمان بن كثير من دون حاجة لرجوع إليه أي رجوع إلى إبراهيم هذه وصية أطاها لأبي مسلم وأبي مسلم حفظها طبعا ونفذها وطبقها تماما ثم حدث تطور خطير في أمر الدعوة العباسي سبب ذلك هو تدهر الأوضاع في الدولة الأموية بسبب الفتنة التي عقبت مقتل وليد الفاسق وليد وليد وبسبب الصداع الذي دار في جميع أرجاء الدولة الأموية سبب ضعف الحكومة المركزية في دمشق عندما كان جميع أفراد البيت الأموي يلتفون حول الخليفة لم يكن أحد من المسلمين يجر على الخروج على الخليفة ومن يجر على ذلك فهو منبوذ يتصدى له المسلمون قبل أن يصل أمره إلى الخليفة ولكن عندما حدث اتراع بين الأخوة وبين أبناء العمومة ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة الحتمية أيها الأخوة هي انهيار الدولة فإذا كان أبناء البيت الحاكم يتقاتلون فيما بينهم فما بالكم بمن يبعد عنهم آلاف كيلو مترا لا شك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رفو الله وبعد أيها الأخوة رحبكم في هذا اللقاء طيب المضارك في هذا الجمع طيب سوف تقوم بإذن الله والأخوة هذه الحلقة وهذه الأمسية وهذا اللقاء وهذا الدرس هو اللقاء الأخير في هذه الدروس دروس التاريخ السياسي للدولة العموية وهي كما قلنا من سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي التي ابتدأناها بالحروب الطليبية وبالتاريخ السياسي لمغرب والأندلس وبالتاريخ السياسي للدولة العثمانية وبالتاريخ السياسي للدولة العباسية وها نحن إن شاء الله بحول الله وقوته يعني نختم الكلام في هذه الأمسية عن التاريخ السياسي للدولة العموية نعم ودائما كما كنت أو كما تعودنا في كل لقاءاتنا الماضية قبل أن نشرع الكلام الأحداث دارس نذكركم بعجالة سريعة جدا بما قلناه في الحلقة الماضية الحلقة الماضية إذا تذكرون تكلمنا عن دخول مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم دخوله إلى دمشق وبعد ذلك فور دخوله إلى دمشق اشتعلت الفتن في كل مكان اشتعلت في الشام فتصدى لهم وقضى عليهم وكذلك اشتعلت الفتن القبلية في التراق وأيضا خرج في الجزيرة سعيد بن بهدل الشيباني ومعه ضحات المقيس الشيباني وهما من الخوارج شرات سف عليهم بطرية بعد ذلك سعيد بن بهدل حلك في الطاعون ولكن كما قلنا مروان بن محمد قضى عليهم بعد النصب يزيد بن عمر بن قبيرة أميرا على العراق ثم تحدثنا عن مقتل حارث بن سريج السميمي على يد الكرماني ثم كانت أهم الأحداث يعني بعد ذلك وهي إعلان الدعوة العباسية وتكلمنا عن مبدئها وكيف نشأت وأخذنا نستعرض التدرج التاريخي للدعوة العباسية ويوهل أخوال أن نريد أن نكمل في هذه الأمسية ما يعني تكلمنا عنه في الحلقة الماضية فنقول سليمان ابن كثير الخزاعي هذا المتولي لأمر الدعوة وجد بأن الأوضح أصبحت يعني مناسبة جدا في خرسال للتحرك بجدية للدعوة دعوة العباسية فكتب إلى أبي سلم خلال يطلب منه أن يكتب إلى إبراهيم الإمام بهذه الأرض وإن الوقت أصبح مناسبا لإرسال رجل من أهل بيته للقيام للأمر فأرسل إبراهيم الإمام أبا مسلم الخرساني وفي سنة تسع وعشرين ومئة كتب إبراهيم إلى أبي مسلم ليفد عليه حتى يطلعه على الأوضاع في الخرسان فخرج في جماد الآخرة في جماعة من الدعاة إلى مكة وفي طريقهم إلى مكة توقفوا في بلدة اسمها قومس وفيها وصله كتاب من إبراهيم الإمام وكذلك كتاب من إبراهيم الإمام إلى سليمان بن كثير الفذاعي وكان إبراهيم الإمام قد كتب في كتابه إلى أبي مسلم إني قد أرسلت إليك براية النصر فإذا قرأت كتابي هذا فارجع من حيث أتيك وابعث إلي بقحطبة بن شبيب بما معك يوافني به في الموسم والموسم طبعا هو موسم الحج فأنفذ أبو مسلم ما أمره به الإمام ووصل إلى مر في غرة رمضان من سنة 29 ومئة وأرسل قحطبة إلى الإمام ومعه الأموال لما وصل أبو مسلم إلى مر سلم كتاب الإمام إلى سليمان الكثير وفيه يأمره الإمام بأن يظهر دعوته لأنه آن الأوان إلى ذلك وبعد هذا الأمر صريح قامت دعاة دعاة بن العباس ونصبوا أبا مسلم عليهم وأعلنوا الدعوة العباسية في خراسان وجاخروا بها في الوقت الذي كان جديع الكرماني وشيبان بن سلمة وفارجي يقاتلان نصر بن سيار فأقبل الناس على الدخول في الدعوة العباسية وأمر أتباعه بقتال من يتعرض لهم وفي العشر الأواخر من رمضان من سنة 29 تمع أبو مسلم مع سليمان بن كثير في قرية اسمها تفيذنج تفيذنج نعم تفيذنج يقيم فيها سليمان بن كثير وعقدوا اللواء الذي أرسله إبراهيم الإمام أرسله باللواء عقدوه على رمح طوله 14 ذراعا هذا اللواء اسمه الظل عقدوه على رمح طوله 14 ذراعا وأما الراية هذه التي أرسلها الإمام فإنهم عقدوها أيضا على رمح طوله 13 ذراعا أقصر بمتر أو بذراع نعم واسمها السحاب هذه الراية اسمها السحاب اللواء اسمها الظل وهذه الراية اسمها السحاب نعم ولبسوا استراج وكانت الدعوة في أول الأمر يدعون إلى من إلى الرضا من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعون إلى شخص معين يدعون إلى الرضا أن يضيه المسلمون والكفون حوله إلى الرضا من آل الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة عظيمة إنها مبهمة وابتدأت في هذه السنة المعارف بين أنصار بمسلم وجماعة نصر بن سيار وحقق الدعاة الدعاة العباسيون حققوا نصرا في أكثر من مواجهة منها أخذ خازم بن خزيمة بن عبد الله النحشلي الدارم الثميمي أخذ مرور رض وأيضا مقتل بشر بن جعفر السغدي عامل نصر بن سيار على مرور رض وكان ذلك في ذي القعدة من سنة 29 وكانت الظروف في خراسان تسير في صالح أبي مسلم الخراساني إذ كان القتال محتدما كما قلنا بين نصر بن سيار وجدي بن علي الكرماني وهذا جعل أنصار أبي مسلم يكفرون وأخذ خطر هذا الخراسان الداهية يشتد وأمره يكبر هذا الخراساني لا أصل له يعرف به ولا قبيلة له ينتمي إليها وتؤازره ولا يعرف على وجه التحديد من أين أتى اسمه عبد الرحمن ولكن اختلفوا في اسمه لا علم شرعي عنده ولا فقه ولكنه من الزهات البارزين في السياة وفي المكر وفي الدهاء ولذلك لما جاءه فتية من أهل مر كانوا يطلبون العلم الشرعي سألوه عن نسبه فقال لهم خبري خير لكم من نسبه وسألوه عن أمور في الفقه فقال لهم أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر خير لكم من هذا ونحن في شغن ونحن إلى عونكم أحوج من مسألتكم تعفونا فقالوا والله ما نعرف لك نسبا ولا نظنك تبقى إلا قليلا حتى تقتل وما بينك وبين ذلك أي ما بينك وبين القتل إلا أن يتفرغ لك أحد هذين فقال لهم أبو مسلم بل أنا أقتلهما إن شاء الله أحد هذين يقتدون بذلك نصف من السيار أو الكرمان نحن قد يعني تكلمنا قبل ذلك عن مقتل حارث بن فريج على يد علي بن جديع الكرماني وسيطرة الكرماني على مر ومغادرة نصر بن سيار لمر على أن يقاتله بعد ذلك وبالفعل أخذ نصر بن سيار يرسل رجاله لقتال الكرماني ولكن الكرماني كان يهزم الكثيبة ثلو الأخرى فأرسل إليه أبو مسلم وقال له إني معك على نصر إني معك على نصر بن سيار فقبل الكرماني منه ذلك وتنبه نصر بن سيار داهية الخبير لخطورة مثل هذا التحالف الحطير فاحتال على الكرماني وقال له لا تغتر فأني أخاف عليك وعلى أصحابك من أبي مسلم فادخل إلى مر ولنكتب كتابا بيننا بسطرش فأجابه الكرماني إلى ذلك لأنه كان لا يثق بأبي مسلم ودخل مر وفي مر خرج الكرماني ومعه ماءة فارس وأرسل إلى نصر لكي يأتيه ويكتب كتاب السيار فلما رأى نصر بن سيار قلة من مع الكرماني إليه بابن الحارس المتريج السميمي بما يقارب ثلاثمائة فارس فانقضوا على الكرماني ودار بينهم قتال شرس وكانت النتيجة هزيمة الكرماني ومقتله فأمر نصر بن سيار بصلبه وصلب معه سمك سمك هذه لها سهل فبسعد إن شاء الله غيرها الوقت يقولها لهم وصلب معه سمك الله يمشك نعم وصلب معه سمك وبسبب هذا الأمر انضم علي بن جديع ابن علي بن شبيب الكرماني إلى أبي مسلم وصار معه ضد نصر بن سيار نصر بن سيار كتب يطلب المدد من مران بن محمد فكتب له الأبيات المشهورة تعرفونها قلناها لكم ممكن في الدولة العباسية تاريخ فيها الدولة العباسية ماذا كتب له قال له أرى تحت الرمادي وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها الكلام في طبعا في أحد الكتب ولعلها أصح يقول أرى تحت الرمادي وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها الكلام فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام فقلت من التعجب ليت شعري أعيقاض أمية أم نيام لا نايمين وفي سباة الأمير أي نيام نايمين سباة أمير ولكن يعني لعل هذا تقدير رب العالمين ولذلك الأسباب في أسباب لسقوط الدولة لكن هذا تقدير رب العالمين أعيقاض أمية أم نيام لا نيام نعم أم نيام نيام عما يحدث في قرسة ولكن مروان بن محمد كان في هم كبير وشغل شاخ بسبب الفتن التي عمت الشام والعراف فكتب إلى نصر يقول الشاهد يرى ما لا يرى الغائد فاحسم هذا الثعلول ليس الأمر كان ثعلولا بل كان صرطانا رهيبا تشر في قرسة ولما بلغ نصر بن سيار ما قاله مروان بن محمد قال لمن معه أما صاحبكم فقد أعلمكم ألا نصر عنده فلم يكن أمام نصر إلا الكتابة إلى يزيد بن عمر بن كبيرة فزاري أمير العراق وقال له أبلغ يزيدا وخير القول أصدقه وقد تيقنت ألا خير في الكريم لأن أرض خراسان رأيت بها بيضا إذا أفرخت فراخ عامين إلا أنها كبرت ولم يطرن وقد سربلن بالزغب فإن يطرن ولم يحتلهن بها يلهبن نيران حرب أيما لها نعم الله هذا صحيح ولما وصل كتاب نصر إلى يزيد بن عمر بن كبيرة قال لا غلبة إلا بكثرة وليس عندي رجل ما عندي منينهم أجيب لك أنا أعيني كما يعني مثل ما يقولون يا الله عابل نفسي وهمي ومشاكلي في العراق إلا هذا تخلى عنه حشام الخليفة وهذا أمير العراق أمير العراق تتبع له خراسان ما صنع له فيه وكتب نصر أيضا ما وجد نصر هذا السياسي داهي قال أكتب إلى القبائل العربية هذه المتنازعة في خراسان لكن بعد ذلك نخبركم عن أحوال هذه القبائل التعيس كتب نصر بن سيار إلى القبائل العربية في خراسان يحثهم على الاجتماع ونبذي الفرقة والاتفاق على قتال أبي مسلم الفراسان وكتب لهم خائلا أبلغ ربيعة في مرو وفي يمن أن اغضبوا قبل أن لا ينفع الغضب ما بالكم تنشبون الحرب بينكم كأن أهل الحجة عن رأيكم غيبوا وتتركون عدوا قد أحاط بكم ممن تأشب لا دين ولا حسب لا عرب مثلكم في الناس نعرفهم ولا صريح موال أنهم نسبوا من كان يسألني عن أصل دينهم فإن دينهم أن تهلك العرب قوم يقولون قولا ما سمعت به عن النبي ولا جاءت به الكتب لكن كلها البلاغة وكلها القصائد وكلها الشعب إلى الخليفة وإلى يزيد بن عمر بن هبيرة وإلى القبائل العربية ما أبدا يعني ربما يعني ما يعني خرص العجلة تدور له نتيجة لهذه التطورات الخطيرة تفقت معظم قبائل العرب قبائل مضر وربيعة وقحطان ممن كانوا بحراسان تفقوا على وقف الاقتتال فيما بينهم وأن يتحالفوا على قتال أبي مسلم بحراسان ومن معه ولكن أمر أبي مسلم كان في تعاظم ولن يستطيع أحد أن يوقف سبق وتكلمنا عن عبد الله بن معاوية عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وقلنا بأنه خرج في الكوفة في سنة 27 ولكن عبد الله بن عمر عبد العزيز هدمه ولما أسره أعطاه ومن معه الأمان الشريطة أن يغادر الكوفة نعم فذهب إلى المدين ومنها إلى فارس وسيطر على الماهين وقومس وهمذان وصفهان والريك كما قلنا لكم وتوافد عليه كثير من أهل هذه العلاد يبايعونه وسيطر أتباعه على استخر فأقام بها وكان معه سليمان بن حشام عبد الملك ومنصور بن جمهور وجاءه بن هاشم يبايعونه وكان من ضمن من وفد عليهم بني هاشم انظروا إلى كيف تدور يعني الأيام من ضمن الذين وفد عليهم بني هاشم لبيعته أبو جعفر المنصر وعبد الله وعيثى ابن علي بن عبد الله بن عباس ولكن ابن هبيرة أرسل لهم من يقاتلهم فانهزم ابن عاوية وفر إلى خراسان ليلتحق بأبي مسلم الخراساني لأنه يدعو إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله فلما وصل أحراس وكان معه أخواه يزيد والحسن أرسل إليه مالك من الهيثم وداعي وهو الذي جاء لأبي مسلم يسأله عن قدومه فأخبره بأنه سمع بدعوتهم إلى الرضا من آل محمد ولكنه بالطبع لم يطمئن له وكتب إلى أبي مسلم فأمره بأن يقبض عليهم ويحبسهم ثم كتب إليه أمره بقتل عبد الله بن عاوية وإطلاق صراح أخويه يزيد والحسن ففعل وأطلق يزيد والحسن وأمر بخنق عبد الله بن عاوية فقالوا بأنهم مضعوا على وجهه فراشا فقطعوا نفسه فمه وأخرجوه وصلوا عليه ودفن في هرات وكان ذلك في سنة تسع وعشرين ومن نحن لما دخل علي بن الكرماني في طاعة أبي مسلم الخراساني بعد أن قتل نصر مخيار والده دخل أبو مسلم الخراساني مر في جماد الأولى من سنة ثلاثين ومئة ودخل قصر الإمارة بمر وكان قد طلب من نصر أن يبايعه فذهب نصر إلى بيته في مر ثم بدى لهم بعد ذلك أبي مسلم بدى له الغدر بنصر وقتله فأرسل إليه أبو مسلم جماعة من أنصار عليهم لاهز بن قريض التميمي فلما رآهم نصر قال لهم ما جئتم إلا لشرف فقال له لاهز لابد لك من ذلك لابد لك أن تأتي معه قال لهم نصر إذن أتوضأ وأجيء معكم فلما قام لهم يتوضأ ونصر نصر النسيار مضري قرأ لاهز بن قريض التميم وهو من كبار دعاة من النقباء ماذا قرأ دروا إلى العصبية القبلية قرأ إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصفين فلما سمع نصر ذلك دخل وخرج من باب الخلفي إذن هذا الداعي التميمي المضري لاهز بن قريض سيطرت عليه الحمية القبلية العصبية القبلية نعم سيطرت عليه فأشفق على نصر بن سيار الكناني المضري وفر نصر بن سيار مغادرا مروا ولما جاءوا إلى أبي مسلم قال لهم ما الذي ارتاب به منكم قالوا لا نجل قال فهل تكلم أحد منكم قالوا لاهز سلا هذه العاية قال أبو مسلم هذا الذي دعاه إلى الحرب وقال أبو مسلم لاهز يا لاهز أتدغل في الدين وأمر بضرب عنقه وهو من كبار الدعاة قتلوه لأنه خان بالنسبة لهم أحداث عجيبة غريبة لا تظهر إلا في أوقات الفتن أعاذنا الله وإياكم يا الفتن ثم أمر أبو مسلم بقتل 24 رجلا من رجال نصر المضيار كان قد أسرهم بعد فرار نصر بن سيار كان من بينهم سلم بن أحوز المازن التميم طائد الشهير وفي سنة 300 أمر أبو مسلم بقتل علي وعثمان ابني جدي ابن علي الكلماني وقتل أبو مسلم كذلك شيبان بن سلم الخارجي وكان الخارجي متحالفا مع بن الكلماني على قتال نصر بن سيار فلما تحالف ابن الكلماني مع أبي مسلم أسقط في يد الخارجي ثم لما دعاه أبو مسلم لمبايعته قال له الخارجي جهله أغبياء الله يقطع يقول لأبي مسلم مسلم مسيطر الآن ويهزم الجيوش وقوات جبارة يقول له الخارجي أنا أدعوك لمبايعته أبو مسلم يدعوه إلى البيعة وهو يقول لأبي مسلم أنا أدعوك لمبايعته وكان الخوارج القلوهاء الأغبياء وعلى عادتهم مع رؤسائهم يلقبون شيبان بن سلم بأمير المؤمنين فأرسل له أبو مسلم أحد رجاله فقاتله وقتله في سنة ثلاثين ومئة جسع فسيطرت أبي مسلم القراساني على الأراضي القراسانية فسيطر على الكثير من المناطق وأرسل عماله إلى سمرقند وطحارستان وفارس وطوس طوس هي مشهر حالية نعم وكان نصر بن سيار في نيسابور وقد بلغته أنباء مقتل ابنه تميم ابن نصر في أثماء قتاله قحطب بن شبيب وسار قحطب إلى نيسابور يريد نصر بن سيار ففر نصر إلى قومس فتفرق عنه من كان معه فذهب إلى جرجان عند نباتة بن حنظله الكلابي العامري عامل يزيد بن عمر بن كبير على جرجان ثم قدم قحطب بن شبيب في قواته ووقفوا في مواجهة الشاميين فهذا القراسانيين ما رأوا من استعداد أهل الشام وبلغت قحطب رهبتهم من الشاميين فأراد أن يبث الحماس فيهم قبيل المعركة الكبيرة نحن رأينا ما فعل نصر بن سيار عندما أراد أي وحد الغبائل العربية ويحمسهم لكي يتحدوا ويقاتلوا أبا مسلم ومن معهم من القراسانية قال قصيدته التي ذكرناها والتي يقول فيها أبلغ ربيعة في مرو وفي يمين أن يضضبوا قبل أن لا ينفع الغضب إلى أن قال لا عرب مثلكم في الناس نعرفهم ولا صريح موال إنهم نسبوا من كان يسألني عن أصل دينهم فإن دينهم أن تهلك العرب إذا تذكروا هذه القصيدة طبعا هذه هبناء لكن أريد أن أقرأ عليكم كيف بث قحطبة الحماس في نفوس الخراسانية عندما هالهم منظر أهل الشام قال لهم هذا الداهية يفاطب الخراسانية يا أهل خراسان هذه البلاد كانت لآبائكم الأولين يعني من أيام الفرس وكانوا ينصرون على عدوهم بعدلهم وحسن سيرتهم حتى بدلوا وظلموا فسخط الله عز وجل عليهم فانتزع سلطانهم وصلط عليهم أذل أمة كانت في الأرض صلط عليهم أذل أمة كانت في الأرض عندهم يعني العرب خبيل هذا القحط هو عربي صميم لكن صاحب دعوة فغلبوهم على بلادهم واستنكحوا نساءهم واسترقوا أولادهم فكانوا كذلك أن العرب يعني فكانوا كذلك يحكمون بالعدل ويوفون بالعهد وينصرون المظلوم ثم بدلوا وغيروا وجاروا في الحكم وأخافوا أهل البر والتقوى من عترة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلطكم عليهم لأن تقم منهم بكم لتكونوا أشد عقوبة لأنكم طلبتموهم بثبار وقد عاهد إلي الإمام أنكم تلقونهم في مثل هذه العدة فينصركم الله عز وجل عليهم فتهزمونهم وتقتلونهم هذه خطبة مرعب سوف تجعل من يسمعها يقاتل باستماع وهذا ما حدث عندما التقى الطرفان في ذي الحجة من سنة ثلاثين ومئة إذ تمكن الفراسانية من هزيم الشاميين وقتلوا منه ما يقارب العشرة في الأهلاف وقتلوا نباته محمد الكلابي وأرسلوا رأسه إلى أبي مسلم وبعد مقتل نباته أجمع أهل الجرجان على الثورة على قحطة بن شبيب أجمع الآن شاوروا أمر فلما علم بذلك فادرهم واستعرضهم أن يخرجهم وقتلهم في مجزرة مروعة واستعراض وخرجهم خلص يريد أن يقتل وكانت هذه المجازر الرهيبة إذا الأخوة قد صاحبت نشأة الدولة العباسية وكان نصر بن سيار قد فر إلى عومس بعد هزيمة نباتة بن حنظلة فلما بلغته أنباء هذه المجزرة فر إلى مدينة خوار في الري إذن هذا والي خراسان القول الآن يطارد من مدينة بل من قرية إلى أرض في الري مرض القائد الأموي الكبير نصر بن سيار الليثي الكناني وهو نصر بن سيار بن راشع بن حري بن ربيع بن عامر بن عوف بن جندع بن ليف بن بكر بن عبد المنات بن كنانة نعم نصر بن سيار والي الأمويين على خراسان توفي عن خمسة وثمانين عاما وكانت وفاته في ربيع الأول من سنة إحدى وثلاثين ومئة نصر هذا ولد في سنة ست واربعين من الحجرة في عهد الخليفة الأموي الأول الصحابي الجليل معاوية بن عبد السيار رضي الله عنه فأدرك نصر من سيار عهد معاوية لأن معاوية رضي الله عنه توفي في رجب من سنة ستين وعاش حتى رأى بأم عينيه كما يقولون مرحلة ما قبل انهيار الدولة بل مرحلة انهيار الدولة الأموية في عهد آخر الخلفاء الأموية مروان بن محمد بن مروان بن حاكم نعم هل كانت الفتن فقط في خراسان بعد أن كانت في الشام والعراق فتنة هذه التي عمت الدولة الإسلامية وصلت إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وذلك عندما هزم الخارجي الخبيث أبو حمزة وحمزة هذا اسمه بلج بن عقبة الأزدي أزم أهل المدينة المنورة في معركة فديد التي جرت في صفر من سنة ثلاثين ومائة وقتل من أهل المدينة المنورة الكثير من الرجال ما يقالب سبعمائة رجل ثم دخل هذا الخارجي الخبيث المدينة وبقى بها قرابة ثلاثة أشهر ثم أرسل إليه مروان بن محمد أحد قادته وهو عبد الملك بن محمد بن عطية سعدي وهو من بني سعد بن بكر بن هوازل وفي وادي القرى دارت معركة بين الطرفين وألحق سعدي بالخوارج هزيمة ساحقة وقتل دعيمهم أبا حمزة بلج بن عقبة الأزدي ربما يقول حذركم يا أخي كلما خرج واحد على الخليفة أو على الوالي قلت هذا خارجي نعم خارجي لما نقول خارجي ليس فقط بسبب ثورته على الدولة ولكن خارجي بسبب معتقده هذا أبو حمزة الخارجي لما دخل المدينة بعد أن قتل من أهلها في معركة قديد ما يقارب سبعمائة رجل صعد المنبر ماذا صنع صعد المنبر وخطب فيهم خطبة عصماء على عادة خوارج قال من يعني كلام كلام يعني خطيب ماذا يقول يقول من زنا فهو كاف ومن شك فهو كاف ومن سرق فهو كاف لا حول ولا قوة ومن ومن شك أنه كاف فهو كاف هذا والله نسأل الله العافية يعني كيف يكون التكفير تكفير عندهم مثل شربة الله الله يقطعهم تكفير عندهم مثل شربة يعني المايا مثل صبح كلاب عنذنا فهو كاف ومن شك فهو كاف ومن سرق فهو كاف ومن شك أنه كاف فهو كاف فهو كاف تكفير حمر ولا خط في اليمن أيضا كان خروج أحد الخوارج الإباضية وهو عبد الله بن يحي بن عمر بن الأسود الكندي خرج على مران بن محمد هذا الخارجي تلقب بطالب الحق هذا القابل أمير المؤمنين وطالب الحق وهو هذا هو الذي أرسل أبا حمز الخارجي إلى المدينة وكانت الأوامر قد صدرت من مروان إلى قائده السعدي بأن يواصل طريقه إلى اليمن إذا فرق من قتال أبي حمز الخارجي فسار السعدي إلى اليمن واستطاع أن يلحق الهزيمة بعبد الله بن يحيى ويقتله وأرسل برأسه إلى مروان ابن محمد في الشام نحن بعد وفاة نصر ابن سيار في ربيع الأول من سنة 31 أخذت المدن في خراسان تتصار الواحدة تلو الأخرى في يد أبي مسلم القراسان وقوات ومن أشهر المعارك التي دارت بين الطرفين معركة بهان التي درت في سنة 31 ومئة وكانت بين أحد الشام ويقدرون عددهم بمئة ألف أو يزيدون يقودهم عامر ابن ضبارة المري الغطفاني يقودهم عامر ابن ضبارة المري الغطفاني ومعهم الخير واستلاح والرقيق أما جيش أبي مسلم فكان بقيادة طحطب ابن شبيب الطائي ويقال بأن أهل الشام في خراسان لم يجمعوا جمعا مثل جمعهم هذا أهل الشام في خراسان لم يجمعوا جمعا مثل جمعهم هذا ولما نشب القتال لم يطل الأمر كثيرا إذ انهزم أهل الشام وقتل منهم الكثير من قتلى وقتل عامر ابن ضبارة وغنم الخراسانية غنائم هائلة وهالأخوة من العلامات الدالة على جبور أمر أمويين ما وجدوه بعد انحاء المعركة في معسكر أهل الشام وجدوا الشيء الكثير من آلات الغناء واللهو لا تحصى وجدوا الكثير من البرابط والمزامير والطنابير البرابط هي جمع لبربط وهي العود والطنابير جمع لطنبور وهي آلة موسيقية وثرية طنبورة كما وجدوا في معسكرهم الكثير من قنان الخمر فكيف ينتصر من حاله كهذه الحال وعود وبناء إسلامي والخرابيط هذه ماشي جهاد جهاد طابط وعود وبناء إسلامي وما خرابيط هذه ماشي نعم لما عرف مروان بن محمد خليفة الأموي الرابع أشر آخر الخلفاء الأمويين وكان مقيما بحران لما عرف بأن خرسان قد خرجت من يده وبأن المواجهة الحاسمة لا بد أن تأتي سار من حران على رئيس جيش كبير من أهل الشام والجزيرة والموصل وفي هذا الجيش الكثير من أمراء البيت الأموي وسار مروان بن محمد بهذا الجيش الكبير حتى وصل إلى الموصل وحفر الخنادق ثم نزل على نهر الزاب الكبير أو منطقة الزاب الكبير قحطب بن شبيب الطائي ثم فرغ من خرسان وأحكم سيطرته عليها سار بقواته يريد يزيد بن عمر بن كبير أمير العراق وفي مواجهة معهم على نهر الفرات قتل قحطبة بن شبيب الطائي قتله مع نجل زائدة الشيبان وقيل بل قتله غيره ومع ذلك هزم جيش العباسيين جيش بن كبير الذي فر بمن معه هذا بن كبير يزيد بن عمر بن كبير فر بمن معه إلى واصب أما جيش العباسيين فإن الحسن بن قحطبة تولى قيادته وكان هذه الأحداث هذه المواجهة كانت في المحرم من سنة وثلاثين ومئة وسار الحسن بن قحطبة بمن معه يريدون الكوفة ولما وصلوها ذهبوا إلى منزل حفص بن سليمان حفص بن سليمان هو أبو سلمة الخلال وكان قحطبة قد قال لهم قبيل وفاته إذا جئتم الكوفة فوزير الإمام هو أبو سلمة أبو سلمة الخلال هو حفص بن سليمان مولى السبيع والسبيع من بطون همدان وفي كوفة أمر أبو سلمة الحسن قحطبة بالمسير إلى واصب لقتال بن هبير وكان كتاب قد وقع في يد مروان بن محمد كتاب كتبه إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم الخراساني فكتب مروان بن محمد إلى نائبه في دمشق لأمره بأن يكتب إلى عامل البلقاء لكي يسير إلى الحميمة ويقبض على إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ويرسله إليه فلما أحس إبراهيم بأنه ربما لن يرجع إليهم أمرهم بالذهاب إلى الكوفة مع أخيه أبي العباس فاح واسم أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي أمرهم بأن يذهبوا معه وأن يسمعوا له ويطيعوا وأوصى إلى أبي العباس وجعل الأمر له من بعده وفي الحقيقة إذا أردنا أن نكون أكثر دقة نقول عبد الله بن محمد بن علي ولا نقول أبو العباس ربما أو نقول أبو العباس فقط لأن لقب السفاح تلقب به بعد أن أصبح خليفة وأخوه أيضا أبو جعفر المنصور نقطب بهذا لقب المنصور بعد أن تولى الخلافة واسمه أيضا أبو جعفر هذا أبو جعفر منطور اسمه أيضا عبد الله بن محمد بن علي نفس اسمه ولكن هذا أبو العباس وهذا أبو جعف ذهب أبو العباس استفاح ومن معه من أهل بيته إلى الكوفة وكان ذلك في صفر من سنة 2300 واستقبلهم أبو سلم الخلال وأنزلهم في أحد بيوت الكوفة أما أبراهيم جنان فإن مروان أمر بسجنه في حران وتوفي في سجنه بالوباء الذي أصاب حران ويقال بل دس له السم في لبن فمات لما شربا أبو سلم الخلال أخفى أمر أصول أبي العباس استفاح ومن معه عن مناصرين وكان قد مضى على أصوله ما يقارب الأربعين يوما وكان أبو سلم لما عرف بوفاة إبراهيم أراد أن يجعل أمر الدعوة إلى آل أبي طالق ولكن جماعة المكبار الدعاة العباسيين استدلوا على المنزل الذي ينزل فيه أبو العباس ومن معه من أهل بيته وذهبوا إليه وبايعوه وسلموا عليه بالخلاف ورابطوا عنده يحرسونه لأنهم تخوفوا عليه من أبي سلم ولما عرف أبو سلم بما حدث جاءهم من فوره ودخل على أبي العباس استفاح وبايعه وفي يوم الجمعة خرج استفاح يوم الجمعة خرج استفاح راكبا على بردون قلنا البردون نوم من الأحصنة من الخيول وصلى بالناس ثم ذهب بعد الصرات إلى القصر وجلس ودخل عليه الناس يبايعونه وكان ذلك يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الثاني من سنة 22 و30 و100 إذن يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الثاني من سنة 22 و30 و100 هو تاريخ قيام الدولة العباسية تمرت هذه الدولة أيها الأخوة أمر عظيم جدا 524 سنة أكثر من خمسة قرون لكن طبعا ما كانت كل فتراتها فترات قوة لكن على كل حال هذا هو تاريخ نشأة مروان بن محمد كان قد نزل بقواته الكبيرة كما قلنا على نهر الزهد ولما تم الأمر في الكوفة الاستفاح أرسل رجاله لقتال مروان بن محمد وجعل عليهم أمه عبد الله بن علي وعبد الله بن عباس وهناك عبر عبد الله بن علي عبر النهر بقواته لقتال مروان بن محمد وفي يوم السبت الموافق للحادي عشر من جمادة الآخرة سنة اثنين وثلاثين ومئة دارت معركة الفاصلة معركة الداب ومن تقدير رب العالمين أن جيش مروان بن محمد الذي يقدر بمئة وعشرين ألف مقاتل والذين يفقون قصومهم في العدد والعدة والذي يقوده مروان بن محمد هذا القائد الكبير المجرب لم يصمد أمام قوات عبد الله بن علي وهي أقل منهم بكثير قدروهم بعشرين ألف رجل بل إن جيش مروان انهزموا بطريقة تدعو للدهش وغرق من أهل الشام الكثير من الرجال كان من ضمنهم إبراهيم بن وليد عبد الملك خليفة الأموي الثالث عشر وفر مروان بن محمد إلى حران وكتبوا إلى الخليفة العباس يبشرونه بهذا المصار الكبير فر مروان بن محمد إلى حران كما قلنا وبقى بها لمدة عشرين يوما ثم غادرها خوفا من عبد الله بن علي الذي كان يطارده فمر بقل نسرين ثم ذهب إلى حمص وبقى بها يومين أو ثلاثة ثم غادرها فطمع به أهل حمص ولحقوا به يريدون قتاله طمعا بما معه من أموال ولكنه فارس الكبير والقائد الشهير عطف عليهم وهزمهم ثم واصل شراره حتى مر بدمشق وكان عبد الله بن علي يتباحه فلما وصل عبد الله بن علي إلى دمشق حصرها ثم اقتحمها ودخلها يوم الأربعاء العاشر من رمضان من سنة 22 و30 ومئة واستعرض أهلها يعني أمر بقتل من بها وارتكب هذا المجرم مجزرة كبيرة وقتل أميرها أمير دمشق في ذاك الوقت هو الوليد بن معاوية بن مروان بن حكم وأمر بهدم سور دمشق هذه المدينة عاصمة الإسلام في ذلك الوقت عاصمة الدولة الإسلامية ذكر بعض المؤرخين أن هذا السفاح العباسي عبد الله بن علي أنا طبعا تكلمنا عن هذه الأمور مزعجة لا أريد أن أكررها تكلمنا عنها في تاريخ السياسي لدولة العباسية بعض المؤرخين بل معظم المؤرخين ذكروا أن هذا السفاح عبد الله بن علي أباح القتل في المدينة الكبيرة من يوم دمشق وجعل من جامعها صبلا لجماله ودوابه وأمر بنبح قبور بني أمية ويقال بأنهم وجدوا جثة حشام من عبد الملك وكانت صحيحة يعني وجدوها يعني شبح صحيح لدرجة كبيرة فأمر بضرب الجثة باستياط ثم صلبه أياما ثم أمر بحرقه وأمر هذا المعتوه بحرق ما وجدوا من عظام الأموريين وقتل منهم الكثير ممن وقع في يده من أمرائهم وواصل أيضا مروان فراره إلى العردن ومنها إلى فلسطين ونزل نهر أبي فطرس ومن فلسطين واصل فراره إلى مصر وفي مصر نزل في قرية أبو صير أبو صير هذه معروفة في فلسطين طبعا هم يطاردون في فلسطين جاء كتاب السفاح إلى عبد الله بن علي يأمره أن يرسل طالح بن علي بن عبد الله بن عباس لواصل مطارد مروان بن محمد فنفذ صالح بن علي هذه المهمة من الأمور المحزنة أيها الأخوة إن آخر الخلفاء الأمويين أمير المؤمنين مروان بن محمد الذي كان العباسيون يطاردونه من مكان إلى آخر كانت نهاية مطافه في كنيسة في قرية أبو صير في مصر فلما أحاطوا بالكنيسة خرج إليهم ليقاتلهم ولكنهم قتلوه وكان مقتله نعم يوم الأحد لثلاث ليال بقين من ذي الحجة من سنة ثنتين وثلاثين ومئة كما يقول المؤرخون نعم بمقتله نكون أيها الأخوات الأحباب بفضل الله وعونه وتوفيقه قد فرغنا من الكلام عن بعض الجوانب من التاريخ السياسي لدولة الأموية دولة الإسلامية الكبيرة أقول قد فرغنا من الكلام عن بعض الجوانب وليس كل الجوانب من التاريخ السياسي لدولة الأموية تاريخ لدولة الأموية تاريخ كبير به الكثير من الجوانب لكن نحن نتكلم كما قلنا في التاريخ السياسي لدولة الأموية دولة الإسلامية الكبيرة دولة الفتوحات الدولة التي ارتفعت بها راية الإسلام عالية في مشارق الأرض ومغاربها مشارق الأرض خراسان وبلاد موراء النهر ومغاربها بلاد المغرب والأندلس وإن شئتم جنوب فرنسا الدولة التي كبرت واتسعت وقوت بسبب تكاتف واتحاد أبناء بيت الحق البيت الأموي فهابهم أعداؤهم ومخالفوهم ومناوعوهم والتي انهارت بسبب اختلافهم وتفرقهم وتقاتلهم على الملك فتجرع عليهم حتى الفلاحين حتى الفلاحين تجرعوا عليهم في القرى مروان بن محمد قتله رجل من أهل الكوفة كان يبيع الرمان مروان بن محمد هذا الذي قتل في قرية بصير كان ملتجئا في كنيسة فخرج منها وتقاتل مع الذين كانوا يطاردون من قتله قتله رجل من أهل الكوفة كان يبيع الرمان هذه آخر يعني نشكل أحد نعم سأل رجل رجلا من بني أمية رجل سأل أحد بني أمية قال له ما هو سبب زوال ملككم فقال له الأموي إِنَّا قَدْ شُغِلْنَا بِمَلَذَّاتِنَا أَنْ تَفَقُّدِ مَا كَانَ تَفَقُّدُهُ أَمْوَالِنَا وَتَأْخَّرَ عَطَاءُ جُنْدِنَا فَزَالَتْ طَاعَتُهُمْ لَنَا وَاَسْتَدْعَاهُمْ مُخَالِفُونَا فَتَظَاهَرُوا عَلَى أَمْرِنَا رَافَقُوهُمْ نعم وَطَلَبْنَا أَعْدَاءَنَا فَعَجِزْنَا عنهم لقلة أنصارنا وكان أول زوال ملكنا استتار الأخبار عنها نعم هذا الكلام هذا الرجل الأموي عن أسباب سقوط الدولة الأموية يجب أن يدرس في الجامعات في أقسام العلوم السياسية وأقسام التاريخ ويجب أن يطلع عليه ولات أمور المسلمين هذا الرجل الأموي تكلم عن أسباب سقوط الدولة وكان معاصرا لهذا السقوط أو قريب عهد بسقوطها وأجمل هذا الأموي الأسباب التي أدت إلى سقوط الدولة في الأمور التالية انغماس الأمويين بملذات الدولة وانشغالهم عن شؤون الدولة الكبيرة ونحن شاهدنا ما صنع بعض خلفائهم من شرب للخمر وارتكاب بعض المحرمات والحرص على اقتناء الجوار والنساء والالتعاء بهم نحن اتهوا بهم عن مصالح الدولة الكبيرة وأقبلوا على الغناء والمعازف فالله ما في غناء اسلام خرابي من هذا نشيد خرابي ناس هذه دولة تريد أن الكلام ثم كان اعتماد بعض الخلفاء على رجال اتخذوهم وزراء لهم أو ولات وعمان وهؤلاء ليسوا بأهل لهذه الثقة التي أولوهم إياها فعملوا على تنمية مصالحهم على حساب مصلحة البلاد والعباد وقاموا بظلم الرعية وكانوا يخفون عن الخليفة ما يجري في الولايات من الأمور خطيرة ومن مظالم كثير غضب ونقبة الرعية على الدولة وولاة الأمور ويكون في حاث تنامي التذمر الذي يتحول بعد ذلك إلى ثورة يتطلب التعامل معها الكثير من الجهود وهذا يؤدي إلى إضعاف الدولة وجرأة الآخرين عليها وعدم إخلاص الرعية لولاة الأمور بسبب ظلم الولاة دولة الأموية فقطت بسبب كثرة الصراعات التي كانت وراء فالعصبية القبل ولقد ذكرنا عند استعراضنا لهذا التاريخ الكثير من هذه الصراعات الدموية المقيمة ثم كانت هناك ثورات الخوارج خوارج كلاب أهل النار ومن أجل التذكر فقط دعوني أستعرض معكم بعض هذه في سنة 43 خرج في خلافة معاوية بن أبي سمان رضي الله عنه في العراق نعم عندما كان المغير بن شعبة رضي الله عنه أميرا عن العراق خرج المستورد بن علفة تيمي من تيمي الرباب ثار في العراق وتصدت له الدولة إذا تذكرون وخرج له معقل في قيسة رياحي كميمي وقتف وفي سنة 58 في عهد معاوية أيضا رضي الله عنه خرج في العراق حيان بن ضبيان السلمي خرج في القرب الكوفة وكذلك خرج مرداس بن أديه تميمي في الأهواز وفي سنة 62 خرج نجدة نعامر الحنف البكري في اليمامة ثم قتله بعد ذلك في سنة 72 أحدث فاعه وهو أبو فديك عبد الله بن ثور البكري ثم خرج نافع بن الأزرق وفي معركة دولاب التي حدثت في سنة 65 في الأهواز سحق الخوارج وقتل نافع بن أزرق ونصب الخوارج الضبير بن الماحوز أميرا عليهم بعد مقتل نافع بن أزرق ثم في سنة 66 خرجت دبير بن الماحوز تميمي وأرسل له أمير فارس عمر بن عبيد الله بن معمر أرسل له عتاب بن ورقاء تميمي وفي سنة 68 وبالقرب من أصبهان تقاتل معهم عتاب بن ورقاء وهزمهم وقتل بن الماحوز ولما قتل بن الماحوز تزعم الخوارج قطري بن الفجاء المازني التميمي وخرج في فترة حكم مصعب بن الزبير على الحراق ثم في أثناء حكم الحجاج بن حسف فقسي على الحراق وفي سنة 77 دار القتال بين الخوارج وبين سفيان بن أبرد الكلبي وانتهى الأمر ذا تذكرون بهزيمة الخوارج ومقتل قطري بن الفجاء ومن معه وفي سنة 72 خرج أبو فديك عبد الله بن ثور البكري في البحرين الذي قلنا هذا كلنا قبل قليلا ثم خرج في سنة 6 البحرين طبعا قلنا تمتد من جنوب العراق تمتد شمالا يعني إلى البصرة تقريبا وجنوبا إلى عمان على الساحل الغربي من الخليج نحن 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 إذن هذا أبو فديك عبد الله بن ثور لما خرج في البحرين في 76 أيضا خرج صالح بن مسرح الذي هزم في معركة دار ثم كانت هناك فتنة الخارجي الخبيث شبيب بن يزيد الشيبان البكري هذه الفتنة التي شغلت المسلمين وتمكن في النهاية جيش الشام في نهاية الأمر تمكن من هزيمته وقتله وفي سنة 100 طبعا هو تعرفون فصلنا بها لما قلنا يعني فرست سقطت به في النهر أمور هذه التفصيلات كلها قلناها لكن نحن نسرد عليكم هذا يعني العرض التاريخي لفورات الحواج وأيضا في سنة 100 من الهجرة كان خروج الخارجي بسطام اليشكري البكر في عهد عمر بن عبد العزيز البسطام هذا الذي يعرف بشوذة قاتل فتنة وكان خروجه في العراق ثم في بداية عهد مروان بن محمد آخر الخلفاء الموجين خرج في سنة 27 ومئة سعيد بن بهدل الشيباني لما هلك مريضا للطاعون أخلفه الضحاك بن قيس شيباني البكر ثم كان خروج الخارجي المجرم أبو حمزة بلج بن عقب الأزدي الذي أرسله الخارجي الذي تلقب بطالب الحق وطالب الحق هو عبد الله بن يحيى بن أمر الكني وهو من الخوارج العباضية كان في اليمن وأرسل أبا حمزة الخارجي فتقاتل معه المدينة المنورة في معركة قديد التي جرت في سنة 300 كما قلنا في بداية هذا الدرس وقتل منه ما يقارب 700 رجل إذن فبالإضافة إلى الفتن والحروب التي نشبت بسبب العصبية القابلية وثورات الخوارج الخبثاء كان من ضد الأسباب الكثيرة التي أدت إلى سقوط هذه الدولة الإسلامية الكبيرة الفساد الإداري نعم فساد الإداري الذي نتكلم عنه بمنظوم هذه الأيام فساد الإداري تمثل في فساد العمال والولاة وأمراء الأقاليم وتمثل فسادهم في الظلم الكبير الذي أوقعوه على الرعية من فرض للجزي على من أسلم لسكان البلاد الأصليين ثم عدم إرسالهم لكل ما يجبون من خراج وما يحصلون عليهم من غنائم إلى بيت مال المسلمين هذا خيانة لولي الأمر للخليفة وللدولة المسلمين ما كانوا يرسلون كل ما يجبون من خراج ومن غنائم ما كانوا يرسلونها إلى بيت مال المسلمين في دمشق عاصمة الدولة كانوا يرسلون بعض ويأخذون الكثير وكان الكثير من ولاة العمال وأمراء الأقاليم في الدولة الأموية من الطغاة الجبابرة مثل زياد بن أبي ستيان وابنه عبيد الله بن زياد والحجاج بن يوسف الثقافي زعيم الطغاة ويوسف بن عمر الثقافي وخالد بن عبد الله القسر وعمر بن هبيرة ومن أيضا ضمن أسباب سقوط الدولة الأموية فساد وضعف ضعف خلفائها مثل يزيد بن عبد الملك الذي هام حبا بجاريته حبابة ولما ماتت بقيت جثتها أياما لم يأمر بلسنها حتى أنتنا وبسبب انشغاله بملذاته لم ينتبه لتربية ابنه الوليد بن يزيد الذي فسدت أخلاقه كثيرا الفاسق وليد الفاسق فكان وبالا على الدولة الإسلامية وعلى المسلمين وعلى البيت الأموية أما أهم أسباب من وجهة نظري والتي أعتقد إنها كانت الضربة القاضية للدولة الأموية والسبب المباشر في سقوطها هو الصراع والقتال بين الأخوة وابناء العمومة من أفراد بيت الأموية هذا الصراع الذي دار في آخر سبع سنوات من تاريخ هذه الدولة الكبيرة أضعف الدولة ومزق أوصالها وأدى إلى جراءة الآخرين في كل مكان وإقليم ومنطقة على الثورة على المول إذن من استعراض ما يبالخه لهذا التاريخ تاريخ الدولة الأموية وكنا قبل ذلك في مناسبات أخرى قد تكلمنا عن التاريخ السياسي لدولة العباسية والتاريخ السياسي للمسلمين في المغرب والأندلس والتاريخ السياسي لدولة العثمانية وتعرفنا على أسباب سقوط هذه الدول أقول من دراستنا للتاريخ السياسية لهذه الدول الإسلامية الكبيرة هذه التاريخ التي دونها المؤردون المسلمون في مؤلفاتهم قيمة نستطيع أن نقول وبكل بساطة ومن دون حاجة للفلسفة والكلام الكثير نقول من أهم أسباب بقاء الدول وهنا الدول الإسلامية أهم أسباب في قوة الدول وبقاءها هو الحاكم العادل الحاكم العادل الذي يتمسك بشرع الله تمسك بشرع الله تمسك بشرع الله سبحانه وتعالى وفق عقيدة صحيحة وتمسك الحاكم بشرع الله يفضل عليه أن يعدل بين الرعية وأن يبتعد عنه وأن يختار الولاة والعمال والأمراء يختارهم والوزراء يختارهم من بين الذين أرف عنهم الثقى والصلاح ومخافة الله وليس هذا فقط بل ومن المهم جدا وبالإضافة إلى ما ذكرنا من ثقى وصلاح ومخافة الله أن يتمتع هؤلاء بالكفاءة الإدارية والدراية السياسية وثقافتهم تكون عالية أيضا أمور ليس فقط ثقى وصلاح ومخافة الله أيضا لابد من الكفاءة الإدارية والسياسية والثقافية لماذا؟ للقيام بشؤون ما أوكل إليهم من مهم يعني تقي وصالح وخاف الله وخوش رجل ونعم فيه لكن ما يفهم في أمور الوزارة أو الولاية أو الوظيفة العليا الله يوفقه ولكن يشوفون غيرها ثم يجب على الحاكم بالإضافة إلى تمسكه بشرع الله وعدله في رعيته حتى لا يتذمرون منه واختياره للرجال المناسبين في مساعدته على إدارة شؤون التولى يجب عليه أن يكون حازما في تصديه للفتن وذلك من أجل وعدها في مهدها فالفتن تماما مثل النار تنتشر بسرعة كبيرة جدا إذا لم يتم التعامل معها وفور حدوثها بقوة وبحزنها والتصدي أيضا لمن قام بها ثم سرعة العمل على إزالة أسبابها وإبعاد المسؤول الذي تسبب بها نحن شاهدنا ما حدث فيه في ثورات للبربر في المغرب لابد من التصدي عندما تقوم الثورة يتخد علىها لكن لو كان قد يعني أولجت أسبابها الذين أتوا لهشام بن عبد الملك البربر الوفد هذا اللي أتى ولكن الأبرش الكلبي منعهم من الدخول عليه لابد من إزالة أسباب حدوث الفتن وتذكروا وصية معاوية رضا الله عليه إلى ابنه يزيد ماذا قال له هذه المهمة تذكروا الكثير من الوصايا التي قلناها لكم مرت علينا في هذا التاريخ على كل حال أيها الأخوة أشكركم أيها الأخوة الكرام على صبركم معنا وعلى حسن استماعكم طيلة هذه الدروس في التاريخ السياسي للدولة الموية واحد يحمد الله سبحانه وتعالى على عونه وتوفيقه الذي وفقنا لكي نلتقي هذه اللقاءات لقينا إلى الآن نعم وليس الرابط بل هو التقينا في عشرين لقاء عشرين درس وإن شاء الله وحسب الظروف ربما نلتقي معكم إن شاء الله في مناسبة أخرى للكلام عن الجوانب السياسية في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي الختام نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع بهذا العمل كل من سمع جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة صوت الأمة للإنتاج والتوزيع بحفر الباطن المملكة العربية السعودية إدارة الإنتاج والتوزيع جدة هاتف وناسوه 022-8320-14 جوال 050-43-00-215 تم الإخراج والمنتاج باستوديو صوت الأمة بحفر الباطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا